السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج discover اكتشف الترم التاني منهج primary one او الصف الاول الابتدائي كل سنة وانتوا طيبين ده اول الترم التاني وان شاء الله احنا هنرقم الدروس بالترتيب في discover وفي connect كل درس هيبقى ليه رقم من واحد لفما فوق علشان تقدروا تعرفوا انتوا ذكرتوا لغاية درس رقم كام وهيبقى عنوان الدرس فيه كمان اسم الشابتر واسم المحور اللي هو بيه اللي هو الخاص بيه وقبل ما نبتدي في الشرح زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول مخصص لل discover علشان تكتب فيه وتذاكر منه وانا محضر لكم النهاردة مفاجأة كبيرة تابعوا معايا الشرح علشان تستفيدوا من الخصومات الموجودة على مفاجئتنا النهاردة ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ده الكوفر بتاع منهج discover primary one discover term two 2018 2019 2018 2019 ونتنهل البيج اللي بعد كده وهنا خطة الوزارة لتطوير التعليم حتى سنة الفين وتلاتين ان شاء الله وهنا كلمة سيد وزير التعليم الاساسي والتعليم الفني ودي اول صفحة في الكتاب هنا ال name طبعا اسمك او اسمك هنكتب هنا اسمنا ده في الكتاب بتاعكو والكونتنس الكونتنس او المحتوى طبعا المحور التالت لان احنا في الثرم الاولاني خدنا المحور الاول والمحور التاني هنا المحور التالت سيم سري وعنوانه how the world works how يعني كيف the world works يعمل العالم كيف يعمل العالم وهو بيتكون من ثلاث فصول او ثلاث شباتر شابتر 1 او الفصل الاول how كيف goods goods يعني البضائع goods يعني البضائع are made يعني بتصنع around the world حول العالم how goods are made around the world كيف تصنع البضائع حول العالم طبعا الشابتر ده هيعرفنا شوية عن الصناعة وازاي الحاجات اللي حوالينا بتتصنع وهنتناوله كمان شوية بالتفصيل شابتر 2 او الفصل التاني عنوانه how business works how يعني كيف business يعني الاعمال التجارة works بتعمل كيف تعمل الاعمال ازاي بتكون الاعمال التجارية موجودة ده هيعرفنا ازاي بيحصل business وازاي بيحصل تبادل تجاري وازاي بيحصل تبادل منفعة بين الناس وبين الشركات شابتر 3 او الفصل التالت buying buying يعني الشراء selling يعني البيع and saving يعني الاضخار فهنا الشابتر ده بيعرفنا الشراف والبيع والاضخار امتى الناس بتشتري وامتى بتبيع وامتى بتدخل الاموال المحور الرابع theme 4 عنوانه communication communication يعني الاتصالات communication يعني الاتصالات وهو بينقسم لثلاث شباتر او ثلاث فصول شابتر 1 الفصل الاول عنوانه storytelling يعني نقص قصة نحكي حدوتة نحكي حكاية فهنا بيقول لنا حكاية وعشان نتعلم منها بعض الدروس المستفادة شابتر 2 عنوانه communicating with numbers communicating يعني التواصل with numbers يعني بالارقام او مع الارقام بس هنا هي جاية بالارقام يبقى communicating with numbers يعني الاتصال بخلال او بواسطة الارقام شابتر 3 او الفصل الثالث عنوانه communicating التواصل with art عن طريق الفن او بالفن واخر حاجة في الكتاب ده الماس جورنال او الجزء الرياضي وهنشرحه ان شاء الله بالتوازي مع شرح المنهج العادي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل للمحور الثالث او سيم 3 how the world works كيف يعمل العالم how the world works كيف يعمل العالم شابتر 1 الفصل الاول how goods are made around the world كيف تصنع البضائع حول العالم how كيف goods البضائع are made تصنع around how the world العالم وزي ما احنا شايفين في صورة الشابتر ده صدقنا واقف بياكل من رغيف خبز ويتجاب لك مراحل تصنيع الخبز اللي هو بياكله من اول مكان امح وبعد كده بقى دقيق وبعد كده دخل الفرن بعد ما بقى عجين وبقى خبز وهو بياكله ففي بضائق حوالينا حول العالم كتير قوي بتتعامل احنا هنحاول نتعرف على بعضها في الشابتر ده او في الفصل ده ويلا نتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نومبر سري او صفحة رقم ثلاثة عنوانها سينكس سينكس يعني اشياء ذات ميك مي هابي سينكس اشياء ذات ميك مي هابي يعني اشياء بتجعلني سعيد يبقى هو هنا بيقولك عالحاجات ايه الحاجات اللي بتخليك سعيد فاول حاجة بيقولك هنا درو ارسم درو ارسم and color ولون 5 خمس صور اوف سينكس للاشياء ذات ميك يو هابي اللي بتخليك سعيد in each box في كل صندوق cut out each box بعد ما ترسم كل بعد ما ترسم جوه الخمس سنديق دول خمس حاجات بتخليك سعيد ترسمها وهتلونها وبعد كده هتقص السنديق دي او البوكس دي واول حاجة ممكن يكون ايه بيخليك سعيد وترسمه في البوكس الاولاني ممكن مثلا having a test meal ممكن ان انت عندك وقبة لذيذة تاكل وقبة لذيذة having a test meal ان انت تاكل وقبة لذيذة ده يخليك سعيد ممكن ممكن نرسم ايه في البوكس التاني برضو يخليك سعيد eating sweets ان انت تاكل حاجة حلوة حاجات حلوة حلويات ممكن ده يخليك سعيد ممكن يبقى فيه حاجة ثالثة برضو ممكن تخلي الواحد سعيد buying a new shoes ممكن واحد لما يشتري جزمة جديدة كده هو حابب بشكلها ده يخليه سعيد ممكن ايه كمان يخلي الواحد سعيد having a good house ممكن نرسم في البوكس الرابع ده شكل بيت جميل كده لو واحد عنده بيت جميل كده هيبقى سعيد اكيد ممكن ايه كمان يخلي الواحد سعيد او هابي watching tv مثلا ممكن اما تتفرج على التلفزيون او تتفرج على الكارتون تبقى سعيد ومبسوط انا خمس سنة دي قلنا في الاولاني ان انت تاكل وجبة جميلة ولذيذة وانت جعان كنت محتاجها التانية ممكن ان انت تاكل حاجة حلوة حلويات sweets ممكن في الصورة الثالثة ان انت تشتري جزمة جديدة حزاء جديد ممكن في البوكس الرابع ترسم مثلا ان انت عندك بيت والبيت ده شكله جميل ممكن في البوكس الخامس كمان ان انت ترسم نفسك وانت بتتفرج على التلفزيون وده برضو بيخليك سعيد والكلمات الجديدة هنا thanks thanks يعني اشياء make يعني اصنع make me يعني بتجعلني happy happy يعني سعيد طبعا احنا عرفنا draw ارسم color low 5 pictures make you يعني بتجعلك happy in each في كل بوكس صندوق cut out قص each بوكس كل صندوق ونتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيتج number 5 علشان طبعا page number 4 كانت صفحة فاضية وانوانها needs or wants needs يعني الحاجات او الحاجات اللي احنا بنحتاجها or wants او الرغبات الحاجات اللي احنا عايزينها ففيه فرق كبير يا اصحابي بين الحاجات وبين الرغبات طبعا needs او الحاجة دي حاجة انت محتاجها ولو ما حصلتش عليها حياتك بتتأثر ممكن لقد الله تعي وفيه ناس ممكن تموت يعني ايه مثلا من امثلة needs اللي البني اده مقدرش يستغنى عنها او الاحتياجات اللي الانسان مقدرش يستغنى عنها الاكل طبعا الطعام فود ايه تاني الووتر او المية ما يقدرش يستغنى عن الفود وعن الووتر ايه تاني كمان ممكن الانسان يحتاجه ما يقدرش يستغنى عنه الشلتر او الهاوس او المسكن اللي لازم يعيش جواه فدي امثلة الاحتياجات او ال needs اللي الانسان بيحتاجها وال need اه او الحاجة دي شيء مهم جدا وضروري جدا لحياتنا طيب ايه هي ال wants يا مستر ال wants او الرغبات ايه حاجات انت عايزها ومحتاجها بس لو ما حصلتش عليها مش هيحصل لك حاجة وحشة حياتك مش هتتأثر قوي زي ايه مثلا ال wants او الرغبات زي مثلا واحد عايز اشتري حزاء جديد بس هو لو ما اشتراش الحزاء الجديد ده او ما اشتراش ال new shoes ده حياته مش هتتأثر عنده حزاء تاني بلبسه و بيمشي به مش هيحصل له حاجة واحد تاني عايز اكل some sweets او بعض الحلوة بس هو لو ما كلهاش مش هيحصل له حاجة هو كده كده قريدي عنده الطعام العادي بتاعه وكله مش هيحصل له حاجة لما كلهاش واحد تاني عايز اتفرج على التيفي او عايز اتفرج على التليفجن وده حاجة هو محتاج ان هو يتفرج عليه بس لو هو ما تفرجش على التليفجن مش هيحصل له حاجة مش هيموت فده الفرق بين needs needs الحاجات المهمة الاساسية اللي احنا بنحتاجها او الاحتياجات اللي بتأثر على حياتنا والوانتس او الرغبات اللي احنا برضو عايزينها بس هي لو ما بس لو ما حصلناش عليها حياتنا مش هتتأثر فهنا بيقولك trace يعني تتبع each label each label يعني كل اسم او كل عنوان and the chart below في الجدول الموجود بالاسفل وبعد كده بيقولك sort sort يعني صنف يعني اسم لاصنوف اسم لمجموعات the things الاشياء that make you happy اللي بتخليك سعيد into the correct column into الى the correct الصحيح column العمود احنا طبعا كنا رسمنا خمس حاجات احنا بتخلينا سعادة في البيتج اللي فاتت وبعدين اصناهم بعد ما رسمناهم ولوناهم اصناهم هنا بقى هنبتدي نصنفهم هنعملهم sorting او هنعملهم sort الحاجات اللي بتبقى needs او ما ينفعش نستغناء عنها وحياتنا تتأثر بيها هنحطها في ال needs والحاجات اللي ممكن نعيش من غيرها وما تأثرش على حياتنا لو ما حصلناش عليها هنحطها في ال once طب احنا كنا قلنا اول حاجة طبعا having a tasty meal having a tasty meal او having some food ان انت يبقى عندك طعام ده كان هيخليك سعيد طب الفود او الطعام ده needs ولا wants شاطرين الفود needs لان زي ما قلنا الفود من الحاجات اللي لو ما حصلناش عليها حياتنا هتتأثر وصحتنا هتتأثر طب كان في ايه تاني كان في eating some sweets او eating sweets طبعا ان انت تاكل بعض الحلوة ده مش حاجة اساسية وممكن تعيش لو ما كلتش برضو بعض الحلوة عادي فطبعا مش هنحط الصورة دي هنا وهنحطها في النحية دي هنحطها في ال once طب كان في ايه في البوكس التالت كان في buying a new shoes buying a new shoes او ان احنا نشتري حزاء جديد زي ما احنا هعارفين ان ممكن ان انت تعيش من غير الحزاء الجديد ده عادي فهنحطه في ال needs ولا هنحطه في ال once يا اصحابي شاطرين هنحطه في ال once لان هو من الرغبات اللي حياتنا مش هتتأثر لو ما حصلناش عليها فهنحطه في ال once طب كان في ايه في البوكس الرابع يا اصحابي having a good house يبقى عندك بيت جميل يبقى عندك بيت طب ال house ده في ال needs ولا في ال once شاطرين ال house ده او المنزل ده في ال needs لان الواحد لو ما عندوش بيت يقعد فيه ويرتح فيه حياته هتتأثر وصحته هتتأثر وممكن لقدر الله يموت فطبعا هنحط الصورة دي في ال needs هنا واخر بوكس كان موجود في ايه يا اصحابي لو تفكروا شاطرين كان watching tv او ان احنا نتفرج على التلفزيون وطبعا دي من ال once مش من ال needs لان احنا لو ما تفرجناش علي التلفزيون حياتنا مش هتتأثر فبالتالي دي رغبة او want مش need مش حاجة فهنحط الصورة دي في ال once هنا وبكده نكون انهينا ال page دي والكلمات الجديدة هنا needs يعني احتياجات wants يعني رغبات trace يعني تتبع each كل من label المناسب on the chart on the chart في الجدول below الموجود بالاسفل sort يعني صنف the things 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 that make you اللي بتجعلك happy سعيد into إلى the correct الصحيح columns الاعمدة وبكده نكون انهينا ال page دي ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ال page number six او صفحة رقم ستة وقبل مشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة واتفعل جراز الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض اول بول وده معاد مفاجئتنا النهاردة وهي عبارة عن خصومات حصرية تصل الى 50% ودي خصومات حقيقية من موقع جومية لمتابعي قناة فلاش التعليمية بمناسبة وصولنا لعشر تلاف مشترك وعلشان تستفيد بالخصم لازم تدخل عن طريق لينك القناة وانا سايب لكو اللينكات في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو و page number six او صفحة رقم ستة عنوانها Pencils Pencils او الاقلام الرصاص وهو بيقول لنا هنا Use your pencil استخدم قلمك الرصاص To answer To give each question على كل سؤال فاحنا هنا هنمسك قلمنا الرصاص وهنفكر مع بعض في الاسئلة دي ونشوف هنقول ايه فهو بيقول لك هنا I think that my pencil come from I think يعني انا اعتقد I think يعني انا اعتقد That my pencil ان قلمي الرصاص came from men فانت دلوقتي تعتقد ان المك الرصاص ده جاه منين ايه المكونات الاساسية اللي هي جمعت على بعضها وعملت المك الرصاص ده وطبعا هنا بيفترض ان انت اعب في الكلاس و your partner او زميلك في الفصل بيعتقد برضو ان الالم الرصاص جاه منين فهو انا اكتب لك وبيقول لك my partner thanks my partner يعني شريكي في الفصل thanks بيفكر او بيعتقد the pencil الالم الرصاص came from جاه من ممكن انت مثلا تعتقد ان الالم الرصاص جاه من ال woods او من الخشب woods يعني خشب your partner ممكن يقول ان الالم الرصاص جاه منين ممكن صديقك يقول ان الالم الرصاص جاه من ال graphite graphite يعني هو نوع من انواع الكربون اللي بيتصنع منه الجزء اللي احنا بنكتب به اللي هو بيبقى اللي بنسميه الرصاص ده اسمه gravite و انا اكتب لكو هنا woods يعني اخشاب او خشب و gravite يعني يعني كربون او gravite اسمه gravite حتى بالعربي طب وبعد كده بيقول لنا my pencil الم الرصاص is made مصنوع from men الم الرصاص ممكن يكون مصنوع من ايه طبعا احنا قلنا ان هو في woods woods يعني خشب فعنكتب هنا wood اول حاجة ممكن صديقك يقول painted body painted body يعني جسم مدهون بس هو في الاول في الاخر الجزء اللي في النص ده معمول من الخشب فعنكتب هنا wood اول حاجة طب هو مصنوع من ايه تاني يا اصحابي graphite 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 يعني الجزء بتاع الكربون ده اللي بنكتب بيه وده اسمه graphite وايه الجزء التالتي يا اصحابي eraser eraser اللي هي الممحة او الاستيكة يبقى wood graphite eraser ده مصنوع من التلات حاجات دي my pencil is made from wood graphite eraser wood يعني خشب graphite يعني الجزء الكربوني اللي احنا بنكتب بيه ده eraser الممحة او الاستيكة ما احنا عرفينها طب هو بيقول لك بعد كده and those materials those materials المواد materials المواد came from attitment او بيقول لك هنا المتيريالز دي او المواد دي جات منين and those materials هذه المواد came from جات منين اه فطبعا wood او الخشب بيجي منين بيجي من البلانتس فنكتب هنا plants او نباتات يبقى wood بيجي من البلانتس طب graphite graphite ده نوع من انواع الكربون والكربون ده اصحابي حاجة زي الفحن بتبقى موجودة في باطن الارض بيستخرجوها وهم بيحفروا في المناجم والمناجم دي بتبقى حفر على مسافات كبيرة جدا جوا باطن الارض بيطلعوا منها حاجات كتير جدا منها الكربون اللي بيطلع منه الجرافيت اللي احنا بنقول عليه كالرصاص اللي احنا بنكتب عليه فطبعا يبقى الجرافيت ده بيجي منين came from earth earth او الارض طب وثالث حاجة ال eraser ال eraser دي او الممحة دي او الاستيكة دي جات منين بتتعمل منين بتتعمل من حاجة اسمها syntastic rubber syntastic rubber او المطاط الصناعي والمطاط الصناعي ده اصحابي برضو بيبقى مادة بتتصنع من بقية البترول اللي برضو بيطلع من الارض فده اسمه syntastic rubber ومطاط صناعي وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا الدرس الاول اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا من النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكوه اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المحور الثالث كيف يعمل العالم منهج اكتشف الصف الاول الابتدائي كيف تصنع البضائع حول العالم كنا شرحنا الدرس اللي فات حتى نهاية صفحة ستة والنهاردة ده تاني درس لشرح ديسكاور وهنبدأ شرح صفحة سبعة وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا الكشكول بتاعنا اللي بنذاكر منه ونكتب فيه ملاحظاتنا ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أونوان بيج سبن هاو ابنسل هاو يعني كيف ابنسل القلم الرصاص از ميد صنعه ميد يعني صنعه وده المود بتاع ميك يعني يصنع فهو هنا بيسألنا الألم الرصاص صنعه ازاي كيف تم صنعه والديركشنز بتاع البيج دي بتقول درو ارسم العين خط من كل صورة للرقم الصحيح لتضع الخطوات لصنع القلم الرصاص يعني بالترتيب والكلمات الجديدة هنا درو ارسم طبعا احنا عرفينها العين يعني خط من كل صورة إلى الصحيح الصحيح الرقم الصحيح لتضع الخطوات الخطوات لصنع الألم الرصاص بالترتيب وزي ما احنا شايفين هنا هو مدينا او اربع ارقام او اربع ارقام و اربع صور فبيقول لنا رتب الصور دي بتاع تصنع القلم الرصاص بالترتيب الصحيح والمفروض ان احنا نوصل كل صورة برقمها في الترتيب الصحيح بتاع الصنع بتاع القلم الرصاص فاول حاجة المفروض القلم الرصاص بيتصنع طبعا زي ما احنا عرفنا المرة اللي فعتت من الوود او الخشب والجرافيت او الجرافيت طبعا اللي احنا عرفنا قبل كده اللي هو نوع من انواع الكربون طبعا اللي بيستخرج من المناجم بتاع باطن الارض والرابر او المطاط فالمفروض ان احنا اول صورة هنا رقم واحد اللي هي بتاع الخطوة الاولانية هيستخراج الجرافيت من مناجم بتاع باطن الأرض ولا هي الألم الرصاص في شكله النهائي ولا هي الصورة بتاع الجرافيت لما جمعنا الجرافيت وجبناه وجمعنا الوود وجبناه وجمعنا الRuber او المطاط وجبناها والله هي الصورة بتاع المصنع اللي بيتم فيها تجميع الحاجات دي مع بعض علشان يطلع علينا الالم رصاص شاطرين أول صورة اللي هي الصورة بتاعة المنجم اللي بنخرج منه الجرافيت علشان خاطر نستخدمه في صنع الألم الرصاص فدي صورة رقم واحد فهنوصلها بنومبر ون طب بعد ما طلعنا الجرافيت من المنجم بتاع باطن الأرض المفروض نحن بنحطه مع المواد التانية علشان خاطر نقدر نوديهم المصنع علشان يصنع لنا الألم الرصاص ففين الخطوة رقم اثنين اللي فيها المواد كلها مجتمعة قبل ما تروح المصنع هنا أصحابي شاطرين دي الصورة نومبر تو أو الستيب نومبر تو الخطوة رقم اثنين فنوصلها بنومبر تو هنا لأن احنا هنا فعلا جمعنا الوود والجرافيت والرابر اللي بنستخدمهم في صنع الألم الرصاص فنوصلها برقم اثنين ودي ستيب نومبر تو أو خطوة رقم اثنين طب ايه هي تالت خطوة يا أصحابي تصنيع الألم الرصاص ولا الألم الرصاص في شكله نهائي بقى اللي احنا بنستخدمه به شاطرين هي تصنيع الألم الرصاص في الفاكتوري أو في المصنع فالمفروض هنوصل الصورة دي بنومبر سري لأن دي هي ستيب نومبر سري وكده نوع الصورة واحدة اللي هي ستيب نومبر فور أو الخطوة الرابعة شاطرين هي الصورة دي اللي هي الصورة بتاعت الألم الرصاص في شكله نهائي بعد ما تصنع من المواد بتاعت تصنيعه كلها ودي ستيب نومبر فور أو الخطوة الرابعة وهنوصل الصورة دي بنومبر فور وبكده نكون حلينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نومبر 8 أو صفحة رقم 8 وعنوانها Types Types يعني أنواع Of Goods Of Goods يعني البضائع Goods يعني بضائع Types of Goods يعني أنواع البضائع Types of Goods والdirections بتاعتها بتقول Write Write يعني أكتب Each item Each item يعني كل عنصر From the list on the board من الليستة أو من القائمة اللي موجودة على البورد على الصبورة Under the correct type تحت النوع الصحيح Of Goods لبضائع والمفروض هنا المستر بتاعتكو هتكتب لكم مجموعة من الجودز أو من البضائع على البورد في الخلاسروم على الصبورة في الفصل هنقول مثلا البضائع دي هي Shirt Shirt يعني قميس Trouser Trouser يعني بانطلون An apple An apple يعني تفاحة Bread Bread يعني خبز Car أو يعني toy car يعني عربية لعبة Teddy bear Teddy bear يعني دبدوب لعبة Tooth brush Tooth brush يعني فرشة أسنان وكمب كومب يعني مشت دي المفروض مجموعة بضائع هتكتبها المدرس أو المدرسة على البورد في الكلاس على الصبورة في الفصل وإحنا هنقسمها علشان نتعلم إزاي نقسم الحاجات وإزاي نصنفها المجموعات بإحنا هناخد كل حاجة من الحاجات دي ونحطها تحت النوع الصحيح بتاع البضاعة بتاعتها فهنا عندنا هو مقسم لنا البضائع لأربع أنواع أول حاجة closing closing يعني ملابس تاني حاجة food food يعني طعام تالت حاجة toys toys يعني لعب أو ألعاب ورابع حاجة hygiene hygiene يعني أدوات العناية الشخصية أدوات النظافة الشخصية زي فورشة السنان أو الtoothbrush وزي الكمب أو المشت فدي اسمها أدوات النظافة الشخصية أو العناية الشخصية وإن إنجليش اسمها hygiene hygiene يعني أدوات العناية الشخصية فهنا هناخد البضائع اللي احنا كتبناها على الصبورة وأنا أسمها تحت الأنواع دي فإحنا كنا قلنا عندنا shirt أو amies trouser pantalon المفروض shirt أو amies trouser أو pantalon هما closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygiene عناية شخصية شطرين shirt with trouser أو amies وال pantalon المفروض يتحطوا هنا في closing أو في الملابس فإنكتب هنا shirt amies trouser pantalon طب كان عندنا تاني حاجة في an apple تفاحة bread يعني خبز المفروض التفاحة والخبز closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygiene عناية شخصية شطرين المفروض أن an apple أو التفاحة والbread أو الخبز food food يعني طعام فنكتب هنا an apple تفاحة وbread خبز طب عندنا كمان فيه teddy bear أو دبدوب لعبة و toy car عربية لعبة المفروض teddy bear أو الدبدوب اللعبة و toy car أو العربية لعبة closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygien عناية شخصية شطرين toys toys ألعاب فنكتب هنا teddy bear و هنكتب هنا toy car أو car و آخر حاجة عندنا toothbrush toothbrush يعني فرشة سنان و comb يعني مشت المفروض أن فرشة السنان ولا مشت closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygien عناية شخصية شطرين هما hygien فنكتب هنا toothbrush فرشة سنان و comb أو مشت وبكده نكون حلينا الpage و عن هنا و الكلمات الجديدة هنا types types يعني أنواع goods goods يعني بضائع item item يعني عنصر list list يعني قائمة board board يعني لوحة أو صبورة under يعني تحت the correct الصحيح type النوع of good البضاعة فنوع البضاعة الصحيح under the correct type of good تحت نوع البضاعة الصحيح ونتنقل الpage اللي بعد كده خديكم معي ونتنقل page number 9 أو صفحة رقم 9 وهنا لسه هو يعلمنا ازاي نعمل sorting أو نعمل تصنيف ونقسم الحاجات لمجموعات على حسب نوع البضاعة أو على حسب استخدامها أو على حسب حتى المواد اللي هي تصنعت منها فاحنا لسه بنتكلم عن البضائع والمرة دي هنتكلم عن الأماكن اللي بنشتري البضائع منها فطبعا كل حاجة لها المكان اللي نحن بنشتري منه فإنها عنوان page دي بيقول لنا stores يعني المتاجر والمفرق بتاها store يعني متجر and و market places يعني الأسواق فعنوانها stores and market places يعني المتاجر والأسواق وطبعا هنا واضح أنه بيكلمنا عن الأماكن اللي بتبيع البضائع المختلفة فبيقولنا هنا write اكتب each item كل عنصر من القيمة الموجودة على البورد على اللوحة على الصبورة في الفصل under the place تحت المكان where you can buy it اللي انت ممكن تشتري منه طبعا هنا المفروض ان الميس او الميستر كد بنلكه مجموعة بضائع على البورد في الفصل تاني بس المرة دي هنقسم البضائع دي على أساس المكان اللي احنا بنشتريها منه فإحنا مثلا لو عندنا apples apples يعني تفاح و cheese cheese يعني جبنة tooth brush tooth brush يعني for shit's in end وعندنا book book يعني كتاب وعندنا story story يعني قصة وعندنا bread bread يعني خبز وعندنا shirt shirt يعني قميص المفروض الكلام دي بقى مكتوب على البورد في الكلاس روم أو في الفصل فإحنا عندنا الكلمات دي أو البضائع دي عايزين نقسمها على أساس المكان اللي احنا ممكن نكون بنشتريها منه فالأماكن هنا هي grocery store grocery store يعني البقال أو البقالة مكان البقالة pharmacy pharmacy يعني الصيدلية book store book store يعني المكتبة مكان باع الكتب و market ماركت يعني السوق فعندنا هنا أربع أماكن فالمفروض نحن نقسم البضائع اللي احنا قلنا عليها من شوية على الأماكن دي على حسب كل بضاعة بنشتريها من المكان الخاص بها فلو فلو قدامنا apples و cheese apples يعني طفاح و cheese و جبنة المفروض نحن بنشتريها من grocery store أو من محل البقالة الكبير ده ولا من pharmacy أو الصيدلية ولا من book store أو محل الكتب المكتبة أو من الماركت الماركت السوق شطرين نحن ممكن نشتريها من grocery store أو من محل البقالة ده زي ما نحن شايفين فيه عرف فيها فواكه و في عرف فيها أنواع مختلفة من الجبنة فنكتب هنا apples و نكتب هنا cheese و نشوف عندنا ايه ثاني موجود عندنا هنا toothbrush toothbrush مفروض نحن بنشتريها من grocery store أو من pharmacy أو من book store أو من market toothbrush اللي هي فرشة السنان بنشتريها من ين يا أصحابي شطرين بنشتريها من pharmacy أو من الصيدلية فنكتب هنا toothbrush طب عندنا هنا كمان في book و story book يعني كتاب story يعني قصة المفروض ان الكتاب والكصة بنشتريهم من grocery store ولا من pharmacy ولا من book store ولا من market شطرين بنشتريهم من book store أو من محل بيع الكتب من المكتبة فنكتب هنا book وهنكتب هنا story والمفروض عندنا كمان في shirt أو قميس وفي bread أو خبز المفروض ان shirt والbread ممكن نكون بنشتريهم من grocery store ولا من pharmacy ولا من book store ولا من market شطرين ممكن نشتريهم من market فنكتب هنا shirt أو قميس ونكتب هنا bread أو خبز وبكذا نكون أنهينا البيج والكلمات الجديدة هنا stores يعني متاجر market places يعني أسواء write اكتب each item كل عنصر from the list من القيمة on the board على اللوحة على الصبورة under the place where you can buy it تحت المكان you can buy it اللي انت ممكن تشتريها منه grocery store يعني البقال أو محل البقالة pharmacy pharmacy يعني الصيدلية bookstore bookstore يعني محل بيع الكتب يعني المكتبة market market يعني السوق ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لpage number 10 أو صفحة رقم 10 وقبل مشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقول لك أنك تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابق مع بعض أول بول وزي ما عرفتك قبل كده في خصم حصرية عاملها موقع جمية لمشتركي قناة فلاش التعليمية وهو بيوصل إلى 50% على بعض المنتجات لو حابين تستفيدوا بالخصم تقدروا تدخلوا عن طريق اللينكات اللي أنا سايبها لكم في الوصفة أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو ونرجع لبيج نومبر تين أو صفحة رقم عشرة وأنوانها ماي ديلي نيد ماي يعني ملكي ديلي يعني يومي نيد يعني احتياجاتي أو حكتي اليومية فأنا بيكلمك احنا عرفنا في الدرس اللي فات الفرق بين الوونت والنيد أو بين الحاجة والرغبة وعرفنا إن النيد هي حاجة مهمة جدا حياتك بتتوقف عليها بينما الوونت زي ما قلنا هي رغبة إنت حاجة عايزها بس هي مش هتأثر على حياتك بشكل كبير فأنا بيقول لك بيسألك عن ديلي نيد أو حاجة يومية أنت بتحتاجها كل يوم يعني حكتي اليومية في يعني املأ في الفراغات يعني فراغات تشو لتعرض يعني تعلمك تعلم فبيقول لك هنا يعني واحد جود بضعه واحدة أنا بستخدمها I use every day كل يوم is إيه هي الحاجة اللي انت ممكن بتستخدمها كل يوم وزي ما أنا وضحت قبل كده أنا بنتكلم عن حاجة مش عن رغبة إيه الحاجة اللي انت بتستخدمها كل يوم ومتقدرش متستخدمهاش في أي يوم مثلا ممكن نفترض ان هي الخبز أو البرد ف one good that I use every day is bread يعني حاجة أنا بستخدمها كل يوم هي البرد الخبز I guess يعني أنا أخمن that my bread يعني ان الخبز بتاعي is made out of انه هو مصنوع من هنقول flower flower يعني دقيق يبقى احنا كده اي كملنا ثلاث فراغات هنا بيقول كمان it is a انه closing ملابس ولا food طعام ولا toy العاب ولا grooming grooming زي الhygiene بالضبط عناية شخصية تزين الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نبقى شكلنا نظيف ومهندمين ممكن نقول عليها كمان grooming زي هي الhygiene بالضبط اللي هي ادوات العناية الشخصية فانا بيقول لك الحاجة اللي انت بتتكلم عنها دي البضعة اللي انت بتتكلم عنها دي واللي هي نيد بالنسبة لك بتستخدمها كل يوم it is انها a closing ملابس ولا food طعام ولا toy العاب ولا grooming عناية شخصية احنا بنتكلم هنا عن bread فنكتب هنا food يبقى it is a food type of good انه نوع من انواع بضائع الطعام it is a food type of good انه بضاعة من بضاعة الطعام i can انا استطيع buy my good at انا ممكن اشتري الخبز دا او i can buy انا ممكن اشتري my good البضاعة بتاعتي at هشتري الخبز منين اصحابي من المحل البقالة ولا من الفارماسي الصيدلية ولا من البوكستور محل بيع الكتب ولا من الماركت الماركت او السوق هنشتري من الماركت i can buy my good انا ممكن اشتري بضاعتي at market at market يعني من السوق وانا بيطلب منك في البوكس دا ان انت ترسم الحاج اللي انت بتكلم عنها وبيقول لك here is a drawing اهو هنا رسم of my good للبضاعة بتاعتي here يعني هنا here is a drawing يعني هنا رسم of my good للبضاعة بتاعتي والكلمات الجديدة هنا daily يعني يومي need يعني حاجة احتياج يومي fill املأ blanks blanks يعني فراغات show يعرض you're learning يعني تعلمك good بضاعة everyday كل يوم i use انا استخدم i guess يعني انا اخمن made out of مصنوعة من type of good نوع البضاعة closing ملابس food طعام toy العاب او لعبة toy لعبة grooming يعني عناية شخصية i can انا استطيع buy اشتري my good بضعتي at grocery store يعني محل البقالة pharmacy يعني الصيدلية book store يعني محل بيع الكتب والmarket طبعا اللي هو السوق here يعني هنا here is a drawing هنا رسم of my good للبضاعة بتاعتي وهترسم هنا شكل الخبز اللي انت بتتكلم عنه وبكده نكون انهينا شرح الدرس النهاردة وفي الختام اتمنى انتو تكونوا استفدتم من الدرس لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك والاهم انتو تشاركوا الدرس ده مع اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيك واصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج اكتشف primary one او الصف الاول الابتدائي term two او term التاني ومع المحور التالت how the world works او كيف يعمل العالم chapter one الفصل الاول how goods are made around the world كيف تصنع البضائع حول العالم وكنا وصلنا المرة اللي فاتت لنهاية page ten او صفحة عشرة والنهاردة ان شاء الله هنشرح page eleven او صفحة 11 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب خلي معاك كشكول تذاكر منه وتراجع ورايا ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونوصل لpage 11 او صفحة 11 وعنوانها materials ماز materials يعني المواد او المواد الخام طبعا material يعني مادة او مادة خام ماز ماز يعني متاهة انتو عارفين طبعا المتاهة اللي بتبقى فيها طرق مختلفة بتوصل لاماكن مختلفة فيه طرق منها بتبقى ماشي على طول مش مزدودة وفيه طرق تانية بتبقى مزدودة دي اسمها الماز ماز يعني متاهة اي حد ممكن يدخل جواها ممكن يتوه لو هو مش واخد دال فهنا بيقول لنا في حاجة اسمها material ماز متاهة المواد او متاهة بتاعت المواد الخام فهنا بيقول لك follow follow يعني اتبع كل متاهة من المتاهات دي اللي فيها عدة الطرق from the good from the good يعني من البضاعة from the good من البضاعة اللي هي من الحاجات المصنوعة دي to the resource resource يعني المصدر resource يعني المصدر بتاع الحاجة اللي تصنع منها goods دي طبعا احنا هنتبع الطرق دي او الماز دي علشان نوصل للresource اللي تصنعت منه used to make it الresource ده اللي احنا استخدمناه علشان نصنع الجود دي فمرة كمان follow each mass تتبع كل متاهة الطرق from the good من البضاعة to the resource used to make it علشان توصل للمصدر او المورد اللي هي تصنعت منه فاحنا هنا عندنا في اول حاجة موجود قدامنا هنا النوع ده من انواع الطعام حاجة زي البيتزا او الخبز تاني حاجة موجود قدامنا تي شيرت تي شيرت طبعا اللي هو قميس او مطوح او مقفول وبيبقى اكمام وقصيرة ده بنسمي تي شيرت وعندنا هنا انية فخارية حاجة من الفخار مصنوعة والفخار ده بيبقى نوع من انواع الطين بيشكلوه باشكال مختلفة وبعد كده بنشفوه في النار ويدينا الاشكال دي بتبقى على شكل انية فخارية ممكن يبقى في منها فازة ممكن يبقى في منها حاجة واخر حاجة في تيبل هنا تيبل او ترابيزة فاحنا هنشوف اول حاجة النوع ده من انواع المعجنات او من انواع الطعام نمشي ورا الماز بتاعته من هنا علشان نوصل للريسورس بتاعها او المورد او المصدر اللي هي تصنعت منه فشايفين هنا الماز بتاعتها بتبدأ من هنا فنمشي معها زي ما احنا شايفين احنا ماشيين جوه الماز والماز فيها طرق مختلفة هنفضل ماشيين بالشكل ده وحدة وحدة لغاية ما هنوصل للامح اللي هي تصنعت منه زي ما احنا شايفين قدامنا في سنابل الامح هنا هي اللي تصنعت منها فده اول حل هنمشي من هنا بالقلم رصاص زي ما شفنا من شوية كده 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 لحد ما نوصل لسنابل الامح طب تاني حاجة في عندنا تي شيرت زي ما احنا شايفين التي شيرت ده قدامه الماز بتاعته بتبدأ من هنا فنمشي كده بالشكل ده بالقلم الرصاص بتاعنا أو وهنفضل ماشيين بالشكل ده لغاية ما هنوصل للكوتون او للقطن اللي هو تصنع منه وبالتالي هنعرف نحدد مكان الريسورس اللي هو تصنع منه او المصدر اللي هو تصنع منه طب تالت حاجة عندنا الانية الفخرية دي او او اناء الزرع ده فقدامه الماز بتاعته او المتاهة بتاعته بتبدأ من هنا فنمشي بقلم الرصاص او من الحتة دي وهنفضل ماشيين بالشكل ده لحد ما نوصل لالطين اللي بتعمل منه الانية الفخرية دي وبكده احنا عارفنا نوصل للريسورس او المصدر اللي هي بتتصنع منه واخر حاجة عندنا في البيج هنا هي التابل دي او الترابيز دي فنمشي بالألم الرصاص في الماز بتاعتها او في المتاهة اللي قدامها ونمشي بالشكل ده واحدة واحدة وهنلاقي الماز بتلف والطريق بيلف فهنمشي جواها بالشكل ده لحد ما نوصل للتري دي او للشجرة دي وبالتالي عارفنا نوصل للريسورس او للمصدر اللي هي تصنعت منه لانها طبعا اكيد مصنوعة من الود او من الخشب فبالتالي احنا وصلنا للريسورس او للمصدر اللي هي تصنعت منه وكان نكون حلينا البيج دي والكلمات الجديدة هنا materials materials يعني مواد او مواد خام ماز ماز يعني متاهة follow follow يعني تتبع each كل ماز متاهة from من the good البضاعة الموجودة قدامك to the resource للمصدر او للمورد used to المستخدم make it في صناعاتها ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 12 او صفحة 12 ويعنونها life cycle of a product life يعني حياة cycle يعني دورة حياة cycle يعني دورة of a product لمنتج معين product يعني منتج فهنا بيقولك ان اي product في الدنيا او اي منتج في الدنيا لي life cycle يعني ايه life cycle يا اصحابي يعني دورة حياة يعني هو بيبدأ من حاجة صغيرة وبيخش في مراحل مختلفة لحد ما يوصل ويبقى بشكله النهائي اللي انت بتستخدمه بيه زي ما احنا عارفنا قبل كده في الالم الرصاص الحاجات اللي احنا بنجمعها علشان نقدر نصنع بيها الالم الرصاص في الدرس اللي فات فبالتالي دي اسمها life cycle والlife cycle يا حبيبي ما بتنتهيش عند ان انت تستخدم البرودكت ده او انه هو يوصل ليدك وتستخدمه انت ممكن بعد ما تستخدم البرودكت كمان وتنتفع به يتبقى منه بقايا البقايا دي انت مش لازم ترميها في المهملات ممكن نعمل لها حاجة اسمها اعادة تصنيع اعادة تصنيع او recycle يعني ايه اعادة تصنيع يعني احنا بناخد الحاجات البقية من البرودكت او من المنتج اللي انت كنت بتستخدمه ده وندخلها في عملية تصنيع جديدة علشان نقدر نصنع منها منتج تاني جديد نستخدمه وينفع نفع اول حاجة ما بقاش عندنا مخلفات ومهملات كتيرة تلوس البيئة اللي حوالينا وتخلي المكان اللي حوالينا فيه مهملات وازبالة كتيرة تاني حاجة احنا انتفعنا بالمخلفات دي وقدرنا نستخدمها مرة تانية ونستفيد منها مرة تانية فدي حاجة اسمها recycle recycle يعني اعادة تصنيع فانا في البيج دي بيكلمنا عن اللي هي دورة الحياة بتاعة البرودكت او بتاعة المنتج life cycle of a product دورة حياة المنتج وبيقول لك هنا study study يعني address the diagram diagram يعني المخطط او الشكل الرسم البياني اللي موجود below بالاسفل to learn to learn علشان تتعلم لكي تتعلم the stages stages يعني مراحل in creating لانشاء لتصنيع closing closing يعني الملابس يعني القماش اللي بيتصنع منه الملابس وبعدين بتبقى ملابس في الآخر بنلبسها say say يعني قول each word كل كلمة out loud out loud يعني بصوت عالي as you read it كأنك بتقرأها as you read it يعني كما تقرأها ونقولها مرة كمان study the diagram below ادرس ال diagram أو المخطط below اللي هو موجود بالاسفل to learn لتتعلم the stages المراحل in creating closing في صناعة الملابس say قول each word out loud كل كلمة بصوت عالي as you read it كما تقرأها وزي ما احنا شايفين فيه هنا diagram أو فيه مخطط بيورينا life cycle بتاعة product والproduct اللي احنا بنتكلم عنه هو closing closing يعني الملابس زي ما احنا عرفنا قبل كده فالملابس طبعا احنا مش بتبقى موجودة في شكلها النهائي اللي احنا بنلبسها بيه كده اكيد الملابس دي بتتصنع وليها دورة حياة بتبدأ بحاجة اسمها cotton اللي هو القطن القطن ده القطن ده نبات بيطلع في الأرض الفلاح بيزرعه القطن ده بيطلع نبات وبيبقى فوقي مادة بيضة كده زي ما احنا عارفين القطن طبعا بيبقى موجود فوقي كده هو والقطن ده بيبقى موجود كرات قطنية بتبقى مخلوطة وممزوجة بالبزر بتاع القطن هنعرف بعد كده دلوقتي كمان شوية هنعرف ازاي بيفصلوا القطن ده عن المزور اللي بتبقى موجودة جواه بس هنا بيقولك ان اول حاجة في دورة حياة الملابس هي بتبقى الكطن الكطن اللي هو القطن بعد كده بيتاخد الكطن ده وبيروح للمانيفاكتر المانيفاكتر مرحلة التصنيع المانيفاكتر مرحلة التصنيع مانيفاكتر يعني تصنيع مانيفاكتر يعني تصنيع يعني انتاج طبعا زي ما احنا شايفين هنا القطن بيتحول والقماش بعد كده بيتقصه وبيتخيط في بعضه وبيدينا الكلوزنج أو التيشيرت الجميل اللي احنا بنلبسه فده اسمه مانيفاكتشر مانيفاكتشر يعني تصنيع يعني انتاج طبعا بعد كده بي انت بتشتريه فبتعمل حاجة اسمها باي باي يعني شراء وجاب لك هنا صورة فلوس انت بتدفعها علشان تاخد البرودكت ده او الكلوزنج دي الملابس دي عشان تلبسها بعد كده بيجيب لك شكلك وانت لابس الهدوم وكاتب جنبها wear wear يعني يرتدي يعني نلبس الهدوم ده اسمه wear wear انا i wear a t-shirt i wear t-shirt يعني انا ارتدي t-shirt فانا جاب لك صورة شخص وهو لابس ال t-shirt ده وكاتب جنبها كلمة wear wear يعني يرتدي بعد ما هو لبس ال t-shirt ده واستنفع بي واستفاد بي هنا في علامة استفهام وكاتب لك هنا throw away throw away يعني يرمي يعني يلقي يعني يرمي ويتخلص منه or recycle or recycle يعني يعيد تصنيعه فممكن نعمل في حاجة من حاجتين يا اما throw away throw away يعني يتخلص منه يعني يرميه في المهملات وفي القمامة or recycle recycle زي ما احنا قلنا في الاول يعني بنعيد تصنيعه يعني بناخد قطعة القماش المتبقية من ال t-shirt ده اللي احنا لبسناه واستفدنا به لو هو اتقطع ولا حصل فيه اي حاجة او احنا ما حبناهوش بعد كده بيتعمله حاجة اسمها recycle فبياخدوا المتبق من القماش بتاعه ويدخلوا في انتاج هدوم تانية ويعملوا به ملابس جديدة ويستفيدوا به مرة تانية وبالتالي زي ما احنا قلنا بنحمل بيئة ان يبقى فيها مخلفات كتيرة علشان البيئة حوالينا تبقى نظيفة وجميلة او هو ممكن يعمل حاجة ويبقى اسمها throw away throw away يعني يتخلص منه يعني يرميه في القمامة وده طبعا يعني حل مش مفيد للبيئة بتاعتنا وبيخلي البيئة تبقى ملوسة بالقمامة وبالمهملات الكتيرة وبكده نكون انهينا ال page دي والكلمات الجديدة هنا هي life cycle life يعني حياة cycle يعني دورة life cycle دورة حياة of a product product يعني منتج study address the diagram diagram مخطط شكل بياني below below يعني أسفل to learn learn يعني أتعلم the stages stages يعني المراحل in creating creating يعني إنشاء يعني إنتاج closing closing يعني ملابس say say يعني قل يعني أول each each يعني كل word word يعني كلمة out loud out loud يعني بصوت عالي as you يعني كما أنت read it تقرأها cotton cotton يعني cotton cotton يعني cotton manufacture manufacture يعني تصنيع يعني إنتاج buy يعني يشتري wear wear يعني يرتدي throw away throw away يعني يتخلص من يعني يرمي recycle يعني يعيد تصنيع or يعني أو وين تنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 13 أو صفحة 13 وعنوانها throw away يعني نرمي يعني يتخلص من أو يلقي or recycle أو يعيد تصنيع closing الملابس فهنا بيقول لك أنت هترمي ولا هتعيد تصنيع الملابس throw away يلقي يتخلص من or recycle closing أو يعيد تصنيع الملابس وبيقول لك هنا draw يعني إرسم and color وبعد كده ولون a picture يعني صورة of what happens لما سيحدث لما سيحدث of what لما happens happens يحدث when عندما you throw away أنت تلقي and recycle وتعيد تصنيع closing الملابس أو الأماش بتاع الملابس فهنا أعمل لك two boxes أو send وين واحد مكتوب فوقي when I throw away closes لما when يعني عندما I throw away أنا ألقي أو أتخلص من closes الملابس مفروض هترسم هنا صورة بتوضح أنت لما ترمي الملابس وتتخلص منها في المهملات وبعد ما ترسم الصورة دي طبعا هتلونها هي بقى شكل الدنيا والبيئة اللي حواليك عامل إزاي وين box تاني مكتوب when I recycle عندما أعيد تصنيع closes الملابس طبعا هنا لما تعيد تصنيع الملابس هترسم صورة بتوضح لما تعيد تصنيع الملابس وتستخدم ها في إنتاج ملابس جديدة وتلون الصورة دي هيبقى شكلها عامل إزاي والبيئة اللي حواليك كمان هتبقى نظيفة ولا هتبقى ملوسة فزي ما احنا عارفين طبعا لما احنا نسرو أو نرمي ونتخلص منها بعد ما نستخدم ها البيئة هتبقى ملوسة بمهملات كتيرة فنرسم هنا صورة بتوضح إن في مهملات كتيرة موجودة في البيئة احنا ما عدناش استخدمها ورميناها وخلاص وحتلون الصورة دي بينما انت هنا لما للملابس اللي انت استخدمتها قبل كده وانت اكتبيها ملابس جديدة هتنفعك أو هتنفع حد تاني غيرك البيئة هتبقى نظيفة وفي نفس الوقت هيبقى فيه منتج جميل ممكن حد تاني يستفيد بيه ويبقى ليه فايدة لحد تاني فهترسم هنا صورة بتوضح إن البيئة نظيفة وجميلة وإن فيه product جديد أو فيه منتج جديد هينفعك أو هينفع حد تاني ويستفيد بيه وبعد كده في نفس البيئج كاتب لك decide يعني قرر decide يعني قرر if it is bitter if it's bitter if يعني لو it's bitter لو كان أفضل to throw away إن ترمي إن تتخلص من or recycle أو تعيد تصنيع your old old يعني قديم closing closing يعني ملابس your old closing ملابسك القديمة and write وبعد كده اكتب a sentence sentence يعني جملة explaining explaining بتشرح explain يعني يشرح explaining يعني بتشرح why لماذا فأنا بيقول لك قرر decide if it's better لو إن هو أفضل to throw away إن أن ترمي وتتخلص or recycle أو أن تعيد تصنيع your old closing ملابسك القديمة وبعد كده write and write a sentence explaining why وبعد كده اكتب جملة بتوضح ليه فهنا بيسألك بيقول لك it is better to throw away إن أنه أفضل أن أنت تترمي وتلقي وتتخلص من وعمل شرطة وكاتب recycle أو تعيد تصنيع my old closing ملابسي القديمة because because لأن فالمفروض أن أنت هتكتب هنا هتقرر جواك أن هي أفضل لأن أنت تعمل throw away أن ترمي ها ولا تعمل لها recycle لأن أن تعيد تصنيعها هتقرر وبعد ما هتقرر هتكتب جملة هنا بتوضح القرار ده أنت قلت بناء على إيه فأنا مثلا لو هقول الجملة دي وهقر إعادة تصنيع علشان خاطر أحمل بيئة بتاعتي وأخليها نظيفة وفي نفس الوقت أستفاد من المخلفات وأخليها تخدمنا مرة تانية في شكل product جديد يخدم حد تاني فهقول it's better to يعني أنه من الأفضل recycle يعني إعادة تصنيع my old closing ملابس القديمة because because لأن this will protect our environment that this يعني هذا will سوف protect protect يعني يحمي our environment our يعني ملكنا environment بيئتنا يبقى لأن ده هيحمي البيئة بتاعتنا وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 14 أو صفحة 14 وقبل مشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة واتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض ونذاكر مع بعض أول بول وما تنسوش لو حابين تستفادوا من الخصم الحصري اللي عملوا موقع جميع لمشتركي قناة فلاش التعليمية والخصم ده بيوصل حتى 50% لو حابب تستفيد بالخصم ده لازم تدخل عن طريق اللينكات الخاصة بالقناة وأنا هسيب لكو اللينكات وعنوانها تكنولوجي تكنولوجي يعني التكنولوجيا and the تي شيرت والتي شيرت التشيرت زي ما احنا عرفنا هو أي قميص مفتوح أو مقفول بس بيبقى أكمام قصيرة ده اسمه تي شيرت فهنا بيقولك تكنولوجي التكنولوجيا and the تي شيرت التكنولوجيا والتي شيرت read read يعني اقرأ the text text يعني النص below يعني أسفل to learn to learn لتتعلم how technology كيف التكنولوجيا helps people بتساعد الناس helps تساعد people الناس make closing في صناعة الملابس more easily بسهولة أكثر more easily بسهولة أكثر وهنا فيه three boxes وthree pictures فيه ثلاث سندي وتلاث صور أول بوكس موجود فيه صورة فيها نبات القطن طبعا زي ما احنا شايفين والنبات والنبات موجود فيه صورة للقطن وهو لسه ما حدش حصده وما حدش لمه منه على الزرع فهنا بيقول تي شيرت تي شيرت يعني تي شيرت are made from cotton are made يعني تم صنعه from cotton من القطن from من كوتن القطن كوتن القطن يعني الشخص needs يعني يحتاج to pick يعني اللي يلتقط each bowl كل كرة of كوتن من القطن from the plants من النباتات فهنا بيقول لك ان التي شيرت مصنوع من القطن والقطن ده بينمو على النباتات وال person او الشخص اي شخص سواء كان الفلاح او حد تاني بيحتاج ان هو يعني يلتقط each bowl of كوتن كل كرة من الكرات بتاعة القطن دي from the plants من على النباتات تاني سواء موجود فيها there is a machine there is هناك machine يعني آلة that can help اللي هي ممكن تساعد في موضوع حصاد القطن ده او في التقاط القطن ده the machine is cold المachine دي cold يعني تسمى a cotton harvesting machine a cotton يعني طبعا احنا عارفين cotton يعني قطن harvesting يعني حصاد harvest يعني يحصد يعني ايه يحصد يعني بيشيل الحاجة انسان بيستخدمها وبيستفاد بيها من الزرع لو احنا بنتكلم عن القطن بتاع القطن ان احنا نلم كرات القطن من على النباتات الخاصة بنبات القطن بنلم الكرات بتاعة القطن ده اسمه harvesting اسمه حصاد لو احنا بنتكلم على نبات زرع يعني بيطلع منه فاكهة فان احنا نلم سمار الفاكهة من على النباتات دي وناخد سمار الفاكهة دي ونحطها في سنديق او في غير وعشان الناس تستخدمها وتاكلها بعد كده ده اسمه harvesting لو احنا بنتكلم على نوع من انواع الخضار على امح على درة ان احنا نقطع الخضار ده من على النبات اللي هو بيطلع منه علشان نحطه للناس ويكلوه بعد كده ده اسمه harvesting harvesting يعني حصاد والحصاد زي ما قلتلكم ان احنا ناخد الحاجة اللي بتنفعنا من على النباتات علشان نديها للناس وتستفيد بيها فهنا بيقولك ان في مكانة او في الة بتساعد ان احنا نحصد القطن ده من على النباتات ونلم ونلتقده اسمها called a cotton harvesting machine cotton harvesting machine يعني آلة حصاد القطن والبوكس التالت او الصندوق التالت موجود فيه صورة وموجود فيها القطن وهو بعد ما عملنا له harvesting او حصد من على النباتات وموجود فيه the first step the first يعني الاول step الخطوة to turn لتحويل turn يعني تحويل cotton into clothes lay وماش لملابس is هي to separate to separate يعني separate يعني يفصل separate something يعني نفصل حاجة عن حاجة فهو بيقولك ال first step ان احنا بنعمل separate separate لإيه بقى it from the seeds زي ما قلتلكو قبل كده في الصفحات اللي فاتت ان القطن ده بيبقى موجود وسطي seeds او البزور اللي هي بتاعة القطن والبزور دي بتنفع في حاجة تانية هنبقى نقولها لكم بعد كده فهم بيحتاجوا ان هما يفصلوا البزور دي عن كرات القطن فأول خطوة فأول خطوة علشان نصنع القطن ده ونعمل بيقو ماش وملابس نلبسها ان احنا نعمل separate separate يعني فصل للقطن ده عن seeds اللي موجودة جواه there is هناك أماشين آلة أماشين آلة زي ما احنا قلنا أماشين يعني آلة that can help اللي هي ممكن تساعدنا في حاجة زي كده زي ماشين الآلة دي is called بتسمى a cotton jain a cotton jain jain يعني محلاج القطن عملية فصل seeds دي أو البزور دي عن القطن نفسه أو عن القطن نفسه اسمها حلج يعني انا بشيل البزور من القطن علشان اخدها بعد كده استفيد بيها في حاجة تانية واخد القطن اصنع منه القماش ده اسمه حلج حلج القطن ففي مكانة أو في آلة بتسمى a cotton jain يعني محلاج القطن الآلة اللي بتساعدنا على حلج القطن والكلمات الجديدة هنا طبعا زي ما احنا شايفين عندنا مجموعة كلمات كتيرة جديدة اول حاجة طبعا technology technology يعني technology t-shirt احنا عرفناها قبل كده helps helps تساعد people people الناس easily easily اكثر سهولة more يعني اكثر grows grows يعني ينمو fields يعني حقول person person يعني شخص needs يحتاج pick يعني يلتقط plants نباتات machine 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 can can تستطيع help تساعد cold cold تسم cotton harvesting machine الث halet harvesting chassad القطن ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 15 او صفحة 15 وانوانها تكنولوجي and the t-shirt لسه بنكمل التكنولوجيا وتصنيع التشيرت بتاعنا اللي احنا بنلبسه وانا بيقولك read اقرأ the text and notes below اللي موجود بالاسفل to learn لتتعلم how technology كيف التكنولوجيا helps people تساعد الناس make closing more easily في صناعة الملابس بشكل اكتر سهولة بسهولة اكتر وهنا في two boxes زي ما احنا شايفين البوكس الاولاني بيقول لنا في the second step احنا خدنا المرة اللي فاتت من شوية the first step او الخطوة الاولى the second step بقى second يعني ثاني second step الخطوة الثانية to turn cotton لتحويل القطن into clothes لقماش لملابس is to spin spin يعني يدور بسرعة يلف بسرعة وبتيجي بمعنى غزل لما هما بيحبوا يغزلوا القطن بيمسكوا القطن وبيخلوا يلف حوالين نفسه بسرعة عن طريق آلة معينة عن طريق ماشين معينة فده بيبقى اسمه spin اسمه غزل لان لما القطن بيلفوا حوالين بعضه بسرعة بيكون الخيوط فspin هنا بمعنى غزل is to spin ان هو عن طريق غزل into yarn yarn يعني خيط احنا بنغزله و بنحوله لخيط yarn يعني ايه يعني خيط yarn الخيط is then woven 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 يعني زى ما احنا عارفين النسيج او اي نسيج في الدنيا او اي قماش في الدنيا عبارة عن خيوط متدخلة خيوط ماشية عكس خيوط تانية فبتكون نسيج يعني بتكون قماش فwoven هنا woven يعني نسج نسج يعني ادخال الخيوط عكس بعضها علشان نكون حتة قماش او قطعة قماش نستخدمها في تصنيع الملابس فهنا ده اسمه woven woven يعني نسج into fabric فابريك يعني قماش فمرة تانية yarn يعني الخيط is then woven بعد كده بيحصل له woven بيحصل له نسج ان احنا بندخله مع بعض وعكس بعض بشكل متداخل علشان نعمل به بعد كده into فابريك يعني قماش فهنا بيقولك the second step الخطوة التانية to turn cotton into close لتحويل القطن الى قماش is to spin it ان احنا نغزله into yarn ليصبح خيوط yarn خيط الخيط ده بيحصل له ايه بعد كده الزن بعد ذلك woven بينسج يعني بندخله عكس بعضه بنجيب خيوط كتيرة ونعمل لها غزل بندخلها عكس بعضها علشان تدداخل وتعمل لنا قطعة قماش into fabric علشان بعد كده بتتحويل fabric يعني قطعة قماش اخر حاجة بيقولك هنا there is a machine هناك machine هناك آلة that can help اللي هي ممكن تساعد في حاجة زي كده the machine is called الماشين دي بتسمى is called بتسمى loom loom يعني null النول اللي هو المكنة اللي بيدخلوا بيها الخيوط دي عكس بعضها زي ما قلنا بتعمل حاجة اسمها نزج النزج ده ان الخيوط دي تخش عكس بعضها وتعمل القماش اللي احنا بنستخدمه فالقالة دي اسمها loom loom يعني null null المكنة دي اسمها loom loom يعني null او آلة نزج القماش اخر box هنا موجود في to turn fabric لتحويل fabric اللي هو القماش into a t-shirt اللي يصبح بعد كده t-shirt the fabric is cut الفابرك بنعمله عملية cut يعني بنقصه to the correct size to يعني الى the correct الصحيح size المقاس يبقى بنقصه على المقاس الصحيح اللي احنا عايزين الناس نعمل له t-shirt فبناخد المقاس وبنعمله cut بنقصه او بنقطعه to the correct size على المقاس الصحيح and shapes وكمان على الشكل الهندسي الصحيح يعني ما بقصوشه خلاص بقصوه على شكل انه هو يطلع بعد كده t-shirt the fabric isn't القماش ده بعد كده بيحصل له ايه sewn sewn يعني بيحصل له عملية خياطة sewn يعني خياطة together بيتخيط together معا فهما هنا حتى جايب لنا صورة آلة خياطة sewn يعني خياطة بيتخيط بعد كده او بيحصل عليه عملية خياطة together مع بعضه وبيقول لك هنا there is a machine هناك machine هناك آلة that can help اللي هي ممكن تساعد في حاجة زي كده the machine الآلة دي is called بتسمى a sewing machine sewing machine اللي هي آلة الخياطة زي ما احنا شايفين وطبعا الكلمات الجديدة هنا second second يعني الثاني spin spin يعني غزل yarn yarn يعني خيط woven woven يعني نسيج نسيج زي ما احنا قلنا اللي هو بيتخل الخيوط عكسة بعضها fabric fabric يعني أماش loom يعني نول او آلة نسج الأماش correct يعني صحيح size مقاس shape شكل طبعا او شكل هندسي الخاص بالهدوم اللي احنا بنصنعها sewing يعني خياطة together معا sewing machine آلة الخياطة sewing machine ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج سكستين او صفحة ستة غشر وعنوانها technology in my day technology يعني تكنولوجيا في my day يومي my day يعني يومي وانا بيقولك draw ارسم epicature صورة of a technology لتكنولوجيا you use انت بتستخدمها to help you لتساعدك live to help you live يعني بتساعدك عشان تعيش work يعني بتعمل وبتساعدك برضو في ادى عملك and play and play وكمان بتساعدك وانت بتلعب play يعني يلعب then ثم بعد ذلك write what that technology helps you do اكتب write what that technology التكنولوجيا دي بتساعدك helps you do في صنع الحاجات دي ازاي في عمل الحاجات دي ازاي فهنا طبعا فيه table زي ما احنا شايفين اول حاجة live يعني اعيش طبعا هنا التكنولوجيا اللي بتساعدني ان انا اعيش فيه حاجات كتيرة جدا بتساعدنا ان احنا نعيش احنا ممكن مثلا نقول اللامب اللامب او المصباح بيساعدك في الحياة بتاعتك فممكن نقول مثلا اللامب ونرسم هنا صورة للمصباح او للامب اللي هو بيساعدنا كلنا في حياتنا علشان نعيش وهنكتب هنا helps me to helps تساعدني me جدا فبالتالي اللامب بيساعدنا في ايه او المصباح الكهربائي ده بيساعدنا في ايه to see in the night ان احنا نشوف بالليل طب تاني حاجة بيقولك work في اداء عملك work يعني عمل طبعا انت عملك ان انت طالب بتذاكر وبتاخد دروس عشان تتعلمها فالعمل بتاعك ان انت تتعلم فايه ممكن يكون بيساعدك في اداء عملك ده ممكن نقول pencil ونرسم هنا صورة pencil ألم رصاص الألم رصاص بيساعدك علشان تتعلم وأبسط حاجة بيساعدك فيها الألم رصاص ده helps me to بيساعدك في ايه ممكن نقول to do my homework ان انا اعمل الواجب بتاعي فto do my homework ان انا بعمل الواجب بتاعي عن طريق استخدام ال pencil ده ده بطالة حاجة play play ان احنا نلعب ايه التكنولوجي اللي ممكن تكون بتساعدنا واحنا بنلعب ممكن نقول cell phone الموبايل cell phone يعني موبايل cell phone بيساعدنا ان احنا نلعب عليه الجيمز الجديدة والألعاب الجديدة فانا بيقولك helps me to play games ان انا نلعب الألعاب الجديدة اللي انا بحبها فهو بيهلپ يو ان انت تبلاي games play games وبكي نكون انهينا البيج دي وانهينا معها درس النهاردة لو استفدتم من الدرس ياريت تعمله like والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك وتعمل شير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد واتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج primary one او الصف الاول الابتدائي كتاب discover اكتشف الترم التاني وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح الدرس الخامس وانهينا شرح page 16 او صفحة 16 والنهاردة ان شاء الله هنشرح lesson 6 او الدرس السادس وبدايته page 17 او صفحة 17 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين دي page 17 او صفحة 17 وهي فيها short story او قصة صغيرة اقرأ القصة اقرأ القصة الموجودة بالاسفل about Samir's invention انفنشن يعني اختراع وكلمة دي لازم نحفظها كويس لانها هتقابلنا كتير في الصفحات اللي جاية انفنشن انفنشن يعني اختراع فانا بيقولك اقرأ القصة المكتوبة بالاسفل اللي بتحكي لنا عن اختراع Samir او Samir's invention والقصة بتقول Samir loves to play football سامير يعني بيحب كل يوم كل يوم وبيلعب كل يوم كل يوم عندما هو doesn't have ما بيكونش عنده مدرسة بيكون اجازة لما سامير بيكون عنده homework he cannot play football هو لا يستطيع play football انه يلعب كرة القدم وهنا في قصين صغيرين مكتوب بينهم I wish I didn't have homework انا اتمنى انني لا يكون عندي homework واجب منزلي Samir thinks Samir بيقول كده فعله Samir يفكر then ثم بعد ذلك I could يعني انا سوف استطيع هقدر بعد كده play football all the time ان انا هلعب كرة قدم طول الوقت Samir has Samir has Samir لديه an idea idea يعني فكرة عنده فكرة he will invent هو سوف يخترع will يعني سوف invent يخترع machine to do his homework علشان تعمل الواجب بتاعه to do لتفعل his homework الواجب الخاص به الواجب المنزلي بتاعه ثم بعد ذلك he can play more football هو يقدر he can play more football كرة قدم اكثر Samir uses his imagination imagination يعني خيال imagination يعني خيال ولوها كمان مرة imagination يعني خيال imagination يعني خيال فهو يستخدم his imagination خياله he draws هو يرسم a picture of the homework machine لمكينة الواجب المنزلي he makes هو صنع a list أو قائمة of what the homework machine can do بالحاجات اللي تقدر تعملها ال homework machine أو مكينة الواجب المنزلي ثم بعد ذلك he asks هو سأل his friend صديقه for help for help للمساعدة Samir is ready Samir مستعد to build ليبني his invention his invention يعني اختراعه his invention يعني اختراعه now الآن he can play more football هو can يستطيع play أن يلعب more football كرة قدم أكثر والكلمات الجديدة هنا the homework machine مكينة الواجب المنزلي read اقرأ story قصة invention اختراع invention اختراع football فوتبول يعني قرة قدم every cool night ليلة when i wish i wish يعني انا اتمنى thanks thanks يفكر i could انا سوف استطيع idea idea يعني فكرة idea invent يعني اختراع imagination يعني خيال imagination list يعني قائمة ready يعني مستعد now يعني الان وبكده نكون انهينا page 17 ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لpage 18 او صفحة 18 وعنوانها my invention my invention يعني اختراعي my invention وبيقول لنا هنا write down اكتب something شيء ما you or your family انت او اسرتك needs needs يعني تحتاج help doing مساعدة في عمله more easily بشكل اكتر سهولة بشكل اكتر سهولة فانده هنا بيقول لك اكتب حاجة انت واسرتك محتاجين ان هي تتعامل بسهولة اكتر ثم بعد ذلك write down اكتب your idea فكرتك for a machine لآلة او مكينة or equipment او معدة من المعدات equipment يعني معدة من المعدات that you can invent that you can التي انت تستطيع كان يستطيع invent ان يخترع to help لتساعد فانا بيقول لك اكتب حاجة انت او اسرتك محتاجين ان هي محتاجين ان هي تتعمل بشكل اكتر سهولة محتاجين مساعدة في عملها علشان تبقى اكتر سهولة ثم بعد ذلك اكتب فكرتك الخاصة بآلة او معدة انت هتخترعها علشان تساعدك في عمل الشيء ده وانا بيقول لك we need help with احنا محتاجين مساعدة فيه فانتو طبعا يا اصحابي مطلوب منكم ان انتو تفكروا في احتياجاتكو انتو انتو محتاجين ايه مثلا في حياتكو حاسين ان هو محتاج يبقى اسهل بشكل اكتر محتاجين مساعدة فيه علشان يبقى اسهل شوية او اسرتكو اسرتكو محتاجة حاجة معينة او بتعمل حاجة معينة حاسة ان هي صعبة شوية ومحتاجة تبقى اكتر سهولة وبعد كده فكروا في فكرة خاصة باختراع معين تقدروا تخترعوها علشان يساعدكو في عمل الالة دي او المعدة دي اللي هتساعدكو في عمل الشيء ده فانتو مثلا ممكن في افكار كتيرة جدا ممكن تفكروا فيها ممكن واحد يقولي انا عايز اطير فوق السحاب ممكن واحد يقولي انا عايز اسخن الاكل في ثانية ممكن واحد يقولي افكار كتيرة الافكار ملهاش حدود والخيال كمان ملوش حدود فكروا وتخيلوا بشكل كبير جدا وطول الوقت لازم تفكروا وتتخيلوا وبعد ما تفكروا وتتخيلوا وتعرفوا طبعا الحاجة اللي انتو محتاجين ان هي تبقى اسهل او الحاجة اللي اسرتكو محتاج ان هي تبقى اسهل فكروا وتخيلوا تاني في الاختراع اللي انتو هتخترعوه علشان يساعدكو في عمل الحاجة وانا هقولكم مثلا انا فكرت انا كمان وتخيلت ولقيت مثلا ان انا لو حد سألني وقال لي we need help with احنا محتاجين we need يعني نحن نحتاج help مساعدة with في حاجة معينة ممكن اقول مثلا ده وانا بفكر في اسرتي cleaning the house تنظيف المنزل washing dishes غسيل الصحون والاطباق and buying stuff from the market وشراء الحاجات والطعام من السوق فاحنا محتاجين دلوقتي ثلاث حاجات cleaning the house تنظيف البيت washing dishes غسيل الصحون buying stuff from the market شراء المستلزمات الخاصة بالبيت من السوق احنا محتاجين الحاجات دي مثلا عندنا في البيت محتاجين نهاية تبقى اكتر سهولة فانا طبعا التكنولوجي اللي ممكن تساعدنا في عمل الحاجات دي كلها this technology التكنولوجيا دي could help التكنولوجيا دي ممكن تساعدنا في ايه برضو في ثلاث حاجات دول انحنا هن clean the house وهننظف ال house وهن wash dishes هننظف ونخسل الصحون وهن buy stuff from the market هنشتري الحاجات من السوق طب ايه القالة يا مستر اللي ممكن تعمل الحاجات دي كلها انا فكرت ولقيت مثلا ان احنا ممكن نخترع روبوت او انسان قالي يساعدنا في الحاجات دي كلها فيبقى شكله ايه الروبوت ده ممكن انتو بقى تتخيلوا شكل الروبوت ده يبقى عامل ازاي ويترسموا الشكل في البوكس ده ولو حد فيكو عنده فكرة تانية وتخيل حاجة تانية يريد يكتبها ويكتب الاحتياج بتاعه او الاحتياج بتاع اسرته هنا ويقول التكنولوجي الجديدة اللي هو يختراحها دي هتساعد هنا الحاجات اللي هتساعد فيها بالزبط سواء كانت خاصة بيه او باسرته ويرسم كمان التكنولوجي ده فانا لو مكانكم مثلا ممكن ارسم هنا شكل الروبوت ده حد تاني ممكن يرسم حاجة تانية والكلمات الجديدة هنا انفنشن انفنشن يعني اختراع نيدز نيدز يعني يحتاج هلب هلب يعني مساعدة سامسنج سامسنج يعني شيء ما مور ازلي يعني اكثر سهولة ايديا ايديا يعني فكرة ايديا اكويبمنت اكويبمنت يعني معدة ماشين ماشين يعني آلة وانفنت انفنت يعني اختراع تكنولوجي تكنولوجي يعني تكنولوجيا كود هلب ممكن ان تساعد لوك لايك لوك لايك يعني يشبه وانا بيقولك في الاخر درو واند كالر ارسم ولون ابي كيتشر صورة افوت يور انفنتشن للاختراع بتاعك وود لوك لايك وود لوك لايك يعني هيبقى شكله عامل ازاي ممكن يكون شكله عامل ازاي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج ناينتين او صفحة تسعة عشر وعنوانها ماي انفنتشن اختراعي كان هلب ممكن ان يساعد فهو هنا بيسألك عن الاختراع بتاعك اللي انت رسمته في البيج اللي فاتت ممكن يساعد في ايه وبيقولك write or draw اكتب او ارسم a list قائمة of what your invention will do بالحاجات your invention of what يعني بماذا your invention اختراعك will do سيفعل بالحاجات اللي هيعملها الاختراع بتاعك فانا زي ما قلتلكم بالنسبة لي انا ممكن الاختراع بتاعنا يساعد في cleaning the house washing washing dishes and buying stuff from the market دي الحاجات اللي مثلا اسرتي ممكن تكون محتاجة مساعدة فيها حد تاني فكر في اشياء تانية وفي احتياجات تانية خاصة بي او بأسرته ممكن يكتبها هنا بردو وتبقى دي الليست بتاعته او القائمة بتاعته والكلمات الجديدة هنا invention invention يعني اختراع كان يستطيع help help يساعد write اكتب or draw او ارسم list list يعني قائمة will do will do يعني سوف يفعل وبكده نكون انهينا page 19 او صفحة 19 وانهينا lesson 6 او الدرس السادس ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معايا وقبل مشرح الpage دي احب افكرك واقولك لازم تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصومات الحصرية اللي عملها موقع جميع لمشتركي قناة فلاش التعليمية لازم تدخلوا على موقع جميع من اللينكات الخاصة بالقناة انا سايب لكم اللينكات دي او اللينكس دي في الدسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو والخصومات دي تصل الى 50% وpage 20 هنا زي ما احنا شايفين my friend my friend يعني صديقي can help can help ممكن ان يساعد can يعني يستطيع help ان يساعد فبيقولك هنا صديقك ممكن يساعدك ازاي وهو هنا بيفترض ان صديقك سألك سؤال والسؤال ده ساعدك ان انت تطور الانفنشن او الاختراع بتاعك فبيقولك هنا write down اكتب one question سؤال your friend صديقك has about your invention سألوا عن الاختراع بتاعك فهنا صديقك سألك سؤال عن الاختراع بتاعك والسؤال ده ساعدك ان انت تطور وتخلي وتحسن الاختراع بتاعك فمسلا ممكن يكون صديقك سألك وقال لك ايه ممكن مسلا يكون سألني وقال لي is your invention able to dive into the water يعني الاختراع بتاعك able يستطيع to dive ان هو يغوص into the water في المية الانسان الآلي بتاعك ده مستر اللي انت تخترعه ممكن يقدر يغوص في المية ممكن حد تاني منكو صديقه يسأله ويقول له مثلا الاختراع بتاعك ده is your invention made of wood or iron مثلا مصنوع من الخشب ولا من الحديد ممكن حد تاني يتسأل سؤال تاني خالص المؤمن السؤال اللي هيسأله لك صديقك ده عن الانفنشن بتاعك او عن الاختراع بتاعك هيساعدك ان انت تحسنه وتعدله وتخليه بقى افضل فمرة تانية بيقول لك write down one question your friend has about your invention اكتب سؤال صديقك سأله عن الاختراع بتاعك الجزء الاخير من البيج دي بيقول لك in the box في الصندوق write or draw اكتب او ارسم how you can كيف تستطيع change ان تغير change يعني غير your invention اختراعك to answer your friend's question لتجيب على السؤال بتاع صديقك فانت ممكن بقى تعدل الاختراع بتاعك ترسم التعديل ده وترسم الاختراع بتاعك وهو معدل وممكن تجيب على السؤال ده بدل ما ترسم الرسم تجيب عليه بالكتابة فمثلا انت ممكن ترسم الروبوت او الانسان الايلي هنا وهو معدل بحيث ان هو يغوص في المية وممكن حد تاني اختراع اختراع تاني فيقدر يرسمه بعد التعديل بحيث ان هو بقى افضل فانا انت هتكتب التعديل بتاع الاختراع بتاعك او هترسم التعديل في البوكس ده علشان تقدر تجيب على السؤال الخاص بyour friend او بصديقك والكلمات الجديدة هنا friend friend يعني صديق can can يعني يستطيع help help and يساعد question question يعني سؤال about about يعني بخصوص او عن invention طبعا invention يعني اختراع change change يعني يغير answer answer يعني اجابة او يجيب friend's question your friend's question يعني سؤال صديقك ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 21 او صفحة 21 وعنوانها appliances appliances يعني الاجهزة او الاجهزة المنزلية اللي احنا بنستخدمها في بيتنا اسمها appliances قولوا ورايا appliances مرة كمان appliances يعني الاجهزة او الاجهزة المنزلية فبيقولك هنا in each box في كل صندوق من السنة دي دي complete يعني اكمل the drawing rest of an appliance لجهز من الاجهزة ده appliance وده appliance وده appliance اللابتوب ده appliance والفان دي او المروحة دي appliance والرفريجريتور او التلاجة دي appliance حتى الووشنج ماشين او الغسالة appliance والكوكر او البوتاجاز appliance كل دي appliances فكل دي اجهزة منزلية فانا بيقولك الرسومات بتاعتهم مش مرسومة بشكل كامل فانت محتاج تعمل لها complete complete يعني تكمل complete يعني تكمل وبعدين ثم بعد ذلك match match يعني وصل each appliance كل جهاز with the correct action بالcorrect الصحيح action الفعل او العمل الصحيح بتاعه فانا عندنا 5 appliances او 5 اجهزة و 5 actions او 5 افعال كل appliance من دول او كل جهاز من دول بيعمل اكشن معين فاحنا بعد ما نكمل لرسم الapplyances دي او الاجهزة المنزلية دي هنوصل بين كل appliance والاكشن بتاعه او بين كل جهاز والعمل اللي هو بيقوم به فاول حاجة عندنا هنا cool the air cool يعني بيسقع بيبرد the air الهوى ايه الابلاينس او الجهاز اللي من الاجهزة دي بيبرد الهوى بيخلي الهوى بارد و جميل عندنا هنا لابتوب او كمبيوتر وبوتا جاز وغسالة وتلاجة وفان او مروحة شاطرين cool the air او بيبرد الهوى دي المروحة هي اللي بتحرك الهوى بتخليه بارد و جميل فانعمل match بين الفان ويقول the air طب جنبها هنا heat up food بيسخن heat up يعني يسخن فود الطعام ايه الابلاينس ايه الابلاينس من الابلاينس دي اللي بيهيت اب فود او بيسخن الطعام شاطرين ده الكوكر او البوتا جاز فهنعمل match بين الصورة بتاعت البوتا جاز وهيت اب فود او تسخين الطعام طب في ثالث حاجة clean closes clean يعني ينظف closes الملابس ايه الابلاينس من الابلاينس دي اللي بي clean closes او اللي بينظف الملابس شاطرين الواشنج ماشين او الغسالة فانوصل ال clean closes او تنظيف الملابس بصورة بتاعت الغسالة keep food cold او بيحافظ كيب يعني يحفظ فود الطعام cold بارد ايه الابلاينس اللي بيحفظ الطعام بارد في الابلاينس دي شاطرين ال refrigerator او التلاجة فانوصل بين التلاجة و keep food cold او العبارة بتاعت يحفظ الطعام بارد واخر حاجة find يعني يجد information المعلومات بلا الا المعلومات find information يجد المعلومات شاطرين طبعا اللابتوب او الكمبيوتر هو اللي بيعمل find للinformation فانوصل بين find information واللابتوب والكلمات الجديدة هنا appliances appliances يعني اجهزة او اجهزة منزلية correct يعني صحيح action يعني فعل ونتنال الpage اللي بعد كده خليكم معين ونوصل لpage 22 او صفحة 22 وعنوانها conserving water conserving يعني المحافظة ان انت بتحافظ على حاجة معينة water water يعني الماء conserving water المحافظة على الماء ويقولك هنا study address the home below البيت اللي مرسوم وموجود في الاسفل circle places circle places يعني ضاع دائرة حول الاماكن where you could التي where يعني اين او التي you could انت سوف تستطيع do something ان تفعل شيء ما to help لتساعد conserve water conserve water يعني ان تحافظ على الماء في هنا طبعا house او بيت زي ما احنا شايفين قدامنا او home زي ما احنا شايفين في four places او اربع اماكن بيقولك هنا circle the places ضاع دائرة حولين الاماكن اللي انت ممكن تعمل فيها حاجة تحافظ على الماء فعندنا هنا مثلا صدقنا ده بيستخدم الماء هو في الباثروم او في الحمام فتح الدش وفتح الحنفية والماء شغال على الفاضي فهنا ممكن نعمل حاجة ونقلل استهلاك الماء شوية فنعمل هنا حولين الصورة دي circle لان احنا to conserve water احنا ممكن نعمل حاجة علشان نحمي الماء في المكان ده طب نشوف المكان اللي جانبه دي bedroom او غرفة نوم يعني ما فيهاش حاجة كبيرة بس فيه هنا كات صغيرة وطبق وفيه مية تقريبا والكات بتلعب في المية وبتغرق الدنيا فنعمل circle حولين الكات والطبق اللي قدامها علشان خاطر نقدر نعمل conserve water ان احنا نحافظ على المية طب فيه هنا في الجاردن الصغيرة بتاعة البيت الراجل ده بيروش الزرق بالمية وبيستهلك مية كتير من غير حساب فاحنا هنا ممكن نعمل circle حولين الصورة دي برضو لان احنا ممكن نعمل هنا conserve water ان احنا نحافظ على المية واخر حاجة ماما الجميلة الوقفة دي في الكتشن او في المطبخ هو وقفة بتطبخ الطعام وفيه حنافية مية مفتوحة على الفادي فهنا لازم نعمل حاجة ونقدر نعمل حاجة علشان ن conserve water او نحافظ على المية فانا اعمل circle حولين الصورة دي والكلمات الجديدة هنا conserving conserving يعني نحافظ على water water study study يعني ادرس home يعني منزل او بيت could سوف تستطيع something شيء ما conserve water الحفاظ على الماء ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 23 او صفحة 23 ودي اخر بيج في lesson 7 او الدرس السابع وعنوانها water pledge pledge يعني عهد او قسم طبعا العهد او القسم ده اللي هو حاجة زي promise اعرفين البروميس يا اصحابي او الوعد لما انا اقول لك promise promise يعني وعد البروميس ده او الوعد ده ممكن نسميه pledge pledge يعني قسم لما انا احلف لك على حاجة معينة ان انا هعملها ده اسمه pledge وده نوع من انواع البروميس بس بروميس قوي اوي لان انا حلفت ان انا هنفذ البروميس ده او الوعد ده قدامك او قدام حد تاني فهنا بيقول لك water pledge water يعني الماء طبعا زي ما احنا عارفين pledge pledge يعني قسم فهنا معناها قسم الماء القسم الخاص بالمية وهنا بيقول لك complete complete يعني اكمل the pledge القسم below المكتوب بالاسفل draw يعني ارسم apicature apicature يعني صورة to show لتوضح your promise your promise يعني وعدك وزي ما قلتلكم شوية ال pledge ده نوع من انواع البروميس او الوعد بس بيبقى قوي شوية لان انت بتعمل حاجة اسمه where او ان انت بتقسم فال pledge هو promise بس اقوى شوية من ال promise لان انت بتقسم فيه فانا بيقول لك i pledge انا اقسم to conserve to conserve ان انا احافظ على water الماء at home في البيت i will do this by انا سوف افعل ذلك بواسطة ممكن اقول مثلا take a shorter shower in the morning take يعني ااخد a shorter shower حمام او ان انا استحمى بوقت اقل شوية shorter يعني اقل shower استحمام in the morning في الصباح انا كل يوم مثلا باخش الصبح ااخد دوش بيبقى طويل شوية وبستغلك مية كتير لانا اخلي الدوش ده وقته اقل شوية بحيث ان انا اعمل conserve للووتر ان انا احافظ على المية شوية ممكن اقول مرة تاني i pledge to conserve water at home ان انا اقسم ان انا احافظ على المية في البيت i will do this by انا سوف افعل ذلك بواسطة take a shorter shower in the morning ان انا اخد حمام ان انا اخد حمام في وقت اقصر في الصباح وفي الجزء التاني من البيتج بيقولك this is how i can conserve water at home this is هذا how كيف i can انا استطيع conserve conserve ان انا حافظ على water الماء at home وصيب لك بوكس ترسم في ان انت توضح كيف تستطيع ان تحافظ على الماء في البيت ممكن ترسم نفسك كنت داخل تاخد شاور وشاور ده هيبقى مدته وقت اقصر او shorter shower in the morning وقت استحمام اقل في الصباح وبكده نكون انهينا البيتج دي والكلمات الجديدة هنا pledge pledge يعني قسم conserve water يحافظ على الماء وطبعا this is how هذا كيف i can انا استطيع conserve water ان انا حافظ على الماء at home في البيت وبكده نكون انهينا page 23 او صفحة 23 وانهينا معاها شرح lesson 7 او الدرس السابع وفي الختام اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم لو استفدت اعمل like والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح شابتر 1 How goods are made around the world او كيف تصنع الوضائع حول العالم وده طبعا في المحور الثالث How the world works او كيف يعمل العالم وكنا انهينا المرة اللي فاتت lesson 7 او درس السابع وكان نهايتها page 23 او صفحة 23 النهاردة ان شاء الله هنشرح lesson 8 و lesson 9 و lesson 10 كمان حتى نهاية شابتر 1 وهنخلص النهاردة شابتر 1 بالكامل و قبل ما نبتدي في الشرح لازم يكون معانا الكتاب و ألم و لو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه و نذاكر منه و يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم و نوصل ل page 24 او صفحة 24 و دي اول page في lesson 8 او في الدرس الثامن طبقا لذليل المعلم و عنوانها turning wheat into bread turning يعني تحويل wheat wheat اللي هو القمح into bread إلى خبز ازاي بنصنع الخبز من القمح وهنا طبعا هو فيه short story او قصة صغيرة بتوضح لنا ازاي القمح بيتحول لخبز جميل ناكله و نقدر نستخدمه و نشبع به فطبعا القصة الصغيرة دي كمان بتوضح لنا ازاي التكنولوجيا والتكنولوجي اللي الانسان اخترعها و ابتكرها سهلت عملية تحويل ال wheat او القمح into bread إلى خبز و هنا بيقول لنا read اقرأ the story القصة about how wheat اللي بتحكي عن ازاي الامح becomes bread بيصبح bread بيصبح خبز واول صورة موجودة في الستوري الجميلة دي بيقول لنا former عادل former عادل او المزارع او الفلاحة عادل has يمتلك a wheat filled wheat يعني قمح filled filled يعني حقل حقل او قطعة ارض يعني بيزرع فيها قمح each season each season يعني كل فصل he plants هو بيزرع seeds seeds اللي هي البذور and weights and weights وبينتظر for his wheat to grow بينتظر القمح بتاعه his wheat to grow to grow لينمو عادل عنده حقل بيزرع فيه قمح وكل season او كل فصل بيزرع البذور بتاع القمح ويرشها في الارض ويحطها وبعدين بينتظر حتى تنمو البذور دي وتبقى ايه تبقى قمح جميل وفي الصورة التانية بيقول لنا after farmer عادل's wheat is grown بعد after يعني بعد farmers عادل wheat الأمح بتاع المزارع عادل is grown بينمو خلاص هو نمى وكبر he uses هو بيستخدم his tractor his tractor الجرار بتاعه tractor يعني جرار to harvest harvest زي ما عرفنا قبل كده يعني يحصد يعني يجمع الأمح ده من الأرض زوية الأمح احنا عرفنا قبل كده في القطن وزراعة القطن وازاي بكنا بنسنع القماش والملابس من القطن ان في حاجة اسمها harvest harvest يعني حصاد يعني نجمع المحصول بتاعنا والزرع بتاعنا من الأرض فهو هنا بيقولك عادل بعدما الأمح بتاعه بينمو after farmer adults wheat is grown بعدما الأمح بتاع عادل is grown خلاص نمى he uses هو بيستخدم his tractor his tractor جراره to harvest harvest يعني يحصد زويت زويت اللي هو القمح وفي الصورة الثالثة يا أصحابي بيقول لنا هنا farmer عادل farmer عادل يعني المزارع عادل sends sends يعني بيرسل his wheat his wheat القمح بتاعه to a factory factory يعني مصنع to make flower to make flower علشان يعمل lde flower دقيق طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة هنا في المصنع او في factory في مكانة كبيرة بتاخد الامح ده وتطحنه وتشيل من عليه القشر بتاعه قبل ما تطحنه وتحوله ل flower flower يعني دقيق زي ما عادل كان نستخدم التكنولوجيا وهو بيحصد الامح من الارض برضو المصنع بيستخدم التكنولوجيا وعنده مكانة كبيرة بتحول الامح اللي دقيق بسهولة ونقرأ الجملة دي مرة تانية فارمر آدل المزارع عادل سينتز بيرسل his wheat القمح بتاعه to a factory to a factory يعني الى المصنع to make flower ليصنع make يعني يصنع flower flower يعني الدقيق الدقيق وفي الصورة الربعة بيقول لنا هنا baker honey baker يعني الخباز baker honey اللي اسمه honey uses يستخدم the flower اللي هو الدقيق to make bread to make bread يعني ليصنع الخبز he sells he sells he sells يعني هو يبيع the bread the bread اللي هو الخبز in his shop in his shop his shop يعني المتجر بتاعه المحل بتاعه فهو بياخد الدقيق يصنع منه خبز لذيذ وجميل ويبيعه في الشوب بتاعه ويبيعه في الشوب بتاعه أو في المحل بتاعه فنقولها مرة تانية بيكر هاني الخباز هاني uses the flower بيستخدم الدقيق to make bread ليصنع الخبز he sells هو يبيع the bread in his shop الخبز في مكجره الخبز في مكجره والصورة الأخيرة أصحابي الخبز هو في شكله الجميل وبيقولك people يعني الناس buy يعني بيشتروا the bread الخبز from the bakery يعني من الخباز to eat it to eat it ليأكلوه with super super اللي هو العشا العشا اسمه dinner واسمه بردو super فالناس بيشتروا الخبز ده من البكري أو من الخباز علشان يأكلوا مع العشا بتاعهم ونقراه مرة تانية people يعني الناس buy the bread بيشتروا الخبز buy the bread الخبز from the bakery from من the bakery الخباز to eat it to eat it ليأكلوه with super with super اللي هو مع العشا والكلمات الجديدة هنا يا أصحابي turning turning يعني تحويل turning يعني تحويل wheat يعني قمح into إلى bread يعني خبز story story يعني قصة becomes يعني يصبح farmer 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 يعني مزارع wheat filled يعني حقل من القمح قطعة أرض مزروع فيها أمح season يعني فصل plants plants يعني يزرع seeds يعني بزور weights يعني ينتظر grow grow يعني ينمو after يعني بعد grown يعني نمى tractor يعني قرار harvest يعني حصاد sends sends يعني يرسل factory يعني مصنع make يعني يصنع flower يعني دقيق baker يعني خباز uses uses يعني يستخدم shop يعني مدقر sells يعني يبيع people يعني ناس buy يعني يشتري from يعني من bakery bakery يعني خباز أو محل الخباز eat يعني يأكل with يعني معه super يعني العشاء ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 25 أو صفحة 25 وعنوانها the life cycle of bread وزي ما عرفنا قبل كده يا أصحابي life cycle يعني دورة الحياة الخاصة بحاجة معينة ودايما أي life cycle بيبقى ليها بداية وليها كمان نهاية فإن هو بيكلبنا على life cycle بتاعة البريد أو دورة حياة البريد أو الخبز وزي ما احنا شايفين يا أصحابي بيقول لنا draw يعني إرسم the missing stages missing يعني مفقود stages يعني مراحل to complete يعني لتكمل the life cycle of bread دورة حياة الخبز وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هنا مكتوب start start يعني البداية وزي ما احنا شايفين برضو القمح موجود لسه مزروع في الأرض وشكله جميل تاني خطوة المفروض كان عادل أعملها ايه بعدما القمح نمى وكبر في الأرض شطرين هيحصده هيعمل هارفستنج بالتراكتور بتاعه هيحصد الأمح بالجرار بتاعه فهنرسم هنا صورة للمزارة او الفارمر وهو بيعمل هارفستنج انه هو بيعمل عملية الحصاد للأمح ده بالتراكتور بتاعه او بالجرار بتاعه طب الصورة الثالثة هو رسمها لك ومكملها لك لما الأمح عادل خدوة ده الفاكتوري الفاكتوري او المصنع علشان يعمل فلاور او make a flower او يعمل دقيق نستخدمه بعد كده طب الخطوة الرابعة بعد ما الفاكتوري عمل لنا الفلاور الجميل او الدقيق الكويس الجميل اللي احنا بنستخدمه مين اللي بياخده؟ شاطرين الباكر الباكر بياخد الفلاور ده علشان يعمل منه الخبز فانا نرسم صورة للباكر وهو واخد الفلاور وبيحط عليه المية علشان يعجنه ويستخدمه بعد كده في عمل الخبز طب واخر صورة يا اصحابي اخر صورة صورة البريد الجميل او الخبز الجميل اللذيذ اللي احنا بنشتريه من الباكر ده او من الخباز ده علشان نأكله ونجبع وطبعا الكلمات الجديدة هنا لايف سايكل يعني دورة حياة ميسنج مفقود ستيجس مراحل ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 27 لان صفحة 26 كانت صفحة بيضة وفاضية زي ما احنا عارفين وبيج 27 عنوانها سانكيو كارد سانكيو كارد يعني كارت شكر كارت بنقول في لحد شكرا السانكيو كارد ده هنعمله المين يا اصحابي فل يعني املأ في الكارت الموجود بالاسفل لتشكر لتشكر الخباز في مجتمعك في مجتمعك في مجتمعك واضعوه يعني اعمله دعوة وقوله تعالى ولو الخباز ده كان واحدة ست يعني قلها يتيجي وتحضر للاحتفال للاحتفال بتاع الكلاسروم بتاعك او الاحتفال بتاع الكلاسروم بتاعك سلبريشن يعني احتفال فانا بيقولك املأ الكارت بتاع السانكيو كارد ده او كارت الشكر ده وهنملأ المين هنملأ علشان خاطر الخباز في مجتمعك يعني في مجتمعك في المجتمع بتاعك واضعوه او هير هو او هيا للاحتفال الخاص بالفصل بتاعك يعني للاحتفال الخاص بالفصل بتاعك فهنا فيه طبعا كارت موجود وفادي وفيه صورة كمان للبريد الجميل ده المفروض نحنا عايزين نقول للبيكر سانكيو فهنكتب هنا سانكيو تي اتش اي ان كي واي او يو سانكيو وطبعا ده اسمه السانكيو كارد او كارت الشكر اللي احنا هنبعته للبيكر ده او للخباز ده اللي هو موجود في المجتمع بتاعنا ومكتوب تحت السانكيو كارد هنا سانكيو كارد قص قص السانكيو كارد بتاعك او كارت الشكر بتاعك هنقصه يو المعلم بتاعك سوف يوصله يعني يوصله لباكر للخباز في المجتمع بتاعك فزي ما قلتلكو يا اصحابي هنكتب هنا سانكيو وممكن نزين الكارتب طبعا برسمة ورود جميلة نرسم عليه ورود جميلة او نرسم عليه هدية المهم ان احنا نعبر للبيكر او للخباز ان احنا بنقوله شكرا سانكيو علشان هو بيخدمنا في المجتمع بتاعنا او in our community في المجتمع بتاعنا والكلمات الجديدة هنا في المجتمع ان في الكارت الموجود بالاسفل لتشكر الخباز لتشكر الخباز يعني المجتمع بتاعك ان في ادعوه او هير هو او هير هي او هير هي للاحتفال بتاع الفصل بتاعك كت اوت قص تيتشر معلم ديليفر ديليفر يعني وصل ويور كوميونيتي زي ما عرفنا يعني مجتمعك ونتنال للبيج اللي بعدك ادخل ليكم معايا ونوصل لبيج 29 او صفحة 29 وده الدرس التاسع وطبعا بيج 28 كانت صفحة فاضية فده الدرس التاسع او لسون 9 ويعنوانها bread in a bag bread يعني خبز in a bag في كيس chobz this is the recipe recipes طبعا اي طبخة او اي اكلة معمولة في الدنيا لازم يكون لها the recipe بتاعتها او الوصفة بتاعتها اللي بتوضح المكونات اللي بتتعامل منها فأي أكلة في الدنيا لازم يكون لها ريسيبي فهنا بيقولك this is the recipe دي الوصفة we will use اللي احنا سوف نستخدمها to make our bread علشان نعمل البريد بتاعنا dough dough يعني عجينة علشان نعمل عجينة البريد بتاعنا أو الخبز بتاعنا dough يعني عجينة يبقى دي الريسيبي recipe يعني وصفة we will use سوف نستخدم to make لنصنع our bread bread يعني خبز dough dough يعني عجينة وهنا بيقولك later بعد كده you can share it انت ممكن تشاركها you can انت تستطيع share it ان تشاركها with your family with your family يعني مع اسرتك to make علشان تصنع bread at home خبز في البيت خبز في البيت فهنا طبعا هيقول لنا الوصفة الجميلة اللي ممكن نعمل بيها bread dough bread dough أو عجينة الخبز وهنا بيقولك ingredients ingredients يعني المكونات ingredients يعني المكونات ingredients قولوها مرة كمان ingredients يعني المكونات هنا بيقولك 240 gram يعني 240 gram of flour of flour يعني من الدقيق 5 mille of salt 5 mille من الملح salt يعني ملح 180 mille of milk 180 mille من اللبن من الحليب 15 mille of olive oil 15 mille من olive olive اللي هو الزيتون oil oil يعني زيت يبقى olive oil يعني زيت الزيتون وهنا بيقولك large plastic bags large يعني كبير plastic طبعا بلاستيكي bags حقائب بلاستيكية كبيرة baking sheet baking sheet sheet يعني ورقة baking sheet ده expression مع على بعضه بيجي بمعنى الصاج عارفين الصاج يا أصحابي اللي احنا بنحطه في الفرن وبيبقى جواه الحاجات اللي ممكن تتخبز سواء كان مثلا كحك زي بتاع كحك العيد سواء كان في طير معين زي بتاع البيتزا سواء كان الخبز الخبز اللي احنا بنكله ده بيتحط طفصاج برضو ساعات علشان يتخبز والصاج ده اللي بيخش الفرن وبيكون عليه الخبز اسمه baking sheet baking sheet يعني صاج واخر حاجة بيقولك parchment paper parchment paper يعني ورق زبدة parchment الوحدة بتيجي بمعنى باكالوريوس وبيجي بمعنى شهاد التخارج بتيجي معاني كبيرة وكتيرة جدا بس ده expression برضو على بعضو معناه ورق زبدة parchment paper ورق الزبدة وانا بيقولك instructions instructions يعني التعليمات احنا دلوقتي عرفنا ingredients ingredients اللي هي المكونات المفروض احنا خلاص جبنا المكونات اللي احنا عرفناها وهنبتدي نتبع التعليمات او instructions علشان نعمل bread dough bread dough او عجينة الخبز فانا طبعا بيقولك mix mix يعني اخلط flour flour يعني الدقيق and salt and salt والملح together together معا in the bag in the bag في الحقيبة يبعي نخلط الدقيق والملح مع بعضهم في بعض في الباق او في الحقيبة تاني خطوة بيقولك add add يعني اضف milk milk يعني الحليب and oil والزيت two bag للشنطة برضو يبقى احنا هنحط عليهم الحليب وهنحط عليهم الاويل او الزيت باقي كيف يقولك zip bag closed zip يعني اقفل باحكام bag closed الشنطة وخليها مقفولة وطبعا زي ما احنا عارفين zipper يعني سوستة فzip يعني هتقفلها كأنك مثلا بتقفلها بسوستة بفتلة بحبل المهم هتقفلها باحكام and squeeze it and squeeze and squeeze يعني واعصر اضغط عليها واعصرها and squeeze bag squeeze يعني يعصر حاجة squeeze bag هتمسك الشنطة وتعصرها بحيث ان انت تخلي الحاجات اللي جواها تدخلط مع بعضها جامد until حتى all ingredients all يعني كل ingredients المكونات are mixed ان هي تدخلط mixed يعني تدخلط جامد مع بعضها mix يعني طبعا يخلط حاجة معينة and smooth and smooth وتبقى عجينة فبعضها كده نعم smooth يعني نعم فانا بيقولك zip bag closed اعفلها بحق اعفل الشنطة بحق and squeeze back واعصرها وضعت عليها until حتى all ingredients كل المكونات are mixed تدخلط and smooth و تبقى نعم في بعضها كده وطبعا mixed يعني تخلط في بعضه و mixer يعني خلاط زي ما احنا عارفين الخلاط اللي ما بتستخدمه في البيت ده اسمه mixer الثالث خاطوة بيقولك lightly lightly يعني برفق lightly flower هنرش flower هنرش شوية دقيق the table على الترابيزة يبقى هنمسك شوية دقيق كده ونرش lightly بنعم كده برفق رشة خفيفة كده lightly flower the table هنرش رشة خفيفة من البقيق على الترابيزة dump dump يعني نزل العقينة dump يعني القي دو العقينة out برا الكيس and need need يعني دلك يعني اضعك العقينة ببعضها يبقى هنرش dump دو هتسقط العقينة من الكيس dump يعني يسقط دو العقينة out من الكيس دبعا برا الكيس and need ودلكها ودعكها بأيديك for 10 to 15 minutes من 10 ل 15 دقيقة يبقى نخرج العقينة من الكيس ونقعد ندعكها بأيدينا من 10 ل 15 دقيقة divide يعني أسم دو العقينة into إلى four equal pieces four يعني أربعة equal يعني متساوي pieces pieces يعني قطع يبقى نقسم العقينة إلى 4 قطع متساوية استخدم rolling pin rolling pin اللي هي المنشبة يا أصحابي وزي ما احنا شايفين شكلها عامل إزاي اللي بيستخدمها الراجل بتاع البيتزا وهو بيعمل البيتزا واللي بيستخدمها الفطاطري وهو بيعمل الفطير واللي بيستخدمها أي حد بيعمل عجينة وبيفردها علشان يخليها مستوية دي اسمها rolling pin rolling pin اسمها إن الشابة هي خشبة كده بيفردوا بيها العجينة علشان تبقى مفروضة اسمها إن الشابة وبعدين بيقولك استخدم إن الشابة ترول يعني تفرد كل قطع فلات وتخليها مستوية فلات مستوية place pieces يعني ضع القطع دي unpacking sheet unpacking sheet على الصغ lined على شكل خطوط طبعا line خط lined على شكل خطوط with parchment paper مع طبعا إيه parchment paper أو وراء الزبدة وآخر خطوة بيقولك bake bake يعني اخبز طبعا baker يعني خباز يبقى bake يعني اخبز for 8 to 10 من من 8 ل 10 دقائق in the oven in the oven في foreign oven يعني foreign ندخلها الفرن ونسيبها من 8 ل 10 دقائق وبكده نكون انهينا page دي وعرفنا ازاي الخبز بيتصنع والrecipe أو الوصفة بتاعة bread dough أو العجينة بتاعة الخبز وال ingredients المكونات وال instructions أو التعليمات وكل خطوة بتيجي امتى وبيتعمل ازاي الخبز عشان يطلع جميل ولذيز ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج number 30 أو صفحة رقم 30 وعنوانها bread is good bread يعني الخبز is good جيد الخبز الخبز خليل جيد ومشي وانا بيقول لك draw يعني ارسم and color and color ولون a picture of you or your family لك أو لأسرتك enjoying بتستمتع bread بالخبز complete يعني اكمل the sentence الجملة below the picture below below the picture أسفل الصورة يبقى انت هنا ترسم صورة لك أو صورة لأسرتك وانتو بتستمتعوا بالخبز الجنيل اللذيذ وبيقول لك اكمل الجملة الموجودة أسفل الصورة والجملة بتقول bread is good bread is good يعني الخبز جيد because لأن هنقول because لي يا أصحابي الخبز bread is good because الخبز جيد بسبب إه it is delicious and saturated delicious يعني لذيذ طعم حلو وقميل and saturated saturated يعني مجبع لما بنأكله بنشبع بنكون جانين وبعدين بنشبع فهذا اسمه saturated saturated يعني مجبع بتأكل منه فبتشبع ف bread is good because it is delicious and saturated وبكي نكون أنهينا شرح chapter 1 وفي الختام أحب أفكارك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرز الإشعارات علشان يوصلك كل جديد وانتابع مع بعض أول بول وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عاملوا موقع جمية لمشتركي قناة فلاش التعليمية والخصم ده بيوصل لـ 50% لازم تدخلوا على الموقع بتاع جمية من اللينكات الخاصة بالقناة وأنا سيبها لكم في الوصف أو في الـ description أسفل الفيديو لو استفدت من درس النهاردة أعمل لايك والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة إزايكو يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح منها اكتشف الصف الأول الابتدائي وهنبتدي نشرح شابتر 2 الفصل الثاني في المحور الثالث how the world works كيف يعمل العالم وشابتر 2 هنوانه how business works how business works كيفية القيام بالأعمال طبعا الأعمال التجارية how كيف بيزنس الأعمال التجارية المشروعات works يعمل أو تعمل how business works كيفية القيام بالأعمال التجارية وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأول صفحة في شابتر 2 هي page 33 أو صفحة 33 وعنوانها community businesses community businesses أو الأماكن الموجودة في المجتمع بتاعنا اللي بتقوم بالأعمال التجارية community يعني مجتمع businesses اللي هي المشروعات التجارية فهنا معاناها المشروعات التجارية في المجتمع community business وهنا بيقولك cut out قص each business كل مشروع تجاري كل صورة خاصة بمشروع تجاري فعندنا هنا 6 pictures أو 6 صور أو الوحدة book store book store يعني مكتبة طبعا زي ما احنا شايفين هي فيها كتب و كرسات و أدوات مكتبية ثاني حاجة barbershop barbershop محل الحلاق طبعا زي ما احنا عارفينه اللي بنروح له عشان نقص شعرنا وثالث حاجة hotel hotel يعني فندق رابع صورة restaurant يعني مطعم خمس صورة grocery store grocery store يعني محل البقالة و آخر صورة souvenir store souvenir يعني هدايا تسكارية souvenir store يعني محل الهدايا التسكارية والتحف وده طبعا بيبقى موجود في الأماكن السياحية وعايزين نفتكر مع بعضي واصحابي الفرق بين ال need و ال want علشان هنا الأماكن التجارية دي او البزنسس دي بتقدم طبعا مجموعة حاجات الناس بتحتاجها في حاجات منها needs او احتياجات اساسية الانسان ما يعرفش يعيش من غيرها وفي حاجات wants wants يعني رغبات الناس برضو بتبقى عيزاها بس لو ما حصلوش عليها حياتهم مش هتتأثر فلازم طبعا نبقى فاكرين معنا ال need اللي هي الحاجة وال want اللي هي الرغبة الحاجة هي الشيء اللي احنا محتاجينه ما نقدرش نعيش من غيره زي الحاجات الاساسية لحياتنا الاكل والمية والمسكن والهواء طبعا كل دي حاجات اساسية ما نقدرش نعيش من غيرها لكن ال wants حاجات تانية ممكن نستغنى عنها لو ما حصلناش عليها حياتنا مش هتتأثر زي اي شيء ممكن يكون رفاهية بالنسبة لنا لعبة جديدة هدوم جديدة جنب الهدوم اللي عندنا حاجة ممكن نستغنى عنها ولو ما حصلناش عليها حياتنا مش هتتأثر وزي ما احنا شايفين قدامنا دول ست مشروعات تجارية او six businesses المشروعات التجارية دي او ال businesses دي بتقدم خدمات للناس وسلعة يعني ايه سلعة ويعني ايه خدمة طبعا يا اصحابي في فرق جدير بين السلعة والخدمة او بين الجود الجود يعني البضاعة او السلعة وبين service اللي هي الخدمة الجود او البضاعة هي حاجة ملموسة بنلمسها بناخدها من المكان اللي احنا بنتعامل معاه سواء كان مثلا بوك ستور احنا بنروح ندي الراجل اللي موجود في المكتبة الفلوس وناخد منه جود جود بضاعة اللي هي مثلا كتاب بوك او نوت بوك كراسة او اي ادام الادوات المكتبية فهو هنا بيقدم لك جود جود يعني بضاعة يعني سلعة طب ايه هي service او الخدمة هي حاجة بيدها لك المشروع التجاري خدمة بيقدها لك انت ما تقدرش تلمسها بيدك زي مثلا ال Barber Shop ال Barber Shop احنا بنروح عنده علشان يعمل لنا خدمة ما بيدلناش جود في ادنا ما بيدلناش بضاعة في ادنا بس هو بيعمل لنا خدمة احنا برضو محتاجينها ان هو بيقص لنا شعرنا وبياخد في مقابل ده فلوس مننا فهنا هو بيقدم لك ايه بيقدم لك service service يعني خدمة فالمشروعات التجارية او ال Businesses بتقدم goods يعني سلعة and services services يعني خدمات فعايزين نشوف الاماكن التجارية القدامنا دي عندك هنا مثلا البوكستور البوكستور او المكتبة بتقدم goods شطرين لانها ما بتقدمش خدمات طب ال Barbershop ال Barbershop او محل الحلاقة بيقدم services services يعني خدمات ما بيقدم لكش ما بتاخدش مثلا معك منه بضاعة معينة وانت ماشي من عنده طب ال Hotel ال Hotel او الفندق ما بيقدمش طبعا goods ما بيدكش بضاعة انت لما بتبقى في مكان معين وتنزل في الفندق وتحجز اوضة في الفندق وانت ماشي ما بتاخدش الاوضة دي معاك انت بتقعد فيها فترة معينة وبعدين بتمشي فهو هنا ادى لك service او ادى لك خدمة وخد منك في المقابل فلوس طب ال restaurant ال restaurant او المطعم بيقدم goods ولا services هو بيقدم services في الاول انه هو بيجيب الطعام وبيقدمه لك مستوي فهنا الخدمة انه هو بيقدمه لك وهو مستوي وجميل وبيحط لك الكلام ده على تربيزة وعلى كراسي وبيخليلك الجو كويس وجميل ان انت تقعد وتاكل دي service او خدمة الاكل نفسه اللي هو بيقدمه لك او الفود نفسه اللي بيبقى موجود على التربيزة ده goods فهو ال restaurant هنا بيقدم services وبيقدم goods في نفس الوقت services هي مسالة انه هو بيخليك تقعد تاكل وبيعملك الطعام بشكل كويس وال goods او البضاء اللي هو بيديها لك هي الاكل نفسه او الطعام نفسه طب هنا grocery store grocery store او محل البقالة بيقدم goods او services شاطرين هو بيقدم goods او بضاعة لان هو بيقدم لك كل انواع البضائع المختلفة سواء كانت مثلا تشيز جبنة سواء كانت مثلا شوجر سكر سواء كانت اي حاجة من الحاجات اللي بتبقى موجودة عند البقال واخر حاجة عندنا هنا souvenir store souvenir store او محل بيع الهداية التسكرية واضح جدا انه هو ما بيقدم اي services لكن هو بيبيع goods او بضائع اي هدية تسكرية بتاخدها من المكان اللي انت بتبقى موجود فيه تشتريها منه وزي ما وضحنا هنا هو بيطلب مننا ان احنا cut out cut out يعني نقص each business each business يعني كل صورة خاصة بمشروع تجاري وفي البيج اللي بعد كده وهي بيج فاضية هنعمل هنا table زي ما احنا شايفين ال table ده بيبقى موجود فيه تلات خانات او الخانة فيها places sales goods places sales goods او اماكن بتبيع البضائع وتاني خانة فيها places to services او اماكن بتقدي الخدمات اماكن الخدمات والخانة الثالثة both both او كلاهما فطبعا هنحط في الخانة الاولانية او places sales goods الاماكن اللي بتبيع البضائع هنحط فيها صورة book store المكتبة و grocery store او محل البقال و souvenir store او محل بيع الهدايا التسكرية طب الخانة الثانية بتاعة places to services او اماكن بتقدي الخدمات عندنا مثلا ال barbershop او محل الحلاء و عندنا ال hotel ال hotel بيقدم خدمة برضو بيقدم service طب و ثالث خانة اللي هي booth او مكان بيقدي الخدمة و بيقدم سلعة كمان يعني بيعمل لك خدمة و بيقدم لك بضاعة او سلعة اللي هي بنقول عليها booth كلاهما طبعا زي restaurant زي ما وضحنا في الصفحة اللي فاتة و نتنال ال page اللي بعد كده خليكم معا و نوصل ل page 35 او صفحة 35 و عنوانها goods and services goods يعني سلع او بضائع and services services يعني خدمات و هنا بيقول لنا draw a business ارسم مشروع تجاري that sells اللي هو يكون بيبيع goods بضائع او سلعة draw a business ارسم مشروع تجاري that sells a service اللي هو بيبيع خدمة complete اكمل the sentences الجمل ف احنا هنا في البوكس الاولين اذا هنرسم صورة لبزنس معين بيبيع goods و في البوكس التاني هنا هنرسم صورة لبزنس معين بيبيع service و هنعمل complete لل sentences او للجمل هنكمل الجمل فهنا في البوكس الاولين هنرسم صورة زي ما وضحنا لما كان يكون بيبيع goods زي مثلا grocery store grocery store او محل البقالة بيبيع goods فمثلا هنرسم هنا صورة grocery store و هنكتب هنا grocery store او محل البقالة sells goods بيبيع البضائع like زي هنقول مثلا cheese oil sugar cheese يعني جبنة و oil يعني زيت and sugar and sugar و السكر دي حاجات ممكن نليها في grocery store او في محل البقالة و دي goods او بضائع احنا بنشتريها منه طب في البوكس التاني هنا بيقول لنا هنرسم بيزنس بيقدم service او خدمة فممكن نرسم هنا ايا اصحابي مثلا ممكن نرسم هنا barbershop هنرسم هنا محل الbarbershop او محل الحلاق و بعد كده هنكتب هنا a barbershop او محل الحلاقة sales service بيبيع خدمة of hair cut قص الشعر فهو بيبيع لنا خدمة اي قص الشعر اسمها hair cut فهنكتب مرة تانية a barbershop sales service of hair cut والكلمات الجديدة هنا زي ما احنا عرفنا goods يعني بضائع او سلع و services services يعني خدمات و كي نكون انهينا الدرس الاول في شابتر 2 او الفصل التاني نقل listen to او الدرس التاني في شابتر 2 خليكم معي و نوصل ل page 36 او صفحة 36 و ده listen to او الدرس التاني في شابتر 2 و قبل ما اشرح الجزء ده احب افقارك واقولك ما تنساش تشترك في القناة و اتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد و انتبع مع بعض اول بول و عنوان ال page هنا at work يعني في العمل at في work العمل و هنا بيقولك read read يعني اقرأ the text below the text below النص المكتوب بالاسفل text يعني نص below مكتوب بالاسفل underline ضع خط تحت the place المكان in blue in blue بالازرق يبقى المكان اي مكان او اي كلمة فيها اسمه مكان هنحط تحت منها خط بالازرق بالبلو underline ضع خط تحت the job الوظيفة in green بالاخدر اي كلمة فيها وظيفة هنحط تحت منها خط بالغرين او بالاخدر underline the tools ده خط تحت الادوات in orange in orange in orange بالبرتقالي ف اي كلمة فيها tools او ادوات هنحط تحت منها خط بالورنج و اول نص هنا بيقول this is هذا a meet market meet market يعني سوق اللحم او محل بيع اللحم او الجزار يعني meet market a butcher 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 el gazar meet market او الجزارة a butcher 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 el gazar gazar يعني butcher وهنا butcher دي وظيفة اسم وظيفة اسم job المفروض نحط تحت منها line بالغرين او بالاخدر فنعمل هنا تحت منها line بالغرين works بيعمل of the meat market الاجزار بيعمل في الميت ماركت ده فميت ماركت ده مش place يا اصحابي فالمفروض كلمة meet market هنا وميت ماركت هنا هنحط تحت منها خط باللون الازرق او in blue يبقى هنا عن underline الكلمة دي بالا uh in blue وعن underline الكلمة دي بالبلو كلمة butcher او gather هنقوم بيعمل تحت منها خط بالغرين وبعد كده بيقول لك The butcher أو الغذار cuts بيقطع The meat اللحم With a knife With a knife يعني بالسكين Knife يعني سكين والKnife دي tool لأصحابي هو بيستخدمها علشان يقطع الميت أو علشان يقطع اللحم فأناعمل تحت منها line باللون الأورنج علشان هي tool وأنا بيقول لك The butcher The butcher The butcher uses بيستخدم A scale A scale 200 To weigh To weigh يعني ليذن The meat اللحم فهو The scale هنا طبعا ده tool فأناعمل تحت منها line باللونج بردو وطبعا To weigh The meat يعني ليذن اللحم ويعني يذن وميت طبعا يعني لحم والتكست الثاني مكتوب فيه This is a bank هذا bank فأناعمل تحت كلمة bank line باللون البلو أو بالأزرق هنعمل تحت منها underline بالبلو لأنه place أو مكان طبعا teller teller يعني الصرف ودي وظيفة أو job فأناعمل تحت منها underline باللون green works at the bank works at the bank يعني بيعمل في البنك بانك تاني بردو اللي هو المكان المصرف أو البنك فأناعمل تحت منها underline باللون blue أو in blue لأنه place the teller the teller أو الصرف adds up بيضيف أو بيجمع money الأموال أو الفلوس أو النقود with a calculator with a calculator بالآلة الحزبة calculator اللي هي الآلة الحزبة فهو بيضيف الفلوس على بعضها وبيحسبها عن طريق استخدام calculator أو الآلة الحزبة الآلة الحزبة أو calculator فأناعمل تحت منها underline بالأورنج طب وبعدين بيقول لنا إذا تيلر الثراف types بيكتب amount of money amount يعني كميات of money الفلوس أو النقود into the computer into the computer على الكمبيوتر فبيكتب كميات الفلوس على الكمبيوتر والكمبيوتر هنا المفروض هو tool بيستخدمها برده فأناعمل تحت منها underline بالأورنج لأن هي tool هو بيستخدمها التكست الثالث ومكتوب فيه this is a bakery بيكري اللي هو محل بيع المغبزات أو محل المغبز فهنا بيكري ده place المفروض هنعمل تحت منها underline in blue أو خط بالأزرق a baker بيكر اللي هو الخباز طبعا وهو بيعمل في البيكري طبعا بيكر دي job المفروض هنعمل تحت منها underline in green أو خط باللون الأغضر works at the bakery هو بيشتغل في البيكري أو في محل بيع المغبز the baker الخباز uses يستخدم a mixer mixer اللي هو الخلاط وده طبعا tool من tools اللي هو بيستخدمها فطبعا هنعمل تحت منها underline بالأورنج لأنها tool هو بيستخدمها وهي المكسر المكسر أو الخلاط to mix to mix ليخلط the ingredients the ingredients المكونات ingredients المكونات the baker الخباز puts puts بيضع the bread the bread اللي هو الخبز in the oven in the oven اللي هو في الفورن oven يعني فورن to cook to cook ليستوي ليطهو فالأوفن هنا طبعا tool وبيستخدمها بردو فنعمل تحت منها underline in orange أو باللون البرتقالي واخر حاجة هنا this is a garage this is a garage this is a garage ده طبعا garage ما كان اسمه garage فهنا ده place فنعمل تحت منه underline underline in blue أو باللون الأزرق a mechanic اللي هو الميكانيكي وده طبعا اسم الجوب بتاعته فهنا ملتحت منه underline in green in green بالأغدر works at the garage الميكانيك بيشتغل في الجاراج the mechanic الميكانيكي changes بيغير a tire a tire الإطارات الكويتش بتاع العربية ده اسمه tire with a wrench with a wrench wrench يعني مفتاح الربط طبعا اللي هما بيفكوا به الصوميل والحاجات المسكل كويتش من الجنب لها مفتاح معين بيفكها ده اسمه wrench wrench مفتاح الربط يبقى ده طول المفروض ان ده طول هنعمل تحت منها underline in orange أو خط باللون البرتقالي the mechanic الميكانيكي uses بيستخدم a funnel funnel اللي هو الأمع to change the oil to change the oil علشان يغير الزيت للعربية فالفانل ده أو الأمع ده المفروض انه هو tool بيستخدمها فانعمل تحت منها underline in orange أو خط باللون البرتقالي وبكية نكون انهينا البيتج دي وانهينا معاها شرح الدرس التاني في chapter 2 أو في الفصل التاني how business works أو كافية القيام بالأعمال التجارية وأتمنى انتو تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو أعجبك الدرس اعمل لايك والأهم انك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عملوا موقع جميع لمشتركي قناة فلاش التعليمية وهو بيصل لخمسين في المية لازم تدخلوا على الموقع من الروابط الخاصة بالقناة وأنا سيبهلكم في الوصف أو الديسكريبشن أسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر برايماري 1 الصف الاول الابتدائي ونكمل شرح شابتر 2 الفصل الثاني كيفية القيام بالأعمال وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج سيرتي سكس أو صفحة ستة وتلاتين نهاردة ان شاء الله هنبدأ شرح بيج سيرتي سبن أو صفحة سبعة وتلاتين وزي ما احنا متعودين نكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وانوان بيج سيرتي سفن مكسد اب وورك مكسد اب يعني متلغبة يعني مختلط مكسد اب وورك يعني اعمال مختلطة أعمال غير مرتبة فمكسد اب يعني حاجة غير مرتبة او متلغبة فهي نقول عليها غير مرتبة اعمال غير مرتبة طبعا work يعني عمل او يعني شغل هنا بيقول لنا match match يعني وصل the job the job الوظيفة with the correct place correct place place يعني مكان وcorrect يعني صحيح and tools and tools والادوات فاحنا عندنا job وعندنا tool وعندنا place المفروض هنوصل ال job اللي هي الصف اللي في النص او العمود اللي في النص بتول الصحيحة او الاداة الصحيحة اللي بيستخدمها صاحب ال job دي او الموظف اللي شغال في ال job دي وبال place كمان او بال correct place اللي هو شغال فيه فمثلا عندنا اول حاجة صورة البنوتة الجميلة دي وهي قدامها فلوس بتاعتها وشغالة فيها طبعا احنا عرفنا في الدرس اللي فات ان البنوتة دي شغالة في البنك وهي اسمها teller teller يعني صراف فاول حاجة هنوصلها بال correct place بتاعها فين هنا البنك اول حاجة ده المحل بتشكله كده زي ما يكون في مغبوزات ده bakery bakery يعني مغبز طيب اللي تحت منه ده في عربية متعلقة ده ممكن يكون ايه؟ ده ممكن يكون جاراج جاراج اللي شغال فيه الميكانيك طب التالت ده ده فيه لحمة متعلقة ده اللي هو الميت ماركت الميت ماركت او اللي هو الجزارة محل الجزارة اخر حاجة ده مكتوب عليه بانك ومبنى شكله نضيف كده هيبقى هي شغالة هنا في البانك فهنوصل البنوتة الجميلة دي بالصورة بتاعت البانك وده correct place او المكان الصحيح اللي هي شغالة فيه طب ايه التول او التول زي اللي هي بتستخدمها وهي بتقدي الوظيفة بتاعتها والحاجة هنا في ميزان واكيد هي ما بتستخدمش الميزان ما بتوزنش الفلوس تاني حاجة هنا فيه knife knife او سكينة كبيرة اكيد هي ما بتستخدمش knife او سكينة ثالث حاجة هنا فيه ميكسر او خلاط او عجان كبير اكيد هي برضو ما بتستخدموش رابع حاجة فيه هنا oven oven او فرن كبير بيستخدم في حاجة تانية مش هي اللي بتستخدمه وفيه هنا calculator calculator او آلة حزبة اه هي فعلا بتستخدم calculator او الآلة الحزبة علشان تحسب الفلوس واخر حاجة فيه هنا المفتاح او اللي بنسميه wrench او المفاك اللي بيستخدمه صاحبنا بتاع الجاراج علشان يغير tires او الاطارات بتاع العربيات فهنا هي بتستخدم calculator ودي correct tool او الاداة الصحيحة فنوصل بينها وبين calculator دي يبقى teller دي بتستخدم calculator او الآلة الحزبة وبتشتغل في البلايس اللي هو البانك وبكده نخلصنا اول واحدة طب تاني حاجة الراجل ده ماسك في ايده رغيف خبز كبير هو شكله بيكر بيكر او خباز فهنا احنا عرفنا ان هو وزيفته بيكر بيكر يعني خباز طب الخباز بيشتغل فين يا اصحابي بيشتغل في البيكري او في المغبز او في الجاراج او في الجاراج او في الميت ماركت او في محل الجزارة او في البانك شطرين هو يشغل في البيكري او في المغبز وده الcorrect place فنوصل بينه بين البيكري طب هو بيستخدم الميزان ده ولا النايف دي ولا الميكسر ده ولا الاوفن دي ولا الاوفن ده ولا الCalculator ولا الWrench شطرين هو بيستخدم الميكسر او الخلاط الكبير العجان الكبير ده وبيستخدم كمان الاوفن او الفرن الكبير ده فنوصل بينه بين الميكسر وكمان هنوصل بينه بين الاوفن لان دي هيرتولز اللي هو بيستخدمها طب تالت حد البنوتة الجميلة دي اللي لابسها دون بيضة وعليها مريالة مخططة وشكلها شغالة في حاجة زي ما يكون فيها دم أو لحمة آه هي فعلا بوتشر بوتشر الجزار هي شغالة بوتشر أو شغالة جزارة فهي شغالة فين؟ شغالة في البيكري ولا في الجاراج ولا في الميت ماركت ولا في البانك شطرين هي شغالة في الميت ماركت أو في محل الجزارة فهنوصل بينها وبين محل الجزارة أو الميت ماركت طب هي بتستخدم الميزان ولا بتستخدم النايف الكبيرة دي ولا بتستخدم الميكسر ولا بتستخدم الأوفن ولا بتستخدم الكالكوليتر ولا بتستخدم الرنش شطرين هي بتستخدم النايف الكبيرة دي لأنها بتقطع بيها اللحمة فهنوصل بينها وبين النايف الكبيرة دي ويبقى احنا كده عرفنا التول بتاعتها ايه والcorrect place او المكان الصحيح اللي هي شغالة في ايه طب اخر حاجة صاحبنا الميكانيك hashtags��ч او الراجل الميكانيكي ميكانيك ده شغال في البييكري ولا شغال في الارج ولا شغال في الميت ماركت ولا شغال في البانك تشاثرين طب هو شغال في الغارج فنوصل بينه بين الغارج طب هو بيستخدم الميزان ده ولا بيستخدم influencers ولا البانك ولا نصبيم شطرين هو بيستخدم مفتاح الفك والتركيب علشان يغير الخاصة بالكارز اللي بتجيله في الجاراج فاحنا كده عرفنا الوظيفة بتاعت كل واحد والمكان الصحيح اللي هما شغالين فيه وكمان التولز او الادوات اللي هما بيستخدموها والكلمات الجديدة هنا مكسد مكسد اب يعني مختلط يعني غير مرتب وورك وورك يعني عمل ماتش ماتش يعني وصل جوب جوب يعني وظيفة كوركت كوركت يعني صحيح بليس بليس يعني مكان تولز تولز يعني ادوات ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 38 او صفحة 38 وعنوانها My Community Business My Community Business Community يعني مجتمع وبيزنس يعني الاعمال التجارية فهنا الاعمال التجارية في المجتمع اللي انا فيه my community يعني مجتمعي بيزنس الأعمال التجارية الموجودة في المجتمع اللي أنا فيه فهنا المفروض في ال classroom أو في حجرة الفصل ال teacher بتاعكم هيقول لكم أو هيديكم بعض الصور للبزنس المختلفة أو الأعمال التجارية المختلفة الموجودة في our community أو في المجتمع بتاعنا البيزنس دي ممكن تكون محل ممكن تكون مبنى زي البانك ممكن تكون ورشة تصنيع أو ورشة تصليح زي الجاراج فممكن تكون أماكن مختلفة المهم أن هي businesses أو أعمال تجارية مختلفة موجودة في our community أو في المجتمع بتاعنا فإنتوا هتختاروا واحدة من البيزنس دي أو حاجة تجارية من الحاجات التجارية دي وهنتكلم عنها وأول حاجة هنعملها أن احنا نرسم صورة لها في البوكس ده أو في المربع ده فمثلا وليكن أن احنا اخترنا البانك فهنرسم هنا صورة للبانك والصورة دي فيها طبعا هيكون واضح مبنى البانك وفيها التيلر أو الصراف اللي قعد وبيعد الفلوس وبيستخدر التولز بتاعته والتولز دي ممكن تكون يا أصحابي مثلا الكالكوليتر أو الآلة الحاسبة والكمبيوتر أو الحاسب الآلي اللي هو بيسجل عليه بيانات العملاء بتوع البانك فإحنا هنا رسمنا الصورة الخاصة بالبانك أو بالبيزنس اللي احنا هنتكلم عنه ثاني حاجة تعالوا نقرأ هو طالب مننا هنا إيه بيقول لنا هنا complete يعني أكمل the sentences sentences الجمل to describe to describe يعني لتصف describe يعني يصف the business the business العمال التجارية أو العمل التجاري you draw اللي انت رسمته فإنت هنا رسمت عمل تجاري معين وإحنا قلنا مثلا ممكن يكون البانك انت هناك هتعمل complete the sentences دي أو هتعمل تكملة للجمل لشان ت describe أو توصف the business اللي انت رسمته أو the business you draw فإنا بيقول لنا in my community في مجتمعي there is هناك a in my community there is هنقول إيه a bank البانك اللي احنا اتكلمنا عنه بيقول لك وبعد كده a dots works here مين اللي بييورك في البانك يا أصحابي التيلر فهنكتب a teller works here الصرف شغال هنا they use هم يستخدمون هنا نتكلم عن tools أو الأدوات اللي بيستخدمها التيلر أو الموظفين في البانك فهنقول they use يبقى calculator and computer يستخدموا calculator أو الآلة الحاسبة and computer والحاسب الآلي أو computer وبكده حلينا البيج دي وعرفنا مطلوب من هنا ايه والكلمات الجديدة هنا طبعا my ملكي community يعني مجتمع business يعني عمل تجارية أو عمل تجاري complete complete يعني أكمل sentences sentences يعني جمل describe describe يعني أصف business you draw draw يعني interesting ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 39 أو صفحة 39 وعنوانها living sings song أغنية الأشياء الحقيقة أو أغنية الأشياء الحية ولو تفتكروا يا أصحابي لو أنتم كنتم تابعين معي في الترم الأولاني إحنا أخذنا الأغنية دي قبل كده وغنيناها مع بعض كمان living يعني حي sings أشياء song يعني أغنية فهنا بيقول لك living sings living sings الأشياء الحية أو الكائنات الحية الكائنات الحية هنغني لها أغنية دلوقتي الأغنية دي بتقول الصفات بتاع الكائنات الحية دي فأول حاجة بيقول لك living sings all grow and change living sings الكائنات الحية كلها all grow بتنمو and change وبتتغير grow grow and change grow and change بتنمو بتتغير بتنمو بتتغير بتنمو بتتغير things all grow and change none living things do not يعني الكائنات الأشياء الغير حية do not اللي هي إيه لا بتنمو ولا بتتغير do not grow and do not change طب الجزء الثاني بيقول لنا هنا إيه living sings need food and water need يعني بتحتاج food يعني الطعام and water water وهي المياه food and water food and water living sings need food and water none living things do not يبقى non living things الأشياء غير الحية ما بتحتاج do not need food ولا water and water لكن living sings بتحتاج إيه food and water طب الجزء التالي بيقول لنا هنا إيه أصحابي living sings need air to breeze air to breeze air يعني هواء to breeze to breeze air to breeze هواء لتتنفس air to breeze هواء لتتنفس living things need air to breeze non living things do not الكائنات أو الأشياء الأشياء غير الحية do not need air to breeze ما بتحتاجش هواء لتتنفس طب الجزء الأخير في الصمج الجميلة دي بيقول لنا فيها إيه living things move move يعني بتتحرك on their own on their own the expression بيجي مع بعضه الثلاث كلمات دول معناهم on their own يعني بمفردها بتتحرك الوحدها on their own يعني بتتحرك بمفردها الوحدها معتمدة على نفسها on their own on their own يعني بمفردها معتمدة على نفسها living things move on their own تتحرك من تلقاء نفسها non living things الأشياء غير الحية do not do not do not move on their own ما بتتحركش من تلقاء نفسها فإحنا عرفنا عن طريق الصمج الجميلة دي الصفات بتاعة living things أو الصفات بتاعة الكائنات الحية أول حاجة وإحنا نكتبها على جنب هنا grow and change grow and change يعني بتنمو بتتغير طب ثاني صفة إيه؟ ثاني صفة need food and water بتحتاج إيه؟ الطعام والماء ثالث حاجة إيه؟ need air to breathe air to breathe اللي هو هواء اللي تتنفس وآخر حاجة move on their own بتتحرك من تلقاء نفسها اللي هي بتتحرك لوحدها يعني فإحنا عرفنا الأربع صفات بتاعة living things أو الكائنات الحية ويلا نغني بقى الأغنية مرة كمان مع بعض من غير من نقف علشان نترجم living things living things all grow and change grow and change grow and change living things all grow and change none living things do not living things need food and water food and water food and water living things need food and water none living things do not living things need air to breathe air to breathe air to breathe living things need Air to breathe None living things Do not Living things move On their own On their own On their own Living things move On their own None living things Do not وبكده احنا غنينا الأغنية الجميلة دي وعرفنا معناها أيه كمان وعرفنا الصفات الخاصة بال Living things أو بالكائنات الحية ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معا ونوصل لبيج number 40 أو صفحة 40 ودي هتكون آخر جزء هنشرحه النهاردة وقبل مشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض أول بول وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عملوا موقع جميع لمشتركي قناة فلاش التعليمية لازم تدخلوا على الموقع من اللينكات الخاصة بالقناة واللينكات دي موجودة في الوصفة أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو وما تنسوش كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان واللينك بتاعتها موجودة في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وعنوان بيج فورتي أو صفحة أربعين Living or non-living goods Living يعني حي or non-living أو غير حي goods goods يعني بضائع في بضائع ممكن تكون حية وفي بضائع ممكن ما تكونش حية إزاي بضائع وإزاي حية ما ممكن تكون فعلا بضائع وحية يعني إحنا مثلا مش بنشتري حيونات حية دجاج أبقار دي بالنسبة لنا بضائع وهي لسه فيها الروح ما ده بحيتش بتبقى Living وفي بضائع بتبقى non-living أو غير حية زي مثلا حجارة ما هنبني بيها بيوت زي مثلا سيارات مصنوعة من المعدن زي مثلا أقلام وأدوات مكتبية بنستخدمها في التعليم بتاعنا دي ما فيهاش روح ولا هي بتجرو واند تشينج ولا هي بتنيد الفود والووتر ولا هي بتنيد الار تو بريس ولا هي كمان بتموف اون زير اون أو بتتحرك من تلقاء نفسها فهي non-living بس جودز برضو أو بضائع فعندنا هنا نوعين من البضائع نوع Living أو حي or أو non-living غير حي جودز يعني بضائع وانا بيقول لنا استخدم your pencil قلمك الرصاص to circle لتضع دائرة حول the goods البضائع that are living اللي هي حية put يعني ضع an x x اللي هي علامة الخطأ دي through خلال the goods البضائع that are non-living اللي هي غير حية يبقى هنعمل circle حوالين living goods أو البضائع الحية والبضائع non-living أو الغير حية هنعمل عليها ايه اصحابي هنعمل عليها علامة x أو علامة خطأ علشان نعرف ان هي non-living أو غير حية طب تعالوا نشوف الجودز اللي عندنا هي ايه اول حاجة فيه car كبيرة هي المفروض ان car دي living ولا non-living شاطرين non-living هي مش مش هي قابة move بس on their own لازم حدي يسوقها وهي كمان ما بتحتاجش food ولا water وهي كمان ما بتنموش ما بيحصل لهاش grow وما بيحصل لهاش change ما بتسيبش الكار تحت البيت تصحة تاني يوم الصبح هتلاقيها كبيرة فهي ايه non-living non-living يبقى هنعمل عليها علامة ايه شاطرين علامة x او علامة خطأ طب flower او الوردة الجميلة living ولا non-living شاطرين living لانها بتنيد food والwater بتحتاج المية علشان تنمو ولانها بتجرو and تشينج بتكبر وبتنمو بتتغير وبتحتاج كمان need air to breathe بتحتاج الهواء لتتنفس فانعمل حواليها circle عشان living good طب الليك الجميل ده او الهن الجميلة دي living ولا non-living شاطرين شاطرين طبعا لانها بتحتاج الفود والواتر وبتتغرو and change وبتنيد air to breathe وكمان بتتحرك من تلقاء نفسها يبقى نعمل حواليها circle طب الابل الابل الجميلة دي living ولا non-living شاطرين living لانها كانت موجودة في شجرة ولما كانت موجودة في الشجرة كانت بتحتاج الواتر اللي بتاخدها من الشجرة دي عشان تجرو علشان تنمو وكان بيحصل عليها change كمان لما بنقطعها من الشجرة ونسيبها شوية بتتبال وتموت وكمان هي ايه بتحتاج air to breathe لو حطينا التفاعة دي في كيس وفي الضن لقفلين عليها شوية شطرين non-living لانه لا بي grow ولا change ما بيكبر ما بيسبش التشيرت بالليل تصح الصبح تلاقي كبر وما بيحتاج كمان الفود ولا الووتر وكمان ما بيتحرك on their own ما بيتحرك من التلقاء نفسه فده non-living فهنعمل عليه علامة X طب البوك الجميل ده البوك ده ايه living ولا non-living شطرين non-living لانه ولا بيحتاج الفود ولا الووتر ولا air to breathe ولا بيموف on their own ولا كمان بي grow or change فهنعمل عليه علامة X طب البرد الجميل اللي موجود في الكيج ده أو في الأفز ده the living ولا non-living شطرين the living طبعا لانه بيحتاج الفود والووتر وبي move on their own وبي grow وبي change وبيحتاج كمان air to breathe فنعمل حوالي circle وآخر حاجة البنسل الجميل ده living ولا non-living شطرين non-living لانه ما فيهوش الصفات بتاعة اللي احنا قلنا عليها اللي هي need food and water وانه need air to breathe وانه grow and change وانه كمان بيموف on their own فنعمل عليه علامة X أو خطأ علشان non-living sing والكلمات الجديدة هنا طبعا living يعني high or non-living غير high goods goods يعني بضائع use استخدم your pencil pencil قلمك الرصاص circle ضع دائرة حول goods البضائع that are living الحية put ضع an X علامة خطأ أو علامة X through خلال the goods البضائع that are non-living الغير حية وبكده نكون أنهينا درس النهاردة وأتمنى لو أعجبك الفيديو تعمل like والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا أصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح شابتر 2 الفصل التاني how business works كيفية القيام بالأعمال التجارية وده في المحور التالت how the world works أو كيف يعمل العالم طبعا ده كتاب discover اكتشف primary 1 الصف الاول الابتدائي والterm 2 أو التاني وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح lesson 4 أو الدرس الرابع والنهاردة ان شاء الله هنشرح lesson 5 أو الدرس الخامس وكنا انهينا شرح page 40 أو صفحة 40 وهنبدأ شرح page 41 صفحة 41 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وألم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم page 41 page 41 عنوانها man made man made يعني من صنع الإنسان الحاجات الإنسان صنعها فهنا بيقول لنا look انظر at the picture على الصورة below الموجودة بالأسفل circle the things ضع دائرة حول الأشياء things الأشياء that are man made اللي هي من صنع الإنسان فطبعا بممتهل سهولة سننظر على الصورة بالأسفل وهنلاقي فيها طبعا مبنى وفيه شبابيك من الزجاج وكار وقفة وراجل بيحمل من عليها بعض البضائع وفيه tree كمان وفيه راجل واقفه معاه بايسكل وفيه واحدة ساتو معاها كتاب في ايدها وقعد على seat في الجاردن دي فطبعا احنا هنعمل circle حوالين الحاجات اللي من صنع الإنسان اول حاجة plane دي man made او الطائرة دي man made فهنعمل حوليها circle تاني حاجة core دي man made فهنعمل حوليها circle تالت حاجة building ده man made او المبنى ده man made فهنعمل عليه circle الباسكل دي man made فهنعمل حوليها circle طبعا الحاجات اللي مش man made زي tree الحاجات ال natural زي tree طبعا مش هنعمل عليها circle السيت اللي قاعد عليه الست دي او المقعد اللي قاعد عليه الست دي man made فهنعمل عليه circle وبكنا نكون انهينا حل page 41 ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage 42 او صفحة 42 وانوانها types of transportation types يعني انواع of transportation transportation يعني وسائل النقل انا بيكلمنا عن انواع وسائل النقل المختلفة وطبعا احنا بنتكلم عن الوسائل النقل اللي بتساعدنا على القيام بالاعمال لان الشابتر ده how business works كيفيد القيام بالاعمال التجارية فاحنا هنا بنتعلم الحاجات اللي بتساعدنا ازاي نعمل اعمال تجارية نجحة منقوم بالاعمال التجارية اللي الانسان بيحتاجها علشان حياته تستمر فانا بيكلمنا عن types او الانواع of transportation الخاصة بوسائل النقل اللي بتساعدنا في القيام بالاعمال التجارية فانا بيقول لنا use استخدم your crayons crayons اقلام التلوين بتاعتك to color لتلون the pictures the pictures اللي هي الصور of the types الخاصة بالانواع of transportation بتاعت وسائل النقل that would be used التي يمكن استخدامها to move goods to move goods لنقل البضائع move يعني نقل goods البضائع فاحنا هنا هنستخدم اقلام التلوين بتاعتنا علشان نلون الصور ايه الخاصة بوسائل النقل اللي بتساعدنا في نقل البضائع طب تعالوا نشوف يا اصحابي ايه هالصور اللي موجودة عندنا عشان نعرف ايه اللي بينقل البضائع وايه اللي ما بينقلش البضائع هنلاقي اول حاجة ان هو ملون لنا اه صورة اه خاصة بشاب كبيرة ودي بيسموها cargo ship cargo ship يعني سفينة شحن cargo يعني شحن او نقل كبير cargo ship يعني سفينة شحن والcargo ship دي اصحابي زي ما احنا شايفين في الصورة هي سفينة كبيرة ضخمة بينقلوا عليها كميات ضخمة من البضائع بتنقل البضائع دي من بلد لبلد تانية ودي طبعا من اكبر وسائل نقل البضائع في العالم فبيسموها cargo ship وهو هنا ملونها لنا علشان يسهل علينا عملية الحل طب ايه تاني ممكن يكون بنستخدمه في move goods او في نقل البضائع طبعا عندنا اول حاجة في هنا او delivery truck delivery truck او عربية النقل دي طبعا دي بنستخدمها في نقل البضائع فنلونها بالcrayons بتاعتنا طب دي سفينة مش cargo ship دي سفينة الناس بتتسافر بيها وبتتفسح بيها بين البلاد دي اسمها cross ship cross ship او سفينة سياحية اسمها cross ship او سفينة سياحية طبعا دي موجود فيها شبابيك علشان النور يدخل والهوى يدخل للناس لان طبعا السفينة cargo ship بتنقل goods او بضائع والبضائع دي طبعا non living او غير حية فمش هتحتاج للهوى ولا للضوء علشان كده مش مهم يكون فيها شبابيك ومش مهم يكون فيها اماكن يدخل منها الهوى لكن cross ship او سفينة السياحية اللي بتنقل الناس موجود فيها شبابيك وموجود فيها مداخل للهوى وللضوء كمان علشان هي بتنقل living things او كائنات حية اللي هما البني قدمين فشكلها بيختلف كتير عن شكل وزي ما قلت هي اسمها cross ship وطبعا دي ما بنستخدمهاش في نقل البضائع فمش هنلونها ثالث صورة فيها selling boat selling boat او مركب الصيد طبعا ده ما بنستخدمهوش برضو في نقل البضائع فمش هنلونه في رابع صورة في plane plane او الطائرة وال plane طبعا بتستخدم في نقل البضائع بين البلاد بس بتستخدم في نقل البضائع لمسافات طويلة جدا ولاماكن ما بتوصلش ليها السفن فهي بتنقل بضائع معينة لمسافات طويلة جدا السفن ما بتقدرش توصل لها فال plane طبعا وسيلة من وسائل نقل البضائع فهنعمل عليها coloring وهنلونها بال crayons بتاعتنا طب الصورة الخامسة فيها راجل راكب البايسكل بتاعته او الدراجة بتاعته وطبعا واضح جدا ان دي مش وسيلة نقل بضائع ولا حاجة فمش هنلونها طب الكار الكار العادية اللي الناس بتركبها وبتستخدمها في التنقل طبعا دي مش وسيلة من وسائل نقل البضائع لان هي مش بنقلش بيها البضائع بشكل تجاري فهنا مش هنلونها طبعا في الصورة السابعة في راجل ماشي على رجليه واكيد دي مش وسيلة من وسائل نقل البضائع علشان كده مش هنلونه والصورة التامنا فيها الكارجو شب وهو بنلونها لنا علشان يسهل علينا الحل فاحنا مش محتاجين نلونها واخر صورة في البيج هي صورة البص والبص طبعا واضح جدا انه هو مش وسيلة نقل مضائع لانه هو بين الركاب بين الباني ادمين على الارض زيه زي الكروس شب اللي بتنقل الباني ادمين في البحر بالعكس هي بتفسحهم كمان فالبص هنا برضو بين كائنات حية فهو مش مخصص لنقل البضائع فمش هنلونه بالكريونز بتاعتنا وطبعا الكلمات الجديدة هنا هي تايبس يعني انواع ترانسبورتيشن ترانسبورتيشن يعني نقل يوز استخدم كريونز اقلام التلوين كالر لون بيكيتشرز سور وود بي يوزد يمكن استخدمها move تحريك او نقل goods البضائع ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 43 او صفحة 43 وعنوانها magnet investigation magnet يعني المغناطيس طبعا انتوا عارفين ايه هو المغناطيس يا اصحابي واحنا هنتكلم عليه شوية دلوقتي وinvestigation يعني التحقق يعني اكتشاف يعني اختبار المغناطيس احنا هنا هنتعلم ازاي نختبر المغناطيس ونتعرف عليه بشكل سليم ونعرف هو كمان بيأتراكت ايه او بيجذب ايه فهنا المفروض ده تجربة هتتعمل في ال classroom او في حجرة الفصل المفروض التيتشر بتاعك هاجب لك شنطة فيها الحاجات الموجودة في الصور دي هاجب لك شنطة فيها ال paper clips او الدبابيس بتاعه الورق ويجب لك كمان شنطة تانية فيها سكروس دي سكروس دي او المصامير الالاووز دي ويجب لك شنطة تالتة فيها balls او كوار صغيرة ويجب لك شنطة رابعة فيها ال plant ده او leaves دي ويجب لك شنطة او الماغناطيس لكي نشوف ايه اللي هينجزب منهم للماغناطيس ده وايه اللي مش هينجزب وقبل ما نتكلم في التجربة دي احنا عايزين نعرف هو ايه اهمية الماغنطة او الماغناطيس للقيام بالاعمال زي ما احنا بنقول من شوية زي ما انا قلتلكم من شوية احنا بنتعلم الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نعرف how business works او كيفية القيام بالاعمال فاحنا عايزين نعرف دلوقتي ايه اهمية الماغنطة او الماغناطيس في ان هو يساعدنا على القيام بالاعمال التجارية فانا عايزكم تسألوا نفسكم السؤال ده وتخلوه في دماغكم كويس علشان هنعرف كمان شوية ايه اهميته وهو بيساعدنا ازاي في ان احنا نقوم بالاعمال التجارية بتاعتنا فاول حاجة هنا بيقول لنا magnet investigation magnet يعني ماغناطيس investigation يعني اختبار اختبار الماغناطيس وهنا بيقول لنا use استخدم your scissors your scissors مقصك scissors يعني المقصة بتاعك to cut to cut out to cut out ان انت تقص each item each item كله عنصر من العناصر الموجودة في الصور دي from your investigation box من الصندوق بتاع الاختبار بتاعك فاحنا هنا هنكون قمنا بالتجربة دي في ال classroom واجربنا المagnet او الماغناطيس على الاربع اشياء الموجودة في البوكسس اللي قدامنا دي هنشوف ايه اللي هينجذب وايه اللي مش هينجذب وطبعا لو احنا ما حضرتش التجربة دي قدامنا انا عايزكو تشوفو التجربة الصغيرة اللي قدامكم في الفيديو الصغير ده بيوضحلك ان المجنت او الماناتيس طبعا وبي احجامه المختلفة ازاي بيجذب المعدن بس الحاجات المصنوعة من الحديد ومن المعدن او المتل وطبعا مش هيجذب البولز او الحاجات المصنوعة من البلاستيك ومش هيجذب برضو الليفز او الحاجات الخشب اللي هي معمولة من الود فهو الماجنت اكيد هيجذب الحاجات المصنوعة من المتل بس فهو هيجذب هنا البيبر كليبس او دبابيس الورق وهيجذب كمان الاسكروز او المصامير الالووز دي واكيد مش هيجذب البولز او الكور واكيد كمان مش هيجذب الليفز او الوود ده فاحنا كده عرفنا الانفستجيشن بتاعنا هيبقى النتيجة بتاعته ايه وبعد ما احنا عرفنا طبعا نتيجة الانفستجيشن بتاعتنا ايه هنقص الاربع صور دول زي ما هو طلب مننا هنا ان احنا هنستخدم السيزرز بتاعنا او المقص بتاعنا علشان نعمل cut out او نقص الايتم دي او العناصر دي من البيج دي علشان خاطر هنستخدمها في البيج اللي بعد كده ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 45 او صفحة 45 لان بيج 44 كانت صفحة فاضية زي ما احنا عارفين وبيج 45 هنا اعمل لنا table جميل في yes و no فهو هنا باختصار بيقول لنا احنا هنحط في الخانة بتاعت yes دي الصور الخاصة بالحاجات المغنيت اعمل لها attraction او جذبها والخانة بتاعت no دي هنحط فيها الصور بتاعت الحاجات اللي المغنيتس ما اعمل لها attraction او ما جذبهاش فنحطها تحت الخانة بتاعت no تعالوا نشوفه هنا بيقول لنا ايه does it attract does it attract يعني هل هي انجذبت attract يعني انجذب وهنا بيقول لك test each item اختبر كل عنصر in your investigation في الاختبار in your investigation box في صندوق الاختبار بتاعك using your magnet مستخدما المغنيتس بتاعك if the item sticks لو العنصر sticks التسق to the magnet بالمغنيتس يعني لو هو لزق في المغنيتس وانجذب له blow الزق بالسمغ the picture الصورة الخاصة بالعنصر انجذب للمغنيت ده او لزق فيه in the yes column in the yes column في العمود الخاص بكلمة yes طب if the item لو العنصر doesn't stick ما لزقش ما انجذبش ولزق فيه to the magnet للمغنيتس glue the picture glow the picture يعني الزق الصورة بالسمغ in the no column في العمود الخاص بكلمة no او لا تمام فاحنا هنا طبعا هنلزق في yes الصورة بتاعة ال paper clips او دبابيس الورق وطبعا ال screws او screw او المصمار وهنا في خانة no هنلزق الصورة بتاعة البول او الكورة والصورة التانية اللي فيها leaves والplant او الخشب والplant او ال wood الخاص بالplant وعلشان هما دول من جذبوش طب تعالوا نشوف الجزء التاني من ال page بيقول لنا ايه complete complete يعني اكمل the definition definition يعني تعريف of magnet of magnet اللي هو المغناطيس واذا كانت تكمل تعريف المغناطيس تقول لنا يعني ايه مغناطيس فهنا طبعا بيقول لك a magnet او المغناطيس ممكن نقول ايه اصحابي حاجة بسيطة وسيمبل اوي نعرف بيها المغناطيس ممكن نقول ايه ممكن نقول attract metals attract metals يعني بيجذب المعادن صح ممكن كمان نقول sticks to metal sticks to metal يعني بيلتصق بالمعادن فاحنا ممكن نعرفه عن طريق العبارتين الصغيرين دول ياما نقول ان هو بيعمل attraction او بياتراكت او بيجذب المتل او المعدن ياما نقول ان هو بيستيكس بيستيكس يعني بيلتصق to the metal او بيلتصق بالمعدن وطبعا احنا نعرفين يعني ايه كلمة metal او يعني ايه كلمة معدن وبكذا نكون انهينا ال page دي ونتنقل ال page اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل ال page 46 او صفحة 46 وهنا عنوان ال page compass compass يعني البصلة وطبعا احنا زي ما سألتكم السؤال من شوية سؤال مهم جدا قلتلكوا ايه هو فايدة الماجنت او المونوتيس في القيام باعملنا التجارية او ان احنا نستخدمه في البزنس ووركس بتاعتنا طبعا اه دلوقتي هنجاوب على السؤال ده الكومبس يا اصحابي او البصلة هي طبعا اداة بيستخدمها الانسان علشان يعرف الاتجاهات وزي ما احنا شايفين دي صور ليها اه وزي ما احنا شايفين دي اشكال ليها مختلفة البصلة بتتعامل باختصار اه اه عن طريق دايرة بيبقى موجود مكتوب عليها الاتجاهات نورس يعني شمال ايست يعني شرق وست يعني غرب وساوز يعني جنوب فزي ما احنا شايفين هي فيها اربع اتجاهات ودي بصلة مرسومة او الكومبس روز زي ما بيسموها وردة البصلة دي صورة بتبقى مرسومة لها لكن اوه شكلها الحقيقي بيبقى قريب من ده زي ما احنا شايفين في الاشكال التانية كده فهي بتبقى فيها الن ده اللي هو اختصار لكلمة نورس او شمال والي اختصار لكلمة است او شرق والدابليو اختصار لكلمة وست او الغرب وي او الغرب وساوز اختصار لكلمة الجنوب فزي ما احنا شايفين بيبقى ليها الاربعة الجهات دول هي بتساعدنا ازاي اصحابي هي بتبقى موجودة بالشكل ده وبيبقى فيها في النص ابرة الابرة اللي بتتحرك دي الابرة دي بيبقى فيها نصين نص بيشاور على الجنوب او الساوز ونص تاني بيشاور على الشمال او النورس الابرة بتشاور على النورس جنب منها بيشاور على النورس والناحية التانية او الطرف التاني بيشاور على الساوز او على الجنوب طب بتنفع في ايه البوصلة دي اصحابي احنا ممكن لو قبطان ماشي بالسفينة بتاعته في ارض البحر ومفيش حواليه علامات في الطريق خالص وهو مش عارف اتجاه الشمال من اتجاه الجنوب والشمال طبعا هو بيبقى اللي هو موجود فوق زي ما احنا شايفين فلوه مسافر لبلد وهو عارف ان هي موجودة في اتجاه الشمال هيمسك البوصلة وهيحطها على كف ايده بشكل موازي للارض بحيث انها تبقى موازية للارض على كف ايده وكف ايده مفتوح ويسيبها كده الأبرة هتلف شوية وهتتحرك شوية وطرف الأبرة اللي بيشاور على الشمال هيشاور على الشمال والطرف التاني اللي بيشاور على الجنوب هيشاور على الجنوب فهو هيعرف من هنا الاتجاهات وهيعرف الشمال من الجنوب أو النورس من الساوز وبالتالي هيقدر يحدد اتجاه اللي يمشي فيه على أساس البلد اللي هو رايحها يعني البلد اللي هو رايحها لو هي في الشمال أو في النورس هيوجه السفينة بتاعته في الاتجاه ده لو هي في اتجاه تاني هيوجهها برضو في الاتجاه اللي هو مفروض يمشي فيه وبكده نكون عارفنا استخدامات الماغنت او الماغنطيس في القيام بعملنا التجارية او في انه هو يساعدنا ازاي نقوم بعملنا التجارية عن طريق ان احنا نعمل بي البصلة او الكومبس دي زي ما احنا شايفين دلوقتي وهنا طبعا بيقول لنا complete the picture complete the picture اكمل الصور واحنا هنا المفروض ان احنا عارفنا الصور مكتوب هنا نورس فهنكمل هنا نورس وهنا وست وهنا ساوز وهنا است وهنبعارفين يعني ايه كلمة كومبس او يعني ايه كلمة بصلة وبكده نكون انهينا لسون 5 ولسون 6 كمان وانهينا الدرس بتاعنا النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج Discover Primary 1 بالصف الاول الابتدائي Term 2 او الترم التاني وبنكمل مع بعض شرح Chapter 2 او الفاصلة التاني How Business Works كيفية القيام بالاعمال التجارية وده في المحور التالت How the world works او كيف يعمل العالم والنهاردة ان شاء الله هنكمل شرح من بعد Page 46 ويكوننا انهينا المرة اللي فاتت شرح Page 46 والنهاردة ان شاء الله هنشرح Page 47 او صفحة 47 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم Page 47 او صفحة 47 وعنوانها How the sun moves How the sun moves او كيف تتحرك الشمس وهنا بيكلمنا اصحابي عن الشمس وازاي بتتحرك وطبعا قبل ما نبدأ في شرح Page D عايزين نبقى عارفين ان الارض بتلف حوالين الشمس ولما الارض بتلف حوالين الشمس يا اصحابي بيحصل حاجة اسمها تتابع الليل والنهار زي ما احنا شايفين قدامنا كده الشمس بتبقى موجودة والارض بتلف حواليها ولو السهم اللي موجود في الصورة ده بيعبر عن ايجبت او عن مصر بلدنا الحبيبة بيبقى مصر او ايجبت بيبقى فيه وقت فيه بيبقى فيه في وقت هي مقابلة للشمس او بتشوف الشمس وده بيبقى اسمه الday time الday time او وقت النهار ووقت تعيني بتبقى هي مش مواجهة للشمس او بعيدة عن الشمس او doesn't see sun وده بيبقى اسمه night time night time يعني وقت الليل وزي ما قلتلكوا يا اصحابي احنا بيتهيقلنا ان الشمس بتتحرك لكن في الحقيقة ان الارض the earth moves around the sun which makes it look to us like the sun is moving يعني الارض بتلف حواليين الشمس وده بيخلينا ان احنا نفتكر ان الشمس هي اللي بتتحرك يا اصحابي وطبعا زي ما قلتلكوا في الصورة اللي قدامنا دي احنا شايفين ان الارض او الكرة الارضية بتلف حواليين الشمس ولو السهم ده بيعبر عن بلدنا الحبيبة ايجبت او مصر فهنا في بعض الاوقات هتلاقي ايجبت didn't always see the sun ان مصر مش دايما بتشوف الشمس and that is called night time وده بيبقى اسمه night time لما بتبقى هي مش موجهة للشمس and when it's night time in ايجبت ولما بتبقى ده وقت الليل في مصر في الوقت اللي هي مش مقابلة للشمس فيه it's day time in other parts of the world بيبقى ده وقت النهار او day time في الاماكن التانية في العالم فطبعا احنا عرفنا دلوقتي ان الارض هي اللي بتلف حواليين الشمس وده بيخلينا نحس ان الشمس هي اللي بتتحرك طبعا عايزين نعرف هو بيقول لنا هنا ايه في البيج دي هنا بيقول لنا use استخدم your pencil your pencil قلمك الرصاص to draw to draw اللي ترسم the sun rising the sun rising شروع الشمس then ثم بعد ذلك draw ارسم an arrow an arrow يعني سهم showing showing يعني يوضح the direction the direction الاتجاح the sun will travel through the day اللي هتتحرك فيه الشمس خلال اليوم فاحنا هنا عايزين نرسم شروق الشمس وحركة الشمس من الشروق للغروب وطبعا يا اصحابي احنا عرفنا الكمباس او البصلة وان الكمباس فيها النورس وفيها الساوز وفيها الاست وفيها الوست وهو ارسم لنا هنا الكمباس روز زي ما خدنا في الدرس اللي فات فالاست اللي هو الشرق وده بيعبر عن مكان شروق الشمس والوست اللي هو الغرب وده بيعبر عن المكان اللي الشمس بتغرب فيه يبقى المفروض تبقى للكومباس دي او البصلة دي الشمس هتشرق من النحية دي لان ده الاست فهنرسم هنا الصن زي ما احنا شايفين قدامنا وهنرسم الارو ده او السهم ده والشمس بتتحرك خلال اليوم بتتحرك من الاست او من الشرق في الاتجاه ده بعدين بتتحرك تاني لغاية ما توصل للوست او للغرب في الاتجاه ده وبكده احنا عبرنا عن شروق الشمس او السن رايزنج وحركتها من الاست للوست وبكده نكون شرحنا البيج دي والكلمات الجديدة هنا يا اصحابي how how يعني كيف the sun الشمس moves moves تتحرك pencil قلم رصاص sun rising sun rising يعني شروق الشمس an arrow an arrow يعني سهم showing showing يعني وضح direction direction يعني اتجاه travel through travel through يعني تتحرك خلال تسافر خلال اليوم the day طبعا the day يعني اليوم ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معا ونوصل لبيج 48 او صفحة 48 وعنوانها a tourist tourist for a day for a day يعني اليوم a tourist a tourist يا اصحابي يعني سائح for a day لمدة يوم سائح اليوم واحد وقبل ما نبدأ في شرح البيج دي يا أصحابي عايزين نعرف يعني ايه tourist tourist يا أصحابي او سائح هو لما بتكون مسافر او موجود في مكان بتزور مكان معين او بلد معينة حتى لو كانت بلد كبيرة الوقت قصير يعني when a person visits another country or new city for a short time when a person يعني عندما شخص من الاشخاص عندما شخص visits يزور another country بلد تانية or a new city او مدينة جديدة for a short time for a short time يعني الوقت قصير ده بنقول عليه tourist tourist يعني سائح لما واحد بيزور بلد تانية او مدينة جديدة لوقت قصير طب هنا بيقول لو انت بقى tourist او لو انت سائح for a day اليوم واحد هتعمل ايه هتزور ايه البيزنس او الاماكن اللي بيقوموا فيها بالاعمال التجارية اللي هتزورها في البلد اللي انت هتروحها دي وعايزين قبل ما نشرح البيج دي نقرف انهم ادينا مجموعة صور مش كلها طبعا هنختارها هنختار بعضها وطبعا الصور دي اصحابي خاصة باماكن معينة في البلد اللي انت ممكن تزورها دي وطالب منك ان انت تكتب اسم المكان اللي انت هتزوره في الساعة في ساعة من الساعات اللي موجودة في الجنب ده من الصفحة فهنا عندنا مجموعة ساعات اول ساعة 9 وهنا في جنبها سن او شمس وده بيعبر عن الساعة 9 الصبح بدري وعندنا 12 هنا يعني الساعة 12 بعد الظهر او وعندنا هنا 3 او الساعة 3 العصر وعندنا برضو هنا 9 او الساعة 9 برضو بس هنا جنبها moon او امر وده بيعبر عن بالليل فاول ساعة بتعبر عن 9 او الساعة 9 صباحا وبنقول عليها AM AM يعني صباحا والصورة بتاعة الساعة الاخيرة فيها 9 او برضو او فيها الساعة 9 برضو بس دي بنقول عليها PM او الساعة 9 مساء وتعالوا نقرأ هنا بيقول لنا ايه هنا بيقول لنا imagine imagine يعني تخيل you are a tourist you are a tourist ان انت سائح in a town في بلد من البلاد for a day اليوم واحد write اكتب a business you will visit الاماكن التجارية اللي انت هتزورها at each time في كل وقت shown on the clocks shown on the clocks موضح على الساعات اللي موجودة في الصفحة هنا وهنا مدينا صور للأماكن اللي ممكن تزورها عندنا هنا school دي صورة بتاعة school او مدرسة وعندنا هنا bakery يعني مخبز وعندنا هنا restaurant يعني مطعم وعندنا هنا souvenir store souvenir store او محل الهدايا التذكارية وعندنا هنا auto garage auto garage او الجاراج بتاع العربيات جاراج السيارات وعندنا هنا hotel hotel او فندق واخر ميوزيوم ميوزيوم او متحف فطبعا انت لو سائح اكيد السائح مش هيروح يزور school في الملد اللي هو رايح يزورها لانه هو مش student او كمان هو مش teacher فمش هيروح يزور المدرسة او school وممكن يزور الساعة 9 الصبح يا اصحابي من الصور دي لو انا tourist ممكن اروح ازور الساعة 9 الصبح الميوزيوم مثلا الميوزيوم او المتحف اروح بدري علشان اتفرج على المتحف واتفرج على الحاجات المعروضة جواه فممكن 9 او الساعة 9 الصبح اروح ازور الميوزيوم فاكتب هنا ميوزيوم 12 او الساعة 12 بعد الظهر afternoon المفروض ممكن اعمل ايه بعد ما روحت الميوزيوم او المتحف وزورت وتفرجت عليه ممكن اروح اشتري هدايا اسكرية وعلشان كده اصحابي هتلاقوا اغلب المتاحف جنبها محلات بتبيع هدايا اسكرية يعني souvenir store souvenir store او محل به الهدايا التسكرية فانا ممكن اروح اشتري هدايا اسكرية من souvenir store فاكتب هنا souvenir store طب والساعة 3 العصر بعد ما روحت المتحف وبعد مشتريت الهدايا الجميلة اللي انا اعيز اشتريها ممكن اكون جعت فلما اكون جعت احتاج اروح اكل شطرين هاكل في restaurant في restaurant او في المطعم فاكتب هنا restaurant restaurant او مطعم طب وبعد ما كنت في restaurant وكملت اليوم بتاعي الساعة 9 بالليل او 9 PM ساعة 9 مساء هكون تعبت فهحتاج ان اروح واروح الفندوق اللي انا نازل فيه في البلد دي علشان ارتاح فممكن اروح فين يا اصحابي شطرين اروح الهوطل الهوطل او الفندق اللي انا نازل فيه فاكتب هنا hotel hotel او فندق ويبكده نكون حلينا البيج دي وعرفنا ازاي ممكن الواحد لو هو tourist for a day tourist for a day او سائح ليوم واحد ممكن يروح يزور ايه ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل البيج 49 او صفحة 49 وعنوانها collage collage يعني فن التلسيق او مجموعة الملسقات طبعا يا اصحابي في حاجة اسمها collage او فن التجميع الملسقات والفن دي اصحابي بيعبر عن ايه عن ان انا مثلا لو بحب موضوع معين اي موضوع من المواضيع بدور على الصور الخاصة بي في الكتب في المجلات وباخد الصور الخاصة بالموضوع ده واقصها وخليها معايا وبعدين الزقها جنب بعضها بحيث ان انا عبر عن الموضوع ده بشكل صور انا لزقها بنفسي فده اسمه collage collage او فن تجميع الملسقات وهنا بيقولك اجمع مجموعة من الملسقات المفروض ان انت الفصل او مع بابا وماما مع ولي الامر في البيت طبعا فبتجمع مجموعة ملسقات او مجموعة صور وبتحطها هنا مجموعة الصور دي بتعبر عن موضوع معين انت حابب تتكلم عنه وبما اننا بنتكلم عن كيفية القيام بالاعمال التجارية احنا ممكن نجمع مجموعة من الملسقات بتتكلم عن كيفية نجيب هنا نجيب مثلا مكان القيام بالعمل التجاري مثلا محل الجزارة او meet market وبعدين نجيب العامل اللي شغال في المحل التجاري ده وبالنسبة للميت ماركت هو البوتشر مثلا وبعد كده نجيب صورة التول اللي بيستخدمها البوتشر ده او العامل او الجزار اللي شغال في المكان ده ونحطها مثلا النايف او السكينة وبعد كده نجيب كمان الجود اللي هو بيباعها او السيرفز اللي هو بيقدمها ونجيب صورة لها مثلا بالنسبة للميت ماركت هتكون الميت او اللحم فنحط صورة اللحم وبكده نكون عبرنا عن العمل التجاري او البزنس وازاي بننقل الميت دي طبعا الميت بتتنقل في عربية فيها ثلاجة وده بنسميه الجود ديليفرينج اللي هو توصيل البضاء او نحط هنا صورة للعربية اللي بتنقل اللحم ويتبعا بتكون عربية فيها تلاجة بتحفظ اللحم من ان هو يفسد فنحط هنا صورة بتاعت العربية اللي فيها التلاجة او اللي فيها مكان الحفاظ على اللحم لو انت اخترت مشروع تجاري تاني ممكن تجمع الصور الخاصة بيه والصور دي لازم تتضمن مكان المشروع التجاري والعامل اللي شغال في المشروع ده والاداة كمان اللي بيستخدمها العامل ده والبضاعة او الخدمة اللي بيقدمها الجود او السيرفز اللي بيقدمها للناس وكمان لو في عملية نقل او ديليفرينج للبضاعة او الخدمة دي ياريت ترسم الوسيلة بتاعت النقل بتاعتها علشان تكون جمعت كل البيانات الخاصة بالمشروع ده او بالبيزنس ده وبكده تكون عملت كولاج او جمعت ملصقات خاصة بموضوع معين هو مثلا البيزنس ده او العمل التجاري ده وهنا يا اصحابي بيقول لنا cut قص and paste وضع او الزق images يعني صور to create لتنشئ اكلاج يعني مجموعة من الملصقات وبكده نكون الهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 50 او صفحة 50 وعنوانها destination ايجيبت destination يعني مكان الوصول الوجهة اللي احنا رايحينها وايجيبت يعني مصر يبقى طبعا بيكلمنا هنا عن السفر لمصر او مصر هي مكان الوصول اللي احنا رايحينه وطبعا يا اصحابي هنا طبقا لدليل المعلم المفروض وانتو دخلين الclassroom او حجرة الفصل وانتو هدخلين هيتشرح لكم الدرس ده او الميستر او الميس اللي هيشرح لكم الدرس ده هيكلموكوا على انكم دخلين تركبوا طيارة ويقول لكم اه اعودوا اه اجلسوا طبعا واربطوا احزمة الامان كأنكم هتركبوا طيارة بالزبط والمفروض كمان يكون في اه في الclassroom او في حجرة الفصل صورة للكابين او للكابينة بتاعة الطيارة زي ما احنا شايفين في البيج هنا ويكلموكوا على اساس انكم ركاب وهتسفروا ورايحين مصر دلوقتي فده طبعا المفروض طبقا لدليل المعلم انا بس بقول لكم علشان تبقوا عارفين ان المفروض ان الدرس ده يتشرح جده وبالنسبة الهنا للصفحة دي هو بيكلمنا عن السفر لمصر وبيقولك تتخيل نفسك ان انت رايح بلدنا الجميلة مصر بلدنا الحبيبة مصر وانت جاي من بلد تانية بيديك صورة الخارط العالم الصورة دي فيها طيارات مختلفة جاية من اماكن مختلفة من كل الكارات بيقولك تخيل نفسك جاي من بلد من البلاد دي هتتخيل نفسك جاي مثلا من هنا او من هنا او من هنا من اي بلد من البلاد وهتعمل تتبع للخط بتاع البلاين دي او الطيارة دي بالألم الرصاص ده بيعبر طبعا على ان جاي من البلد دي ومتجه لمصر فهتعمل دائرة حوالين البلد اللي انت جاي منها وهتعمل بالألم الرصاص على الخط الخاص بالطيارة او البلاين دي لانه هو متجه من البلد دي لمصر بلدنا الحبيبة فكده انت بتعبر على ان جاي من البلد دي ومسافر لبلد مصر اول حاجة تاني حاجة بيقولك لو انت جاي من اي بلد من البلاد دي وخلاص انت حددتها وعملت حولها وعملت على بتاع الطيارة دي المفروض انت هتجاوب على سؤال في اخر الصفحة تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف هو بيقولنا هنا ايه في البيج دي ونعرف المطلوب من ايه بالزبط بيقولك هنا imagine imagine يعني تخيل you are a tourist you are a tourist ان انت سائح flying to ايجيبت flying يعني جاي بالطيارة flying يعني طائرا جاي بالطائرة to ايجيبت لمصر on a vacation on a vacation في اجازة on a vacation يعني في اجازة answer answer يعني اجب the question the question as well complete the sentence complete the sentence اكمل العبارة او اكمل الجملة فهنا زي ما بقولك اصحابي مكتوب هنا where did you begin your flight where did you begin your flight يعني انت بدأت رحلتك منين انت جاي من انهي بلد circle a country ضع دائرة حول بلد من البلاد trace the flight pass trace the flight pass تتبع بألمك الرصاص المسار بتاع الرحلة الجوية او flight pass فمثلا لو انت جاي من استراليا هنا استراليا هتعمل circle حوالين استراليا وتعمل trace او تتبع على flight pass او الخط بتاع الطيارة ده وفي الاخر هتوصل بالخط ده المصر ممكن تبقى جاي من اي بلد تانية برضو عادي جدا المهم انت هتعمل circle حوالين البلد اللي انت جاي منها وتعمل جوي وبعد كده بيقول لك i am excited يعني انا فرح انا مبسوت i am excited يعني انا فرح to visit ايجيبت ان انا بزور مصر because because اي يا اصحابي i am excited to visit ايجيبت انا فرح ان انا هزور مصر because لان i will see the pyramids i will see the pyramids يعني انا هشوف الاهرامات مثلا i will visit the monuments يعني انا هزور الاصار كل واحد عنده السبب اللي ممكن يخلي فرحان انه هو هيزور مصر او هيجي مصر في سياحة فالمهم ان احنا هنكتب هنا السبب اللي خلينا excited او فرح ان احنا هنزور مصر فأنا هقول i am excited to visit ايجيبت because i will see the pyramids يعني ان انا هشوف الاهرامات وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 51 او صفحة 51 وعنوانها community tour community tour او جولة في المجتمع بتاعي community زي ما عرفنا قبل كده يعني مجتمع community tour يعني جولة في المجتمع جولة في المجتمع بتاعي او جولة في المجتمع اللي انا رحت زورته اللي انا tourist فيه او اللي انا سائح فيه فطبعا هنا اصحابي المفروض في classroom بيبقى موجود مجموعة من الصور متعلقة صورة خاصة بالrestaurant او بالمطعم صورة خاصة بالhotel او بالفندق صورة خاصة بالمكان المفضل اللي هي سواء كان مثلا السوفينير ستور او متجر بيع الهدايا التسكرية المكان المفضل اللي ممكن اكون رحته انا اتبسط بيه صورة تانية خاصة مثلا بالسوبر ماركت صورة خاصة مثلا بالباربر شوب او بمحل الحلاقة المهم ان فيه مجموعة صور متعلقة في كل صورة فيها خاصة كل صورة فيهم خاصة بيزنس من البيزنس في المجتمع بتاعنا او وهنا بيقول لنا اصحابي read اقرأ the comments below the comments او الملاحظات below بالاسفل then ثم بعد ذلك write three more comments اكتب كمان ثلاثة ثلاثة ملاحظات اضافية cut out each box قص كل صندوق او كل مربع من المربعات دي place each comment ضع كل تعليق on the business على البيزنس او على العمل التجاري or a landmark او على البيزنس العمل التجاري you think you think انت تعتقد deserve it most ان هو بيستحك اقدر خدمة ثلاثة تعليقات زيادة ممكن نكتب هنا مثلا الاصحابي high quality goods high quality goods يعني بضائع بجودة عالية ممكن ممكن نكتب هنا very good services يعني خدمات جيدة جدا وممكن نكتب هنا bad goods bad goods او بضائع سيئة ثلاثة 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 تعليقات زيادة المفروض ان احنا بعد كده هنقص او هنعمل cut out للبوكس او السنديق دي وهنحط على كل صورة من الصور الخاصة بال business او بالاعمال التجارية اللي قدامنا في classroom كل عمل تجاري او كل business من ال business دي التعليق او comment اللي يستحق سواء كان مثلا delicious food او طعام لذيذ great service او خدمة عظيمة my favorite place او مكاني المفضل wonderful store او متجر رائع i love what i bought here انا احب الحاج اللي انا اشتريتها من هنا high quality good او بضاعة عالية الجودة very good services او خدمات جيدة جدا او bad goods bad goods او بضاعة سيئة فانا هقص التعليقات دي او comments دي واحط كل comment على الصورة اللي انا شايف ان هي تستحق comment ده او تعليق ده وطبعا يا اصحابي هنا بيلفت نظرنا ان احنا ممكن نعمل share او نشارك comments او التعليقات بتاعتنا لو احنا سواح على اي مكان ممكن نزوره في اي بلد من البلاد في الدنيا بحيث ان احنا نفيد الناس التانية ونعرفهم تقيامنا او experience او الخبرة اللي احنا خدناها لما زورنا المكان ده لو مكان كويس هننشر عنه تعليق كويس وهنقول عليه انه هو كويس وهنوصفه لو مكان سيء هنكتب انه مكان سيء وبيقدم خدمة سيئة او بيقدم بضع سيئة bad service او bad good علشان الناس اللي غيرنا يعرفوا ويخلوا بالهم فهنا بيعرفك ان انت ممكن تعمل share او ان انت تعمل مشاركة للكومنت او التعليقات الخاصة باي بيزنس او باي مشروع تجاري في اي مكان في الدنيا لو ان انت تحب تعمل ده علشان تفيد الناس التانية بال experience او بالخبرة اللي انت اخدتها وانت بتزور المكان ده او او انت بتتعامل معي ونتنقل البيج اللي بعد كده يخليكم معي ونوصل البيج 53 او صفحة 53 وعنوانها letter home letter يعني خطاب طبعا وهم يعني بيت او منزل انا بيكلمك عن جواب انت بعته لبلدك اللي انت جاي منها لواحد صاحبك او حد من اصحابك في بلدك بتكلمه عن الرحلة السياحية اللي انت قمت بيها وزورت فيها البلد التانية فانت هنا بتبعت جواب لحد من اصحابك في البلد اللي انت جاي منها بتوصف له رحلتك السياحية لمصر ف letter يعني خطاب او جواب وهم يعني منزل خطاب الى المنزل الخطاب الى البيت خطاب الى الوطن وهنا بيقول لك write اكتب a letter letter يعني خطاب to a friend at home لصديق من اصدقائك في بلدك at home في بلدك home هنا بمعنى بلد tell your friend اخبر صديقك about your vacation عن الاجهزة اللي انت اخدتها fill in املأ the blanks the blanks الفراغات to complete لتكمل the letter الخطاب فهنا عندك dear فهنا الخطاب بيبدأ ب dear dear يعني عزيزي وهتكتب هنا اسم صديقك عزيزي مثلا dear عبدالله dear عبدالله هتكتب هنا عبدالله وبعدين هتقول we just visited ايجبت we just visited ايجبت يعني احنا زرنا مصر we saw احنا رأينا many businesses and land marks احنا شفنا مشاريع تجارية كتير جدا many businesses and land marks my favorite place المكان المفضل بتاعي was can ممكن نقول مثلا المكان المفضل بتاعي was pyramids pyramids الاهرامات فممكن هنا نكتب pyramids الاهرامات i bought انا اشتريت ممكن اقول مثلا i bought a book i bought a book يعني انا اشتريت كتاب at a ممكن اقول book store ممكن اقول souvenir store انا اشتريت كتاب ممكن كتاب مثلا بيتكلم عن التاريخ ولا حاجة من souvenir store او من محل بيع الهدايا التسكرية وممكن اقول برضو ان انا اشتريت من book store بعدين بيقول لك the food the food الطعام was delicious was delicious كان لذيذ at في فنكتب هنا the restaurant the restaurant في المطعم was delicious at the restaurant في المطعم لو حابب تكتب اسم المطعم ممكن تكتب عادي لان زي ما قلت لكم يا اصحابي مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية خاصة بالحل هنا اصحابي بيقول wish you were here to wish يعني اتمنى you were ان انت كنت here to هنا ايضا انا كنت اتمنى ان انت تكون هنا برضو كنت اتمنى انت تكون هنا ايضا وفي الاخر بيقول sincerely sincerely يعني تحياتي مع تحياتي والمفروض تكتب هنا اسمك او اسمك وبكده احنا عملنا fill in the planks او ملينا الفراغات وحلينا الpage دي وفي الختام اتمنى انت تكونوا استفدتم لو اعجبك الفيديو اعمل like والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم links بتاعتها في الوصف او في description اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج discover اكتشف primary one الصف الاول الابتدائي الترم التاني والنهاردة ان شاء الله هنشرح chapter 3 او الفصل التالت buying selling and saving buying اللي هو الشراء selling اللي هو البيع and saving saving يعني الاضخار وطبعا ده في المحور التالت how the world works how the world works او كيف يعمل العالم وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول page في chapter 3 او الصفحة الاولى هي page 57 او صفحة 57 ويعنوانها personal hygiene personal hygiene او النظافة الشخصية hygiene يعني نظافة وpersonal يعني شخصية او شخصية personal hygiene النظافة الشخصية كل واحد ليه نظافة شخصية خاصة به طبعا متعلقة بجسمه من اول شعر رأسه حتى يعني اصابع قدمه دي اسمها personal hygiene وطبعا يا اصحابي دي متعلقة بالروتين اليومي بتاع كل واحد فينا الروتين اليومي او نظام اليومي بتاع كل واحد فينا في بعض العادات اليومية اللي احنا بنعملها كل يوم بشكل تلقائي زي ان احنا نخسل سنننا مثلا زي ان احنا نصرح شعرنا زي ان احنا نخسل ايدينا قبل الاكل وبعد زي ان احنا ناخد شاور او نستحم في بعض الاوقات وطبعا في الشابتر سري بنتكلم عن الريسورس الريسورس او الموارد الموارد المختلفة عندنا سري ريسورس او ثلاث موارد بنتكلم عنها في شابتر سري او في الفصل الثالث اول ريسورس بنتكلم عنه فيها هو الووتر الووتر او الماء ازاي المية او الووتر مهمة جدا لحياتنا واستخدامها مهمة جدا لحياتنا ممكن نستخدم الووتر من غير ما ناخد بالنا من اهميتها بس احنا لازم نعرف انها مهمة جدا لنا ولازم نعرف كمان ان احنا لازم نحافظ عليها تاني مورد هنتكلم عنه في الشابتر ده هو الفود الفود او الطعام وهنتكلم عن ده بالتفصيل خلال شرح الشابتر ده طبعا الفود مهمة جدا لحياتنا وفي نوعين من الفود في نوع هلسي او صحي وفي نوع انهلسي او غير صحي وازاي بنعرف نميز بينهم هنتعرف على ده بالتفصيل مع بعض وفي ثالث مورد وهو الماني الماني او الفلوس او المال وهنتكلم ازاي نعمل سيفنج او نوفر او ندخر الماني وازاي نعمل عملية الباينج والسيلينج ازاي نعمل عملية البيع والشراء وهنتعرف على ده بالتفصيل برضو خلال الشرح الشابتر فاول حاجة هنا بيكلمنا عن البرسون الهيجين او العناية الشخصية او النظافة الشخصية وبيقول لنا انظر على الصور استخدم بنك الكلمات يعني بنك الكلمات لتكتب الاسماء الخاصة الخاصة بالادوات used المستخدمة على الخطوط on the lines على الخطوط الموجودة تحت كل صورة بعض الاجابات may be used ممكن ان تستخدم more than once اكتر من مرة فعندنا هنا اربع صور لاربع اشخاص مختلفين البنت الاولانية بتخسل اسنانها والولد في الصورة التانية بيصرح شعره والولد في الصورة التالتة بيغسل ايده بالمية والصابون والبنت في الصورة الرابعة بتاخد حمام بتستحمى فهنا عندنا الورد بنك او البنك بتاع الكلمات مكتوب فيه tooth brush tooth brush يعني فرشة السنان soup يعني الصابون او الصابون shampoo شامبو يعني الشامبو وطبعا زل اللي احنا عارفينه بنستحمى به بنخسل به شعرنا والtooth past اللي هو معجون السنان والtowel اللي هي الفوطة اللي احنا بنشف بيها والcomb او المشت زي ما احنا عارفين فاول صورة المفروض ان هي بتخسل اسنانها واقفة قدام الحود ايه الكلمات من الورد بنك اللي عندنا نقدر نكتب به اسماء التول زل اللي هي بتستخدمها وهي بتخسل سنانها طبعا اول حاجة tooth brush tooth brush يعني فرشة السنان ثاني حاجة tooth past tooth past او معجون السنان يبقى هنكتب هنا tooth brush و tooth past طب هنا الولد ده بيصرح شعره زي ما احنا شايفين هل يطار هو بيصرحه بال tooth brush ولا بال soup ولا بال shampoo ولا بال tooth past ولا بال towel ولا بال comb شاطرين هو بيستخدم ال comb او المشت علشان يصرح شعره فحنكتب هنا كلمة comb طب الصورة الثالثة فيها ولد بيخسل ايده وفيه فوطة متعلقة وراه على الحيطة وهو بيخسل ايده بالصابون فهل هنكتب تحت الصورة دي ايه اسماء التولز اللي هو بيستخدمها يا اصحابي شاطرين هنكتب هنا السوب او الصابون وهنكتب كمان towel towel او الفوطة اللي بنشف بيها ايده ورابع صورة فيها البنوتة دي بتاخد حمام بتستحمى طبعا هي بتستحمى بالشامبو وده عشان بتخسل بيشعرها وطبعا كمان هي ممكن تكون بيستخدم السوب او الصابون علشان بتخسل بي اديها وشاها وجسمها فهنكتب هنا الشامبو وهنكتب هنا السوب واكيد بعد ما بتاخد الشاور بتستخدم التاول او الفوطة علشان تنشف بي جسمها وشعرها بعد ما استحمت فهنكتب كمان التاول طبعا هنكتب هنا الشامبو والسوب والتاول وبكده نكون حلينا البيج دي والكلمات الجديدة هنا personal personal يعني شخصي hygiene يعني عناية يعني نظافة نظافة الشخصية personal hygiene النظافة الشخصية او النظافة الشخصية look at the pictures انظر على السور use the word bank استخدم بنك الكلمات to write the names اللي تكتب الاسماء of tools الخاصة بالأدوات used on lines المستخدمة على الخطوط طبعا الموجودة تحت كل صورة some answers بعض الاجابات may be ربما used تستخدم more than once اكتر من مرة ونتنل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 58 او صفحة 58 وفيها song جميلة اغنية جميلة بتكلمنا عن conserve water او الحفاظ على الماء فطبعا ده متعلق بالدرس اللي احنا شرحناه قبل كده في بيج 22 او صفحة 22 وبيج 23 او صفحة 23 اللي كان موجود فيها water pledge او القسم اللي احنا اقسمناه او العهل اللي احنا تعهدنا به علشان نعمل conserve للووتر لو تفتكروا الدرس ده ولو حابين ترجعوا الشرح الدرس ده تقدروا ترجعوا له في بيج 22 and 23 هنا conserve water conserve يعني الحفاظ على الماء conserve يعني حفاظ على شيء معين احنا بنحافظ على حاجة معينة water طبعا يعني الماء sing the song غني الأغنية underline ضع خط تحت ways الطرق to conserve اللي بتقدر تحافظ بيها على الووتر أو الماء conserve water every day conserve water every day الحفاظ على الماء كل يوم every day every day كل يوم كل يوم conserve water every day الحفاظ على الماء كل يوم please do not waste it please do not waste it يعني لو سمحت ما تهدرهاش waste it يعني تهدرها يعني تضيعها بلا قيمة تاني جزء بيقولنا هنا turn it off turn it off turn it off when not in use turn it off يعني اغلق الماء not in use يعني عندما لا تستخدمها يبقى اول حاجة برضو يبقى هنعمل هنا underline تحت turn it off when not in use اللي انت اقفلها ان هي مش ملهاش استخدام عندك turn it off اغلقها when عندما not in use ان هي ملهاش استخدام not in use اللي هي لا تستخدم not in use not in use turn it off when not in use please do not waste water الجزء التالي بيقول shorter shower save water shorter shower يعني الاستحمام لمدة قصيرة save water بيحافظ على الماء يبقى ايه shorter shower save water يبقى shorter shower دي برضو way من الways اللي احنا بنحافظ بيها على الماء او بنعمل بيها conserve للووتر فانعمل تحت منها underline save water save water shorter shower save water please do not waste it please do not waste it tell adults about a leak يعني ايه leak leak يعني تصرب يعني المية تكون بتنقط او الحنفية تكون بتنقط او بتعمل ارتشاح من غير ما حد ياخد باله فبيقول لك tell adults adults اخبر الكبار about a leak عن اي مية فيها تستريب about a leak ستعمل underline تحت tell adults about a leak لان دي وي من الويز اللي احنا بنعمل بيها conserve للووتر او بنعمل بيها حفظ عضا المية about a leak about a leak tell adult about a leak please do not waste it واخر جزء في الصونج الجميلة دي بتقول conserve water every day every day every day conserve water every day please do not waste it وبكان نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل البيج 59 او صفحة 59 وعنوانها daily diet daily diet يعني النظام الغذائي اليومي daily يعني يومي و diet diet يعني نظام غذائي النظام اللي احنا بنمشي عليه في الطعام والشرب بتاعنا وهنا بيكلمنا عن الريسورس التاني واللي هو المورد التاني اللي هو الفود او الطعام فهنا بيقول circle the healthy foods circle يعني ضع دائرة حول the healthy foods الاطعمة الصحية we can eat اللي احنا نقدر نأكلها we can نحن نستطيع eat نأكل every day كل يوم complete the sentence يعني اكمل الجملة فهنا جاب لنا مجموعة صور زي ما احنا شايفين احنا عايزين نحدد healthy food او الاطعمة الصحية الموجودة فيها ونعمل حواليها circle وبعدين هنعمل complete الموجودة في اخر الصفحة او هنكمل الجملة الموجودة في اخر الصفحة فاول صورة موجود فيها طبق في cereals او حبوب افطار او حبوب ممكن تكون فيها الوان صناعية لان احنا شايفين فيها الوان كتير طبعا ده مش healthy food وفي هنا cake او قطعة جاتو طبعا فيها الوان وفيها مواد حافظة وفيها حاجات ممكن تكون غير healthy لان حتى السكر اللي فيها ممكن يكون بيساوس اسنان فدي برضو unhealthy food طب هنا ال beans او ال فول الاخضر الجميل ده healthy food لان هو ما فيوش لاي مواد حافظة وهو نبات fresh ما فيوش اي مشاكل فانعمل هنا حوالي circle طب بالنسبة المانجو الجميلة دي fruit جميلة قوي وشكلها fresh برضو وهي نبات ما فيهاش اي مواد حافظة اكيد دي healthy food او طعام صحي فانعمل حواليها circle طب وهنا cucumber أو الخيار وده vegetable vegetable او خضرة من الخضرات اللي احنا ممكن نأكلها ونستفيد بيها في جسمنا وما فيهاش اي برضو مواد حافظة فهنعمل حواليها circle هنا فيه او fried chicken دجاج مقلي طبعا ده مش healthy food لانه هو تم عليه عمليات تصنيع واتحط فيه مواد تانية واكيد هو ممكن يكون فيه مواد حافظة فده unhealthy food فمش هنعمل حوالي circle هنا فيه طبق فيه رز او رايس وممكن يكون مضاف الارز طبعا وغير الميا اللي هو تعمل فيها فده ممكن يكون unhealthy وهنا فيه او حلوة وفيه هنا لولي بوب كمان فطبعا ده unhealthy food لانه كفاية انه هو فيه الوان صناعية وينه فيه حاجة زي ما تكون cheesecake او نوع من انوال حلوة المصنعة فمش هنعمل حواليها circle لانه هي اكيد مش healthy food واخر حاجة النوع ده من انوال حلوة او الكيك وبرضو موجود فيه الوان مختلفة ومصنع من مواد مختلفة فغالبا ده unhealthy food او طعام غير صحي يبقى هنعمل circle حوالين ال beans والمانجو وال cucumber وال sentence الموجودة في اخر الصفحة بتقول dots نقط foods are healthy food يبقى natural foods natural foods او الاطعمة الطبيعية natural يعني طبيعي يعني جاي من الطبيعة ما تحطش عليه اي مواد حافظة are healthy foods are healthy foods يعني هي اطعمة صحية يبقى نكتب هنا natural natural يعني طبيعي يعني ما تمش عليه اي عمليات تصنيع يعني جاي من الطبيعة على طول natural foods الطبيعية اللي جاي من الطبيعة ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج سكستي او صفحة ستين ودي اخر جزء في درس النهاردة وانوانها ماي هلسي ميل ماي هلسي ميل هلسي يعني صحي وميل ميل يعني واجبة ماي هلسي ميل يعني واجبتي الصحية وهنا بيعلمنا يا اصحابي ازاي نعمل هلسي ميل او واجبة صحية ونختار العناصر الهلسي او الحاجات الهلسي الصحية اللي احنا ممكن نكون بيها طبق صحي ناكله ونستفيد به فاحنا طبعا عرفنا من شوية ان الناتشرال فودز او الاطعمة الطبيعية هي الهلسي فودز هي الاطعمة الصحية فطبعا الحاجات الناتشرال زي الفروتز والفيجيتابلز الفروتز او الفاكهة والفيجيتابلز او الخضره وارد فممكن مثلا نحط في الطبق ده او في البليت ده اا اا مثلا كيو كامبر ممكن كمان نحط كاروت يعني خيار وكاروت اا جاذر وممكن كمان نحط اا كوب او كوباية لبن نوع من انواع الفاكهة اا فاكهة مثلا اورنج او ابل يعني اا برتقال او تفاح ونبقى كده عملنا هلسي ميل او وكبة صحية يبقى نختار مثلا اربع حاجات نحطهم هنحط ان ابل تفاحة ان اورنج برتقالة ونحط كمان كيو كامبر او ممكن نحط كاروت جذر وممكن نحط كمان كوب من اللبن وهنا بيقول لنا draw or some a healthy meal وكبة صحية make a list اعم اصنع قائمة of the foods بالاطعمة you will need اللي انت سوف تحتاجها to make the healthy meal علشان تعمل healthy meal او الوكبة الصحية فهنا my grocery list grocery يعني بقالة و list يعني قائمة the grocery list او القائمة اللي احنا هنروح نشتريها من البقال هنكتب فيها مثلا ابل تفاح وهنكتب فيها orange برتقال وهنكتب فيها cucumber اللي هي الخيار وهنكتب فيها carrot يعني جذر وبكده احنا حطينا natural foods او اطعمة جاية من الطبيعة لانها healthy food لانها اطعمة صحية healthy meal او الوجبة الصحية اللي احنا عايزين نعملها وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل like والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معها كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعى المجموعة بتاعتنا كمان واللينك بتاعتها موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج اكتشف الترم الثاني منهج او الصف الاول الابتدائي وبنكمل مع بعض شرح شابتر ثري او الفصل الثالث باينج سيلنج باينج يعني الشراء وسيلنج يعني البيع اند سيفنج والادخار وطبعا ده في المحور الثالث او كيف يعمل العالم وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج سكستي والنهاردة هنبدأ شرح بيج سكستي وان او صفحة واحد وستين وعنوانها جوينج شابنج جوينج شابنج يعني الذهاب الى التسوق هنروح نعمل العملية التسوق وهنشتري بعض البضائع مع بعض وطبعا البيج ريبي كلمنا فيها عن نادية او الطفلة نادية وممتها وهم طبعا بيقوموا برحلة سياحية صغيرة في بلد تانية في بلد جديدة نادية نسيت الشنطة بتاعتها شنطة من الشنط بتاعتها هي وممتها والشنطة دي كان فيها بعض البضائع والحاجات اللي هم اشتروها فعلا ويحتاجوها تاني لان كان في الشنطة دي بعض الحاجات الخاصة بالطعام بتاعهم وباحتياجاتهم الشخصية فطبعا هنا بيكلمنا عن اللي حصل مع نادية وممتها لما فقدوا الشنطة دي وتعالوا نقرأ مع بعض حصل ايه بالظبط نادية and her mother نادية وممتها are tourists are tourists يعني هما سواح in a new town in a new town يعني في بلد جديدة نادية lost one of her bags نادية lost نادية فقدت one of her bags حقيبة من الحقائق بتاعتها شنطة من الشنط بتاعتها زي need هم يحتاجوا to replace ان هم يستبدلوا ويعملوا عملية استبدال يجيبوا حاجة بدل الحاجات اللي ضعت منهم دي the items العناصر on the list اللي موجودة في القائمة below بالاسفل في قائمة موجود فيها الحاجات اللي كانت موجودة في الشنطة اللي ضعت من نادية دي اللي هي فقدتها اللي ستة دي مكتوب فيها الحاجات اللي كانت موجودة في الشنطة اللي ضعت عزين نعمل لها عملية replace او استبدال ان احنا نشتري حاجات مكان الحاجات اللي ضعت دي فانا بيقول لك they are also hungry هم كمان also يعني ايضا hungry hungry يعني جاعنين محتاجين ان هم يكلوا which stores اي المتاجر should they visit يجب عليهم ان هم يزوروها should يعني يجب they visit ان هم يزوروها read the shopping list read the shopping list يعني اقرأ قائمة التسوق اللي هم هيتسوقوها تاني look at the stores انظر على المتاجر match the shopping list match the shopping list item وصل العناصر الموجودة في قائمة التسوق with the store بالمتاجر او بالمتاجر where it is sold اللي بتدعها فزي ما احنا شايفين هنا اصحابي في دي shopping list او القائمة بتاعت التسوق مكتوب عليها grocery list او قائمة الحاجات اللي المفروض يشتروها يتسوقوها وهنا stores او المتاجر اللي هنعمل بينها توصيل هي والعناصر اللي موجودة في shopping list دي او في قائمة التسوق دي فزي ما احنا شايفين عندنا هنا book store او محل باعة الكتب متجر باعة الكتب والباكري او المغبز والكلوزنج ستور الكلوزنج ستور او محل باعة الملابس والجروسيري ستور جروسيري ستور او البقالة متجر البقالة والفارمسي الفارمسي او الصيدلية وطبعا هنا الجروسيري list او قائمة التسوق اللي احنا هنزين نشتريها مرة تانية تعالوا نوصل بين الايتمز الموجودة في shopping list والستورز المختلفة فزي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا في الجروسيري list او في قائمة التسوق دي اللي هي shopping list موجود هنا اول حاجة البريد البريد او الخبز البريد او الخبز بنشتريه من البوكستور متجر الكتب او محل بيع الكتب ولا من الباكري الباكري المغبز ولا من الكلوزنج ستور اللي هي محل بيع الملابس ولا من الجروسيري ستور اللي هي البقالة متجر البقالة ولا من الفارمسي الفارمسي اللي هي الصيدلية طبعا شاطرين البريد بنشتريه من الباكري من الباكري او المغبز فهنا اعمل اعمل اعملية matching او توصيل زي ما احنا شايفين قدامنا بين البريد والباكري طب تاني حاجة موجودة عندنا اللي هي الطوث بيست الطوث بيست او معجون السنان الطوث بيست معجون السنان بنشتريه من بوكستور من محل بيع الكتب ولا من الكلوزنج ستور من محل بيع الملابس ولا من الجروسوري ستور من البقالة ولا من الفارمسي من الصيدلية شاطرين بنشتري من الفارمسي من الصيدلية فنعمل عملية ماتشنج زي ما احنا شايفين ونوصل التو سبيست بالفارمسي طب تلت حاجة عندنا هنا الميديسن الميديسن او الدواء بنشتري من البوك ستور ولا من الباكري ولا من الكلوزنج ستور ولا من الجروسوري ستور ولا من الفارمسي شاطرين الميديسن بنشتري من الفارمسي برضو ومن الصيدلية برضو فنعمل عملية ماتشنج بين الميديسن والفارمسي طب عندنا هنا الهاني الهاني او العسل الهاني او العسل بنشتري من البوك ستور ولا من البيكري ولا من الكلوزنج ستور ولا من الجروسيري ستور ولا من الفارمسي شطرين أكيد الهاني بنشتريه من الجروسيري ستور أو من البقالة فأناعمل عملية ماتشنج هنا ونوصل الهاني بالجروسيري ستور طب السكيرت السكيرت أو الطنورة أو الجيب بتاعة البنات المفروض السكيرت أو الطنورة بنشتريها من البوك ستور ولا من البيكري ولا من الكلوزنج ستور ولا من الجروسيري ستور ولا من الفارمسي شطرين بنشتريها من الكلوزنج ستور أو من محل بيع الملابس لأن هي نوع من أنواع الملابس فهنوصلها بالكلوزنج ستور زي ما احنا شايفين طب البوك البوك او الكتاب بنشتريه من البوكستور او من الباكريا او من الكلوزينج ستور او من خلالجي ستور او من الفارمسي الشطرين طبعا بنشتريه من البوكستور او من محل بيع الكتب فهنوصل بينه بين البوكستور زي ما احنا شايفين طبعا لدينا التوسبرش او فرشات الاسنان بنشتريها من البوك ستور ولا من الباكري ولا من الكلوزنج ستور ولا من الجروسيري ستور ولا من الفارمسي شاطرين بنشتريها برضو من الفارمسي او من الصيدلية فانعمل عملية ناتشنج بينها وبين الفارمسي واخر حاجة الكمب او المشت بنشتريه من البوك ستور ولا من الباكري ولا من الكلوزنج ستور ولا من الجروسيري ستور ولا من الفارمسي شاطرين الكم المفروض بنشتريه برضو من الفارمسي او من الصيدلية لانه هو اداة من ادوات الهايجين او النظافة الشخصية والعناية الشخصية فنوصلوا بالفارمسي او هنعمل عملية ناتشنج بين وبن الفارمسي زي ما احنا شايفين قدامنا وبكن نكون انهينا حل البيج دي وعرفنا المطلوب مننا فيها ايه بالزبط ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج سكستي تو او صفحة اتنين وستين وعنوانها شوپنج فور نادية شوپنج يعني التسوق فور نادية فور نادية لاجل نادية نادية بتقوم بعملية التسوق دلوقتي وهنا بيحكي لنا حكاية صغيرة جميلة اوي او ستوري صغيرة والستوري دي اصحابي هي ستوري هي فكشن فكشن او خيال وهي اماجيناري ستوري اماجيناري ستوري يعني قصة خيالية وطبعا اي ستوري في الدنيا او اي قصة في الدنيا لها بعض العناصر لها طبعا الاشخاص او الكاراكترز اللي بيبقوا موجودين فيها دي اول حاجة تاني حاجة لها البلايسز او الاماكن اللي بتدور فيها الاحداث بتاعت الستوري دي فطبعا هنا زي ما قلتلكم دي فكشن او ستوري خيالية اماجيناري ستوري وهنا الستوري بتكلمنا برضو عن نادية صاحبتنا تعالوا نشوف بتقول ايه read the story read the story يعني اقرأ القصة نادية and her mother نادية وممتها are tourists are tourists هما سواح in a new town in a new town في مدينة جديدة when they arrived when they arrived when يعني عندما they arrived هم وصلوا نادية realized رياليزد نادية رياليزد رياليزد يعني ادركت خدت بالها نادية رياليزد she lost a bag on the trip she lost هي فقدت a bag حقيبة on the trip في الرحلة بتاعت السفر بتاعهم this morning هذا الصباح they are shopping هما كانوا بيعملوا عملية تسوق these are the goods هذه هي البضائع they still need they still هم ما يزالوا need يحتاج طبعا زي ما عرفنا need قبل كده يعني يحتاجوا to buy to buy يعني انهم يشتروا فطبعا بعد ما نادية فقدت الحقيبة بتاعتها دي في الترب بتاعتهم او في الرحلة بتاعتهم هي realized او شي رياليزد يعني هي ادركت ان هما محتاجين بعض البضائع او بعض الجودز ان هما يشتروها مرة تانية ويعملوا عملية buying او شراء للبضائع دي مرة تانية فطبعا الليستة بتاعت الجودز دي او البضائع دي اهي موجودة هما طبعا شطبين هنا او عملية شطب هنا على الحاجات اللي هما اشتروها بالفعل طب الحاجات التانية اللي هي لسه محتاجين يشتروها لسه ما شطبوش عليها فانا عندنا مثلا البريد البريد او الخبز والميدسن الميدسن او الدواء والهاني الهاني او العسل والشيرت الشيرت او القميس والبوك البوك او الكتاب الحاجات دي هما لسه they need they still need to buy they still need to buy يعني هما يزالوا يحتاجوا ان هما يشتروها لسه محتاجين يشتروها they still يعني هما يزالوا need يحتاجوا to buy ان هما يشتروها فطبعا هنا اول صورة او اول بيكيتشر موجود فيها البريد او الخبز فانا بيقول لنا فارست فارست يعني اولا they go to the bakery they go to the bakery يعني هما راحوا للمغبز to buy bread ان هما يشترو الخبز to buy bread ليشترو الخبز it smells good it smells good يعني انه له رائحة جميلة رائحة طيبة ريحته حلوة ناديا's mother مامة ناديا ناديا's mother مامة ناديا وطبعا الابوسترو في اس هنا دي اس الملكية طبعا اي حاجة بتيجي بعد منها هي ملك ناديا ناديا's mother يعني مامة ناديا اي حاجة بتيجي بعد منها هي بتبقى متعلقة بناديا فناديا's mother يعني مامة ناديا pays pays يعني دفعت قامت بدفع pays دفعت the baker للخباز five l-e l-e هنا يعني pound pound يعني gnae ناديا's mother pays the baker five pounds يعني مامة ناديا دفعت للبيكر للبيكر او الخباز five pounds five pounds يعني خمسة جنيه او الحاجة هما اشتروها طب next next التالي they go to the grocery store they go to the grocery store يعني هما ذهبوا لمدجر البقالة هما ذهبوا الى صفحة to buy to buy to buy honey to buy honey انه علشان يشترو العسل to buy honey ليشترو العسل ناديا's mother ناديا's mother يعني مامة ناديا pays the grocer دفعت للبقال pays the grocer five pounds five pounds يعني خمسة جنيه next التالي they go to the pharmacy they go to the pharmacy هما ذهبوا الى الصيدلية to buy medicine to buy medicine ليشترو الدواء ناديا's mother مامة ناديا pays دفعت the pharmacist the pharmacist الصيدلي الصيدلاني اللي هو الطبيب الصيدلي اللي بيبقى وائف في الفارمسي او في الصيدلية علشان يصرف للناس الدواء ويبقى لهم الدواء ده اسمه pharmacist pharmacist يعني صيدلي nine pounds nine pounds يعني دفعت له تسعة جنيهات ونتنقل البيج اللي بعد كده طبعا لسته بنكمل shopping for ناديا وبعد كده هما راحوا فيني اصحابي then they go to the closing store then ثم بعد ذلك they go to the closing store يعني هما ذهبوا لمدجر بيع الملابس محل بيع الملابس to buy a shirt to buy a shirt ليشترو قميص ناديا's mother ناديا's mother مامت ناديا pays eleven pound pays يعني دفعت eleven pounds 11 جنيه for the shirt على ثمن القميص finally يعني في النهاية they go to the book store هما راحوا لل book store او مدجر بيع الكتب to buy a book to buy a book ليشترو كتاب ناديا wants ناديا ارادت تريد ان تقرأ on the train ride في رحلة القطار بتاعتهم للبيت يبقى train ride home رحلة القطار بتاعتهم اللي هما يركبوه وهم مروحين البيت فهي ناديا عايزة تقرأ كتاب في train ride home ناديا's mother مامت ناديا pays دفعت the book seller book seller باقع الكتب seller يعني باقع seven pounds seven pounds يعني سبعة جنيهات ناديا sees ناديا رأت ناديا شافت a book of maps book of maps كتاب عن الخرائط maps يعني خرائط she wants at the book store she wants at the book store يعني هي أرادته أو هي كانت عايزة الكتاب ده في مدقر بها الكتب it costs it costs هو يكلف costs يعني يكلف يعني 8 20 pounds 20 pounds يعني 20 جنيه she will save هي سوف تدخر save يعني تدخر طبعا her money her money يعني فلوسها نقودها so لذلك she can buy it next time هي she can هي تستطيع buy it أن تشتريه next time المرة الجاية next time المرة القادمة فهي لما شافت الكتاب ده في البوكستور اللي هو book of maps أو كتاب الخرائط ده هي كانت عايزة تشريه بس لقيته بيكلف 20 جنيه 20 pounds فهي قررت أن هي تعمل saving وت save her money أن هي تدخر فلوسها so she can buy it so she can buy it next time so لذلك she can buy it next time هي تقدر أو هي تستطيع أن تشتريه المرة القادمة فدي الستوري الجميلة بتاعت shopping for Nadia أو Nadia وهي بتتسوق هي يوم ممتها ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage 65 أو صفحة 65 وطبعا page 64 كانت صفحة فضية وpage 65 عن ونها stores Nadia visits stores يعني متاجر Nadia visits Nadia زارتها Nadia visits يعني Nadia قامت بزيارتها visits يعني يزور وهنا بيقول لنا cut out cut out يعني قص each square كل مربع من المربعات دي هو مدينا هنا 5 pictures أو 5 صور كل صورة موجودة في square أو في مربع فهنا بيطلب مننا نحن نعمل cut out أو نحن نقص squares دي وبعد كده glue الزق بالسم the events the events الأحداث يعني كل مدجر بيعدل على event معين أو حدث معين طبعا Nadia زارت grocery store و Nadia زارت pharmacy و Nadia زارت bakery و Nadia زارت closing store و Nadia زارت book store فدي 5 أماكن أو 5 متاجر five stores Nadia visits أو Nadia زارتها فهنا طبعا أقول واحد grocery store ده number one بعد كده second أو التالي كان pharmacy third أو التالت bakery أو المغبز fourth أو الرابع closing store والfifth طبعا كان book store أو الخامس كان متجر الكتب ده ترتبهم اللي هم موجودين في في الpage دي فهنا بيقول glue الزق بالسم the events the events الأحداث in the order in the order بالترتيب they happened they happened هما حصلوا on the next page on the next page في الصفحة التالية فطبعا هنقصل five squares دول أو الخمس مربعات دي وهنعمل لها عملية glue أو لازم بنفس الترتيب أو in the same order في الpage اللي جاية ونوصل لpage 67 أو صفحة 67 وعنوانها where did ناديا go next where did ناديا go next أين أين ذهبت ناديا بعد ذلك فطبعا هنا بيقول لنا glue the events الأحداث بالصمغ of the story اللي قامت بها ناديا أو اللي عملت هناديا في الstory أو في القصة in the order بالترتيب they happened they happened اللي حصل بالفعل في الstory write the order write the order of the event اكتب ترتيب الحدث on the line على الخط next year picture المقابل للصورة بتاعتك فنرجع نشوف الstory بتاعتنا ونعرف هي ناديا عملت ايه ففيرست ناديا راحت فين فيرست أولا طبعا أولا ناديا راحت البكري هي وممتها واشتروا الخبز وممتها دا فايت 5 فاول حاجة في الفيرست نحط الصورة بتاعت البكري أو الخباز وهي مكتوب بالفعل جنبها فيرست طب بعد الفيرست دايما يا أصحابي بيجي السكند السكند يعني الساني الترتيب التاني وده الوردر بتاعها أو الترتيب بتاعها في الأحداث أو في الـ اللي موجودة في ستوري طب السكند أو التالي طبعا السكند يعني التاني الترتيب التاني وده الأوردر بتاع الحدث دا أو الـ في السطوري اللي احنا خدناها من شوية السكند أو التاني هما راحوا الجروسيري ستور الجروسيري ستور أو متجر البقالة علشان يشتروا الهاني أو العسل اللي هما كانوا عايزينه فهنحط هنا صورة الجروسيري ستور أو متجر البقالة وهنكتب هنا سكند سكند الثاني طب التالت ان انجليش اسمه سيرد سيرد الترتيب التالت التالت هما بعد ما راحوا الجروسيري ستور واشتروا الهاني راحوا الصيدلية أو الفارماسي علشان يشتروا الميدسين أو الدواء اللي هما كانوا محتاجينه فهنكتب هنا سيرد أو السالس وهنحط هنا الصورة بتاعة الفارماسي أو الصيدلية وبكده احنا كملنا الترتيب التالت في ال ايفنس الخاصة بالستوري بتاعتنا طب وبعد كده راحوا فين المكان الرابع اللي راحوا كان اللي هو الكلوزنج ستور الكلوزنج ستور أو متجر بيع الملابس فطبعا هنحط هنا الصورة بتاعة الكلوزنج ستور أو متجر بيع الملابس وهو كتب لنا هنا فورس يعني الرابع يعني الترتيب الرابع واخر حاجة واخر مكان ظروف الستوري اللي احنا خدناها هم راحوا للبوك ستور أو متجر بيع القتب علشان خاطر يشتروا الكتب اللي هم عايزينها وناديا كمان شافت الكتاب بتاع Book of Maps أو كتاب الخرائط اللي هي هتعمل سيفنج للموني بتاعتها أو فور هير موني علشان خاطر تقدر تشتري Next Time أو المرة القادمة هنحط هنا الصورة بتاعة البوك ستور أو متجر بيع الكتب وهنكتب هنا FIFS يعني الترتيب الخامس وبكده احنا عملنا ترتيب للأحداث أو حطينا The Pickers In Order That They Happened In The Story وبكده نكون حلينا البيج دي وأنهينا شرح درس النهاردة أتمنى أنتم تكونوا استفدتم لو أعجبك الفيديو أعمل لايك والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتناعي والواتساب وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد واتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان واللينكس بتاعتها موجودة في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج اكتشف الترمي التاني برايماري ون أو الصف الأول الابتدائي ودي الحصة رقم 12 وزي ما احنا بتعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولسه مع بعض منكمل شرح شابتر 3 أو الفصل الثالث وده طبعا في المحور الثالث أو كيف يعمل العالم وكنا أن هنا المرة اللي فاتت شرح بيج سكستي سفن أو صفحة سبعة وستين وهنا نبدأ النهاردة نشرح بيج سكستي ايت أو صفحة تمانية وستين وعنوانها دعنا نذهب شابتر يعني لنتسوق وزناديا وزناديا مع ناديا يلا نروح نشتري ونعمل العملية تسوق مع ناديا وهنا طبعا بيعلمنا ازاي نحنا نقدر نحسب الكوستس أو التكاليف أو التكلفة الخاصة بالحاجات اللي احنا هنشتريها الجودز اللي احنا عايزين نشتريها وعايزين نفتكر يا اصحابي ان الكوست أو التكلفة بتاعت اي جود احنا هنشتريها هي الاماونت أوف ماني نيدت تو باي سامسنغ يعني الكمية الفلوس اماونت أوف ماني نيدت اللي احنا بنحتاجها توباي سامسنغ توباي سامسنغ توباي سامسنغ علشان نشتري حاجة من الحاجات لكي نشتري شيئ ما فطبعاً دي الكوست وطبعاً الكوست بتبقى مكتوبة على الجودز أو بتبقى متحددة في القائمة بتاعت الأسعار بتاعت السيرفزز أو الجودز في المكان اللي احنا بنشتري منه الحاجة فلو احنا راح نشتري جود أو بضاعة معينة أو احنا في مكان مثلاً بيقدم سيرفز أو خدمة معينة بيبقى طبعاً مقابل الجود أو السيرفز دي حاجة اسمها الكوست الكوست أو التكلفة اللي هي الفلوس اللي احنا او كمية الفلوس اللي احنا هندفعها مقابل الجود او السيرفز دي فطبعا هنا بيقول لنا سيركل سيركل يعني ضع دائرة The good that costs the most حط دائرة حوالين البضاعة اللي بتكلف تكلفة اكتر That costs the most اللي بتكلف تكلفة اكتر Draw irsem a triangle triangle يعني مسلس around the good حوالين البضاعة That costs the least That costs the least يعني اللي بتكلف تكلفة اقل Choose اختار two goods Two goods بضعطين To buy لتشتري Complete complete اكمل the sentences The sentences الجمل فطبعا احنا اول حاجة بنعملها بنشوف الكوست بتاعت كل جود من الجود دي علشان نعرف الجود اللي بتكوست the most او بتكلف اكتر والجود اللي بتكوست the least اللي بتكلف اقل فهنا في حاجة اسمها price tag Price tag اللي هو Ticket دا اللي مكتوب عليه price او السعر يعني كل جود من الجود دي موجود عليها price tag Price tag يعني اللي هو السعر بتاعها او التكت بتاع السعر بتاعها يا اصحابي زي ما احنا شايفين البريد هنا البريد هنا ب5 pounds والهاني او العسل هنا ب5 pounds والميدسن هنا ب9 pounds والشيرت هنا او التي شيرت دا ب11 pounds والبوك دا ب7 pounds والبوك او مابس دا او الورلد اطلس دا ب50 pounds او ب50 جنيه فهنا عندنا 6 جود وكل جود موجود جنبها حاجة اسمها price tag ال price tag او السعر بتاعها فاحنا عايزين نشوف ايه الجود اللي بتكلف اعلى تكلفة او costs the most ايه اصحاب الجود اللي بتكلف اعلى تكلفة او تمانها اعلى سعر شاطرين الورلد اطلس دا او البوك او مابس دا فهناعمل حواليه سيركل او دايرة علشان دا اللي بيكلفنا على تكلفة او دي الجود that cost is the most او بتكلف تكلفة اكبر حاجة فهناعمل هنا سيركل حواليه الورلد اطلس دا وبكده نبقى عرفنا على تكلفة طب ايه اقل تكلفة اصحابي طبعا عندنا هنا البريد بفايف باونز والهوني كمان بفايف باونز يبقى هناعمل هنا ترايانجل او مسلس حوالين البريد وهناعمل كمان ترايانجل او مسلس حوالين الهوني وبكده احنا حددنا الجود اللي بتكوست the least او اللي بتكلف اقل تكلفة فاحنا كده حددنا اللي بيكلف اقل تكلفة واللي بيكلف اقل تكلفة طب هنا بيقولك انت لو هتشتري من البضائع دي بضعطين من البضائع هتشتري ايه يعني مثلا لو انا اديتك فلوس و قلتلك ايس كام علشان تشتري حاجتين من الحاجات دي انت تشتري ايه فانا مثلا لو حد قال لي انت تحب تشتري ايه من البضائع دي مثلا البرد او الخبز يبقى البرد والهوني يبقى هنا ايه و البي ايه 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 اي إدكوستس يكلف كم؟ هو مكتوب على تقليل الجنبه كم يا أصحابي 5 يبقى هنا نكتب 5 وهو 5 باونس يعني والهاني يكلف كم؟ إدكوستس 5 5 باونس أيضا يبقى هنا 5 باونس وهنا 5 باونس يبقى هنا البريد يكلف 5 جنيهات أو 5 باونس والهاني يكلف 5 باونس أو 5 جنيهات طب هنا المفروض عندنا mathematical problem أو مسألة رياضية إحنا عايزين بقى نعرف إحنا نحتاج كم؟ علشان نقدر نشتري 2 جودز دول أو البضعاتين دي فهنكتب هنا 5 أو 5 بلاس 5 أو 5 تاني إقوال كم؟ إقوال 10 باونس يعني عشرة جنيهات فأينيد يعني أنا أحتاج والمفروض هكتب هنا في الريد سكوير ده أو في المربع الإطار وأحمر ده 10 باونس تو باي زيس جودز يبقى أنا يعني أنا أحتاج 10 باونس 10 جنيهات تو باي زيس جودز لأشتري هذه البضائع ممكن حد تاني يا أصحابي يحتاج يشتري بضعطين تانيين غير البضائع اللي أنا اشتريتها دي لأن زي ما قلنا قبل كده ما فيش حاجة اسمها إجابة نموذجية فمسلا ممكن حد تاني يبقى عايز يشتري مثلا الميديسن والشيرت ممكن حد تاني عايز يشتري البوكوف مابس والبريد ممكن حد تاني عايز يشتري الهاني والشيرت فالاحتمالات مالهاش عدد فكل واحد هيعرف هو محتاج يشتري ايه من البضائع دي ويكتب اسم الجود اللي هيشتريها ويكتب كمان الكوست بتاعتها او التكلفة بتاعتها اللي مكتوبة على البرايس تاج اللي موجود عليها بعد كده هنجمع الكوست بتاعت البضائع او التكلفة بتاعت البضائع وهنكتب هنا ثمن البضائع مجموعين على بعض بعد كده هنقول اي نيد اللي هي انا احتاج وكمية الفلوس اللي احنا نحتاجها او الاماونت اللي احنا نحتاجها pounds to buy this goods او لنشتري هذه البضائع ولازم يا اصحابي نبقى عارفين طبعا نعرف ده من بابا وماما او من التيتشر بتاعنا في الكلاسروم شكل ال 1 pound وال 10 pound وال 20 pound ونبقى عارفين شكل كل عملة من العملات ده ونبقى عارفين احنا لما نيجي نصرف الفلوس ده يعني ال 5 pound هنحتاج مثلا اما ورقة واحدة بخمسة جنيهات او 5 pounds note او ورقة بخمسة جنيه اما نحتاج خمس ورقات كل ورقة ب 1 pound او بجنيه واحد وممكن كمان نستخدم الكوينز وكل كوين بيساوي 1 pound فلازم نبقى عارفين شكل العملات المختلفة ونبقى عارفين اشكالها زي ما احنا شايفين قدامنا ال 1 pound note الورقة اللي هي بجنيه وال 1 pound coin او العملة المعدنية اللي هي بجنيه وال 5 pounds note او الورقة اللي هي بخمسة جنيهات 10 pounds note او الورقة اللي هي بعشر جنيهات وال 20 pounds note او الورقة اللي هي بعشرين جنيه نبقى عارفين اشكال العملات الورقية دي والكوينز كمان علشان خاطر لما نيجي نشتري بعد كده اي جود من الجودز نبقى عارفين احنا ندفع الفلوس ازاي ولو لنا باقي هناخد باقي ولا لا وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 69 او صفحة 69 وعنوانها practice shopping practice يعني ان احنا نتدرب على شيء معين ان احنا نعمل practice على شيء معين ان احنا نعمل تدريب على shopping او على التسوق فهنا بيقول لنا نعمل عملية تدريب او نعمل عملية practice نتدرب على shopping او على التسوق فبيقول لنا هنا cut out cut out يعني قص each personal hygiene tool each كل personal hygiene tool ادى من ادوات النظافة الشخصية use the goods استخدم البضاء اللي في الصور دي to role play علشان نعمل role play نعمل عملية تمثيل عملية تمثيلية بنا وبين بعض او مصرحية صغيرة يعني shopping عملية التسوق فاحنا المفروض هنا اصحابي لو احنا في ال classroom وقاعدين بنعمل role play دي teacher او mister بتاعنا هيخرجنا او miss بتاعتنا هتخرجنا وهتخلينا اتنين مجموعات كل مجموعة مكوناة من اتنين واحد فينا هيبقى اسمه seller او worker seller البائع او worker اللي هو في مكان بتاع البيع بتاع hygiene tools دي او مثلا يكون في pharmacy يعني وحد تاني اللي هو الطالب التاني او student التاني هيبقى اسمه shopper المشتري shopper يعني مشتري worker عامل او seller بائع زي ما تحبووا تسموها عادي ونبقى عارفين ان احنا نعمل حاجة اسمها role play وممكن كمان role play دي نبدل فيها ادوارنا بعد كده يعني انا مرة اعمل worker او العامل اللي بي بيها وممكن كمان تاني مرة بعد ما نخلص role play الاولانية اعمل نفسي shopper او المشتري بحيث ان انا اتدرب على الدورين بشكل سليم علشان كده بنسميها practice practice يعني تدريب فهنا اول حاجة ال worker لما تيجوا اصحابي تدخلوا السوبر ماركت او الفارماسي مع بابا وماما علشان تشتروا بعض الحاجات منها طبعا ادوات العناية الشخصية او personal hygiene tools اللي هي الادوات بتاعت العناية الشخصية فطبعا ممكن بابا او ماما يسألوا ال worker او العامل اللي موجود في المكان على مكان البضاعة بس هو في الطبيعي انه هو اول حاجة بيسألهم بيقولهم انا ممكن اساعدكم ازاي ممكن اساعدكم ازاي فهنا هنعمل المحادسة انا هكتب لكم الكلام اللي هيتقال وهقوله لكم علشان تتخيلوه ولو حابين تتدربوا عليه مع بابا وماما او تتدربوا عليه في ال classroom مع اصحابكم يبقى الموضوع سهل عليكم فاول حاجة ال worker او seller هيقول can i help you can i help you يعني هل يمكنني مساعدتك يعني هل اقدر ان انا اساعدك can i help you هل يمكنني مساعدتك هل استطيع مساعدتك فطبعا الشوبر الشوبر او المشتري اللي هو انت وبعك بابا او ماما هتقولو مثلا do you have any do you have any يعني هل لديكم أي مثلا لو هنشتري من المشتري الtoothbrush او فرشة الاسنان هنسأله ونقولو do you have any toothbrush هل لديكم اي فرشة اسنان عندك فرش اسنان هنا do you have any toothbrush فهو هيقل لنا مثلا او ممكن نقولو حاجة ثانية أنا أبحث عن فرشة أسنان فممكن أقول له Do you have any toothbrush؟ أنتو عندكو أي فرشات أسنان أو أنا أبحث عن فرشات أسنان Looking for يعني أبحث عن فرشات أسنان فهو طبعا الworker أو السيلر هيقول لنا Yes Yes يعني نعم Let me show you where to find tooth brush Let me show you دعني أريك Where to find أين تجد To splash فرشة أسنان To splash فرشة أسنان وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هو المفروض هيقول لنا كده وهيودينا بقى المكان أو هيشور لنا على المكان اللي في tooth brush الموجودة عندهم فهيقول مرة تانية Yes نعم Let me show you where to find toothbrush نعم عندنا طبعا يعني خليني أوريك Let me show you دعني أريك Where to find toothbrush أين تجد To splash أو فرشة الأسنان فالشوبر اللي هو أنت أو بابا وماما هيقول مثلا How much does it cost? How much يعني كم سمنها Does it cost? كم تكلفني من السمن تكلفتها كم؟ تمنها كم؟ How much does it cost؟ ده السؤال اللي بنسأل دي عن سعر الحاجات كم سمنها؟ كم تكلف من المال؟ How much does it cost؟ كم سمنها؟ فطبعا هو هيقول لي It costs زي ما هنا في البيج هنا مكتوب 17 باوند فهيقول لي مثلا It costs 17 باوند It costs 17 باوند يعني هي تمنها أو تكلفتها 17 جنيه 17 باوند فهيقول لي It costs 17 باوند لو احنا بنسأل عن بضاعة تانية أو الرول بلاي أنا بسأل فيها عن جود تانية من الجودز المختلفة اللي موجودة في الصورة هنا هنقول سعرها طبعا فمرة تانية هو هيقول لي It costs هي تكلفتها التمن بتاعها اللي هو مكتوب مثلا في البيج هنا 17 باوند 17 جنيه فالشوبر أو المشتري هيقول له I will take مثلا 1 I will take 2 ليا والابني مثلا أو ليا والبنتي هيقول له أنا هاخد واحدة أو اتنين أو تلاتة ف I will take 1 أنا هاخد واحدة ويروح واخد واحدة ويقول له في الاخر A thank you أو thank you so much ويروح ماشي واخد the two spreadsheet وماشي فده طبعا الرول بلاي أو المسرحية الصغيرة أو التمثيلية الصغيرة اللي احنا ممكن نعملها علشان نعمل براكتس شوبينج براكتس شوبينج أو ان احنا نتدرب على عملية التسوق زي ما احنا قلنا من شوية فمرة تانية والووركر هيقول Can I help you الشوبر هيقول Do you have any tooth brush or أو I am looking for tooth brush فالووركر هيقول Yes Let me show you where to find tooth brush شوبر هيقول له How much does it cost كم ثمنوها فالووركر هيقول له It costs 17 pounds زي مثلا ما مكتوب في الورقة هنا فالشوبر هيقول له I will take one I will take two العدد بتاع الجودز اللي هو عايزها I will take one مثلا ويقول له في الاخر Thank you so much Thank you so much شكرا لي جدا وهياخد tooth brush وهيمش وبكده احنا عرفنا البيج هنا مطلوب مننا فيها ايه وعرفنا الرول بلاي او المسرحية الصغيرة او التمثيلية الصغيرة اللي احنا المفروض نتدرب عليها بيبقى شكلها عامل ازاي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي نوصل لبيج 71 او صفحة 71 وطبعا بيج 70 او صفحة 70 هي صفحة فاضية فبيج 71 عنوانها What did I buy What did I buy يعني انا اشتريت ايه انا اشتريت ايه في الصفحة اللي فاتت طبعا احنا كنا اتفقنا ان انا هشتري الـ ToSprash ممكن حد تاني يشتري جود تانية من الجودز اللي موجودة في الصفحة كل واحد لي الحاجة اللي هيختارها المهم ان احنا نبقى عارفين سعرها ايه واسمها ايه زي ما اتفقنا مع بعض ونعمل الرول بلاي اللي احنا ضربنا عليها من شوية بشكل سليم فانا بيقول لك ما او ماذا ما او ماذا انا اشتريت ايه انا ماذا ما الذي اشتريته ما الذي اشتريته ما الذي اشتريته فانا بيقول لنا complete يعني اكمل the sentences the sentences الجمل draw draw يعني ارسم the notes the notes الورقات you used التي استخدمتها النوتس اللي هي بترمز للورقات النقدية لعملات الفلوس اللي احنا اتكلمنا عليها فاول الدرس النهاردة زي ما قلنا في ورقة بجنية او one pound وفي ورقة five pounds او بخمسة جنيهات وفي ورقة ten pounds او بعشرة جنيهات وفي ورقة كمان 20 pounds 20 pounds او بعشرين جنيه دول اللي مطلوب مننا ان احنا نعرفهم دلوقتي فهو بيقول لك هنا draw ارسم the notes you used العملات او الورقات النقدية اللي انت استخدمتها draw ارسم a picture صورة of you لليك انت using the item you bought using the item مستخدما ال item او العنصر you bought اللي انت اشتريته فانا مطلوب مننا تلات حاجات ان احنا نعمل complete للسنتنسز او للجمل نكمل الجمل نرسم الورقات النقدية او الورقات النقدية انا اشتريت فورشت اثنين اي بوت اه توس براش this item العنصر ده cost cost بيكلف 17 pounds 17 pounds 17 جنيه لاني كانت منها في الصفحة اللي فاتت 17 جنيه او 17 pounds يبقى at the store i bought a tooth brush this item costs 17 pounds وطبعا i used i used انا استخدمت هنرسم هنا النوتز او الورقات النقدية او العملات النقدية اللي احنا استخدمناها زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن نكون استخدمنا الورقة بال 10 pounds او بال 10 جنيه والورقة بال 5 pounds او بال 5 جنيه وكمان ورقتين من عملة الجنيه او ال 1 الجنيه فاحنا هنا رسمنا 10 pounds و 5 pounds وكمان 2 pounds كل ورقة منهم بجنيه فانا i used العملات النقدية او النوتز انا رسمت شكلها to buy the good to buy the good لشراء البضاعة the good البضاعة to buy لشراء the good البضاعة واخر حاجة مكتوبة هنا في ال square green ده او ال square الفريم بتاع اخضر ده this is a picture this is a picture دي صورة هذه هي صورة of me ليا using my new purchase my new purchase purchase يعني مشترياتي new purchase يعني الحاجة المشتريات الجديدة اللي انا اشتريتها يبقى this is a picture هذه صورة of me ليا using my new purchase مستخدما المشتريات الجديدة بتاعتي ونرسم هنا صورة لنفسينا واحنا بنخسل اسناننا بالفرشاة بتاع الاسنان او with the new toothbrush اللي احنا اشتريناها من شوية وبكية نكون انهينا شرح درس النهاردة واتمنى انتو تكونوا استفدتم لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج discover اكتشف الترم الثاني primary one او الصف الاول الابتدائي وان شاء الله النهاردة هنشرح اخر جزء في شابتر ثري او في الفصل الثالث buying selling and saving buying الشراء selling البايع and saving والادخار وطبعا ده في المحور الثالث how the world works او كيف يعمل العالم وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب والم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكور لنكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا عن هنا المرة اللي فاتت شرح page 71 او صفحة 71 والنهاردة هنكمل وهنشرح page 72 او صفحة 72 وعنوانها brainstorming او العصف الزهني brainstorming brainstorming او العصف الزهني يعني ايه العصف الزهني يا اصحابي العصف الزهني هو اننا افكر وانتو تكونوا قاعدين معايا بتفكروا في نفس الموضوع ونقعد بعد كده نتبادل الافكار يعني احنا مثلا بنفكر في حاجة معينة كلنا مع بعض قاعدين بنفكر فيها وبنعمل تبادل الافكار اللي بتيجي في عقلنا ده اسمه العصف الزهني او brain storming فالعصف الزهني هنا او brain storming اللي احنا هنعمله او تبادل الافكار اللي احنا هنعمله خاص بايه اصحابي خاص بمسرحية صغيرة المفروض ان احنا واحنا في الclassroom او في حجرة الفصل المستر او المس او our teacher هيقسمونا المجموعات كل مجموعة ياما تكون من اربع طلبة او ست طلبة او اقل حاجة من اتنين من الطلبة المهم ان يكون كل مجموعة فيها اتنين او اكتر اتنين او اربعة او ستة فطبعا ده المجموعات دي هتعمل مصرحية او play play يعني مصرحية واحنا كلنا عارفين يعني ايه مصرحية او play اللي هو الشو او العرض اللي احنا بنتفرج عليه في التلفزيون او في المصرح بيبقوا يوقفين على ستيج او على منصة ممكن يبقوا يوقفين قدامنا عادي بيبقى فيه شخصيات في ايه مصرحية الشخصيات دي اللي هم بيمثلوا الافراد او الشخصيات اللي في المصرحية يعني مثلا مثلا واحد بيبقى بيعمل حاجة والتاني بيرد عليه واللي بيحكم الكلام والاحداث اللي بتحصل بينهم دي حاجة اسمها الاسكريبت الاسكريبت او النص فالمصرحية او play بتبقى عبارة عن جزء تمثيلي احنا بنمثله او احنا بنتفرج عليه لو احنا الجمهور اللي بتفرج عليه طبعا الجزء التمثيلي ده بيحكي حدوته بيحكي عن موقف بيحكي عن حاجة وطبعا بيبقى فيه شخصيات او characters وبيبقى فيه كمان مكان بتدور فيه المصرحية او الاحداث بتاعت المصرحية اللي هو place او المكان اللي بيدور فيه الاحداث دي وبيبقى فيه كمان احداث بتحصل في المصرحية نفسها الاحداث دي اللي هو حصل ايه بيحكي لنا عن ايه ايه اللي المفروض الاحداث اللي بتحصل اثناء المصرحية دي يبقى اي مصرحية بيبقى لها اكتر من عنصر او اكتر من حاجة بتكونها اول حاجة characters او شخصيات الناس اللي بتظهر لنا في المصرحية وبيحكي لنا الحكاية بيورونا المصرحية دي بتدور حوالين ايه تاني حاجة المكان او place اللي بتدور فيه المصرحية دي يا ترى المصرحية دي او الاحداث بتاعت المصرحية دي حصلت فين وتالت حاجة الـ events الـ events او الاحداث المصرحية دي ايه هي احداثها والاحداث دي بتحكي عن ايه بالزبط فهنا بيقول لنا brainstorming او العصف الزهني او تبادل الافكار وبيقول لنا كمان you will write a play you will write a play انت سوف تكتب مصرحية about buying and selling goods about يعني عن buying يعني شراء and selling وبيع goods البضائع انت هتكتب مصرحية عن شراء وبيع البضائع the first step الخطوة الاولى first الاول step الخطوة is to brainstorm is to brainstorm ان احنا نتبادل الافكار with your group مع الفريق بتاعك with your group مع المجموعة بتاعتك setting setting يعني المكان اللي بتدور في المصرحية setting المجلس او المكان اللي انتوا قاعدين فيه where will your play take place where يعني اين will سوف your play مصرحيتك take place تأخذ مكان فين المكان بتاع المصرحية بتاعتك characters 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 يكلمك انت المفروض دلوقتي هتقول لنا characters او الشخصيات اللي في المصرحية بتاعتك اللي هي بنسأل عنها به زي ما احنا شايفين قدامنا will setting setting where place المكان اللي بتدور في المصرحية و events او الاحداث what happens ماذا سيحدث او ماذا يحدث فطبعا احنا ممكن عشان خاطر نعمل play الجميلة بتاعتنا واللي هي بتتكلم عن buying والselling او بتتكلم عن البيع والشراء بتاع الجودز احنا ممكن نعمل المصرحية مثلا عن bakery او المغبز فطبعا هيبقى في عندنا characters baker او الخباز وطبعا customer او الزبون او العميل اللي جاي يشتري الحاجة من البيكري فهنكتب في characters هنا baker الخباز و الزبون ممكن حد تاني يكتب characters ممكن حد يكتبها مثلا الاحداث دي هتدور في فارماسي فيبقى الممكن حد يكتب مثلا ان الاحداث دي هتدور مثلا في toy store يبقى هيكتب مثلا seller ممكن حد رابع يكتب في مكان تاني المهم ان الخباز بتعبر عن شخصيات موجودة في مكان بيبيع في goods او البلائع المختلفة فانا هكتب هنا بيكر الخباز و العميل طبعا ال setting او ال where اللي هي بتكلمنا عن place where يعني اين وال setting طبعا مكان اللي بتاخده المصرحية دي place بتاعها خين فانا نكتب هنا bakery المغبز الباكري او المغبز طب وال events ال events او الاحداث ال events او الاحداث what happens what happens يعني ماذا سيحدث طبعا هنكتب هنا ايه buying bread buying bread هنشراء خبز الاحداث ان احنا ايه طبعا ال customer رايح الباكري علشان يشتري خبز فهنا دي characters باكترز الباكر and customer و ال setting او ال place ال bakery وال events طبعا او الاحداث buying bread او شراء الخبز ويبكا نكون انهينا البيج دي وعرف ما يعني ايه brainstorm ونتميل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 73 او صفحة 73 وعنوانها writing our script writing يعني كتابة our script يعني اللي script او النص بتاعنا وزي ما قلنا في البيج اللي فاتت ان اي play او اي مصرحية او اي show اي عرض بيبقى لي script او نص بيقول لك complete complete يعني اكمل the sentences the sentences الجمل below الموجودة بالاسفل to create to create لتنشئ your script النص بتاعك your script النص بتاعك then ثم بعد ذلك assign 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 حدد يعني حدد او عين one character شخصية واحدة to each يعني لكل group member عضو من اعضاء الفريق يعني انا هجيب كل مجموعة او كل جروب من المجموعة من الجروبس المختلفة واقول الافراد بتاعها كل واحد مين اللي هيبقى ال customer او العميل ومين هيبقى السيلر او بيكري او الفارمسيست او الشخص اللي بيبيع الجود في المكان بتاعه بيع الجودز دي فانا هعمل assign او هعمل تعيين تحديد لكل شخصية من الشخصيات كل عضو من اعضاء المجموعات المختلفة اللي هما group member يعني هقسم الادوار على كل الافراد الموجودة في المجموعات المختلفة حدد مين اللي راحين يشتروا ومين اللي موجودين بيبيعوا الجودز المختلفة في الاماكن المختلفة مكتوب هنا the the dots is working in the يبقى the baker the baker الخباز is working in the bakery the bakery the bakery the bakery الخباز is working in the bakery the bakery the bakery المغبز والخباز طبعا شغال في المغبز arrives 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 يصل add the store إلى المدجر في المدجر يبقى هو وصل في المدجر دلوقتي store worker 1 store worker 1 العامل اللي في المدجر والعمل ده رقم واحد بيقول ايه؟ بيقول hello can i help you hello أهلا can i help you هل استطيع أن أساعدك can i help you can i help you فالكاستمر يقول له هالكاستمر 1 يقول له I am looking for فهو رايح المغبز عمانال مغبز كوهول مثلا انه هو Be looking for أو بيبحث عن bread فيقول له i am looking for bread i am looking for bread أنا أبحث عن الخبز فالstore worker او العامل اللي في المدجر 1 طبعا العامل رقم واحد بيقول of course بالطبع let me show you where it is دعني أريك let me show you دعني أريك where it is أين هو فطبعا هو ورّاله البريد موجود فين فالكستمر number one أو العميل أو الزبون رقم واحد بيقول هنا how much does بريد cost how much does وطبعا هنا في الدوتس دي هنكتب بريد بريد يعني الخبز cost بيكلف تمنه كان فالستور worker number one بيقوله it costs انه هو يكلف هنقول مثلا five pounds five pounds بيكلف خمسة جنيهات فالكستمر one أو العميل الرقم واحد بيقول here is وبيطلع له طبعا الثمن أو الـ price وبيقول له here is five pounds هنكتب هنا five pounds فضل خمسة جنيهات او انا هشتريه خلاص فالكستمر number one أو العميل الرقم واحد هنا بيعمل ايه hands hands store worker one money for the item hands يعني بيعطيله في يده hands store worker number one بيدي العامل بيدي العامل الرقم واحد اللي في المتجر الماني او الفلوس for the item اللي هي تمن العنصر اللي احنا بنكلم عنه اللي هو الـ bread فبيدي له تمان الـ item او العنصر ده وبيدهاله في ايده فبيقول له تفضل ايه الفلوس بتاعت الخبز طب store worker number one هنا بيقول thank you شكرا لك here is your bread here is your وهنا طبعا هناك تفضل الخبز بتاعك بعد ما خذ الفلوس طبعا من الـ customer هيدي له طبعا الخبز فبيقول له thank you thank you شكرا لك here is your bread ها هو الخبز بتاعك store worker one hands the item to customer one hands يعني يعني بيعطيه في يده the item العنصر ده to customer one للعميل او للزبون رقم واحد طبعا customer one بيقول له thank you شكرا لك والstore worker one بيقول له nice doing business with you يعني كان شيء لطيف ان احنا نقدر نعمل لك اي business او نقوم لك بأي خدمة تجارية nice doing business with you وطبعا customer one بيقول له you too انت ايضا have a nice day اتمنى لك يوم سعيد او يوم سعيد و customer one leaves leaves يعني بيغادر the store the store المتجر بياخد بعض وبيمشي وهنا لحد هنا play الاولانية انتهت خلاص لحد customer one ما بيعمل leaving او بيغادر ال store هنا play الاولانية انتهت وطبعا ال play دي كان فيها شخصيتين اللي هي customer one والstore worker one زي ما قلنا لو ال groups متكونة من ان اتنين فهنا اول group add play بتاعته او المصرحية بتاعته طب لو ال group متكونة من four characters او اربع شخصيات هنعمل script تاني وهنعمل مسرحية تانية هنا هنروح لل script التاني المفروض اللي هو خاص بالشخصيتين التانيين في ال group وهنا هنقول ان في store worker to و customer to فالstore worker to اللي هو العامل رقم اثنين stands stands يقف behind behind خلف the cash register the cash register اللي هي مكينة النقود او مكينة تسجيل النقود اللي هو واقف يعني عند الكشير مثلا فهنا customer to او العميل رقم اثنين arrives at the store arrives يصل at the store الى المدجر store worker to العامل رقم اثنين بيقول اي بيقول hello اهلا can i help you can i help you هل هل يمكنني ان اساعدك فهنا customer to او العميل رقم اثنين بيقول مثلا do you have any do you have any لو احنا في البيكري ممكن نقول do you have any cake هل لديكم cake او كاك فهنا طبعا do you have any cake ممكن اقول do you have any لو احنا مثلا في الفرماسي do you have any toothbrush toothbrush فرشة اثنين فهنا ممكن علشان نغير name ال play التانية دي فالفرماسي فنقول do you have any toothbrush do you have any toothbrush عندك فرشة اثنين فال store worker بيقول i think so انا اعتقد ذلك let me show you where let me show you دعني اريك where let me show you where دعني اريك اين يوجد الحاجة اللي انت بدور عليها فال customer 2 بيقول here is it thank you شكرا لك how much does toothbrush cost how much does do you cost let me put on here two brush here here is it here thank you شكرا لك انت وردتني مكانها فين كم تمنى الـ Toothbrush كانت تمنى الـ Toothbrush او فرشة السنين فالستوروركر نمبر 2 ده هيقوله مثلا 10 باونس 10 جنيهات مثلا 10 باونس انها تكلف 10 جنيهات ونتنقل للبيج البعض عشان نكمل مع بعض ونوصل لبيج 75 ولسه نكمل البلاي بتاعتنا فاكستمر 2 طبعا بعد معرف انها تكلف 10 باونس بيقوله here is 10 باونس طبعا هنكتب هنا على الدوتس دي 10 باونس او 10 جنيهات اتفضل ل 10 جنيه اللي انت عايزها ثمان الـ Toothbrush دي فاكستمر 2 hands يعني بيعطي فييد store worker 2 store worker 2 او العامل الرقم 2 ده money for the item المال مقابل طبعا العنصر اللي هو بيشتريه اللي احنا هنا بنتكلم عنه اللي هو Toothbrush store worker 2 او العامل الرقم 2 بيقوله ايه thank you thank you شكرا لك here is your here is your Toothbrush ها هي فرشات الاسنان الخاصة بك store worker 2 hands the item to customer 2 hands يعني بيعطي فييده يبقى هو بيديله في ايده The item العنصر To customer 2 للعميل او الزبون رقم 2 store worker 2 العامل رقم 2 ده بيعمل ايه بيقول thank you شكرا لك for your business لان انت اتعملت معنا واشتريت مننا thank you for your business شكرا ان انت اتعملت معنا واشتريت مننا فالكاستمر 2 بيقوله have a nice day اتمنى لك يوم سعيد اتمنى لك يوم لطيف nice يعني لطيف وكاستمر 2 هنا في الاخر بيعمل ايه leaves يعني يغادر the store the store المتجر leave the store يعني بيغادر المتجر ومع اول مما هو بيعمل leaving او بيغادر the store بتبقى play انتهت او المسرحة انتهت وهنا كتب لنا customer 1 customer 2 store worker 1 store worker 2 وهنا الدوتس دي هنكتب عليها اسماء groups يعني مثلا هنا لو customer 1 كان في جروب بتاعتنا هو مثلا الطالب عبدالله فهنكتب هنا اسمه عبدالله طب لو customer 2 كان مثلا اسمه مثلا عبدالرحمن كان اسمه محمد كان اسمه حسن كان اسمه مينة هنكتب هنا مينة وستور ووركر 1 هو ستكتبات الإسام الطالب أو الطالبة امت الدور وستور ووركر 2 هو ستكتبات الطالب ام التالبة الآمت دور وبذلك نعرف إجابة الـ dots نكتب على كل أشخاص قدام كل شخص اسم الطالب أو الطالبة نعلم أمام kapeج ونقوم بكثبات الآخر أو صفحة 76 وعنوانها costumes and props costumes اللي هي الأزياء and the props props والإكسسوارات يعني إيه أزياء ويعني إيه إكسسواراتي أصحابي الأزياء اللي هي الملابس اللي بيلبسها الكاراكترز أو الشخصيات في أي بلاي أو في أي مصرحية يعني مثلا الخباز بيبقى ليه لبس معين الفارمسيست بيبقى ليه لبس معين السيلر أو البيع في السوبر ماركت بيبقى ليه لبس معين بنسميه اليوني فورم أو الزي بتاعه أو الفورم بتاعه الزي اللي هو بيلبسه ف costumes اللي هي الأزياء الأزياء دي اللي بتخلينا اللي بيلبسها الكاراكترز أو الشخصيات وهم بيعملوا البلاي أو المصرحية علشان يخلونا نحس إن هم فعلا شغالين في المكان ده وبيدور الأحداث دي فعلا ويبقى الموضوع شكله مقنع أكتر فدي اسمها الـ costumes أو الأزياء الأزياء اللي هي الملابس اللي بيلبسها الشخصيات في المصرحية طب الـ props اللي هي الـ accessoires هي أي حاجة ممكن نستخدمها برضو وإحنا بنمثل بتعبر برضو عن الأحداث اللي احنا بنحكي عنها مثلا في الباكري ممكن يبقى الـ bread عبارة عن props أو accessoires يعني الخبز اللي احنا بنتكلم عنه لما نجيب خبز وإحنا بنتكلم ذا بيعتبر اكسسوار أو حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نحكي القصة ويبقى الموضوع مقنع أكتر لو في الفارماسي لو جبنا الـ toothbrush هتبقى دي props أو اكسسوار بحيث ان احنا نتكلم ويبقى في إدنى الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها في المصرحية بتاعتنا لو في أي حتة تانية بنتكلم عن أي جود تانية ممكن نجيب الجود دي ونمسكها في إدنى أو نتكلم عنها وهي موجودة معنا في الـ play بحيث ان هي تبقى اكسسوار وتبقى المصرحية مقنعة أكتر ونكحة أكتر طبعا الـ costumes and props أو الازياء والاكسسوارات دي جزء مهم جدا في أي play أو في أي show أو في أي مصرحية فهنا بيقول لنا decide decide يعني قرر what costumes what costumes أي الازياء and props والاكسسوارات should be used should be used يجب أن تستخدم in your play in your play في المصرحية بتاعتك فهنا طبعا جيب لنا الولد الصغير ده هو بيفكر في أول حاجة الـ costumes الـ costumes أو الازياء ممكن مثلا هنا نكتب لو احنا بنتكلم عن الـ pharmacy هنكتب مثلا الـ pharmacist يلبس إيه أصحابي يلبس جاكت أبيض طويل فهنكتب هنا white coat white coat يعني جاكت أبيض طويل يبقى هنا white coat أو جاكت أبيض طويل طب ويه الـ props الـ props أو الأكسسوارات هنكتب هنا مثلا فلو احنا بنشتري الـ toothbrush اللي احنا كنا بنتكلم عنها هنكتب هنا toothbrush toothbrush أو فرشات أسنان يبقى هنا costumes أو الأزياء هتبقى white coat جاكت أبيض طويل اللي هو بتاع الـ pharmacist أو الصيدة لاني وهنا props أو الأكسسوارات هتبقى مثلا toothbrush toothbrush أو فرشات أسنان طب وهنا كتب لنا في آخر الـ page I will try to bring in I will try أنا سوف أحاول to bring in bring يعني يحضر to bring in إن أنا أحضر يبقى أنا أحاول إن أنا أحضر معي حاجة من البيت إيه اللي ممكن أحضره من البيت ممكن مثلا أنا أجيب معايا tooth brush حتى لو كانت tooth brush قديمة بحيث إن إحنا وإحنا بنعمل play بتاعتنا نستخدمها كأنها props أو أكسسوارات ساعدنا إن إحنا أنا أعرف إن أمثل المصرحية بتاعتنا بشكل أحسن فI will try to bring in أنا سوف أحاول إن أحضر إيه بقى هنكتب هنا على الدوتس دي مثلا tooth brush هحاول إن أنا أجيب معايا tooth brush يبقى هنا إحنا إحنا أكملنا الدوتس دي وكتبنا في الكوستيومز white coat والبروبس كتبنا tooth brush وكمان إحنا ممكن نحضر معنا وإحنا رايحين نعمل play دي أو المصرحية دي ايه tooth brush حتى لو كانت قديمة بحيث إن إحنا نستخدمها كبروبس أو كأكسسوار نقدر نستخدمه وإحنا بنمستل المصرحية بتاعتنا كده نكون أنهينا page 76 أو صفحة 76 وأنهينا معاها شرح chapter 3 وشرح المحور الثالث وأنهينا معاهم شرح درس النهاردة وفي الختام أتمنى أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو أعجبك الفيديو أعمل لايك والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معا كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة إزايك أصحابي النهاردة إن شاء الله بنكمل شرح منهج discover اكتشف الترم التاني primary one أو الصف الأول الابتدائي وكنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح المحور الثالث والنهاردة هنبدأ نشرح المحور الرابع communication communication الاتصالات أو التواصل وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وألم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم المحور الرابع communication أو التواصل بيكلمنا هنا أصحابي في المحور ده وهو جزء بسيط مش كبير عن storytelling أو بيكلمنا في شابتر ون في المحور ده أصحابي عن storytelling storytelling أو سرد القصص ازاي نحكي لك حكاية وانت كمان تحكي لحكاية سرد القصص يعني انحنا نحكي الحكايات storytelling storytelling يعني سرد القصص وطبعا احنا كلنا عارفين يعني ايه قصة القصة هي حكاية بنحكيها لبعضينا وبيكون فيها زي ما عارفنا في الدرس اللي فات characters characters أو شخصيات وبيكون فيها كمان events events أو أحداث وبيكون فيها كمان settings settings أو أماكن places اللي بيدور فيها الأحداث دي فأي story بيكون لها ثلاث عناصر أو العنصر هو characters characters أو الشخصيات ثاني حاجة بتبقى موجودة في أي قصة هي events 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 أو الأحداث ثالث حاجة بتبقى موجودة في أي story هي settings settings أو الplaces أو الأماكن اللي بتدور فيها الأحداث دي وطبعا هنا يا أصحابي في communication في المحور الرابع وفي story telling بيكلمنا إزاي نتواصل فإحنا ممكن نتواصل مع الناس التانيين عن طريق story والstory telling يعني نحنا نحكي لهم حكاية وطبعا يا أصحابي الoster أو المؤلف بتاع أي story بيعمل communicate أو بيتواصل مع الreaders الreaders أو القراء بتاعت الstory بتاعته عن طريق words الwords الكلمات فده طبعا نوع من أنواع التواصل تمام فيبقى التواصل ليه أنواع كتير وليه أشكال كتير منها نحنا نحكي حكاية نتواصل بيها مع بعض ونعمل communicate مع بعض بيها حتى الكاتب اللي بيكتب القصة وهو ممكن ما يكونش قاعد معاك هو بيتواصل معاك عن طريق الكلمات اللي كتبها عمل communicate with you عن طريق الwords أو الكلمات اللي هو كتبها في الstory بتاعته وطبعا يا أصحابي في الcommunication أو في التواصل احنا بنستخدم ال five senses أو الحواسل الخامسة بتاعتنا هنفتكر دلوقتي مع بعض ال five senses تاني ونرجع عليها مع بعض وعايزين نبقى فاكرين ان احنا بنرجع عليها علشان هي دي أو هي دي الحواس اللي احنا بنعمل بيها communicate أو تواصل مع الأشخاص أو الناس اللي حوالينا فتعالوا نشوف أول صفحة في الcommunication أو في التواصل في الstory telling خليكم معي ونوصل مع بعض ل page 79 أو صفحة 79 وعنوانها five senses scavenger hunt five senses زي معرفنا الحواس الخامسة five يعني خمسة والSenses اللي هي الحواس الحواس الخامسة scavenger hunt scavenger hunt دي لعبة يا أصحابي بنلعبها ساعات في الحفلات في عياد الميلاد اللي هي لعبة الكنز المفقود لو تعرفوها ان بيبقى في بعض الحاجات احنا نخبيينها في المكان اللي احنا فيه حد نخبيها وعمل بيها listة كده وطبعا كلنا بنوم ندور على الحاجات دي اكتر واحد بيلاقي حاجات من الليستة بتاعة الحاجات المفقودة دي هو اللي بيكون الفايز اللعبة دي بنقول عليها الكنز المفقود او scavenger hunt scavenger hunt لعبة الحاجات المفقودة فهنا بنستخدم 5 senses او الحواس الخامسة بتاعتنا واحنا بنلعب لعبة scavenger hunt scavenger hunt او لعبة الاشياء المفقودة او الكنز المفقود فهنا بيكلمنا اصحابي طبعا زي ما قلنا عن الحواس الخامسة وبيقول لنا search search يعني ابحث search for ابحث عن objects objects العناصر in the classroom في حجرة الفصل that you can see that you can see التي انت تستطيع ان تراها you can you can يعني انت تستطيع see ان ترا smell smell يعني تشم رائحة يعني تقدر تشم رائحة كمان taste taste يعني تتزوق touch touch يعني تلمس and hear what you find للحاجات اللي انت وجدتها what ما او ماذا you find انت وجدت you find انت وجدت فهتعمل هترسم الحاجات اللي انت هتلاقيها وهتعمل كمان label او هتكتب الاسم الصحيح ب what you find او بالحاجات اللي انت لقيتها او انت وجدتها فعندنا هنا table اصحابي في five senses five senses او الحواسل الخامسة وكل حاسة اصحابي بنستخدم فيها body part معين body part او جزء الجسم اللي انا بنستخدمه بكل حاسة هنقوله دلوقتي فعندنا حاسة sight sight او الابصار حد يقدر يقولي بنستخدم ايه body part اللي احنا بنستخدمه واحنا بنستخدم حاسة sight eye eye شاطر eye eye العين اللي احنا بنستخدمها واحنا بنشوف بها الاشياء sight او حاسة الابصار body part او الجزء من الجسم اللي احنا بنعمل به حاسة الابصار هو eye طب حد يقدر يقولي smell smell الشم الشم الرائحة ايه body part او جزء الجسم اللي احنا بنستخدمه واحنا بنعمل smell او بنشم رائحة nose nose شاطرين nose اللي هي الانف طب taste 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 او التزوق حد يقدر يقولي ايه هو body part او جزء الجسم اللي احنا بنستخدمه واحنا بنعمل حاسة taste taste او التزوق mouth mouth شاطرين mouth touch touch او lamp حد يقدر يقولي حاسة touch او body part او اي جزء من الجسم واحنا بنعمل حاسة touch او lamp hand الهاند شاطر الهاند الهاند شاطرين كلكم الهاند او اليد طب واخر حاسة هي حاسة hear hear او السمع حد يقدر يقولي ايه هو body part او جزء الجسم اللي احنا بنعمل عن طريقه حاسة hear او hearing ear احنا نسمع الاشياء ear ear شاطرين ear او الاذن فاحنا بنستخدم body parts او اجزاء من الجسم واحنا بنعمل الحواسة الخامسة بتاعتنا او بنستخدم الحواسة الخامسة بتاعتنا فعندنا sight زي ما قولنا eye smell طبعا nose taste touch hand hear ear ear او الاذن طب دلوقتي احنا عادين في ال classroom ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشوف هيا اصحابي book book كتاب ممكن كمان نشوف ايه اصحابي pencil pencil الام رصاص فاحنا ممكن نرسم هنا في الحاسة بتاعت السايت book pencil وطبعا زي ما احنا عارفين ان ال page ما فيهاش اجابة نموذجية ممكن اي حد يرسم هنا اي حاجة ممكن اي حد فيكو يرسم اي حاجة ممكن اي حد فيكو يرسم اي حاجة حاجة هو شايفها في ال classroom ممكن حد تاني يرسم حاجات تانية فانا بديكو بس اي اجزاندوس او امثلة لحل بتاع ال page دي فاحنا هنرسم هنا مثلا book and pencil كتاب وقلم رصاص وهنكتب كمان جنبهم book و pencil ليه لان هو قال لك label label يعني ضاع الاسم الصحيح جنب الصورة اللي انت هترسمها طب حاسة smell او الشم احنا ممكن نعمل smell او نشم رائحة ايه واحنا في ال classroom يا اصحابي احد يقدر يقولي flower 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 يعني زهرة او وردة شاطرين ممكن يكون فيه قصيص زرع او فيه قصيص زرع موجود في flowers فاحنا ممكن نشم او ن smell راحة ال flowers دي او الظهور دي فنرسم هنا flower او وردة وهنكتب جنبها اسمها flower طب في التاست التاست احنا ممكن نتزوق ايه واحنا في ال classroom واحنا عادين في ال classroom نقدر نعمل تاست الايه نتزوق ايه ساندويتش الساندويتش طبعا الساندويتش او الساندويتش بتاعك اللي هو في اللونش بوكس بتاعك ممكن كمان نتاست ايه يا اصحابي juice شاطرين لو انت معاك مثلا عصير او حاجة ممكن تعمل تاست لجووس اللي معاك يبقى هنقدر نعمل تاست للساندويتش وهنرسم هنا ساندويتش وهنكتب جنبه اسمه ساندويتش زي ما احنا شايفين وهنرسم كمان جووس او علبة تعصير وهنكتب جنبها اسمها juice شاطرين كلكم طب في التوتش التوتش او اللمس نقدر نعمل توتش ايه اصحابي احنا في ال classroom Eraser Eraser او الممحاة او الاستيكة يعني طبعا ممكن نعمل توتش ال Eraser ممكن نعمل توتش الحاجات كثيرة جدا بس احنا ممكن هنا نرسم Eraser او الممحاة او الاستيكة وهنكتب هنا جنبها كمان Eraser واخر حاجة هنا اصحابي في ال here او في السمع ممكن نسمع ايه اصحابي احنا في ال classroom نعمل here نستعد محاسة ال here او السمع ممكن نسمع ايه احنا في بل البل او الجرس بتاع المدرسة وهو برنجنج او بيرن احنا نقدر نعمل نرسم هنا جرس المدرسة او البل ونكتب جنبه بل زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن حد تاني يكون سامع صوت تاني فهيرسم مصدر الصوت وهيكتب جنبه اسم المصدر ده او اسم الحاجة اللي بتعمل الصوت ده وبكده نكون اه حلينا ال page دي ونتنال ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ال page 80 او صفحة 80 ولسه بنتكلم عن 5 senses او الحواسة الخامسة بتاعتنا ودلوقتي احنا بنستخدم 5 senses او الحواسة الخامسة بتاعتنا واحنا بنعمل حاجة اسمها comparison او مقارنة بنقارن بين الحاجات وبعضها فعندنا بندينا مجموعة صور والكلمات جنب الصور دي هيخلينا نقارن بين الصورتين مع بعض ونكتب تحت كل صورة الكلمة المناسبة للوصف بتاعها فعندنا هنا بيقولك describing يعني وصف materials يبقى احنا هنا بنوصف ايه اصحابي بنوصف المواد describing يعني وصف materials المواد مرة تانية describing يعني وصف materials المواد هنا بيقول لنا اصحابي انظر الى العنصرين unalign اللي موجودين على كل خط طبعا من الخطوط دي اختار الكلمة الصحيحة الكلمة الصحيحة المواد اللي هو اسفل الصور يبقى زي ما قلتلكم يا اصحابي مدينا في كل سطر من السطور صورتين من الصور ومكتوب جنبهم كلمتين هنختار الكلمة المناسبة ونحطها تحت كل صورة الكلمة اللي بتوصف كل صورة من الصورتين دولا هنختار الكلمة المناسبة اللي بتوصف كل صورة ونكتبها تحت منها ونقرأ رأس سؤال مرة تانية look at the two object on the line choose the correct word that describe each object write the correct word on the line under the pictures او اول سطر السايت او حاسة الابصار احنا قلنا السايت اللي حاسة الابصار بنستخدم فيها البادي بورت اللي هو اسمه ايه eye الاي او العين شطرين يبقى بنستخدم ايه حاسة الابصار او الصايت الاي او العين طب احنا بنشوف اي حاجة بنقول عليه ايه اصحابي بنقول see see i see انا ارى i can see انا استطيع ان ارى you can see انت تستطيع ان ترى فsee اللي هي ارى او يرى دي بتقول ان احنا بنستخدم الحاسة بتاعت السايت او الرؤية او الابصار فهنا اصحابي فيه عندنا صورة لبنسل او قلم رصاص وفيه صورة an elephant an elephant an elephant او field فالمفروض فيه كلمتين موجودين جنب السورتين فيه عندنا small يعني صغير و large large يعني كبير المفروض اي صورة من السورتين دول المفروض ان نقول عليها small واي صورة تانية نقول عليها large البنسل small small يبقى البنسل هنكتب تحت منه small او صغير زي ما احنا شايفين قدامنا لانه هو الصورة بتعبر عن material او مادة من المواد الصغيرة طب الاليفانت small ولا large large الاليفانت large هنكتب تحت الاليفانت large ونقدر نقول يا اصحابي دلوقتي I can see small pencil and large elephant صح ولا لا انا استطيع ان ارى small pencil قلم رصاص صغير and large elephant وفيه الكبير طب في السطر التاني بيكلمنا الحاسة التانية وهي حاسة smell 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 او الشم حاسة الشم الرائحة طبعا حاسة smell او الشم احنا بنستخدم فيها اي body part علشان نقدر نعمل حاسة الشم nose النوز شاطرين النوز او الانف ولما انا بشم اي رائحة بقدر اقول I can smell يعني انا استطيع ان اشم رائحة لما اقولك انت تقدر تشم رائحة معينة بتقول you can smell ف smell بتيجي بمعنى حاسة الشم وبتيجي بمعنى كلمة يشم برضو يشم رائحة فهنا عندنا صورتين اول صورة للربش أو القذورات والمهملات وتاني صورة تقريبا للسوب أو الصابونة ومكتوب هنا في الجن fresh يعني منعش و stinky يعني قذر أو nothing فالمفروض فريش أو stinky 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 لان هي بيطلع منها رائحة قذرة أو نتنى فهنكتب هنا تحت منها stinky طب السوب السوب أو الصابونة fresh أو stinky fresh الشطرين منعشة فهنكتب تحت المهملات زي ما شفنا stinky وهنكتب تحت السوب أو الصابونة fresh ونقدر نقول I can smell stinky rubbish and fresh soup تمام طالت صورة لاصحابي في البيج دي بيكلمنا عن حاسة التيست التيست أو التزوق ايه هو البادي بارت أو جزء الجسم اللي احنا بنعمل به التيست أو حاسة التزوق حد يقدر يقول لي ماوس الماوس الماوس الشطرين الفم احنا بنتزوق الحاجات عن طريق ان احنا نضعها في our mouse أو في الفم بتاعنا فهنا مدينا صورتين وطبعا التيست أو حاسة التزوق لما انا بتزوق حاجة بقول I can taste انا استطيع ان اتزوق ممكن لو انت بتتزوق حاجة اقولك you can taste فتيست بتيجي بمعنى كلمة حاسة التزوق وبتيجي كمان بمعنى يتزوق او اتزوق فهنا عندنا صورة فيها an apple an apple او تفاحة وصورة تانية موجودة فيها lemon lemon او ليمون ومكتوب هنا في الجنب sweet sweet يعني حلو طعمه حلو sour sour يعني حامض اللي احنا بنقول عليه حمضي اللي هو طعمه مزش شوية ده بنسميه sour او حمضي فالمفروض الابل sweet sweet يعني حلو لان الابل طعمها حلو طب والليمون sweet sour sour اللي هي طعمها حمضي او حامض اللي هو طعم المزش ده اصحابي بنسميه sour sour يعني حمضي او حمض وطبعا هنا نقدر نقول I can taste sweet apple and sour lemon I can taste sweet apple and sour lemon وبكده نكون انهينا البيج دي وهنتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي بيج 81 او صفحة 81 ولسه بنكمل مع بعض 5 census او الحواسة الخامسة ونوصل لحاسة التوتش التوتش او اللمس وطبعا احنا نقدر نعمل توتش بالبادي بارد بتاعنا اللي هو اسمه ايه اصحابي hand الهاند شطرين نقدر نعمل توتش بالهاند بتاعتنا فهنا هم ندينا صورتين يا اصحابي اول صورة فيها بول او كورة وتاني صورة فيها صخرة تقريبا او stone او روك مكتوب هنا في الجنب smooth smooth يعني ناعم يعني ملمسه ناعم يعني املس و bumpy bumpy يعني وعر يعني التفاصيل بتاعته خشنة وصعبة ففي عندنا smooth smooth يعني ناعم يعني املس bumpy bumpy يعني وعر يعني خشن يعني صعب او خشنة او خشنة تفاصيل بتاعته صعبة او خشنة فالمفروض ان احنا اعرفنا كده ان احنا البول smooth والروك bumpy وطبعا التوتش بتيجي بمعنى حاسة اللمس وبتيجي كمان بمعنى يلمس فهنا نقدر نقول I can't touch smooth ball and bumpy rock واخر حاسة يا اصحابي وهي حاسة الهيرنج الهيرنج او السمع الهيرنج 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 او السمع ايه هو body part او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيهيرنج يا اصحابي ear الهير شاطر الهير شاطرين كلكو الهير او الأزن هي body part او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه هيرنج او سمع فعندنا طبعا الهيرنج يعني حاسة السمع وبرضو هيرنج بتيجي بمعنى سمع انا قدر اقول I can hear انا اصططيع ان اسمع فهنا hear بتيجي بمعنى حاسة السمع وبتيجي بمعنى يسمع او تسمع وانا اصحابي مدينة two pictures او صورتين اول صورة فيها bill bill او جرز وتاني صورة فيها clock clock او ساعة حائط ومكتوب هنا ticking ticking يعني biotactic وringing ringing يعني يرنج المفروض اللي بيعمل الحاجة اللي بتعمل ticking هنا البل ولا clock واللي بيعمل ringing البل ولا clock فلما نيجي نتكلم عن البل او الجرز المفروض هنقول عليه ticking ولا ringing 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 شاطرين ringing لان البل بيرن او الجرز بيرن فبنقول عليه ringing ringing يعني بيرن طب clock الclock بنقول عليها ringing ولا ticking 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 الساعة تاكتك يبقى بنقول عليها ticking تاكتك ونقدر نقول I can hear ringing bell and ticking clock وبكده نكون حلينا البيتج دي وأنهينا معها شرح درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حب غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover اكتشف primary 1 الصف الاول الابتدائي term 2 او الترم التاني ولسه بنكمل مع بعض شرح شبتر 1 او الفصل الاول story telling story telling او اخبار القصص ازاي بنحكي حكاية بنحكي حدوتة المحور الرابع communication communication يعني التواصل الاتصال وزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 81 او صفحة 81 وهنبتدي نشرح النهاردة page 82 او صفحة 82 وطبعا زي ما احنا عارفين ان اي story او اي قصة في الدنيا لها بعض المكونات المكونات دي زي characters characters او الشخصيات وطبعا ال setting او الاماكن او ال places اللي بتحصل فيها القصة دي وطبعا في events او احداث بتبقى موجودة في القصة دي اللي بتحصل للشخصيات جوه ال places او في ال places او في ال settings المختلفة للقصة وزي ما احنا عارفين يا اصحابي ان characters دي بيبقى فيهم شخصيات رئيسية او main character طبعا القصة كمان بيبقى موجودة فيها بعض the pictures او الصور اللي بتوضح القصة بتحكي عن اي دلوقتي فطبعا انت ممكن تحكي حدوطة او ممكن تحكي حكاية عن طريق صورة معينة او تقول على حاجة حصلت في الحدوطة او في ال story عن طريق صورة معينة فهنا يا اصحابي بيورينا اهمية ترتيب الاحداث او اهمية ترتيب ال events في اي story انا ممكن اقولك بعض ال events او الاحداث بتاعت اي story لو قلتها لك بشكل غير مرتب بشكل مش مترتب انت مش هتقدر تفهمه ومش هتعرف انا بقول ايه ومش هتقدر كمان تفهم القصة دي بتقول ايه لكن لازم تسمع ال story بالترتيب الصحيح بتاعها علشان تعرف ال story بتحكي عن ايه وطبعا اي event في ال story او اي احداث بتحصل في ال story زي ما قلنا ممكن يكون لها صور الصور دي برضو لو مش مترتبه بشكل صحيح وبشكل سليم انت هتتلغبط او you will get confused you will get confused يعني انت هتتلغبط مش هتقدر تفهم ال story او القصة بتقول ايه دلوقتي فهنا اصحابي بيوضح لنا اهمية ترتيب ال events او الاحداث في ايه story واهمية كمان ترتيب ال pictures او الصور الموجودة في ايه story فعنوان page 82 او صفحة 82 سارة بيكس سارة بيكس اكيك سارة بيكس يعني سارة بتخبز اكيك كيك طبعا زي ما احنا عارفين وبيقول لنا هنا يا اصحابي read the story read the story يعني اقرأ القصة cut out cut out يعني قص زب كيتشورز زب كيتشورز الصور طب الصور دي موجودة فين يا اصحابي الصور بتاعت ال story دي موجودة في ال page اللي بعد منها اللي هي في page 83 او 83 تعالوا نشوفها مع بعض موجودة هنا عندنا في page 83 او صفحة 83 five pictures او خمس صور موجودة فيهم صورة بتعمل حاجات مختلفة يعني صورة في الصورة دي قادة مع friends بطاعة او اصدقائها وهي بتاكل الكيك وبتحتفل هنا في الصورة دي او في الصورة دي صورة بتحط بعض الحاجات في pan او في اناء الطهي المفروض بيبقى موجود في الكيتشن او في المطبخ في الصورة دي اصحابي صارة معها بعض ال ingredients او المكونات الخاصة بحاجة معينة هي شايلهم ومشي بيهم في الصورة دي كمان هي واقفة قدام ال oven او الفرن وبتحط جواه ال pan او الاناء بتاع الطهي وفي حاجات هي بتعملها تقريبا بتطهوها او بتخبزها بتعمل لها عملية baking بيكينج يعني خبز والصورة الاخيرة اللي تحت دي موجود فيها صورة وهي بتعمل mixing او بتخلط بعض ال ingredients او المكونات وهي موجودة في الكيتشن او في المطبخ بتاعها فدي ال five pictures او الخامس صور المفروض ان احنا هنعمل لهم cut out او هنقصهم علشان نلزقهم بالترتيب الصحيح في البيج اللي قبل كده اللي هي page 82 او صفحة 82 تعالوا نرجع لبيج ايتي تو نشوف الستوري بتقول ايه خليكم معا فانا بيقول لنا مرة تانية read the story اقرأ القصة cut out the pictures قص الصور blue the pictures يعني الزق الصور بالسمغ blue يعني سمغ in the order in the order بالترتيب they happened in the story اللي حصلت بالصور دي في in the story في القصة مرة تانية read the story cut out the pictures blue the pictures in the order they happened in the story الزق الصور بالسمغ بالترتيب التي حدثت به في القصة وهنا بيقول لنا يا اصحابي في الستوري جميلة بتاعتنا sara is hungry sara is hungry يعني سارة جائعة يبقى دلوقتي سارة جعينة she decides she decides يعني هي قررت to bake a cake to bake a cake يعني ان هي تغبس كيك with her friends مع اصدقائها هي الحد دلوقتي ما عملتش اي حاجة يبقى she is hungry يعني هي جائعة وبعدين she decide to bake a cake with her friends هي قررت وده كله جوه منها وجوه عليها ان هي تعمل خبز ان هي تخبز كيك مع اصدقائها لحد دلوقتي ما فيش اي احداث حصلت first first اولا من هنا هنبتدي بقى نشوف الصور اصدقائها first اولا sara gets the ingredients sara gets the ingredients sara بتحضر او احضارة ingredients 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 او المكونات تعالوا نشوف في اي صورة sara كانت بتحضر المكونات او she gets the ingredients هل يترى الصورة دي والذي 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 شطرين كلكوا هي الصورة دي هي معها ingredients او المكونات بتاعة الكيك وهنا هي شي لها واحضرتها فعلا علشان هتبتدي تخبز الكيك يبقى هنعمل cut out او هنقص البكيتشر دي ونحطها في square number one او في المربع رقم واحد زي ما احنا شايفين قدامنا next next بعد الغالك او التالي بعد كده عملت ايه sara mixes the ingredients sara mcs keer the ingredients sara sara بتخلط the ingredients او المكونات يبقى هسلي نمраш Mall connection dla ingredients هل يترى الصورة دي والا الصورة دي والا الصورة دي ولا الصورة دي ولا الصورة دي ولا الصورة دي شطرين الا pcrycharchy او الصورة دي هي التي تعمل فيها mixing او mixing the ingredients او بتخلط المكونات amlaya cut out او هنقصها وهنحطها في square number 2 أو في المربع رقم 2 زي ما احنا شايفين قدامنا طب بعد كده عملت ايه سارة زي ما ثم بعد ذلك سارة puts سارة وضعت the ingredients in the pan pan اللي هو إناء الطهي اللي هو الوعاء بتاع الطهي يبقى سارة وضعت the ingredients بعد ما هي خلطتها في ال pan أو في وعاء الطهي أو في إناء الطهي تعالوا نشوف ايه سورة بتورينا صارة وهي بت puts أو بتضع the ingredients in the pan أو في وعاء الطهي هل يترى the picture d ولا the picture d ولا d ولا d ولا d ايه سورة فيهم يا أصحابي شطرين the picture d أو الصورة d هي بتعمل فيها putting أو بت puts بتضع the ingredients أو المكونات in the pan in the pan في وعاء الطهي يبقى هنعمل cut out أو هنقص the picture d أو الصورة d وهنحطها في square number 3 زي ما احنا شايفين قدامنا طب بعد كده حصل ايه يا أصحابي بعد كده سارة puts the pan in the oven سارة puts the pan in the oven سارة وضعت the pan نفسها أو وعاء الطهي نفسه in the oven in the oven في الفرن في الفرن تعالوا نشوف ايه سورة بتورينا سارة وهي بتعمل puts لل pan in the oven هل يترى الصورة دي ولا ولا البيكيتشر دي ولا البيكيتشر دي ولا البيكيتشر دي ولا دي شاطرين هي البيكيتشر دي أو الصورة دي وهي بتعمل puts أو بتضع pan in the oven الوقتة هي في ال oven أو في الفرن فهنا ملهكة أوت أو هنقصها وهنحطها في سكوير نومبر فور أو في المربع رقم أربعة زي ما احنا شايفين قدامنا واخر حاجة يا أصحابي the cake smells delicious the cake smells delicious يعني رائحة الكيك لذيذة as it peaks as it peaks يعني بينما هو بيتخبز sara hears the timer ding sara hears the timer ding يعني سارة سمعت التايمر اللي هو المؤقت بتاع الفرن اللي بيعمل الجرس لما الحاجة في الفرن بتنتهي سمعته هو بيرن فهنا سارة استخدمت بعض الحواس بتاعتها أول حاجة هي عملت smelling أو شمت رائحة delicious cake أو الكيك اللذيذ بعدين سارة سمعت أو hears the timer ding سمعت صوت التايمر بتاع الفرن أو الأوفن وهو بيرن خلاص الكيك اتعمل يبقى هنا الكاراكتر اللي في القصة بتاعتنا اللي هي سارة استخدمت بعض الحواس بتاعتها أو بعض السنسس بتاعتها وهي في الستوري خلوا بالكم من الجزء ده عشان مهم عشان هنتعلموا بعد كده في الشابتر ده برضو آخر حاجة أصحابي the cake is done the cake is done يعني الكيك خلاص اتعمل سارة eats the cake with her friends yum يم يعني لذيذ فهنا الصورة الأخيرة سارة فيها بتعمل ايه؟ سارة eats the cake بتأكل الكيك with her friends with مع her friends أصحابها يم طبعا يم أو يمي بنقولها على أي حاجة لذيذة يعني بتوضح أن الأكل ده أو الطعام ده لذيذ وطعامه لذيذ تعالوا نشوف أي صورة سارة بتأكل فيها أو بت eats the cake with her friends هل يترى الصورة دي ولا الصورة دي ولا الصورة دي ولا الصورة دي ولا البيكيتشر دي ولا دي؟ شاطرين هي البيكيتشر دي أو الصورة دي فنعمل لها cut out أو هنقصها وهنحطها في ال square number 5 أو المربع رقم 5 زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا عرفنا نحط أو نعمل puts للبيكيتشر أو الصور in order بالترتيب that they happened in the story اللي حصلت بيه فعلا في ال story أو في القصة وبكده احنا كمان رجعنا مع بعض على المكونات أو العناصر اللي بتبقى موجودة في أي story المفروض ان احنا بنقراها أو بنكتبها أو حتى بنسمعها وكمان عرفنا ان احنا كمان ممكن نستخدم census بتاعتنا أو الحواس بتاعتنا أثناء كتابة القصة الشخصيات أو ال characters بتاعت القصة ممكن تكتبها أو ممكن تستخدمها في ال events أو في الأحداث أو احنا كمان ممكن نستخدم ال imagination أو الخيال بتاعنا واحنا بنتخيل أحداث القصة دي عن طريق نحن نتخيل ال characters أو شخصيات دي بتاكل ايه أو بتشرب ايه أو بتسمع ايه أو بتلمس ايه أو بتشوف ايه ال five census اللي احنا عارفينهم وكده نكون انهينا ال page دي ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 85 أو صفحة 85 لأن page 84 زي ما احنا عارفين هي صفحة فضية وعنوان page 85 a mixed up story mixed up يعني مخلوط يعني متل غبط story يعني قصة قصة ال events أو الأحداث بتاعتها مخلوطة بعضها أو متل غبطة فانا دعو انوان ال page دي وبيقول لنا هنا يا أصحابي read the story read the story يعني اقرأ القصة put the sentences in the correct order يعني ضع الجمل في الترتيب الصحيح فهنا يا أصحابي مدينا five sentences أو خمس جمل ال five sentences دول مش مترتبين mixed up متل غبطين وكل واحد فيهم موجود في مكان خطأ مش مكان صحيح المفروض ان احنا هنقراهم وبعد كده هنحطهم بالترتيب الصحيح أو in the correct order في الترتيب الصحيح بتاعه فأول sentence أو أول جملة بتقول وائل throw a bowl for his dog وائل throw يعني وائل رمى a bowl كرة for his dog للكلب التاعه طب السنتنس التانية بتقول the dog picked up the orange the dog يعني الكلب picked up التقط the orange the orange البرتقالة طب في sentence number three أو رقم 3 بيقول لنا the dog 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 the orange the dog the dog the dog the dog and chased the bowl ثم جرى وراء الكرة في sentence number four أو رقم 4 بيقول لنا هنا وائل boot an orange at the store وائل boot يعني وائل اشترى an orange برتقالة at the store في المدجر وفي sentence الأخيرة بيقول لنا وائل dropped يعني وائل أسقط أو وقع منه يعني أو سقط منه the orange the orange البرتقالة in the street in the street في الشارع فهل يا ترى ايه هي الجملة الأولى أو الـ event الأولاني اللي حصل في الستوري دي يا أصحابي حد يقدر يقول لي وائل boot an orange at the store شطرين وائل boot an orange at the store يعني وائل اشترى برتقالة من المدجر دي أول حاجة وائل عملها في الستوري جميلة بتاعتنا ديت فهنكتب جنبها هنا number one زي ما احنا شايفين قدامنا طب يا ترى حصل ايه بعد كده يا أصحابي وائل dropped the orange in the street شطرين وائل dropped the orange in the street يعني وائل سقط منه البرتقالة في الشارع بعد ما اشتراها خلاص وهو مروح البرتقالة دي وائلت منه in the street او في الشارع طب بعد كده حصل ايه يا أصحابي مفروض حصل ايه شطرين وائل throw a ball for his dog شطرين وائل throw a ball for his dog يعني وائل رمى كرة للكلب بتاعه يعني وائل عشان خاطر يحل المشكلة دي جاب كرة ورماها للكلب بتاعه علشان يقوله اللي انت التقطتها دي او اللي انت عملت لها picked up دي دي مش مش ball دي orange فرمى له الكرة او throw a ball for his dog علشان خاطر يخليه يستيب ال orange طب يا ترى حصل ايه بعد كده يا أصحابي شطرين the dog dropped the orange يعني الكلب سقط منه البرتقالة and chased the ball وجرى وراء الكرة او جري وراء الكرة عشان يلحقها فاين وائل كان زكي وكان شاطر وهنكتب طبعا جنب sentence دي number 5 لان دي اخر حاجة حصلت في ال story جميلة بتاعتنا دي وبكده نكون عملنا ترتيب او حطينا sentences دي in the correct order او بالترتيب الصحيح بتاعهم ونتنيل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 86 او صفحة 86 وزي ما احنا عارفين يا أصحابي اي page فيها علامة ال eye او علامة العين دي بيقولنا هنا يا أصحابي ان احنا بنستخدم our eyes او عينينا علشان بنتعلم من من ال pictures او من الصور اللي موجودة في ال page دي عن طريق ان احنا بنعمل حاجة اسمها observation observation يعني ملاحظة بنلاحظ الفرق بين الصور او بنلاحظ details اللي موجودة او التفاصيل اللي موجودة في الصور علشان نتعلم مطلوب مننا ايه في الدرس ده فهنا بيقول لنا يا أصحابي can pictures tell a story can pictures يعني هل تستطيع الصور tell a story ان هي تخبر قصة او تحكي حكاية يعني فطبعا اي نعم ايه نعم can tell a story ممكن تحكي حكاية تعالوا انا اعرف ازاي ممكن tell a story او تحكي حكاية بيقول لنا هنا يا أصحابي look at the pictures انظر على الصور what story do the pictures tell اي قصة بتحكي الصور دي وبتقول هل فهنا عندنا two pictures زي ما احنا شايفين قدامنا two different places او لمكانين مختلفين وفيهم كمان characters مختلفة او شخصيات مختلفة يبقى setting هنا مختلف او المكان هنا مختلف وال characters كمان مختلفة وكمان او الاحداث اللي بتحصل في كل سورة مختلفة عن ال event اللي بتحصل في الصورة التانية فأول صورة يا أصحابي هنا الصورة الجميلة دي ده مكان مثلا cold place ولا hot place حد يقدر يقول لي cold place ده مكان بارد زي ما احنا شايفين قدامنا هل يا ترى ده winter ولا summer winter winter ده فصل الشتاء زي ما احنا شايفين قدامنا هل يا ترى ده مكان ساخن فعلا المكان هنا مفيهوش اي تلج ومفيهوش اي حاجة والشمس طلع طب هل يا ترى ده winter ولا summer يا أصحابي summer summer ده فصل الصيف زي ما احنا شايفين قدامنا حتى هم تقيبا موجودين عند شاطئ البحر طب هل يا ترى يا أصحابي الارض هنا فيها snow ولا فيها sand يا sand فيها رمال ده درامل بتاع شاطئ البحر زي ما احنا شايفين قدامنا فكل صورة زي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي فيها details مختلفة فيها characters مختلفة وفيها events كمان مختلفة حتى setting الخاص بكل صورة مختلف عن setting او place الخاص بالصورة التانية وبكده احنا عرفنا نتعلم ان بيكيتشرز او الصور can tell a story او تقدر تحكي حكاية عن طريق بيكيتشر او عن طريق صورة وبكده نكون انهينا درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل like والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى جروب بتاعنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج اكتشف برايماري ون الصف الاول الابتدائي ترم تو او الترم التاني ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر ون او الفصل الاول ستوري تالينج ستوري تالينج او اخبار القصص ستوري تالينج اخبار القصص ان احنا نحكي قصة او نحكي حكاية وذا طبعا في المحور الرابع كوميونيكيشن كوميونيكيشن يعني التواصل او الاتصال وزي ما احنا نتعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 86 او صفحة 86 وكنا عرفنا في شرح الدرس اللي فات ان اي ستوري او اي قصة بيبقى ليها اجزاء طبعا الاجزاء دي اللي بتتمثل في الشخصيات اللي بتكون موجودة في القصة وبيكون فيه برضو setting او places او الاماكن اللي بتدور فيها احداث القصة وبيبقى فيها او الاحداث نفسها الخاصة بالقصة واي ستوري في الدنيا يا اصحابي بيبقى ليها beginning يعني بداية البداية اللي بتبدأ بيها القصة وليها middle middle او المنتصف وطبعا المدل بتاع القصة او منتصف القصة الـ events بتكون interesting او الاحداث بتكون شيقة علشان انت تفضل مكمل وتفضل متابع القصة علشان توصل للنهاية اللي هي الـ end يبقى اي ستوري بيبقى ليها beginning بيبقى ليها middle وبيبقى ليها كمان end النهاردة هنتكلم في page 87 او صفحة 87 على my favorite place وعرفنا قبل كده يا اصحابي ان favorite favorite يعني مفضل my favorite place يعني مكاني المفضل المكان المفضل بالنسبالي وهنا بيقول لنا draw a picture draw a picture يعني ارسم صورة of your favorite place of your favorite place لمكانك المفضل وطبعا يا اصحابي هنا مفيش اجابة نموذجية كل واحد فينا ليه favorite place بتاعه او المكان المفضل بالنسباله وطبعا favorite place ده او المكان المفضل ده ممكن يكون inside او مكان مقفول زي البيت بتاعنا او زي ال classroom ممكن يكون outside او في مكان مفتوح في الهواء الطلق زي مثلا ال park او المتنزه زي مثلا garden او الحديقة زي مثلا ال club او النادي كل ده اماكن مفتوحة او outside فكل واحد فينا عنده المكان المفضل او favorite place الخاص به فانا عايزكم انتو بترسموا favorite place او المكان المفضل بتاعكو تتخيلوا المكان ده شكله عامل ازاي تتخيلوا الالوان اللي انتو شايفينها في المكان ده ايه هي علشان لما ترسموا تعرفوا وتلونوا الالوان الصحيحة تتخيلوا الاشخاص اللي موجودين او ال people اللي موجودين في المكان ده هل يترى هم مين ولبسين ايه تتخيلوا كمان الاصوات اللي انتو سمعينها في المكان ده هل يترى ايه هي الاصوات ده هل يترى فيه animals ولا ما فيش animals فيه حيوانات في المكان ده ولا بقى فقبل ما ترسموا المكان او favorite place بتاعكو او المكان المفضل بتاعكو عايزكو تفكروا نص دقيقة بس وتتخيلوا المكان ده شكله ايه ايه ال colors او الالوان الموجودة فيه وايه ال ال people او الناس اللي موجودة فيه وهل يترى فيه animals ولا لا وكمان المكان ده لو انتو بتاكلوا فيه فود معين او طعام معين الفود ده طعمه ايه وشكله ايه ولونه ايه فكل ده عايزكو تفكروا فيه وبعدين ترسموا ال favorite place بتاعكو في السكوير او في البوكس او في المربع ده اللي موجود في بيج 87 وكان يكون انهينا البيج دي ونثنين البيج اللي بعده كده خليكم معي ونوصل لبيج 88 او صفحة 88 وعنوانها my main character my main character يعني شخصيتي الرئيسية طبعا احنا عرفنا في الدرس اللي فات يعني ايه main character المين اللي هو الرئيسي او الاساسي main character يعني شخصية اساسية او شخصية رئيسية يعني انا لو بكتب story معينة اكيد هيكون فيها شخصيات اساسية زي البطل مثلا بتاع ال story دي او البطل بتاعت ال story دي هي دي الشخصية الاساسية اللي بتدور حواليها الاحداث فانا هنا بيسألك مين هو المين character او الشخصية الاساسية في ال story اللي انت ممكن تألفها فانا بيقولك draw a picture of your main character يعني ارسم صورة of your main character لشخصيتك الرئيسية add يعني اضف important details important يعني هام و details يعني تفاصيل add important details يعني اضف تفاصيل هامة يبقى مرة تانية draw a picture of your main character add important details يعني اضف تفاصيل مهمة طبعا يا اصحابي story اللي انت ممكن تألفوها او الحكاية اللي انت ممكن تألفوها هيكون ليها main character main character ده ممكن يكون ولد او ممكن يكون بنت ممكن يكون راجل او ممكن يكون sit حد كبير يعني فعيسكوا تتخيلوا برضو main character ده شكله ايه وتتخيلوا هو لابس ايه هدوم وشكلها عامل ازاي لان ده important details او تفاصيل مهمة وزي ما انتو عارفين ان الهدوم او closest اللي لابسها character او الشخصية بتعبر عن هو شغال ايه او بيعمل ايه دلوقتي تفاصيل مهمة او important details هل يطار الشخصية ده بتعمل ايه دلوقتي او character ده بتعمل ايه دلوقتي اللي انت بترسمها بتعمل حاجة معينة ولا ما بتعملش حاجة دي برضو important details او تفاصيل مهمة المكان او setting او place اللي هي موجودة فيه شكله عامل ازاي هل يطار هو inside مكان مقفول ولا outside مكان مفتوح في الهواء الطلق كل دي important details او تفاصيل مهمة عايزكو ترسموها وانتو بترسمو المين character او شخصية الرئيسية في الستوري اللي ممكن انتو تألفوها وبكده نكون انهينا البيج دي ونتميل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل الى page 89 او صفحة 89 وعلوانها my story beginning my story beginning يعني البداية الخاصة بالقصة بتاعتي my story يعني قصتي beginning يعني بداية بداية القصة بتاعتي فهنا بيقول لنا اصحابي draw your story draw your story يعني ارسم قصتك draw the beginning of the story in the circle ارسم البداية بتاعك القصة of the story in the circle يعني في الدائرة في هنا طبعا circle كبيرة في ال page 89 المفروض هنرسم فيها ال beginning draw the middle يعني ارسم المنتصف of the story الخاص بالقصة in the two rectangles يعني هترسم المدل بتاع ال story في the two rectangles او في المستطيلين الموجودين طبعا في page 90 او صفحة 90 اللي هي الصفحة اللي بعد كده واخر حاجة بيقول لك draw the end of the story ارسم نهاية ال story او القصة in the square وفي page 91 او صفحة 91 في square كبير المفروض انت هترسم فيه ال end او النهاية الخاصة بال story بتاعتك لو انتو تفتكروا يا اصحابي المرة اللي فاتت احنا كنا افترضنا ان احنا ال story بتاعتنا اللي احنا علفناها كان اسمها يعني رحلة ال اسكندرية او رحلة القصيرة اللي احنا رحنا فيها اسكندرية وكنا قلنا في ال story بتاعتنا الجميلة اللي احنا علفناها ان في ال beginning بتاعتها ان احنا كنا بنفكر ان احنا هنروح ال اسكندرية او ان احنا هنروح ال اسكندرية و كنا بنحضر الشنط بتاعتنا في البيت مع بابا و ماما و كنا رحين علشان نركب الباص و انروح ال الكزندرية و نعمل تريب بكده صغيرة او رحلة صغيرة عشان نستمتع بوقتنا فالمفروض احنا نرسم هنا في ال circle الكبيرة دي ال beginning بتاعت the story مثلا و احنا قاعدين مع بابا و ماما في الباص ومبسوطين ان احنا رايحين الرحلة الجميلة بتاعتنا او أليكزاندريا تريب زي ما احنا سميناها المرة اللي فاتت طب في التوريكتانجلز او في المستطيلين اللي موجودين في بيج ناينتي البيج اللي بعد كده ممكن نرسم ايه اصحابي بيج ناينتي او صفحة تسعين فيها ماي ستوري ميدل او المنتصف بتاع القصة بتاعتي احنا كنا في الميدل بتاع الستوري بتاعتنا عملنا ايه اصحابي احنا كنا رحنا أليكزاندريا بالفعل او وصلنا الاسكندريا بالفعل وروحنا عند البحر او we went to the sea رحنا عند البحر علشان نستمتع بوقتنا فاحنا نرسم في اول ريكتانجل هنا او في اول مستطيل هنا واحنا موجودين عند البحر وبنستمتع بوقتنا عند البحر وقاعدين على الشاطئ ومبسوطين احنا وبابا وماما طب في الريكتانجل التاني احنا كنا عملنا ايه كانان لو تفتكروا شطريا كنا we had a great meal او كنا استمتعنا بوقبة جميلة ولزيزة وكنا قاعدنا ناكل وكنا تخيلنا كمان ان ممكن ال great meal دي او الوقبة الجميلة دي كانت عبارة مثلا عن انواع كتيرا من السمك فممكن نرسم هنا في الريكتانجل التاني ده ان احنا عادين مع بابا وماما وانحنا بنستمتع بالوقبة الجميلة اللي احنا اكلناها وانحنا في الترب بتاعتنا او في الرحلة الجميلة بتاعتنا طب ده في المدل يبقى رسمنا في الريكتانجل الاولاني وانحنا موجودين عند البحر وبنستمتع وقتنا وفي الريكتانجل التاني رسمنا نفسينا واحنا بنستمتع بالوقبة الجميلة بتاعتنا طب في ال square او في المربع الموجود في page 91 او صفحة 91 طبعا page 91 فيها my story end او نهاية القصة بتاعتي فيه هنا square زي ما احنا شايفين قدامنا المفروض هنرسم فيه story end او النهاية بتاعت القصة بتاعتنا فطبعا احنا كنا قلنا ان احنا في النهاية راجعنا البيت بتاعتنا وكنا مبسوطين خالص بالتريب بتاعتنا او بالرحلة القصيرة بتاعتنا اللي روحنا فيها واستمتعنا بوقتنا وكنا موجودين مع بابا وماما في البيت ورجعنا البيت بسلامة فالمفروض ان احنا هنرسم هنا نفسينا واحنا مع بابا وماما رجعنا البيت من الاسكندرية او from aleksandria وكنا مبسوطين وسعدة ان احنا استمتعنا بوقتنا او we had a great time ان احنا كنا قضينا وقت جميل في الرحلة الجميلة بتاعتنا وكنا نكون رسمنا الستوري بتاعتنا البيجينج والميدل والإند كمان وزي ما قلتلكم المرة اللي فاتت هنا مفيش اجابة نموذجية ممكن حد تاني يكون كتب ستوري تانية او تخيل ستوري تانية او قصة تانية فهو هيشوف البيجينج بتاعت الستوري بتاعته شكلها عامل ازاي وهيرسمها في السيركل وبعدين هيشوف الميدل او المنتصف بتاعت الستوري بتاعته كان حصل فيها ايه وهيرسمها في التوري كتانجلز وفي الاند بتاعت الستوري بتاعته حصل ايه وهيرسم الاند بتاعت الستوري بتاعته في السكوير هنا او في المربع ده وبكي نكون أنهينا البيج دي وأنهينا معها شرح درس النهاردة في الختام أتمنى أنتوا تكونوا استفدتم من الدرس لو أعجبك الدرس أعمل لايك والأهم أنك تشارك المعلومة مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان وأنا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو وبالنسبة لقوائم التشغيل الخاصة بالقناة موجودة ومتنظمة الخاصة بالترم الأول أنا سايب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو برضو لو حابين ترجعوا بالترم الأول تاني أو حابين تشوفوا الدروس بتاعته هتلاقوا اللينك بتاعت القوائم بتاعت التشغيل موجودة في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياب من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا أصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج discover اكتشف primary one أو الصف الأول الاتدائي term two أو الترم التاني ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter one أو الفصل الأول storytelling storytelling اخبار القصص وطبعا ده في المحور الرابع communication communication يعني التواصل أو الاتصال وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وألم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت يا أصحابي شرح page ninety one أو صفحة واحد وتسعين و page ninety two هي صفحة فاضية فنبتدي النهاردة نشرح page ninety three أو صفحة تلاتة وتسعين وعنوانها thinking about my trip census thinking about يعني التفكير في my trip census الحواس اللي انا استخدمتها في الترب بتاعتي او في الرحلة القصيرة بتاعتي واحنا كنا افترضنا المرة اللي فاتت ان احنا كتبنا ستوري صغيرة رحنا فيها الاسكندرية وسميناها الاسكندرية او رحلتي الى الاسكندرية كنا رحنا فيها مع بابا وماما وروحنا عند البحر وكمان اكلنا وقبة صغيرة وفي الاخر رجعنا بيتنا واحنا مبسطين وكانت الاسطوري الجميلة بتاعتنا دي البجينيج بتاعتها واحنا رحين والميدل بتاعتها واحنا عند البحر واحنا بنأكل الوكبة الجميلة بتاعتنا وكمان الاند بتاعتها او النهاية بتاعتها لما رجعنا البيت بتاعنا وكنا مبسطين وكمان قلنا we had great time او ان احنا قضينا وقت جميل واستمتعنا بوقتنا خالص النهاردة بيقول لنا thinking يعني التفكير thinking about التفكير في my trip يعني رحلاتي القصيرة census طبعا الحواز بتاعتنا اللي هي 5 census زي ما احنا عارفينها فهنا بيقول لنا احنا استخدمنا census بتاعتنا في الترب الصغيرة اللي احنا عملناها هيسألنا دلوقتي يا اصحابي ويقول لنا ازاي احنا استخدمنا census بتاعتنا او الحواز بتاعتنا في الترب او في الرحلة اللي احنا عملناها فبيقول لنا هنا complete complete يعني اكمل each sentence each sentence يعني كل جملة to describe to describe لتصف علشان توصف your trap your trap الرحلة بتاعتك بيقول لك هنا you will not use you will not use يعني انت لن تستخدم all of the census all of the census كل الحواس in your final story in your final story في القصة النهائية بتاعتك فطبعا انت مش لازم تكون استخدمت كل السنسس بتاعتك او كل الحواس بتاعتك في الاستوري او في القصة اللي انت كتبتها فانا بيقول لنا مرة تانية ان احنا نعمل complete او ان احنا نكمل كل جملة او each sentence to describe علشان نوصف the trip او your trip الرحلة الصغيرة بتاعتك فاول حاسة زي ما احنا عارفين هي حاسة السايت السايت او الابصار طبعا حاسة السايت او الابصار ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي بنعمل بيه حاسة السايت او الابصار طبعا هو الاي الاي او العين بنستخدم او الاي او عيننا علشان نشوف الحاجات فانا حاسة السايت او الابصار بيسألنا عنها وبيقول لنا what did you see on your trip what did you see on your trip يعني ماذا رأيت what ما او ماذا did you see انت شفت ايه on your trip في الرحلة بتاعتك احنا المفروض شفنا ايه يا اصحابي مثلا في الترب بتاعتنا احنا رشفنا البحر فانا بيقول i saw i saw يعني انا رأيت و saw طبعا هي الماضي بتاع see يعني انا رأيت فعلا i saw انا رأيت وهنكتب هنا مثلا ذا سي ذا سي البحر لان احنا في الترب اللي احنا اكلمنا عليها احنا رحنا الكزندريا فروحنا نشوف ايه ذا سي او البحر فانكتب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا ذا سي احنا بيقول لنا what did you hear يعني ما الذي سمعته on your trip في الرحلة بتاعتك انت سمعت ايه في الرحلة بتاعتك what ما او ماذا did you hear did you hear ان انت سمعت on your trip في الرحلة بتاعتك فالمفروض ما احنا سمعنا ايه احنا سمعنا مثلا صوت البحر والامواج فهو بيقول لنا هنا i heard i heard وطبعا هيرد هنا الماضي بتاع hear hear يسمع هيرد سمعت انا سمعت i heard ايه مثلا see sound the sea sound او صوت البحر مفروض نكتب هنا the sea sound او صوت البحر لو حد كاتب مثلا story تانية فيها trip تانية ممكن يقول الحاجة اللي هو اسمعها في ال story بتاعته فاحنا هنكتب هنا the sea sound او صوت البحر طب في السنس التالتة او الحصة التالتة واي حصة smell 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 او الشم طبعا ايه هو body part او جزء الجسد اللي احنا بنعمل بي smelling او ان احنا بنعمل بي حاسة الشم شطرين هي النوز النوز او الانف فهنا بيسألنا عن حاسة smell او الشم وبيقول لنا what did you smell on your trap what did you smell on your trap يعني انت شميت ايه في الرحلة بتاعتك فهنا احنا المفروض ان احنا رحنا عند البحر والبحر المية بتاعته ملحة فيها ملح فهنا بيقول لنا I smelled I smelled يعني انا شميت و smell طبعا هي الموضي بتاع smell smell يعني شم smell smell يعني شميت I smelled I smelled ايه مثلا ممكن نكتب هنا salty air salty air يعني هواء في ملح الهواء بتاع البحر ده بنسميه salty air او هواء في رحة الملح بتاع البحر فI smelled salty air او انا شميت رحة الهواء بتاع البحر طب في السنس اللي بعد كده وهي السنس بتاع التيست تيست طبعا اللي هي حاسة التزوق ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل به تيست او تزوق شطرين الماوس الماوس او الفم احنا بنتزوق الحاجات لما بندقها او بنتزوقها with our mouse with our mouse او بفمنا فهنا بيسألنا عن حاسة التيست وبيقول لنا what did you eat what did you eat ما الذي اكلته while on your trip بينما انت في رحلتك while طبعا يعني بينما يعني ساعة ما انت كنت في الرحلة بتاعتك what did you eat ايت طبعا يأكل وده في المدارة فهنا بيقول لنا I ate ايت يعني انا اكلت وايت طبعا هي الماضي بتاعت ايت ايت اكله I ate انا اكلت مثلا ايه ممكن نقول fried fish سمك مقلي او سمك مشوي فممكن نكتب هنا I ate fish انا اكلت سمك I ate fish انا اكلت سمك وفي الحاسة الاخيرة وهي حاسة التوتش التوتش اللي هي اللمس طبعا يا اصحابي وايه هو البادي بارت او الجزء بتاع الجسم اللي احنا ممكن نعمل به توتش او نلبس به الحاجات طبعا مفيش اسهل من احنا نلمس الحاجات With our hands With our hands بادينا فحاسة التوتش احنا دايما بنلمس الحاجات او بنمسكها With our hands او بادينا فحاسة التوتش بتكون عن طريق الايد مثلا فانا بيقولك وبيسألك عن حاسة التوتش او اللمس وبيقولك What did you touch ما الذي لمسته While بينما On your trip وانت في الرحلة بتاعتك What did you touch While on your trip ما الذي لمسته وانت في الرحلة بتاعتك ايه اللي انت ممكن تكون لمسته وانت في الرحلة بتاعتك فانا بيقول I touched I touched يعني انا لمست وتوتشد هنا يا اصحابي With ed دا الماضي بتاع touch او يلمس touch يلمس touch توتشد لمست لمس بالفعل يعني دا في الماضي I touched انا لمست ممكن مثلا نقول The sea water The sea water او مياه البحر I touched The sea water او مياه البحر I touched The sea water او مياه البحر زي ما احنا شايفين قدامنا وكذا نكون حلينا البيج دي ونتميل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 95 او صفحة 95 وان وانها story time story time يعني وقت القصة story يعني قصة و time time يعني وقت وهنا يا اصحابي لسه بيكلم معنا عن وان الحواسل الخامسة بتاعتنا وهي مهمة واخنا بنكتب story او 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 احنا بنألف story و زي كمان هي مهمة احنا بنسمع story او حدي بيحكي المعينة فهي مهمة جدا من نسبة لنا وهنا بنألف stories او او while we are writing story هي مهمة جدا 5 senses هي مهمة جدا لان احنا طبعا لازم الكاركترز اللي احنا هنستخدمهم في الستوري بتاعتنا هيستخدموا بعض الحواس بتاعتهم علشان خاطر الاحداث بتاعت الستوري بتبقى جميلة وشيقة ولو حد بيحكي لنا story او احنا بنقرأ story معينة اكيد برضو الستوري دي الشخصيات اللي فيها او الكاركترز اللي فيها استخدمت السنسس بتاعتها او الحواس بتاعتها وهي في الاحداث بتاعت او هي في الايفنس بتاعت الستوري دي فهنا اهمية الفايف سنسس او الحواس الخامسة مهمة جدا لان هي بتخلينا نتخيل الاحداث او الايفنس بتاعت الستوري بشكل اكبر وبالتالي نستمتع بالستوري بشكل اكتر وطبعا هنا لسه بنكمل زي ما قلنا الحديث او الكلام عن الفايف سنسس فبيقول لنا يعني اقرأ القطع المكتوبة بالأسفل يعني استخدم المفتاح علشان توضح أو تسلط الضوء علي يعني عشان خاطر توضح الكلمات فانا يا اصحابي هم او قطعتين مكتوبين ومدينا فيهم كلمات كتيرة الكلمات دي بتتكلم عن حاجة معينة احنا المفروض ان احنا هنعلم على الكلمات اللي بتتعبر او بتعمل describing او بتصف اي حاسة من الفايف سنسس اللي احنا عارفينهم اللي هم ال sight وال sound وال smell وال taste وال touch وهنا ندينا ريكتانجل كده موجود فيه زي ما احنا شايفين قدامنا فايف سنسس color key او مفتاح الالوان بتاع الفايف سنسس او الحواسل الخامسة فبيقول لنا هنستخدم البلو او الازرق علشان خاطر نحدد الكلمات اللي بتتكلم او بتعمل describing او بتصف اي حاجة لها علاقة بحاسة sight sight او الابصار وكتب لنا هنا بين قصين ال eye ال eye او العين لان ال eye هي body part او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بي اي اصحابي بنعمل بي sight او بنعمل بي الابصار وبيقول لنا هنا ال yellow ال yellow او الاصفار علشان نعمل بي highlighting علشان نعمل بي highlighting او نحدد بي الكلمات اللي بتعمل describing او بتعمل وصف وبيقول لنا ال red color او باللون الاصفر وبيقول لنا هنا كمان ال green ال green او الاخضر علشان نعمل بي highlighting او لحدد بي اي كلمات مكتوبة بتعمل describing او بتعمل وصف الحاسة smell smell او الشم طبعا ال body part اللي احنا بنعمل بي smell اللي هي nose او ال an في زي ما هو كتب لنا كده وبيقول لنا red color او اللون الاحمر علشان نعمل بي highlight او نعمل بي عملية تحديد للكلمات اللي بتعمل describing لحاسة التست التست او التزوق وطبعا احنا بنعمل تست او بنتزوق الحاجات بالماوس بالماوس او بالفن زي ما قلنا من شوية واخر حاجة بيقول لنا orange الورنج او البرتقالي علشان نعمل highlight للكلمات اللي بتعمل describing للكلمات اللي ليها علاقة بحاسة التوتش التوتش او اللمس وهنا بيقول لنا احنا ممكن نعمل touch للحاجات اللي موجودة حوالينا with fingers fingers اللي هي الاصابع fingers اللي هي الاصابع finger يعني اصبع كده عرفنا color key او مفتاح الالوان اللي احنا المفروض هنعمل بي highlighting او هنعمل بي عملية تحديد لأي كلمة من الكلمات الموجودة في القطع او في الموجودة في البيج هنا لها علاقة بأي سنس من المختلفة تعالوا نقرأ الموجودة الموجودة في البيج هنا ونحدد كل كلمة لها علاقة بأي سنس من السنس دي باللون الصحيح بتاعها او in the correct color فبقل لنا هنا اصحابي a girl a girl يعني بنت was on her way كانت was يعني كانت on her way on her way في طريقها to school to school الى المدرسة البنت دي كانت في طريقها للمدرسة a girl was on her way to school بنت كانت في طريقها للمدرسة when she saw when she saw يعني عندما هي رأت so دي بتعبر عن حس اي اصحابي شاطرين حس السايت او الابصار وهو قال لنا اي اصحابي قال لنا السايت او الابصار نعبر عنها which color او باي لون شاطرين البلو فانا اعمل تحت saw هنا underline او خط كده باللون البلو او الازرق زي ما احنا شايفين قدامنا يبقى يبقى عندما هي رأت شايني بلاك روك شايني يعني لامع اي حاجة بتلمع بنقول عليها شايني بلاك روك بلاك روك يعني حجر اسود شايني بلاك روك يعني حجر اسود بيلمع هي انحانت هي انحانت دي اصحابي بتعبر عن حاسة ايه شطرين حاسة التوتش لان هي هتمسكه هتلتقطه يعني تلتقطه هي هتلتقطه يعني هتمسكه بادها يعني هتعمل عملية ايه عملية توتش وهو اللون الخاص بيها او which color شطرين الورنج يبقى نعمل pick it up هنا تحتها underline او خط باللون الورنج زي ما احنا شايفين قدامنا فهي هي انحانت علشان تلتقطه ففي السطر الاخير بيقول لنا زاروك الحبر was hard was hard كان خشن كان فيه اجزاء فيه خشنة and smooth and smooth وكان فيه اجزاء تانية نعمة hard and smooth دي بتعبر عن ايه اصحابي شطرين بتعبر برضو عن touch الملمس بتاعه كان فيه اجزاء hard او خشنة واجزاء تانية smooth او نعمة فهذا بيعبر عن touch او الملمس بتاعه وهو قالنا touch او المس بنعبر عنها with which color او باي لون شطرين بالورنج فهنا اعمل underline او خط كده موجود تحت كلمة hard and smooth with orange color باللون البرتقالي علشان خاطر نعلم ان الكلمات دي بتعمل describing او بتعمل وصف lessons من five census او من الحواس الخمسة طب تعالوا نروح لل paragraph التاني او القطعة التانية المكتوبة في الpage دي وبيقول لنا فيها ابوي ابوي يعني ولد went fishing went يعني ذهب fishing ليصطاد يبقى ابوي went fishing يعني ولد راح لشان يصطاد he smelled he smelled يعني هو شم smelled هنا اصحابي بتعبر عن which sense او عن اي حاسة من الحواس الخمسة شاطرين عن حاسة smell طب هو قال لنا smelling او smell الحاسة بتاعت الشم بنعبر عنها with which color او بأي لون شاطرين هو قال لنا بالجرين او باللون الاخضر فهنحط underline او خط تحت كلمة he smelled with green color او باللون الاخضر زي ما احنا شايفين قدامنا علشان نعمل عليها highlight او نحددها ان هي بتعمل describing لسنس من five senses he smelled the salty air هو شم رحة الهواء المالح الهواء بتاع المية المالحة زي ما احنا قلنا قبل كده هو he smelled the salty air او هو شم رائحة الهواء بتاع البحر الهواء المالح the boy almost coat almost يعني غالبا او تقريبا almost يعني غالبا او تقريبا coat coat امسك بي افش يبقى هو غالبا او تقريبا coat افش يعني مسك سمك he heard he heard يعني هو سمع he heard او سمع دي لها علاقة باي sense او which sense اي حاس من الحواس الخمسة شطرين لها لها دعوة بحاس sound 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 او السمع طب he heard يعني هو سمع فحاس السمع احنا بنعبر عنها او switch color او باي لون شطرين باليالو او بالاصفر فنعمل تحت منها underline لشان نعمل لها highlight او نحدد ها ان لها دعوة او ان هي بتعمل describing lessons من 5 senses او لحاس من الحواس الخمسة في المية وعملنا عملية تحديد ل words او الكلمات اللي بتعمل describing describing او وصف لكل sense من 5 senses المختلفة اللي احنا عرفينهم اللي هما sight والsound وال smell والtaste والtouch كمان واستخدمنا color key او المفتاح بتاع الالوان اللي هو ادهولنا وقلنا عليه علشان نعمل عملية highlighting دي او نعمل عملية التحديد دي للكلمات دي واستخدمنا correct color او اللون الصحيح الخاص بكل sense من المختلفة وكده نكون انهينا الpage دي ونتميل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل الpage 97 او صفحة 97 وانوانها describing يعني وصف my trip رحلتي القصيرة يبقى my trip يعني الوصف الخاص بالرحلة القصيرة بتاعتي فانا بيقول لنا اصحابي describe the setting يعني اوصف place او المكان اللي انت كنت فيه characters characters الشخصيات اللي كانت موجودة في trip بتاعتك او في الرحلة بتاعتك and events and events والأحداث كمان الأحداث اللي حصلت بتاعتك يبقى انت هتعمل describing لثلاث حاجات او هتعمل describe لثلاث حاجات setting او الاماكن والcharacters او الشخصيات and events والأحداث والأحداث الدرس فإحنا القصة الصغيرة بتاعتنا قلنا ان احنا رحنا أليكسندرية أليكسندرية أو الأسكندرية ممكن حد تاني يكتب another place أو مكان تاني فهو يكتبه في الإجابة هنا فهنا كتب لنا setting setting أو المكان طبعا وبيقول I went to I went to يعني أنا ذهبت أنا ذهبت وwent طبعا يا أصحابي هي الماضي بتاع go go يعني يذهب went الماضي بتاعها يعني ذهب ذهب خلاص راح فعلا I went to أنا ذهبت إلى ونتبه هنا Alexandria Alexandria أو الأسكندرية on my trip هو كتب لنا هنا on my trip في الرحلة بتاعتي يبقى I went to Alexandria on my trip أنا روحت إلى الأسكندرية في الرحلة بتاعتي وهنا كملنا الجزء بتاع setting زي ما احنا شايفين قدامنا طب تاني سؤال بيقول لنا هو هو يعني من وهو طبعا هي الكلمة اللي بنسأل بيها عن الأشخاص لما أنا عايز أسألك عن شخص معين بقول لك هو يعني من مين يعني يعني من الذي ذهب في الرحلة معك مين اللي روح معك في الرحلة بتاعتك وزي ما قلنا هو يعني من ودي السؤال عن الأشخاص عن الناس who went on the trip with you فهنا طبعا بيوضح لنا أن السؤال خاص بال characters أو الشخصيات اللي موجودة أو الشخصيات اللي راحت معك في trip بتاعتك فهنا بيقول I went on my trip with I went أنا زهب on my trip في الرحلة بتاعتي with فهنا اكتب هنا مثلا mom and dad mom and dad يعني ماما وبابا my mother and my father أمي وأبي ممكن حد فيكو يكون راح مع حد تاني مثلا with his mom and dad and brother or sister كل واحد هيكتب characters أو شخصيات اللي راحت معاه في الترب بتاعته في السطر دا فإحنا نكتب هنا I went on my trip with mom and dad أو أمي وأبي طب في سؤال قلت أصحابي بيقول لنا what what يعني ما أو ماذا what did you do ما الذي فعلته on your trip في الرحلة بتاعتك أنت عملت ايه في الرحلة بتاعتك what did you do on your trip ما الذي فعلته في الرحلة بتاعتك وهنا واضح جدا يا أصحابي أنه بيسألنا عن الأحداث اللي حصلت في الرحلة بتاعتنا فمثلا في الترب بتاعتنا to أليكزندريا أو الأسكندريا إحنا عملنا إيه إحنا رحنا عند البحر أو we went to the sea وإحنا كمان أكلنا جميلة جدا فهو هنا سيب لنا two rectangles أو مستطيلين وكاتب فيهم events events يعني أحداث المفروض أنه نحن نحكي مثلا الأحداث اللي حصلت في الترب بتاعتنا فهنا كتب لك I يعني أنا فممكن تقول هنا I went to the sea I went to the sea يعني أنا رحت للبحر أنا رحت عند البحر I went ده أول event من events اللي حصلت في الترب بتاعتي I went to the sea يعني أنا ذهبت عند البحر في event الثانية زي ما قلنا ممكن أقول هو كتب لنا هنا I ممكن أقول I ate a great meal I ate a great meal يعني أنا أكلت وقبة جميلة جدا ممكن أقول كمان I ate fish أنا أكلت سمك ممكن حد أو trip بتاعته فيها events تانية وأحداث تانية فيكتبها برضو في rectangles هنا أو في المستطيلات دي ويكمل بها السؤال ده وبكن يكون أنهينا شرح درس النهاردة لو أعجبك الدرس أعمل like والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معا كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان وأنا سأعب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف أسفل الفيديو وقوائم التشغيل الخاصة بكل دروس القناة موجودة بشكل منظم ومفصل في الوصف أو في الوصف أسفل الفيديو وكمان القوائم بتاعت الترم الأول الخاصة بشرح دروس الترم الأول لو حابين ترجعوا لها في أي وقت هتلاقوها في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهة discover اكتشف primary 1 أو الصف الأول الابتدائي term 2 أو الترم التاني ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 أو الفصل الأول storytelling storytelling أو إخبار القصص زي نحكي حكاية وده طبعا في المحور الرابع communication communication أو التواصل الاتصال وزي ما نحن متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معنا الكتاب يكون معنا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 97 أو صفحة 97 ونهارده هنبتدي نشرح من بيج 99 علشان بيج 98 هي صفحة فضية وطبعا النهارده نشرح آخر جزء في شابتر 1 storytelling وأنوان بيج 99 أو صفحة 99 putting it all together putting يعني وضع إن نحن بنضع حاجة مع حاجة تانية بنضع حاجة جوه حاجة ده اسمه putting وطبعا هي جاية من الفرب بتاع put put يعني وضع putting إن نحن من نحن وضع حاجة معينة putting it all together يعني بنضع كل الحاجات together together مع بعضها بنضع كل المكونات كل الأجزاء كل العناصر مع بعضها أو together فمرة تانية putting it all together يعني بنضع كل الأجزاء مع بعضها أو together وهنا طبعا يا أصحابي بيكلمنا عن parts أو الأجزاء الخاصة بالstory أو بالقصة وإحنا عرفنا في الدروس اللي فاتت أن أي story في الدنيا لها أجزاء أو parts طبعا العنصر الأولاني هو characters أو الشخصيات ثاني حاجة setting أو المكان أو place اللي بتحصل فيه الحكاية اللي احنا بنحكيها أو اللي احنا بنسمعها ثالث حاجة events أو الأحداث والإيذنس طبعا هي أحداث القصة وطبعا الكاراكترز فيهم ال main character أو الشخصية الرئيسية البطل أو البطلة أو الأبطال بتوع الstory بتاعتنا وطبعا عرفنا كمان أن أي story في الدنيا لها beginning beginning يعني بداية ولها middle middle يعني منتصف وعرفنا أن المدل أو المنتصف بتاع القصة اللي هو بيبقى فوزة الأحداث لازم يبقى interesting أو شيق علشان الناس اللي بتسمع القصة أو بتتفرج عليها يفضلوا مكمليون علشان يوصلوا للend أو النهاية بتاعت الstory فدي الparts أو العناصر أو المكونات بتاعت أي story طبعا احنا عرفنا كمان أن أي story في الدنيا بيبقى في ال events بتاعتها أو في الأحداث بتاعتها وصف أو استخدام للcensus بتاعتنا احنا عندنا 5census وعرفنا 5census قبل كده ورجعنا عليهم في الدروس اللي فاتت 5census بتاعتنا دي بيبقى بيستخدمهم الكاراكترز أو الشخصيات في الstory اللي احنا بنسمعها أو اللي احنا بنقراها أو اللي احنا حتى بنحكيها الحد فطبعا السنسس أو الحواس بتبقى موجودة في الstory سواء كانت حاسة السمع أو البصر أو التزوق أو الشم أو اللمس السمع اللي هي الساوند والإبصار أو الرؤية اللي هي السايت والشم اللي هي السنل واللمس اللي هي الكتش والتزوق اللي هي التيست اعرفنا الحواس الخامسة أو ال5census في الاجزاء اللي قبل كده ورجعنا عليهم كمان فطبعا ال5census بيبقوا موجودين أو على أقل sense أو اتنين حاسة أو اتنين منهم بيبقوا موجودين في أي story بنسمعها أو بنقراها دي الparts أو الاجزاء بتاعت أي story هنا بيكلمنا بقى عن الاجزاء دي أو الparts دي إزاي بنعمل لها putting أو بنوضعها مع بعض all together بنحطها كلها مع بعض all together في أي story بنحطها مع بعض جوه أي story أو جوه أي حكاية بنكتبها أو بنقراها أو حتى بنحكيها لحد فهنا بيقول لنا a story القصة has لها all of these parts all of these parts كل هذه الأجزاء all of these parts your teacher your teacher المعلم بتاعك will help you will help you سوف يساعدك put إن أنت تعمل put أو إن أنت تعمل وضع them لهم بتبعهم كلهم مع بعض إن أنت تعمل لهم عملية وضع أو إن نحن نحطهم مع بعض all together all together كلهم معا كلهم مع بعض ودي وضح لنا هنا إزاي هنعمل كذا أصحابي فهنا بيقول لنا setting setting اللي هي في green square دي أو في المربع الأخضر دي setting زي ما عرفنا هي place أو هي المكان اللي بتدور في أحداث القصة والcharacters الcharacters أو الشخصيات وكمان census السنسس أو الحواس الخاصة بالcharacters أو بالشخصيات دي التلات عناصر دول اللي هم المكان والشخصيات والحواس الخاصة بالشخصيات دي اللي هي أنت بتتخيلها عن طريق استخدامك لحواسك التلات حناصر دول بنحطهم مع بعض فين يا أصحابي في events في الأحداث ليه لأن events أو الأحداث الحاجات اللي بتحصل جوه في القصة بتبقى موجودة في setting أو في مكان والأحداث دي مين اللي بيعملها characters أو الشخصيات والcharacters أو الشخصيات والcharacters أو الشخصيات وهي بتعمل أحداث دي بتستخدم إيه؟ بتستخدم طبعا الحواس بتاعتها أو census بتاعتها وهي بتعمل الأحداث دي سواء هم كانوا بيتكلموا وبيقولوا حاجة البعض فحد بيسمع الكلام وحد بيقوله فطبعا اللي بيسمع الكلام ده بيستخدم حاسة السرمع لو حد فيهم بيمسك حاجة فبيستخدم حاسة التوتش أو اللمس لو حد فيهم بيأكل حاجة أو بيشرب حاجة بيستخدم حاسة التيست أو التزوق لو حد فيهم كمان بيشوف حاجة بيستخدم حاسة السايت أو الرؤية وزي ما قلنا لو حد فيهم بيسمى حاجة بيستخدم حاسة الساوند أو السمع فهنا السنسس اللي بتاعت الشخصيات الشخصيات بتستخدمها وهي بتعمل الإيذنس أو الأحداث في أي ستوري فإحنا دلوقتي عرفنا إزاي بنجمع الـ Parts أو الأجزاء بتاعت أي ستوري في الدنيا مع بعض أو All Together إن إحنا بنحطهم في الإيذنس أو في الأحداث بتاعت القصة فطبعا علشان تحط أي عناصر القصة معينة إنت بتكتبها مع بعضها لازم هتحط العناصر دي جوه إيا أصحابي شطرين جوه الإيذنس أو الأحداث بتاعت القصة دي زي ما إحنا شايفين قدامنا ما ننساش طبعا هو بيفكرنا في آخر الـ Page هنا إن أي ستوري في الدنيا بيبقى ليها Beginning أو بداية وليها Middle أو منتصف وليها End كمان أو نهاية وبكده نكون أنهينا الـ Page دي وعرفنا إزاي نعمل Putting أو نعمل وضع للـ Parts أو للأجزاء بتاعت أي ستوري في الدنيا All Together أو كلها معان إن إحنا بنعملهم Putting أو وضع في الإيذنس أو الأحداث بتاعت القصة دي وبكده نكون أنهينا Page 99 ونكمل للـ Page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لـ Page 100 أو صفحة مية وان وانها سنتينس، أوردر سنتينس، أوردر يعني إيه سنتينس؟ سنتينس يعني جملة وأوردر يعني ترتيب هنا بيكلمنا عن ترتيب الجمل أو ترتيب العبارات الموجودة قوة أي ستوري زي ما عرفنا أصحابي إن أي ستوري في الدنيا بيبقى ليها Beginning وبيبقى ليها Middle وبيبقى ليها End طبعاً وإحنا بنقرأ أو بنعمل Reading لأي ستوري بيبقى في الـ Beginning بعض العبارات أو Some Sentences بتوضح لنا البداية بتاعت الستوري دي أو الـ Beginning بتاعت الستوري دي وفي الـ Middle بتاع الستوري بيبقى فيه طبعاً Sentences أو جمل أو عبارات بتوضح لنا الـ Events أو الأحداث في المنتصف وكمان في الـ End بتاعت الستوري بيبقى فيه Sentences أو جملة بتنتهي بيها الستوري أو بتنتهي بيها القصة بتقول لنا إيه اللي حصل في الآخر فهنا أي ستوري في الدنيا جواها Sentences أو جمل طبعاً الجمل دي لو مش موجودة بالترتيب وبالترتيب الواضح السليم إحنا لما نيجي نقرأ الستوري دي هنتلغبط ومش هنعرف إيه المكتوب ومش هنفهم هو يقصد إيه لكن لازم السنتنس أو الجمل تبقى مكتوبة بالترتيب صحيح علشان إحنا لما نيجي نقراها أو نيجي نحكيها لحد يبقى الأحداث أو الـ Events واضحة ومفهومة وإحنا كمان نبقى فاهمين المستوري بتقول إيه فهنا بيكلمنا عن ترتيب السنتنس أو الجمل وبيقول لنا sentence order أو ترتيب الجملة فبيقولك هنا فرست أولاً put the sentences in order put the sentences in order يعني ضع القمل in order بالترتيب second يعني ثانياً give your story a title give يعني أعطي your story قصتك a title a title عنوان طبعاً هنا عنوان الستوري أو اسم الستوري فبيقولك give your story a title يعطي القصة بتعطيك عنوان عمل لها عنوان يعني أو اسم third يعني ثالثاً write a sentence write a sentence يعني اكتب sentence قملة to end to end لتنهي your story your story قصتك فهتكتب قملة أو هتكتب write a sentence to end your story أو تكتب القملة اللي بتنتهي بها the end بتاعت الستوري التاتك اللي بتنتهي بها the story التاتك أو to end your story طبعاً هو مدينة هنا في البيج دي three boxes أو ثلاث سنة دي ثلاث براويز المفروض الفرين الأوليني أو البوكس الأوليني مكتوب في beginning beginning أو البداية والبوكس التاني أو الفرين التاني مكتوب في middle middle أو المنتصف والفرين التالت أو البوكس التالت مكتوب في ال end أو النهاية فطبعاً هنا أصحابي المفروض ان احنا عارفين اللي ستوري بتاعتنا ايه الأحداث بتاعتها وطبعاً عارفين ان ال beginning حصل فيها ايه وال middle حصل فيها ايه وكمان ال end حصل فيها ايه فاحنا هنا مثلاً اللي ستوري اللي احنا كنا مفترضن ان احنا كتبناها وحكناها في الدروس اللي فاتت هي الالكزندرية ترب أو رحلة الاسكندرية وكننا قلنا ان احنا وانحنا في البيت مع بابا وماما فكرنا ان احنا نامل ترب أو رحلة صغيرة نستمتع فيها بوقتنا وانحنا قررنا ان احنا نروح الالكزندرية أو الاسكندرية ففي البجيننج كان حصل إيه؟ كنا أعملنا سينكينج أو فكرنا to go to Alexandria أو إن إحنا نروح ألكزندرية أو الأسكندرية في الميدل هحصل إيه أصحابي؟ في الميدل إحنا فعلا روحنا الأسكندرية واستمتعنا بوقتنا ففي البجيننج هنقول إيه؟ هنقول I am sinking to go to Alexandria زي ما إحنا شايفين قدامنا أو أنا بفكر إننا أروح الأسكندرية في الميدل حصل إيه؟ في الميدل أنا وبابا وماما بقى خلاص وقررنا وقررنا إن إحنا نروح نستمتع بوقتنا ونعمل تريب جميلة أو رحلة صغيرة جميلة للأسكندرية أو to Alexandria فنقول مثلا we are going to Alexandria إحنا خلاص we are going يعني إحنا رايحين بالوقت Alexandria أو الأسكندرية واستمتعنا بوقتنا فعلا وروحنا عند البحر وكمان أكلنا وجبة جميلة والمفروض إن هو كده إحنا عملنا ترتيب أو حطينا السنتنس بتاعت الستوري بتاعتنا in order beginning مكتوب فيها السنتنس بتاعت البجيننج والميدل كمان مكتوب فيها السنتنس أو الجملة اللي بتوضح لنا الميدل أو المنتصف بتاعت الستوري بتاعتنا ما حصل فيها إيه؟ ده الفيرست السكند يقول لنا give your story a title give your story a title يعني أعطي للجملة بتاعتها كانوان المفروض نسمي الستوري بتاعتنا إيه أصحابي رحلة الأسكندرية رحلة الأسكندرية طب ده السكند أو المطلوب الثاني طب سيرد سيرد أو سالسن كان طالب مننا write a sentence to end your story write a sentence to end your story يعني أكتب جملة to end لتمهي your story اللي ستوري بتاعتك أو القصة بتاعتك بيها ففي الآخر إحنا كنا رجعنا بيتنا بعد ما استمتعنا بوقتنا في الأسكندرية أو في الأسكندرية وقلنا في الآخر إيه يا أصحابي قلنا we had a great time we had a great time الترجمة بتاعتها إن إحنا قضينا ونحن قضينا وقت رائع we had a great time يعني إحنا قضينا وقت رائع في التريب أو في الرحلة بتاعتنا وبكده نكون أمهينا البيت دي وعرفنا إزاي بنعمل ordering أو ترتيب لل sentences أو للجمل in the story في القصة أو في أي قصة إحنا بنكتبها وعرفنا إيه أهمية sentence order أو ترتيب الجملة علشان خاطر بتوضح المعنى الصحيح المطلوب لأننا نفهمه في الستوري بتاعتنا وعرفنا أهمية sentence order أو ترتيب الجمل في أي ستوري في الدنيا ونتميل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ويوصل لبيج 101 أو صفحة 101 وعنوانها illustration illustration يعني رسم توضيحي illustration هو أي رسم أنت بترسمه توضح بي حاجة معينة أو أي رسم مرسوم بيوضح حاجة معينة هذا اسمه illustration illustration أو رسم توضيحي وبيقول لنا هنا يا أصحابي draw a final illustration يعني ايه final final يعني نهائي وإحنا عرفنا بلكده يعني ايه draw draw يعني ارسم draw a final illustration يعني ارسم رسم توضيحي نهائي 4 year story 4 year story للقصة بتاعتك فمرة كمان draw a final illustration 4 year story ارسم رسم توضيحي نهائي للستوري أو للقصة بتاعتك وطبعا انت مثلا لو انا طلبت منك دلوقتي ترسم لي صورة بتوضح فيها الستوري بتاعتك أو القصة بتاعتك والرسم بيكون رسم نهائي ممكن نعمله cover للستوري أو نحطه في آخر صفحة فيها في الاند بتاعتها يوضح ايه الاحداث اللي حصلت المفروض ان انت يكون في خيالك صورة بتوضح الستوري دي فانت هتعمل كده هنا وهترسم رسم توضيحي يوضح النهاية او الاند بتاعتك لستوري بتاعتك او يوضح المعنى المطلوب من الستوري بتاعتك والاحداث اللي حصلت فيها ايه طبعا هم دينا هنا فريم كبير زي ما احنا شايفين قدامنا هنرسل فيه الرسم النهائي ده او final illustration رسم التوضيحي النهائي ده وبكده نكون اه انهينا البيج دي ونتبه للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 103 او صفحة 103 ودي اخر بيج في شابته 1 او في فصل الاول story telling او اخبار القصص وطبعا في page 103 او صفحة 103 وهنا بيفترض ان احنا كتبنا اربع قصص كل واحد في ال classroom بتاعتنا او كل مدموعة متكونة مثلا من عدد من التلميذ كتبوا اربع قصص والقصص دي اه اه ادناها للتيتشر بتاعنا بعدين هو اعمل لها cut out او قطاعها ودها لنا والمفروض ان احنا هنقراها بصوت واضح وجميل وفي نفس الوقت بعد ما نقرا الاحداث او ال events بتاعت ال story بتاعتنا هنعمل describing او هنصف ال census او الحواس اللي استخدمتها ال characters او الشخصيات كل story من ال stories دي او في كل قصة من القصص دي فانا بيقول لنا يا اصحابي narrative narrative يعني حكاية الحكايات الترجمة بتاعتها سرد سرد يعني ايه يعني انا احكي لك حكاية فلما انا اجي حكي لك حكاية ده اسمي narrative narrative يعني ان انا اروي لك حكاية او احكي لك حكاية narrative evaluation evaluation يعني تأيين فهنا ده عملية تأيين للواحد اللي بيحكي حكاية narrative evaluation يعني تأيين حكاية القصص narrative evaluation وهنا بيقول لنا review review يعني استعرض 4 personal narratives 4 personal narratives اربع قصص او اربع حكايات شخصية cut each out cut each out يعني قص كل واحدة منهم او قطاها and hand ويعطيها باليد to the author to the author للمؤلف بتاعها فزي ما قلنا هنكتب اربع قصص وبعدين هنعمل لهم cut out او هنقصهم وهنعطيهم او هنهاند زين هنعطيهم باليد to the authors للمؤلفين بتاعهم فهنا احنا كتبنا خلاص القصص والاربع قصص موجودين معنا اللي هما the four personal narratives او الاربع حكايات الشخصية الاربع القصص اللي احنا كتبناهم وبعد كده قصناهم ودناهم للمؤلفين بتاعهم فهنا بيقول لنا بقى هنعمل العملية التأيين لعملية الحكاية نفسها ان احنا ازاي المؤلف ده نسك القصة اللي هو كان كتبها وحكيها لنا بصوت واضح وبعد كده عمل describing او وصف للسنسس او للحواس اللي استخدمتها الكاراكترز او الشخصيات في كل ستوري او في كل قصة من الستوريز دي او من القصص دي فاول ستوري مثلا احنا ديناها للأوثر بتاعها او المؤلف بتاعها ومستنيين ان هو يحكيها لنا فانا عملية التأيين بتكون ازاي هو عمل لنا هنا في البوكس الاوليني ده ذا اوثر المؤلف read clearly read يعني قرأ او يقرأ clearly clearly بوضوح clearly يعني واضح clearly بوضوح and and where with correct صحيح volume درجة صوت صحيحة يعني هو عرب صوت واضح وعالي وفي نفس الوقت اراها قدامنا او عملها قراءة قدامنا in a clear voice and with correct volume او بصوت صحيح هنا مدينا 5 stars او خمس نجوم لان احنا نظلل عدد النجوم اللي بتوضح قد ايه هو كان صوته clear او كان واضح وكمان هو عمل لها read with correct volume او بصوت صحيح ومدينا في السطر التاني ده يقول the author the author the author the author the author the author describe these senses these senses هذه الحواس ومدينا 5 senses زي ما احنا شايفين قدامنا هنعلم طبعا على السنسس اللي هو عمل لها describing او اللي هو وصفها في السطوري بتاعته فلو هو وصف مثلا حاسة هنعمل عليها علامة صح لو هو وصف حاسة ال sound هنعمل عليها علامة صح لو هو وصف حاسة ال smell هنعمل عليها علامة صح لو هو وصف حاسة ال taste هنعمل عليها علامة صح لو هو وصف حاسة ال touch هنعمل عليها علامة صح فكل حاسة او كل sense هو هيوصفها وهو بيحكي السطوري بتاعته او القصة بتاعته هنعمل على السنس دي علامة صح علشان نقول هو وصفها في story telling او في ال narrative بتاعه ونفس النظام في 3 boxes التانيين the author read clearly and with correct volume اللي يدين على 5 stars وبعدين بيقول لنا the author describe these أو ال author اعمل describing وصف these census الحواس دي وهنعمل على الحواس اللي هو وصفها وفي البوكس التالي نفس الكلام the author read clearly and with correct volume هنعمل على عدد the stars اللي بتوضح ادي هو كان كلير او كان واضح with correct volume او بصوت صحيح the author describe these census ال author عمل describe او وصف these census وهنعمل على السنسس اللي هو وصفها واخر بوكس نفس نظام the author read clearly and with correct volume the author read clearly واضح and with correct volume وبصوت مضبوط هنعمل على عدد the stars اللي بتوضح هو and with correct volume او بصوت مضبوط وبعدين بيقول لنا the author describe these census او ال author عمل وصف للحواس دي فنعمل علينا الصح على السنسس اللي هو عمل لها describing او وصف وهو بيحكي ال story بتاعته وبكذا نكون انهينا page 103 او صفحة 103 وانهينا معها chapter 1 او الفصل الاول story telling اخبار القصص اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معها كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينكس او الروابط بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اصفل الفيديو وسيبلكم كمان روابط بتاعت قوائم التشغيل موجودة بشكل منظم مدانين لو حد حابب يرجع لقوائم التشغيل الخاصة بالترم التالي او بالترم الاول حيلاقيها موجودة ويقدر يفتحها بمتال سهولة وفي الختام استودعكم الله الذي لا طبيع وذائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج اكتشف Primary 1 الصف الاول الابتدائي Term 2 الترم الثاني ومع الحلقة رقم 19 او رقم 19 وهنبتدي النهاردة نشرح شابتر 2 او الفصل الثاني Communicating with Numbers Communicating with Numbers او التواصل بالارقام التواصل عن طريق الارقام وطبعا ده في المحور الرابع Communication التواصل او الاتصال وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شابتر 2 زي ما احنا شايفين قدامنا عنوانه Communicating with Numbers Communicating with Numbers التواصل بالارقام ان احنا نتواصل ونتعبر عن نفسنا ونعبر عن Our Environment او عن البيئة بتاعتنا With Numbers او بالارقام احنا عرفنا في الشابتر اللي فات او في شابتر 1 ازاي نعمل Communicating with Words او ان احنا نتواصل عن طريق الكلمات في storytelling او في اخبار القصص واهمية الكلمات واهمية كل كلمة بنعبر بها عن نفسنا دلوقتي هنتعرف ازاي ممكن نعمل Communicating او نعمل تواصل او نتكلم مع بعض ونعبر عن نفسنا ونعبر عن البيئة بتاعتنا عن طريق الارقام او With Numbers ومن ثنين لأول بيج في الشابتر ده خليكم معا واول صفحة في الشابتر ده هي بيج 107 او صفحة 107 وهنا بيقول لنا Numbers in our world Numbers الارقام in our world في العالم بتاعنا في عالمنا فانا بيكلمنا عن الارقام في العالم بتاعنا وزي ما قلتلكوا يا اصحابي ان الارقام ممكن نتواصل بها ونعمل Communicating with Numbers عن طريق ان احنا نعبر عن نفسنا مثلا ممكن اقول لك امري قد ايه بالارقام ممكن اقول لك انا ساكن فين بالارقام ممكن اقول لك رقم تليفوني بالارقام ممكن اقول لك مقاس الهدوم اللي انا لبسها بالارقام ممكن كمان اقول لك الوقت دلوقتي بالارقام حاجات كتير جدا ممكن تعبر عنها وتعمل Communicating with Numbers للتعبير عنها فالنمبرز او الارقام مهمة جدا وبتساعدنا ان احنا نعبر عن نفسينا او ourselves وعن ال be up بتاعتنا او our environment او عن المجتمع بتاعنا او our community العالم بتاعنا فانا بيكلمنا عن ال numbers او الارقام in our world في عالمنا وبيقول لنا find يعني اوجد the numbers in the images في الصور on the page اللي موجودة في الصفحة دي discuss ناعش what information what يعني ما او ماذا information المعلومات the numbers communicate the numbers communicate اللي بتعبر عنها الارقام دي فكل صورة في الصور دي اصحابي فيها numbers او ارقام وكل نوع من انواع الصور دي فيها numbers معينة بتعبر numbers دي او الارقام اللي موجودة في كل صورة من دول عن حاجة معينة او عن معلومة معينة ففي اول صورة هنا ده ال race track او المكان بتاع ال race او السباء طبعا احنا عارفين ال race او السباء لما بيبقى موجود في ريس او سباء بين ال cars او العربيات او بين مثلا بعض ال runners او العدائين الناس اللي بتجري بيبقى كل حد داخل في السباء سواء كانت عربية او كانت مثلا متسابق بيجري بيبقى ليه رقم على track على خط البداية بيبقى ليه المكان بتاعه اللي بيجري فيه وليه رقم على track او على المسار بتاع السباء فهنا ال numbers هنا بتعبر عن ايه عن رقم كل متسابق عن رقم كل عربية داخل السباء كل عربية او كل متسابق من الناس اللي بتجري في ال race ده او في السباء ده بيبقى ليه رقم هو واقف عليه لما يجي يبدأ السباء كل واحد يبقى واقف على رقم بتاعه ويجروا كلهم في نفس الوقت مع بعض طب في ال image التاني او في الصورة التانية هنا طبعا دي لعبة التصويب بالاسهم اللي هي اللعبة اللي احنا شايفين شكلها دي بتبقى فيها ارقام طبعا على اللوحة اللي احنا بنشن عليها او اللي احنا بنصوب عليها طبعا كل دايرة من دول لها number زي ما احنا شايفين قدامنا وكل ما وكل ما انت ترمي السهم بتاعك كل ما دي على number قريب من center او المركز بتاع الدايرة كل ما كان دقة التنشين بتاعتك اعلى حتى ان انت اول ما تنشن على النقطة اللي في النص دي انت صاحب اعلى تنشين طب ال image التالت او الصورة التالتة بيورينا هنا ان ال numbers كمان ممكن نعمل بيها communicating او نعمل بيها تعبير عن المعلومات عن طريق ان احنا نرقم بيها كمان الحيوانات لو في مزرعة معينة او في مكان معين ممكن نحط number او رقم لكل حيوان زي ما احنا شايفين قدامنا في ال image الرابع بيورينا هنا كمان ان ال numbers بنعبر بيها عن ال time او عن الوقت زي ما احنا شايفين قدامنا ال clock او المنبه ده او الساعة دي فيها numbers زي ما احنا شايفين قدامنا مكتوبة وطبعا ال numbers بتعبر عن الوقت او عن ال time طب في ال image الخامس موجود في numbers على الكراسي او على ال chairs اللي موجودة دي انت لو رايح حفلة معينة او لو رايح match من matchات الكورة هتلاقي طبعا ان كل chair او كل كرسي لي number او لي رقم بانت لما بتيجي تقطع التذكارة بتاعتك بتقولك ان انت بتقود على الكورسي رقم كذا فال numbers بتعبر هنا عن ال place او عن المكان اللي انت هتقود فيه طب هنا كمان في ال image السادس او ال image number 6 ال numbers هنا في thermometer اللي هو الترمومتر اللي احنا بنقيس به درجة الحرارة لو حد اللي قدر العين شوية بنقيس درجة حرارته بنشوفه سخنه ولا لا فهنا ال numbers بتورينا او بتوضح لنا او بتعمل communicating لال temperature او لدرجة الحرارة وفي ال image number 7 او في الصورة رقم سبعة طبعا المتر او المتر ده اللي احنا بنعمل بيه قياس لل distance او للمساحة طبعا المتر ده بنقيس به المسافات فهنا ال numbers هنا بتعبر عن distance او عن المسافة وفي ال image الاخيرة او في ال image number 8 ال number هنا مكتوبة على صندوق البريد صندوق البريد طبعا اللي بيعبر عن العنوان لو انت مبعط لك جواب معين من اي مكان في الدنيا هيسألك طبعا ايه هو رقمك البريدي ايه الرقم بتاعك اللي بيوصلك عليه البريد فلازم يكون لك number او على الاعلى المكان السكن اللي انت فيه بيبقى ليه number او ليه رقم بيوضح المكان اللي انت بتوصلك الجوابات عليه فهنا بيوضح لنا في page دي اهمية numbers او الارقام في ان احنا نعمل communicating مع بعض او ان احنا نحن نتواصل مع بعض ونعبر عن ourselves ourselves او انفسنا او our community المجتمع بتاعنا او our environment اللي بيئة بتاعتنا with numbers او بالارقام ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معين ونوصل ل page 108 او صفحة 108 وانوانها menu numbers menu اللي هي قائمة الطعام القائمة بتاعت الطعام والاسعار القائمة بتاعت اي restaurant او اي مطعم بيبقى في قائمة بيبقى موجود فيها الاطعمة او الاكل اللي هما بيقدموه والمشروبات كمان وبيبقى كل اكل او كل نوع من انواع الاكل بيبقى ليه سعر وطبعا احنا بنعرف السعر عن طريق المينو دي او عن طريق القائمة بتاعت الاسعار دي فهنا بيكلمنا عن ال numbers او الارقام الموجودة في المينو او او اي مينو وبيقول لنا هنا circle circle ضع دائرة حول the numbers the numbers الارقام that communicate price in green اللي بتوضح communicate price اللي بتوضح الاسعار in green in green باللون الاخضر يبقى اول حاجة مطلوبة مننا ان احنا نشوف الارقام اللي بتعمل communicate prices او اللي هي بتوضح لنا الارقام بتاعت الاسعار in green باللون الاخضر يبقى الاسعار هنحطها حواليها دائرة خضرة تاني حاجة بيقول لنا circle ضع دائرة حول the numbers that communicate time in yellow الارقام اللي بتعبر عن الوقت in yellow باللون الاصفر ثالث حاجة circle ضع دائرة حول the remaining numbers remaining المتبقي الباقي numbers الارقام الباقية in blue in blue باللون الازرق what information ما هي المعلومات do they communicate اللي الارقام دي بتوصلها اللي احنا هنحط حواليها circle in blue circle in blue او باللون الازرق تعالوا نقرأ المينيو او قيمة الطعام ونشوف ال numbers اللي بتعبر عن prices او الاسعار علشان نحط حواليها circle in green او دائرة باللون الاخضر والارقام او ال numbers اللي بتعمل communicate ال time او للوقت عشان نعمل حواليها circle in yellow او باللون الاصفر واخر حاجة remaining numbers او الارقام المتبقية هنعمل حواليها circle in blue او باللون الازرق فواضح قدامنا ادي المينيو بتاعتنا بكتوب فيها طبعا اول حاجة soups او انواع الشربات طبعا احنا عارفين الشربة وانا بيقول لنا one pool one pool يعني طبق واحد او سلطانية واحدة الطبق الغويت اللي احنا بيحط فيه الشربة وكاتب هنا three four five three hundred and forty five ميلي hundred and forty five ميلي يعني حجمها ادي ايه بالملي متر حوالي تلت لتر شربة طبعا ده في البول وده رقم الرقم ده ما بيعبرش على عن price او عن سعر ولا بيعبر كمان عن time او عن وقت فهنحط حوالي circle in احنا قلنا طبعا يا اصحابي price او الاسعار بنحط حواليها circle in green او بالاخضر طب واللي بتعبر عن ال time او عن الوقت بنحط حواليها circle in yellow بالاصفر طب where remaining numbers او الارقام البقية بنحط حواليها circle in ايه شطرين in blue او باللون الازرق طبعا ده طبعا ال remaining numbers او الارقام المتبقية لانه هو لا بيعبر عن price او عن سعر ولا هو كمان بيعبر عن time او عن وقت فنحط حوالي circle in blue او باللون الازرق زي ما احنا شايفين قدامنا طب مكتوب تحت منها ايه اصحابي مكتوب تحت منها lentil soup طبعا الشربة دي سعرها ايه 4 LE او 4 pounds طب 4 LE دي بتعبر عن ايه عن price ولا time ولا طبعا remaining شطرين ده price اربعة جنيه 4 LE او 4 pounds ده price فنحط حواليها circle in green لانه هو قال لنا price بال green اه دي اول circle طب ويه الملوخية الملوخية او الملوخية زي ما احنا عارفينها سعرها ايه سعرها 4 LE او 4 pounds فنحط حواليها برضو circle in green لان دي بتعبر عن price زي ما احنا شايفين قدامنا طب تاني حاجة مكتوب هنا حمص اللي هو الحمص ما احنا عارفينه 3 LE او 3 pounds طبعا ده price برضو هنحط حواليه circle in green tahini sauce tahini sauce او ايه السلطة التحينة طبعا سعرها ايه سعرها 3 pounds او 3 LE فنحط حواليها circle in green برضو لان ده price طب والسالات السالات او السلطات مكتوب هنا green salad green salad او سلطة خضرة سعرها كام سعرها 5 LE او 5 pounds ده طبعا برايس هنحط حواليها circle in green طب ومكتوب تحت منها يوغيرت يوغيرت سالات او سلطة زبادي سعرها 7 LE او 7 جنيه ده طبعا برايس هنحط حواليها circle in green طب الدرينكس او المشروبات هنا مكتوب عندنا بوتلد بوتلد ووتر او زجاجة مية طبعا هنا مكتوب فنحط حواليها circle in green زي ما احنا شايفين قدامنا طب فيه هنا كمان موز باللبن او بانانا وز ملك اللي هو الموز باللبن 3 LE 3 LE او 3 جنيه طبعا هنحط حواليها circle in green لان ده برايس سلام لو الاسهار دي حقيقية تبقى حاجة جميلة جدا واخر حاجة هنا مكتوب appetizers او اللي هي المقبلات الحاجات اللي بتفتح النفس بيحطوها جنب الاكل فانا مكتوب عندنا هنا mixed olives او طبعا زيتون مشكل يعني انواع من الزيتون مختلطة مع بعضها وانا 2 LE او 2 pounds وده طبعا برايس برضو فنحط حواليها circle in green واخر حاجة فلافل اللي هي الفلافل او الطعمية 4 LE او 4 جنيه فنحط حواليها circle in green او دايرا باللون الاخضر لان ده بردو برايس او سعر زي ما احنا عارفين كده احنا اعلمنا كل اللي موجودة في المينيو من فوق فيه في الجزء اللي تحت هنا 4000 وباكتين مكتوب جنبها اصر النيل كايرو government او شارع اصر النيل او في اصر النيل في القاهرة ف4000 ده بيعبر عن برايس لا ده عنوان طب ده على برايس او عنوان ولا هو command time او وقت فده تبع ال remaining numbers او الارقام المتبقية لانه هو بيعبر عن عنوان او ادرس فنحط حواليه circle in blue زي ما احنا عارفين او دايرا باللون الازرق وهنا مكتوب hours hours او الساعات الساعات اللي هما بيفتحوا فيها والتوقيب بتاع الوقت بتاعهم من 11 من الساعة 10 till 8 او الساعة 8 دايرا يوميا ف11 دي الساعة 10 هنحط حواليها circle in yellow او باللون الاصفر زي ما احنا عارفين لانه هو قال لنا numbers اللي بتعمل communicate او بتعبر عن الوقت هنحط حواليها circle in yellow طب والايد دي باردو time فهنحط حواليها circle in yellow او باللون الاصفر واخر حاجة هنا مكتوب هنا رقم telephone 0255 في الاخر واحد واحد فده طبعا لهو price او سعر ولا هو time او وقت فهنحطه طبع remaining numbers او الارقام المتبقية لانه هو telephone number او رقم تليفون ونحطه حوالي circle in blue او باللون او باللون الازرق زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا قدرنا نحدد كل نوع من انواع النومبرز المختلفة الموجودة في المينيو دي وعرفنا نحددها بشكل سليم ونتنال للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 109 او صفحة 109 وعنوانها useful numbers او ارقام مفيدة useful يعني مفيد useful يعني مفيد ونمبرز ارقام useful numbers ارقام مفيدة وين بيقول لنا think about يعني فكر فيه a time وقت وين numbers لما الارقام عندما الارقام gave you information اعطتك معلومات اعطتك معلومات draw a picture ارسم صورة complete the sentence اكمل الجملة complete يعني اكمل the sentence الجملة مرة كمان think about a time when numbers gave you information draw a picture complete the sentence يبقى المفروض هنا احنا هنرسم صورة بتوضح موقف او مرة من المرات numbers gave you information اعطتك معلومات وبعدين بعد ما ترسم الصورة دي هتعمل complete او هتكمل sentence او الجملة الموجودة في الصفحة من الاسفل ومكتوب حتى هنا i use numbers to i use يعني انا استخدم i انا use استخدم numbers الارقام to لكي وهنا في dots او نقاط المفروض ان احنا نعمل complete للسنتنس دي فممكن هنا نرسم ايه اصحابي في الفريم او في البوكس ده ممكن مثلا نرسم صورة ساعة ساعة او الكلوك بتعبر عن الوقت والكلوك او الساعة بتجيب you information all the time بتقولك على معلومات طول الوقت يعني انت من غير الساعة بتقدرش مثلا انت عرف معاد اللي انت هتروح فيه لسكول او المدرسة الساعة مهمة جدا في حياتنا فانا مثلا ممكن ارسم هنا كلوك او ساعة والارقام بتاعتها تبقى واضحة وجميلة زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا فكرنا لما ال numbers او الارقام gave you information اعطتك معلومات ورسمنا كمان الصورة draw a picture رسمنا الصورة طب ايه احنا نقص لنا دلوقتي نحنا نعمل complete او نكمل sentence او الجملة فانا بيقول لنا i use numbers to انا بستخدم الارقام لكي مثلا اعمل ايه total time لاخبر الوقت total time يبقى i use numbers to till time ممكن حد تاني يرسم حاجة تانية ممكن حد تاني مثلا يرسم السيرموميتر او الترمومتر اللي بيقيس درجة الحرارة او temperature ويرسم فيه مثلا التدريج بتاعه ويرسم ال numbers بتاعته ويكتب تحتنا i use numbers to مثلا till temperature او ان انا اقول درجة الحرارة فما فيش اجابة نموذجية زي ما احنا عارفين المهم ان احنا نفكر ونتخيل وبعد كده نبقى فاهمين المعلومة بشكل سليم ونحاول نشوف امثلة كتيرة نضربها في عقلنا ونفكر فيها بعقلنا علشان خاطر نبقى فاهمين الدرس بشكل كويس وبعد كده نكتب اي اجابة احنا شايفين ان هي مناسبة وبكده نكون انهينا درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كنان وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو وسيب لكم كمان اللينكس او الروابط بتاعت كل قوائم التشغيل الخاصة بكل المراحل الترم الاول والترم التاني بشكل منظم جدا لو حبيتوا ترجعوا لها في اي وقت هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك يا اصحابي كل سنة وانتم طيبين النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج اكتشف الصف الاول الابتدائي الترم التاني ترم 2 ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 او الفصل الثاني في المحور الرابع communication او الاتصال او التواصل وهي عنوانه communicating with numbers communicating with numbers الاتصال او التواصل عن طريق الارقام وطبعا الشابتر ده بيكلمنا استخدام الارقام في حياتنا ازاي بنقدر نعبر عن انفسنا عن طريق الارقام وازاي بنعبر عن our environment او المجتمع بتاعنا والبيئة بتاعتنا وزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 109 او صفحة 109 والنهاردة هنبتدي نشرح page 110 او صفحة 110 وزاي ما احنا عارفين يا اصحابي الشابتر ده بيتكلم عن numbers او الارقام وطبعا ده لي دعوة بالماث او بالرياضيات وطبعا ده هيساعدنا ازاي نفهم بعض الحاجات في الماث زي العلاقة بين الارقام لو فيه رقم اكبر من رقم بنقول عليه more than او greater than لو فيه رقم اصغر من رقم بنقول عليه less than او اصغر من ولو رقم بيساوي رقم تاني نقدر نقول عليه equal to او مساوي لي وبيتكلمنا كمان وبيفكرنا كمان بالجزء بتاع الرافز او الرسوم البيانية احنا خدناها في الترم الاول وهنكلم عنها في الشابتر ده وهنرجعها مع بعض وهنقدر نفتكرها مع بعض بشكل كويس فانا في البيتج دي عنوانها missing numbers missing numbers missing يعني مفقود يعني مش موجود numbers الارقام المفقودة وهنا بيقول لنا the numbers are missing الارقام مفقودة الارقام مش موجودة على الصور الخاصة بيها كل صورة من الصور في البيتج دي ليها ارقام خاصة بيها او ليها رقم خاص بيها الارقام دي مش موجودة في الاماكن بتاعتها فبيقول لنا هنا can you help can you help هل تستطيع ان تساعد وبيقول لك use استخدم the number bank number bank البنك الخاص بالارقام وهو موجود هنا في اسفل البيج بيقول لك use the number bank to put the numbers back where they belong to put لتضع the numbers الارقام back مرة اخرى where حيث يعني في المكان الخاص بيها they belong belong يعني تنتمي ينتمي مرة كمان the numbers are missing can you help use the number bank to put the numbers back where they belong وهنا مدينا مجموعة من الصور زي ما احنا شايفين قدامنا كل صورة مفروض اول صورة دي خاصة بال price tag او الورقة بتاعت السيار بتاعة اي منتج الصورة التانية هنا فيها shoes او فيها حزاء الصورة التالتة دي بتاعت clock او ساعة رقمية الصورة الرابعة دي بتاعت scale او ميزان والصورة الاخيرة بتاعت oven او فرن طبعا الموجود في الكتشن في اي بيت من البيوت فكل صورة من الصور دي المفروض لها رقم بيعبر عنها يعني ال price tag او الورقة بتاعت السعر دي اكيد عليها رقم بيعبر عن السعر اما ال shoes او الحزاء الرقم الموجود عليها المفروض بيعبر عن المقاس او size ال clock او السعر رقمية النمبر المفروض بيبقى موجود عليها بيعبر عن ال time او عن الوقت اما scale او الميزان فالنمبر المفروض بيبقى موجود عليها اكيد بيعبر عن ال weight او عن الوزن واخر حاجة ال oven او الفرن المفروض الرقم اللي بيبقى موجود عليه بيعبر عن temperature او درجة الحرارة يعني لما ماما بتعمل اكل في الفرن بتثبت درجة الحرارة المفروض الاكل بيتطبخ عليها في الفرن او في ال oven فتعالوا نشوف ال number bank او البنك بتاع الارقام علشان نشوف كل رقم من الارقام الخاص بكل الصورة من الصور ونرجعه ونحطه في المكان اللي هو زي belong او هو بينتمي لي فهنا عندنا في ال number bank او في بنك الارقام في اول رقم هنا 90 degree celsius 90 يعني 90 degree دي الدايرة الصغيرة دي اصحابي اسمها درجة الحرارة او degree وسيليزيوس طبعا في انواع كتيرة من درجات الحرارة كلها بتقيس درجة الحرارة ال c هنا بتعبر عن السيليزيوس او الدرجة السيليزيوسية ومش مطلوب منك ان انت تعرف اكتر من كده ان الدايرة الصغيرة دي بتعبر عن درجة الحرارة فهنا ال 90 والدايرة الصغيرة والسيل اللي جنبها دي بتعبر عن درجة الحرارة فدي خاصة بانهي صورة يا اصحابي هل يا ترا هي خاصة بال price ولا بال size ولا بال time ولا بال weight ولا بال temperature الخاصة بال oven شاطرين هي خاصة بدرجة الحرارة او temperature الخاصة بال oven او بالفرن فالمفروض هنكتب هنا على الصورة بتاعة ال oven او الفرن الدرجة دي اللي هي 90 degree او 90 درجة مئوية طب الرقم اللي جنبها 3 وبعدين في نقطتين او 2 dots وبعدين 00 ده شكل طبعا بنشوفه كلنا على الساعات الرقمية ده الرقم ده بيعبر عن الساعة وطبعا ده بنشوفه فين يا اصحابي بنشوفه فين هي صورة من الصور الموجودة عندنا شاطرين بنشوفه على ال clock او على الساعة الرقمية فنروح على الصورة بتاعة ال clock وهنكتب عليها الرقم ده اللي هو بيعبر عن time او عن الوقت وطبعا الرقم التالت اللي في النص ده اللي هو 30 او 30 هو 30 كده لوحده فاكيد ده بيعبر عن ال size او عن المقاس الخاص بالشوز او بالحزاء اللي موجود في الصورة هنا فنكتب هنا في الدايرة الصغيرة دي 30 او 30 زي ما احنا شايفين قدامنا لان ده بيعبر عن المقاس بتاع الحزاء ده او ال size الخاص بالشوز ده او بالحزاء ده طب هنا في 2 kg اكيد kg دي مش اللي هو kg اللي احنا عدينا عليه السنة اللي فاتت لا ده kg kg هنا خاصة باختصار كلمة kg يعني 2 kg 2 kg فالمفروض دي فالمفروض الرقم ده خاص بانهي صورة من الصور اللي عندنا يا اصحابي شاطرين الرقم ده خاص بالسكيل او بالميزان وده بيعبر عن الويت او عن الوزن فنكتب هنا على الصورة بتاع الميزان 2 kg زي ما احنا شايفين قدامنا لان هي اتنين كيلو جرام واخر حاجة مكتوب عندنا هنا 10 LE او 10 باوند وطبعا 10 جنيهات او 10 LE ده رقم بيعبر عن اي اصحابي شاطرين عن الـ price الـ price او عن السعر فهنروح على الـ price tag او عن الورقة بتاع السعر نكتب عليها 10 LE زي ما احنا شايفين قدامنا لان هي بتعبر عن الـ price او عن السعر زي ما احنا عارفين وبكية نكون انهينا الـ page دي وعرفنا المفروض نعمل اي فيها ونتنال الـ page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لـ page 111 او صفحة 111 وعنوانها number scavenger hunt scavenger hunt احنا عارفنا قبل كده في الدروس اللي فاتت يعني اي scavenger hunt scavenger hunt اللي هي اللعبة البحث عن الكنز زي ما قولنا قبل كده وهي لعبة بتحصل مثلا في الـ parties او في الحفلات او في اعياد الميلاد بنبقى مخبيين بعض الحاجات او بعض الورق اللي مكتوب فيه بعض الحاجات في اماكن مختلفة في المكان اللي احنا فيه وبنخلي الموجودين في المكان يدوروا على الحاجات دي واللي بيجمع حاجات اكثر او بيجمع حاجات مستخبية او عناصر اكثر بيبقى هو الفائز ودي اسمها scavenger hunt او لعبة البحث عن الكنز وهنا number scavenger hunt يعني لعبة البحث عن كنز الارقام طبعا هنا عرفنا ان احنا هندور على ارقام في مكان معين فهنا بيقول لنا find يعني اوجد numbers الأرقام around the school في انحاء المدرسة draw, ارسم and label وضع الاسم المناسب label يعني نحط الاسم المناسب الخاص بكل رقم apicature او الخاص بكل صورة draw and label يعني ارسم وضع الاسم المناسب apicature لكل صورة of two places لمكانين مختلفين you see numbers اللي انت بتشوف فيهم الارقام يبقى هنروح في انحاء المدرسة وممكن من انحاء المدرسة class room بتاعتنا ونشوف ال numbers او الارقام عايزين نشوف حاجتين او مكانين بيورونا ارقام وهنرسم الصور الخاصة بالحاجتين او المكانين دول وهنعمل label او هنكتب الاسم او المعلومة المناسبة الخاصة بالplace او بالمكان بتاع كل الصورة وهنا بيقول لنا what information what information ما المعلومات do the number tell you do the numbers tell you اللي بتخبرها لك tell you الارقام الارقام اللي انت لقيتها دي بتقولك ايه what information do the numbers tell you ايه هي المعلومات اللي بتقولها لك الارقام دي فاحنا ممكن يا اصحابي نشوف حوالينا واحنا موجودين في ال classroom او في ال school وندور ونعمل searching على الارقام او الحاجات اللي بتوضح لنا الارقام ممكن مثلا نلاقي clock او ساعة موجودة ومتعلقة في ال classroom او في حجرة الفصل فدي هتبقى حاجة بتوضح لنا الارقام وهنرسم مثلا هنا في ال frame الاولاني او في المربع الاولاني هنا clock او ساعة طب ال information اللي بتقولها لك ال clock دي ايه هي طبعا till time till time بتخبر الوقت طب ممكن نلاقي ايه كمان يا اصحابي بيوضح لنا numbers او ارقام ممكن مثلا نلاقي في ال book اللي في ادينا في الكتاب اللي في ادينا هنلاقي ال numbers او الارقام الخاصة بال pages او بالصفحات فهنرسم هنا book مثلا او كتاب وهنكتب هنا till pages number till pages number بيخبر ارقام الخاصة بالصفحات او بيقول لنا الارقام الخاصة بالصفحات يبقى هنرسم في ال frame الاولاني ساعة او clock وهنقول till time او بتخبر الوقت وهنرسم في ال frame التاني book او كتاب وهنكتب مثلا till pages number او بتخبر ارقام الصفحات ممكن حد تاني يرسم حاجة تانية لان زي ما احنا عارفين ان مفيش اجابة نموذة جاية هنا فممكن مثلا حد يلاقي مثلا ابواب بتاعت الفصول عليها ارقام فهيرسم هنا باب الفصل مثلا وهيكتب عليه till classroom number او بتقول رقم الفصل ممكن حد تاني يلاقي حاجة تانية بتقول numbers او ارقام فمفيش اجابة نموذجية المهم ان احنا نبقى فاهمين المطلوب مننا ايه وبعد كده نعبر عن رأينا بشكل سليم ونحل السؤال المطلوب مننا كده نكون خلصنا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معاك ونوصل لبيج 113 او صفحة 113 وعنوانها I wonder I wonder يعني انا اتسائل Wonder يعني بيتسائل بيتعجب من حاجة معينة فبيقول هنا think of think of فكر في think يعني فكر think of يعني فكر في a question a question سؤال that has two choices that has اللي بيكون لي two choices اختيارين two choices يعني اختيارين choice وحدها بمعنى اختيار فعنا عايزك تفكر في سؤال السؤال ده يكون الاجابة بتاعته حاجة من حاجتين اختيار من اختيارين four answers للاجابات يبقى لي اجابتين او اختيارين في الاجابة بتاعته او يبقى لي اختيارين في الاجابة بتاعته write your question اكتب السؤال بتاعك and two choices والاختيارين اللي انت بتقترحهم او الاختيارين المفروض نجاوب بيهم على السؤال ده on the lines على الخطوط cut out cut out قص يعني your question السؤال بتاعك on the dotted lines on the dotted lines اللي مكتوبة على ال dotted lines او على السطور المنقطة فاحنا هنفكر في سؤال يكون الاجابة بتاعته two choices او اختيارين فالسؤال ممكن يكون ايه يا اصحابي مثلا انا ممكن اسألكو انا في ال classroom معاكو سؤال مثلا بيقولكو انتو بتحبوا ال candy او الحلوة ولا البسكويت فالسؤال بيكون مثلا do students like candy or cookies better بيفضلوا ال candy or cookies better الافضل بالنسبة لكم فاحنا هنا عندنا في السؤال ده ايجابتين او two choices اختيارين ايه هما ال candy وال cookies ال candy وال cookies فالمفروض هنا ال question بيبقى مكتوب وبعد كده ال choices قدامنا زي ما احنا شايفين بيبقى candy او الحلوة وال cookies او البسكويت احنا كده كتبنا ال question بتاعنا وكتبنا ال two choices زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون انهينا حل ال page دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة اتمنى ان الدرس يكون اعجابكم لو اعجبك الدرس واستفدت منه اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم ال links بتاعتها في ال description او في الوصف اسفل الفيديو وسايب لكم كمان القوائم الخاصة بالتشغيل الخاصة بالترم الاول وبالترم التاني بكل المراحل موجودة بشكل منظم وبشكل يسهل عليكم الوصول لاي درس في الترم الاول او في الترم التاني بكل سهولة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع وذائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازاي كوية اصحابي والنهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 1 الصف الاول الابتدائي term 2 التاني ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter 2 او الفصل التاني communicating with numbers التواصل عن طريق استخدام الارقام وطبعا ده في المحور الرابع communication الاتصال او التواصل وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة الفاتت شرح page 114 او صفحة 114 والنهاردة هنبدأ نشرح 115 او صفحة 115 وانوانها favorite fruit favorite fruit يعني الفاكهة المفضلة وزي ما وضحنا قبل كده ان الشابتر ده بيتكلم عن ال numbers او الارقام وزي بنستخدم ال numbers او الارقام في حياتنا اليومية ازي بنعبر بيها عن انفسنا او عن ourselves وزي بنعبر بيها كمان عن بيئتنا او our environment وبيفكرنا بالgraphs او بالاشكال البيانية اللي احنا اخدناها في الترم الاولاني وانهاردة هنبتدي نفتكر مع بعض بعض المعلومات الخاصة بالgraphs او بالاشكال البيانية اللي احنا عرفناها في الترم الاولاني مع بعض فهنا بيقول لنا favorite fruit favorite يعني مفضل وfruit فروت يعني فاكهة الفاكهة المفضلة وبيقول لنا هنا use the survey information use the survey survey يعني الاستفتاء الاستقصاء الدراسة الاستقصائية يعني انا لما اجمعكو قدامي مثلا كلكو يا اصحابي باسألكو بعض سؤال واحد مثلا هل يا ترى انتو بتحبوا ايه من انواع الفاكهة او من انواع الخضار هنا انا بعمل survey باخد بعض البيانات الخاصة بمجموعة من الناس او بمجموعة من الحاجات وبسجل البيانات دي عندي بارقام تسهل علي ان انا اعرف المعلومات الخاصة بالحاجة دي ده اسمه survey استفتاء استقصاء لما اسألكو مثلا انتم وفقين على حاجة معينة او لا ده استفتاء او استقصاء يعني survey يعني بعرف عن طريقه المجموعة اللي بتقول نعم او yes عددهم قد ايه والمجموعة اللي بتقول لا او no عددهم قد ايه فبالتالي بابقى عارف الرأي بتاع الناس او اه المعلومات الخاصة بيهم في ارقام تسهل علي ايه اعرف اخد قرار بشكل سليم فهنا ده اسمه survey survey او استفتاء او دراسة استقصائية بنجمع فيها بعض المعلومات survey information وبيقول لنا هنا use the survey information to answer the questions to answer the questions لتجيب على الاسئلة فانت هنا المفروض اتعمل استفتاء او استقصاء او اه جمعنا المعلومات الخاصة بالاستفتاء ده في ال classroom او في حجرة الفصل وايه سألناكم بتحبوا ايه من انواع الفاكهة فالطالبة او الاستيونس كل واحد عبر عن رأيه اه فيه ناس قالت مثلا بتحب الفج او التين فيه ناس تانية قالت بتحب ولعنب فيه ناس تالتة قالت بتحب وال dernière طاعت والواتر ميلون او البطيخ فيه ناس ش Pavot فعندنا مثلا اربع انواع من الفاكهة وايه قلناً يا أصحابي كل واحد جميع traffic انواع الفاكهة دي فالاقل انه 220 هيظهر في النهائل دراسة بتاعتنا او في السيرفي بتاعنا وهيوضح ان هو واحد من الناس اللي بيحبوا الفج او التين اما بنسبة للي بيحب الجرابس فيزهر في رقم بتاع الناس اللي بتحب الجرابس او العنب اما اللي بيحب الووتر ميلون او البطيخ فيزهر رقمه في الناس اللي بتحب الووتر ميلون او البطيخ اما اللي بيحب المانجو هيزهر الرقم بتاعه في الناس اللي بتحب المانجو او المانجا فهنا بيقول لنا The class is going to have fruit for a snake الكلاس او الفصلة هياخد فاكهة كتسلية او كواجبة خفيفة For a snake يعني كواجبة خفيفة فهنا عملوا سيرفي عشان يشوفوا هيجيبوا للكلاس نوعين من انواع الفاكهة دي فسألوا التلاميذ احنا عندكم دلوقتي اربع اختيارات عندنا التين وعندنا العنب وعندنا البطيخ وعندنا المانجا التين اللي هو الفج والعنب اللي هو الجرابز والبطيخ اللي هو الووتر ميلون والمانجو او المانجا زي ما احنا عارفين فاحنا عايزين نعرف الناس اللي بتحب الفاكهة دي قد ايه علشان هنجيب نوعين بس من انواع الفاكهة دي فالنوعين اللي بيحبوهم التلاميذ اكتر هما اللي هنجيبهم فبيقول لك هنا يعني المعلم كل واحد يختار الفكهة المفضلة بالنسبة له وطلعت لنا المعلومات أو البيانات دي أو الانفرميشن دي فعندنا هنا ده طبعا يا أصحابي نوع من أنواع الـ graphs أو الرسوم البيانية زي ما خدناها في الترم الأولاني وده اسمه الـ picture graph أو الرسم البياني بالصور زي ما احنا شايفين قدامنا فعندنا في 1, 2, 3, 4, 5 في 5 students أو 5 تلاميذ أو 5 طلبة بيحبوا الفج أو التين زي ما احنا شايفين قدامنا وعندنا في الـ graphs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 في 8 students أو 8 طلاب بيحبوا الـ graphs أو العنب وعندنا 1, 2, 3 في 3 students أو 3 طلبة بيحبوا الـ watermelon أو البطيخ وفي عندنا 1, 2, 3, 4 في 4 students أو 4 طلبة بيحبوا المانجو أو المانجة زي ما احنا شايفين قدامنا فهنا بيقول لنا how many students like fig the best كم عدد الطلبة how many كم عدد students الطلاب like figs بيحبوا الفجس أو اللاتين the best أكتر من غيره هنرجع نشوف الأرقام التانية فهنعد 1, 2, 3, 4, 5 فاحنا عندنا 5 يبقى هنكتب هنا five students زي ما احنا شايفين قدامنا أو خمس طلاب طب هنا عندنا في السؤال التاني بيقول لنا how many students كم عدد الطلاب like grabs like grabs بيحبوا العنب the best أكتر من غيره best يعني الأكتر أو الأفضل يعني بيفضلوا عن غيره هنرجع للـ picture graph أو للرسم البياني بالصور اللي احنا عندنا في الـ page هنا وهنعد هنقول 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 فعندنا 8 students أو تمام طلبة like grabs أو بيحبوا العنب أكتر من غيره وفي السؤال التالي بيقول لنا how many students كم عدد الطلبة like melons melons اختصار لكلمة watermelon اللي هو البطيخ like melons the best بيحبوا البطيخ أكتر من غيره فنرجع للـ picture graph اللي عندنا وهنلاقي 1, 2, 3 ففي عندنا 3 students أو 3 طلبة بس هم اللي بيحبوا melons أو water melon زي ما احنا عارفين فنكتب هنا 3 students وآخر سؤال بيقول لنا how many students كم عدد الطلبة like mangoes بيحبوا المانجو the best اكتر من غيره بيفضلوا عن غيره فنرجع للـ picture graph أو الرسم البياني بالصور اللي عندنا وهنلاقي 1, 2, 3, 4 عندنا 4 students بس أربع طلبة بس بيحبوا المانجو فهنا احنا كده استخدمنا الـ information أو المعلومات الموجودة في الـ survey أو في الاستفتاء أو في الدراسة الاستقصائية زي ما احنا عارفنا اللي موجودة عندنا وعملنا answer أو أجابنا الـ questions الموجودة تحت الـ picture graph ده تعالوا نشوفوا بيسألنا هنا كمان بيقول لنا which fruit which fruit أي فاكهة أو أي نوع من أنواع الفاكهة is the favorite fruit is the favorite of most students is the favorite المفضلة of most students most يعني أغلب students الطلبة ايه هي الفاكهة المفضلة لـ most students أو لأغلب الطلبة تعالوا نشوف ايه هي الفاكهة صحبة أكبر رقم اللي بيفضلها أكبر عدد من الطلبة وبالتالي هي دي اللي بيفضلها أغلب الطلبة أو most students فنلاقي عندنا الفج في 5 أما الـ graphs في 8 الـ watermelon في 3 أما المانجو في 4 فأنهي فيهم فاكهة صحبة أكبر عدد من الناس اللي بيحبوها طبعا الـ graphs أو العنب شاطرين لأن بيحبها 8 أما التانيين فأرقامهم أقل فنكتب هنا the graphs طب السؤال التاني بيقول لنا the teacher المعلم will buy سوف يشتري two kinds two kinds of fruit of fruit من الفكهة what should the teacher buy what should the teacher buy ايه النوعين المفروض should يعني يجب على the teacher المدرس buy أن يشتري ايه النوعين دول المفروض هو يشتريهم فنشوف طبعا أكتر نوعين عليهم طلب وبيفضلهم أكبر عدد من الطلبة علشان نشتريهم فأول نوع طبعا زي ما احنا عرفنا grabs أو العنب ثاني نوع ايه في عندنا water melon 3 أما المانجو فبيفضلها 4 لكن الفج بيفضله 5 students أو 5 طلبة يبقى ثاني حاجة بعض grabs على طول المفروض هو fig أو teen لأن ده ثاني أكبر عدد بيفضله أكبر عدد من الطلبة فنكتب هنا graphs العنب and fig 18 زي ما احنا شايفين قدامنا وبكي نكون نحلينا البيج دي وافتكرنا مع بعض picture graph أو الرسم البياني بالصور ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معين ونوصل لبيج 116 أو صفحة 116 وعنوانها comparing with graphs comparing يعني المقارنة with graphs with graphs باستخدام الرسوم البيانية with باستخدام أو باستخدام graphs الرسوم البيانية فاحنا افتكرنا من شوية picture graph أو الرسم البياني بالصور وكان في نوع تانية أصحابي اللي خدناه في الترم الأولاني لو تفتكروا معايا كان اسمه ايه؟ شاطرين كلكم كان اسمه bar graph أو الرسم البياني بالأعمدة زي ما احنا عارفين كلنا فعندنا نوعين من الرسم البياني أو من graphs أول نوع اللي هو picture graph أو الرسم البياني بالصور لكن أما النوع التاني فهو اسمه bar graph الbar graph أو الرسم البياني بالأعمدة فهنا بيقول لنا there are two types of graphs there are هناك two types نوعين of graphs من الرسوم البيانية what do you know ايه اللي انت تعرفه what do you know from reading the graphs ايه اللي انت بتعرفه from reading من قراءة the graphs الرسوم البيانية فعندنا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا ده أول حاجة الرسم البياني بالأعمدة زي ما احنا عارفينه وتاني حاجة الرسم البياني بالصور زي ما احنا عارفينه برده فأول حاجة الbar graph هنا أصحابي أو الرسم البياني بالأعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا فيه 3 bars أو فيه 3 أعمدة أو العمود فيه 1 2 3 4 5 خمس وحدات أو خمس أشخاص مثلا ثاني عمود أو العمود اللي في النص ده أو ثاني bar 1 2 3 4 5 6 في 6 خنات زي ما احنا شايفين قدامنا أما ثالث عمود ففيه 1 2 3 3 خنات بس فهو هنا مدينا 2 graphs أو الرسمين البيانيين بقول من غير اي information أو من غير اي بيانات فبيقولك ايه الحاجات أو ايه المعلومات اللي ممكن تعرفها من graphs دي أو ان انت تقرأ graphs دي فأول حاجة مثلا احنا ممكن نعتبر أن graph الاولاني أو الرسم الاولاني أو الرسم البياني الاولاني ده اللي هو بالأعمدة أو bar graph ده بيعبر مثلا عن ال colors أو الالوان فمثلا لو انا سألتكم عندنا 3 choices أو 3 اختيارات من الالوان عندنا ال blue وعندنا ال red أو ال purple وعندنا ال yellow ايه هو ال favorite color أو اللون المفضل الخاص بكم فنكتب هنا فوق مثلا favorite color favorite color أو اللون المفضل وطبعا ده ما احنا عارفين ده اسمه bar graph أو الرسم البياني بالأعمدة هنا مفروض في الجنب هنا هنكتب هنا number أو number of students عادة الطلبة اللي بيفضله كل لون وهنا عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا 3 colors أو 3 الوان وهنكتب هنا مثلا تحت البار ده هنكتب هنا yellow أو yellow color وهنكتب هنا تحت البار ده هنكتب مثلا هنا red أو هنكتب purple اللون الأحمر أو اللون البنفسجي والبار التالت ده هنكتب تحت منه blue أو اللون الأزرق فاحنا هنا قدرنا نستخدم الbar graph أو الرسم البياني بالأعمدة ده وتخيلنا ان ليه information معينة علشان نقدر نكملها ونوضح قد ايه احنا فاهمين المعلومة الخاصة بالbar graph ووضح هنا بقى في الرسم البياني التاني اللي موجود في البيتج دي ان ده picture graph أو رسم بياني بالصور وده بيعبر عن feelings feelings أو المشاعر فأول مجموعة من الصور فيها smiley face smiley face وجه مبتسم وده طبعا شبه الإيموجيس الخاصة مثلا بالواتساب وبالمسانجر وبالحاجات الخاصة بالتواصل دي الإيموجيس دي فيها smiley face أو وجه مبتسم وعددهم هنا أصحابي one two three four five five pictures أو خمس صور فلو اعتبرنا ان ده بيعبر عن مشاعر مجموعة من الأشخاص في five persons بمبتسمين يعني مش مدقي من حاجة الصف الثاني موجود فيه هنا angry face angry face أو وجه غاضب فلو احنا اعتبرنا ان one two two فيه شخصين بس غضبانين أو angry أما الصف الثالث فيه وجهين بي laughing أو بيتحكوا فعندهم سعادة فسعادة أكتر حتى من ال smiley فهنا one two في two persons أو شخصين بي laughing أو بيتحكوا واخر حاجة فيها one face أو one sad face وجه حزين واحد فإحنا هنا قدرنا نقرأ ال picture graph أو الرسم البياني بالصور وتخيلنا ان ال graph ده أو الرسم البياني ده نتكبر عن feelings أو عن المشاعر الخاصة بمجموعة من الأشخاص وقدرنا نقرأ ال graph بشكل سليم ونفهم منه بعض المعلومات كمان وبكده نكون انهينا ال page ده وافتكرنا مع بعض ال bar graph أو الرسم البياني بالأعمدة والpicture graph أو الرسم البياني بالصور ونتنقل لل page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page one hundred and seventeen أو صفحة 117 وعنوانها our bar graph our bar graph يعني الرسم البياني بالأعمدة our بتاعنا اللي هو ملكنا رسم البياني بالأعمدة الخاص بنا our bar graph وهنا بيقول لنا write your survey question write your survey question اكتب survey question أو السؤال الخاص بالاستفتاء بتاعك زي ما قلتلكم على survey أو الاستفتاء أو الاستقصاء اللي احنا عرفناه في الدرس اللي فات مع بعض فبيقولك اكتب السؤال بتاعك اللي انت سألته then ثم بعد ذلك answer it اجب عليه as a group كما في المجموعة فانت مثلا ممكن تجمع اصحابك او المجموعة بتاعتك في ال classroom وتسألهم على survey question او السؤال اللي انت المفروض هتسأله لهم واحنا قلنا ان احنا ممكن يبقى survey question او السؤال بتاعنا اللي احنا نسأله يكون لي two answers او two choices لي اجابتين كل اجابة غير التانية وطبعا المجموعة اللي معانا اللي احنا هنسألهم السؤال ده اكيد فيهم ناس هتختار الاجابة الاولانية وناس تانية هتختار الاجابة التانية فبيقولك هنا then answer it as a group بعد ذلك اجب عليه كما حدثها في المجموعة يعني make a bar graph اعمل رسم بياني بالاعمدة write two things اكتب شيئين write two things اكتب شيئين انت تعرفهم from your group's answers من المجموعة بتاعتك من اجابات المجموعة بتاعتك use comparing استخدم المقارنة use comparing words استخدم مقارنة الكلمات like مثلا more than less than equal to مساولي or same as فاحنا عرفنا في المرة اللي فاتت يا اصحابي ان الشابتر ده بيكلمنا عن ال numbers او عن الارقام وهنا العلاقة بين الارقام او المقارنة بين الارقام comparing numbers فاحنا لما بنيجي نقارن بين الارقام بيبقى فيهم رقم اكبر من التاني فبنقول عليه more than او اكبر من لو في رقم فيهم اصغر من التاني فبنقول عليه less than او اصغر من لو في رقمين قد بعض بنقول عليهم متساويين مع بعض او بنقول على كل واحد فيهم equal to equal to مساوي لي or او same as مساوي لي يعني الرقم ده بيساوي التاني فهنا بيقول لنا اسألوا السؤال اللي انتو هتسألوه مثلا الجروب بتاعكو وطبعا هنختار الاجابتين اللي احنا هدناهلهم عندهم مثلا two choices فنكتب الاجابتين كل اجابة قد ايه كام حد في المجموعة بتاعتنا اختارها فبسلا السؤال اللي احنا ممكن نسأله نقول لهم مثلا which do you like better ايه اللي انت بتفضلوا اكتر saturday or sunday saturday يعني السابت يوم السابت or sunday يوم الحد انتو بتفضلوا يوم السابت او يوم الحد saturday or sunday which do you like better which do you like better ايهما تفضل اكتر saturday or sunday فعندنا هنا اصحابي two choices او اختيارين saturday or sunday saturday يوم السابت or sunday يوم الاحد وانا بسألكو انتو بتفضلوا اي يوم من اليومين دول فالمفروض ان مثلا مجموعة من الاشخاص لو احنا عندنا 10 تلميذ او 10 students 10 طالبة فمثلا لو في منهم 6 او 6 اختاروا مثلا sunday او يوم الاحد عشان هما بيحبوا يروحوا المدرسة فبيحبوا يوم الحد عشان ده اول الاسبوع فالمفروض الباقي قد ايه الباقي مثلا four احنا عندنا 10 زي ما احنا قلنا ففي four اختاروا يوم السابت او saturday يبي عندنا four saturday و six sunday فبيقولنا هنا our survey question او السؤال الخاص بالاستفتاء بتاعنا بالاستقصاء بتاعنا is زي ما احنا قلنا من شوية هو which do you like better saturday or sunday والمفروض طبعا هنكتب هنا مثلا six او ستة وهنا مكتوب تحت منها حتى number say sunday ستة قالوا يوم الاحد sunday وهنكتب هنا four او اربعة say saturday قالوا يوم السابت saturday فاحنا هنا اه اعملنا او كتبنا survey question بتاعنا او السؤال بتاعنا وكتبنا كمان الاجابة او الانسرز الاجابات او الانسرز الخاصة بيه وكتبنا عدد الطالبة او عدد الناس اللي اختاروا كل اجابة ونتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معيه ونوصل لبيتج one hundred and 18 او صفحة مية وتمنتاشر ومكتوب فيها زي ما احنا شايفين قدامنا our bar graph او الرسم البياني بالاعمدة الخاص بينا واحنا لسه بنكمل مع بعض الصفحة اللي فاتت ومدينا هنا ال bar graph زي ما احنا شايفين قدامنا وفيه two bars او عمودين كل عمود مثلا عدده one two three four five six seven eight nine ten كل عمود عدده ten cells او عشر خانات كل عمود فيه عشر خانات زي ما احنا شايفين قدامنا فاحنا كنا قلنا ان فيه six students او ست طلبة قالوا sunday او يوم الاحد وفيه four students او اربع طلبة قالوا saturday او يوم السبت فهنكتب هنا تحت العمود الاولاني او ال bar الاولاني sunday زي ما احنا شايفين قدامنا وهنظلل فيه مثلا six six خانات او عشان نعبر عن six students او ست طلبة وهنكتب تحت ال bar الثاني saturday او يوم السبت وهنظلل فيه اربع خانات زي ما احنا شايفين قدامنا علشان خاطر نعبر ان اربع طلبة بس هما اللي اختاروه فاحنا بكده عملنا وكملنا ال bar graph بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا وهنا بيقول لنا what answers ما الاجابات do you have for your question اللي انت بتملكها او اللي جات لك for your question للسؤال بتاعك فانكتب هنا مثلا six students likes sunday او ست طلبة بيفضلوا sunday وانكتب في number two four students او اربع طلبة like بيفضلوا saturday او يوم السبت زي ما احنا اتفقنا مع بعض وبكي نكون انهينا حل ال page دي وزي ما احنا عارفين ان مفيش اجابة نموذجية ممكن انت تسأل سؤال تاني ويبقى عندك اجابات تانية وخالص المهم ان انت تبقى عارف يعني ايه survey يعني ايه استقصاء ان انت تسأل سؤال لمجموعة من الناس علشان تعرف البيانات وتاخدها في ارقام وتقدر تعمل بيها bar graph او تعمل بيها picture graph زي ما احنا عارفين وازاي تقرأ الbar graph او الرسم البياني بالاعمدة وازاي تقرأ كمان او تفهم يعني ايه picture graph او الرسم البياني بالصور وازاي تعمل comparing numbers او تعمل مقارنة بين الارقام وده اللي هنكمله المرة الجاية مع بعض ازاي تعرف رقم اكبر من رقم يعني more than ازاي تعرف رقم اقل من رقم يعني less than او ازاي تعرف ان رقم بيساوي رقم يعني equal to او same as وبكده احنا نكون انهينا البيتج دي انهينا معاها شرح درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل like والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والwhatsapp وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس او الروابط بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وسايب لكم الروابط الخاصة بقوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول وبالترم التاني موجودة بشكل منظم يساهل عليكم الوصول لاي درس بمنتال سهولة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله معانا درس جديد درس مهم جدا هو علامات الترقيم في اللغة الانجليزية او البانكتيواشنز او البانكتيواشن ماركس علامات الترقيم اللي هي امتى احط full stop او نقطة امتى احط علامة استفهام امتى احط علامة تعجب امتى بكتب capital letter او امتى بكتب small letter امتى بعمل كل الحاجات دي فالنهاردة معانا درس مهم جدا وزي ما احنا متعودين يكون معانا الام وكشكول ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا اصحابي زي ما قلتلكم بنتكلم عن البانكتيواشنز او البانكتيواشن ماركس علامات الترقيم واول حاجة عايزين نعرفها امتى بنحط capital letters او امتى بنحط حروف capital اول حاجة بنستخدم فيها capital letters او الحروف capital في بداية الجملة الخبرية والاستفهامية والامرية الجمل في اللغة الانجليزية هم ثلاث انواع اول جملة هي الجملة الخبرية اللي انت بتعرف لما بتقراها خبر معين او معلومة معينة والجملة الاستفهامية اللي هي بتبقى في صيغة سؤال ان انت بتستفهم او اي حد تاني بيستفهم عن معلومة معينة والجملة الامرية اللي بيكون فيها امر معين انت بتديل حد او حد تاني بيديل حد تاني المهم إن الجملة بتكون في صيغة أمر الجملة الخبرية زي مثلا Ali is clever Ali اللي هو اسمه علي is clever ماهر هنا طبعا حطينا أول حرف في الجملة هو capital letter أو حرف capital الجملة الأمرية مثلا لما أقولك Open the door Open the door يعني افتح الباب أول حرف في الجملة هو حرف capital اللي هو حرف الأو زي ما احنا شايفين قدامنا والجملة الاستفهمية اللي هي في صيغة سؤال لما أقولك مثلا How are you How are you أو كيف حالك هنا أول حرف في الجملة هو حرف capital زي ما احنا شايفين قدامنا يبقى في بزاية أي جملة من الجمل بيكون الحرف الموجود حرف capital تاني حاجة يا أصحابي مع أسماء الأشخاص أي شخص في الدنيا أي اسم في الدنيا بيكون أول حرف فيه هو حرف جاء هو حرف capital زي مثلا علي عمر حسام أي اسم في الدنيا زي ما احنا شايفين قدامنا بنكتب أول حرف فيه حرف capital تاني حاجة أصحابي بنستخدم فيها الحروف capital هي أسماء الشهور زي مثلا جانيوري سبريوري مارش أبريل ماي جون جولاي أوجست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر كل الشهور الخاصة بالسنة أول حرف فيها هو حرف capital زي ما احنا شايفين قدامنا كمان أسماء الأنهار زي ريفر نايل ريفر نايل اللي هو نهر النيل ريفر أول حرف فيها حرف capital وهو حرف الر ونايل نايل اللي هو نيل أول حرف فيها capital وهو حرف الن في اللغات كمان يا أصحابي أي لغة في الدنيا الاسم الخاص بيها لما بنيجي نكتبه بنكتب أول حرف فيه حرف capital زي Arabic, French, English الحروف الأولانية من كل اللغات دايما بيكون مكتوب بشكل capital ثالث حاجة يا أصحابي كمان لما بنيجي نقول الألقاب يعني إيه ألقاب؟ يعني مثلا لما بقول الحد السيد فلان سيد يعني mister MR الام هنا بتكون capital لما باجي أكلم سيدة غير متزوجة أنيسة يعني بقول لها miss m-i-s-s لما باجي بكتب الام هنا بكتبها capital أي سيدة متزوجة بسميها missis وبنكتبها m-r-s الام الأولانية بتكون capital هي كمان ودي اسمها الألقاب سابع حاجة أيام الأسبوع أيام الأسبوع اللي هي Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday كل الأيام الخاصة بالأسبوع أول حرف فيها بيكون حرف capital أسماء البلاد كمان يا أصحابي زي إيجبت 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 كلهم أول حرف فيهم بيكون حرف capital إيجبت أول حرف فيها هو حرف i زي ما احنا شايفين قدنا بيكون مكتوب capital إيطالي حرف i اللي هو أول حرف في كلمة إيطالي بيكون كمان مكتوب capital المدن كمان أو cities المدن كمان يا أصحابي بنكتب أول حرف فيها capital زي كايرو أو القاهرة أول حرف فيها حرف c بيكون capital أليكزاندريا أليكزاندريا أو حرف the a في أليكزاندريا بيكون capital منسورة حرف the n في كلمة منسورة بيكون capital يبقى أسماء البلاد وأسماء المدن بيكون أول حرف فيها capital أسماء القرات كمان يا أصحابي أسماء القرات بيكون أول حرف فيها capital زي أفريكا وزي أسيا حرف the a في أفريكا بيكون capital زي ما احنا شايفين قدامنا وحرف the a في كلمة أسيا بيكون capital زي ما احنا شايفين قدامنا برضو الجنسيات كمان الاس بيكون برضو capital زي ما احنا شايفين قدامنا ومع الضمير الخاص بكلمة i أو أنا في أي مكان في الجملة لما باجي بكتب i اللي هي الخاصة بالضمير بتاعي أنا بيكون capital زي ما احنا شايفين قدامنا في كلمة i am student i am student أنا طالب and i am clever الآي في الجملة اتكتبت مرتين اللي هي أنا وفي المرتين اتكتبت capital لأن دايما حرف الآي الخاص بكلمة أنا i بنكتبه دايما في أي مكان في الجملة بيكون capital نتنقل بقى لعلامة التعجب اللي احنا شايفينها قدامنا واسمها exclamation mark exclamation mark أو علامة التعجب اللي هي بتدل على حالة من حالات الدهشة والترحيب وساعات كمان حالة من حالات الغضب يعني أنا بستخدم exclamation mark لما اكون مندهش من حاجة معينة ولما اكون برحب بحد ولما اكون غضبان من حاجة معينة زي مثلا لما اجي اقول hello بعمل بعد منها علامة تعجب أو exclamation mark وبعدين مثلا بقول اسم الحد اللي برحب به مثلا علي hello علامة تعجب أو exclamation mark وبعدين بقول اسم الشخص اللي برحب به زي كمان لما اجي اقول oh oh you look pretty يعني يا انت شكلك او انت شكلك جميل بعمل هنا في اخر الجملة دي exclamation mark أو علامة تعجب لان هنا انا مندهش من الجمال الخاص بالشخص اللي انا بكلمه oh you look pretty يعني يا انت شكلك جميل او انت شكلك جميل نروح لثالث حاجة اصحابي وهي full stop full stop او النقطة اللي احنا عارفينها كلنا اللي بنفطها في اخر كل جملة خبرية او امرية واحنا عارفنا في اول الدرس يعني ايه جملة خبرية اللي بعرف منها خبر معين او معلومة معينة والجملة الامرية اللي يكون فيها صيغة امر حد بيقوله الحد تاني في نهاية الجملة الخبرية والجملة الامرية بنحط full stop او نقطة مثلا زي ما جي اقول he is tall he is tall يعني هو طويل دي جملة خبرية بحط في نهاية الجملة full stop او نقطة وزي مثلا لما جي اقولك close the door close the door يعني اغلق الباب بحط برضو في نهاية الجملة full stop زي ما احنا شايفين قدامنا رابع حاجة اصحابي ال question mark ال question mark او علامة الاستفهام اللي احنا كلنا عارفينها طبعا هي اسمها question يعني خاصة بالاسئلة او بالجمل الاستفهامية اللي هي طبعا بتكون في صيغة السؤال بتستخدم دايما ال question mark في نهاية اي سؤال اي سؤال في الدنيا بنسأله في اللغة العربية حتى بنحط في نهايته question mark او علامة استفهام لانها بتدل ان دي الجملة دي بتسأل عن حاجة معينة زي ما اجي اقولك how are you how are you كيف حالك وزي كمان لما اجي اقولك are you okay are you okay هل انت بخير ومش عايزكم تنسوا يا اصحابي ان في نوعين من الاسئلة سؤال سؤال طبعا بيكون باداة من ادوات الاستفهام اللي هي what when where who how why which whose وعندنا حلقة موجودة في الفيديوهات خاص بادوات الاستفهام وازاي بنكون سؤال من الاسئلة عن طريق كل ادام ادوات الاستفهام دي تقداروا تتفرجوا عليه هيوضح لكم ازاي تستخدموا الادوات دي بشكل اوضح ونقولهم مع بعض مرة تانية what يعني ما او ماذا when يعني متى where يعني اين who يعني من how يعني كيف why يعني لماذا which يعني ايهما who who بتسأل عن الملكية يعني milkman وانا اسيب لكم الرابط بتاع الدرس ده في الوصف اسفل الفيديو لو حابين تتفرجوا عليه يساعدكم اكتر ازاي تستخدموا ادوات الاستفهام وفي نوع تاني من انواع الاسئلة اسمه السؤال عن طريق استخدام افعال مساعد الافعال المساعدة زي ما احنا عارفين هي او استخدام اللي هو يفعل ممكن كمان استخدم verb to be واستخدم في الحالة دي am is are وووز وووز ووير في الماضي وممكن كمان استخدم verb to have اللي هو هاف وهاز في المدارع وهاد في الماضي وممكن اقول will وكان ومي فالفعال المساعدة كلها ممكن احطها في اول الجملة do does وdid او am is are او عاملة زي الواو الصغيرة خالص دي اللي بتبقى على السطر بين الكلمات احنا طبعا بنحطها بعد كلمة yes او no اي yes او no في اي جملة بحط بعد منها الكومة او الفاصلة لما اجي مثلا اقولك yes he is يعني نعم هو يكون بحط بعد كلمة yes الكومة او الفاصلة ولما اجي اقولك مثلا no he isn't هو لا يكون لا هو لا يكون بحط بعد no الفاصلة او الكومة زي ما احنا شايفين قدامنا وبحطها برضو بعد اسم اي شخص في اول الجملة يعني اي جملة اولها في اسم شخص بحط بعد منه كومة يعني مثلا لما اجي اقول علي او ali come here بعد كلمة علي او اسم علي بحط كومة او فاصلة علشان خاطر هو جاي في اول الجملة لما اجي مثلا اقولك حسام open the door حسام هنا اسم وهو جاي في اول الجملة بحط بعد منه كومة او فاصلة زي ما احنا شايفين قدامنا وبحطها برضو قبل اي اسم خاص باي شخص اذا جاء في اخر الجملة يعني لو اسم الشخص جاه في اول الجملة بحط بعد منه كومة ولو اسم اي شخص جاه في اول الجملة بحط قبل منه كومة زي مثلا لما اجي اقول come here علي او تعالى هنا يا علي علي هنا اسم شخص جاي في اول الجملة بحط قبل منه كومة زي ما احنا شايفين قدامنا وزي مثلا لما اجي اقول eat your lunch ابضالله eat your lunch ابضالله كل الغدب تاعك يا ابضالله هنا ابضالله اس وجاي في اخر الجملة بحط قبل منه برضو كومة زي ما احنا شايفين قدامنا واخر حاجة الاباستروفي الاباستروفي او الفصلة العليا بتستخدم الاباستروفي او الفصلة العليا طبعا اول حاجة في حالة اس الملكية اي حاجة فيها اس ملكية يعني لما اجي اقولك مثلا this is احمد فيه هنا طبعا اس ملكية لو اقول حاجة ملك احمد بحط اس الملكية احمد's house ده منزل احمد فبحط قبل اس الملكية دي الاباستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا بتوضح ان انا بتكلم عن بيت بتاع احمد this is هذا احمد's house هذا منزل احمد هنا طبعا اس الملكية لازم ييجي قبل منها اباستروفي او اباستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا وبتستخدم كمان الاباستروفي او الاباستروفي في الاختصارات زي مثلا ايام لما اجي اختصرها واكتبها باختصار بشيل الاي وبحط اباستروفي بدلها فبتكتب ايام زي ما احنا شايفين قدامنا فاي اختصار بكتبه لازم احط مكان الجزء اللي انا اختصارته او اباستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون خلصنا درس النهاردة واعرفنا ايه هي البانكتيووشن او البانكتيووشن ماركس او علامات الترقيم اعزكوا تحفظوها كويس وتعرفوا الحالات اللي احنا قلناها كويس وحاولوا تكونوا جمل تستخدموا فيها الامثال اللي احنا ضربناها وتتضربوا عليها كويس هتساعدكم كتير لحد ما تخلصوا جامعة ان شاء الله وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة اتمنى اشوف الف واحد استفادوا ولو استفدت اعمل لايك اسفل الفيديو اتمنى اشوف الف لايك وما تنساش تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب خليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سعيب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتير قوي وهو اهم الاساسيات الخاصة بالماست للمرحلة الابتدائية ككل يعني هنتكلم عن المعلومات المهمة جدا اللي لازم كل طالب في المرحلة الابتدائية يعرفها ويكون عارفها وهي دي الاساسيات اللي بنبني عليها حاجات كتير وزي ما احنا متعودين يكون معانا ألم وكشكول نكتب فيه المعلومات ونقررها مع بعض ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة يا اصحابي لازم نكون عارفينها كلنا هي ايام الاسبوع او days of the week days of the week او ايام الاسبوع وهي اول حاجة sunday sunday او يوم الاحد sunday sunday monday او يوم الاسنين tuesday السلثاء when is day الاربعاء thursday الخميس friday الجمعة and saturday saturday ويوم السبت فدي اول حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وحفظينها كويس قوي اللي هي days of the week تاني حاجة month of the year شهور السنة لازم كلنا نكون عارفين شهور السنة او month of the year january january او شهر يناير february february او شهر february marge marge او شهر مارس april april او شهر ابريل may may او شهر مايو june june او شهر يونيو july july او شهر يوليو august august او شهر اغسطس september september او شهر september october 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 او شهر اكتوبر november november او شهر november و december 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 او شهر december او شهر of the year يعني one year equal twelve months ثالث حاجة لازم نكون عارفينها كويس حاجة اسمها ordinal numbers ordinal numbers او الارقام او الاعداد الترتيبية يعني مثلا لو احنا في زباق اول واحد بنقول عليه الاول اول واحد بيوصل لخط النهاية بنقول عليه الاول 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 ده بنقول عليه فارست زي ما احنا شايفين قدامنا زي ما احنا شايفين قدامنا لهو الاول رقم واحد فارست الثاني بنقول عليه سكند سكند يعني التاني سيرد يعني السالس فورس يعني الرابع ففس يعني الخامس سكس يعني السادس سيفنس يعني السابع ايتس يعني التامن ناينس يعني التاسع والتنس تنس يعني العشر مرة كمان ثرست ثرست 중 ثم ثرد ثرد فورس فورس ففس ففس سكس سهنس سة ناينس تنس تانث تانث ولازم كمان نكون عارفين الشيبس او الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها والشيبس يا اصحابي اللي لازم نكون عارفينهم كويس اولهم الترايانجل او المثلث ريكتانجل 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 او المستطيل سكوير 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 او المربع سيركل 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 او الدائرة وكمان ستار 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 النجمة اللي احنا كلنا بنحب ناخدها و اوفل 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 اللي هو الشكل البيضوي زي ما احنا شايفين قدامنا فدي تعتبر اهم الاشكال الهندسية او الشيبس اللي لازم نكون عارفينها وفي حاجة كمان اسمها السوليدز السوليدز او المجسمات السوليدز اللي هي الاشكال الهندسية المجسمة اللي هي بتقدر تشوفها منتجهات مختلفة وهي بتبقى 3D او اشكال هندسية مجسمة فبنقول عليها السوليدز او المجسمات وهي دي شكلها اول حاجة السلندر السلندر او الشكل الاستواني زي ما احنا شايفين قدامنا هو شكل استواني عامل زي الاستوانة اسمه سلندر سلندر الثاني حاجة الكيوب او مكعب كيوب ثالث حاجة الكيوبويد الكيوبويد او شبه مكعب كيوبويد كيوبويد رابع حاجة الكون الكون او الشكل المخروطه وهو شبه الكون واللي احنا بنكله في الصيف بس هو بيبقى محطوط بالمقلوب كده ده اسمه الكون كون 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 أو مخروط خامس حاجة البيراميدز 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 أو الشكل الهرمي أو الشكل الهرمي البيراميدز وآخر حاجة سفير 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 أو الشكل القروي فدي طبعا الصولدز الصولدز أو المجسمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس فيه أشكال تانية للمجسمات وفيه أشكال تانية للشيبس أنا بقولكو أهم حاجة هتتكرر معاكو كتير دي الأساسيات اللي لازم تكونوا حفظينها كويس وعارفينها زي اسمكم بعد كده فيه أصحابي بعض الاكسبريشنز أو التعبيرات أو المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها كويس علشان خاطر وإحنا بنحل أي مسألة رياضية نبقى عارفين بنحلها ازاي ونفهم حتى السؤال أول كلمة اسمها adding 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 يعني الجامع جاي من addition addition يعني الجامع تاني كلمة اسمها subtracting 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 يعني الترح جاي من subtraction يعني الترح وطبعا في حالة الـ adding أو في حالة الـ اللي هي عملية الجامع العلامة اللي احنا بنحطها هي البلاس زي ما احنا شايفين قدامنا بلاس يعني زائد بلاس وفي حالة الـ subtracting أو subtraction أو الترح بنحط المينس minus يعني ناقص minus وطبعا لما بنجمع حاجة على حاجة أو بنطرح حاجة من حاجة بيطلع نتيجة قبل النتيجة دي بنكتب حاجة اسمها equals 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 أو يساوي وتاني حاجة عايزين نعرفها كويس مع بعض هي greater than greater than greater than أو more than اللي هي أكبر من زي ما احنا شايفين قدامنا وهي عاملة زي ما احنا شايفين بق السمكة كده طبعا السمكة بتبقى فتحة بقها ناحية الحاجة الأكبر أو الأكل الأكبر اللي هي بتحب تاكله فالعلامة دي بنسميها greater than أو more than وهي بتبقى بصة النحية دي بتبقى بصة ناحية الرقم الأكبر عكسها كلمة smaller than smaller than أو less than smaller than أو less than يعني أصغر من smaller than smaller than أو أصغر من وطبعا لو عندنا رقمين قد بعض بنقول عليه equal to equal to مساوي ليه لو الرقمين قد بعضها اللي مش هينفع نحط بينهم greater than أو أكبر من ومش هينفع برضه نحط less than أو smaller than أو أصغر من فبنحط بينهم علامة يساوي اللي احنا قلناها من شوية وبنقول equal to equal to أو مساوي ليه وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي إن طبعا العلامة بتاعت greater than smaller than لاتنين عاملين زي بق السمكة فإحنا بنوجه بق السمكة ده اللي احنا شايفينه قدامنا ناحية الرقم الأكبر فإحنا بنوجه بق السمكة ده ناحية الرقم الأكبر وبالتالي بنعبر عن العلاقة بين رقمين يبقى بق السمكة دايما مفتوح ناحية الرقم الأكبر سواء كان هنا أو كان هنا لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول إن الرقم ده أكبر من الرقم ده لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول إن الرقم ده أكبر من الرقم ده أو الرقم ده أصغر من الرقم ده المهم إن إحنا نبقى عارفين إن العلامة دي دايما اللي هي عاملة زي بق السمكة بتبقى مفتوحة ناحية إيه؟ ناحية الرقم الأكبر ناحية الرقم الكبير وطبعا لازم نكون عارفين الأحد أو الوانس وانس يعني أحد وتنس يعني عشرات الوانس والتنس طبعا يا أصحابي هم المكونات هم الخنات بتاعات أي رقم وطبعا موضوع الوانس والتنس ده اللي هي الأحاد والعشرات بياخدنا لحاجة اسمها الplace value أو القيمة المكانية لأي رقم في الأرقام يعني زي ما احنا شايفين قدامنا الرقم هوم تكون من وانس وحاجة الوانس وانس والتنس وكما في عندنا هندرد هندرد أو هندرد بيلاس اللي هو الخانة بتاعات المئات كل الخانة من دول فيها رقم مكونين الرقم اللي احنا نقرأه سابن هندرد سبعمائات ايتي وان ايتي تمان عشرات وان وواحد في الوانس أو في خانة الأحاد فكل رقم من دول او كل ديجيت من دول في الرقم الكبير اللي احنا بنكتبه في الرقم اللي احنا بنيراه بيبقى لي قيمة قيمة مكانية يعني ال one ده او الواحد ده لما بيبقى موجود في خانة ال once بيبقى قيمته واحد بس لكن لو هو موجود في خانة election أو 10 أو 10 بديغرررررارات بديغررررارات بديغررررار قيمة المكانية الخاصة بكل رقم احنا بنقرأه في اي رقم احنا بنكتبه يعني ده اسمه رقم كل خانة من دول بيبقى فيها عدد او فيها ديجيت الديجيت ده بيبقى ليه قيمة لو هو في الوانس هيبقى قيمته واحد اللي هو وان واحدة بس لو موجود هو في التنس هيبقى قيمته عشرات لو هو موجود في الهندردز كمان هيبقى قيمته مئات فدي اسمها الplace value ولازم نبقى عارفينها كويس لازم كمان نكون عارفين ال ascending order او الترتيب التصاعدي ascending order وطبعا ده بنرتب فيه الارقام من الصغير او from the smallest to the largest او من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين قدامنا ده اسمه ascending order ascending order ولازم كمان نكون عارفين descending order descending order descending order او الترتيب التنازلي وبنرتب فيه ال numbers او الارقام from the largest to smallest او من الكبير للصغير 4 3 2 1 زي ما احنا شايفين قدامنا دي اسمها descending order descending order او الترتيب التنازلي وطبعا يا اصحابي لازم نعرف نقرأ ال clock او الساعة ال clock او الساعة اول حاجة لازم نكون عارفين خاصة بال clock او الساعة ان الساعة العقارب بتاعتها او hands بتاعتها بتتحرك كده هوت بالشكل ده من واحد لاثنين لثلاثة وهكذا بتلف بتلف في الاتجاه ده تاني حاجة لازم نكون عارفينها عن clock او الساعة ان هي طبعا فيها عقارب او hands ده اسمه little hand او العقرب الصغير وطبعا ده اسمه big hand big hand او العقرب الكبير little hand ده او العقرب الصغير ده بيشاور على الساعات يعني هنا دلوقتي الساعة ثلاثة three o clock three o clock وال big hand او العقرب الكبير ده بيشاور على minutes minutes او الدقايق فهنا طبعا لو هو على اتناشر او على رقم اتناشر في حالة ان احنا بنقرأ minutes او الدقايق في clock او الساعة بنعتبر ال 12 دي هي رقم صفر zero بعد ال 12 دايما بنعد المنت يعني لو بعد ال 12 بمنت واحدة بنقول three o clock and one minute بيبقى هنا في دقيقة وطبعا في بين ال 12 وال one five minutes هنا خمس نقاط كل نقطة منهم minute وفي بين ال one وال two five minutes هنا او خمس دقايق وفي بين ال two three هنا five minutes هنا او خمس دقايق وهكذا بين كل رقم ورقم من دول five minutes او خمس دقايق يعني لو big hand او العقرب الكبير بيشاور على one هنقول three o clock زي ما احنا شايفين ان little hand بيشاور على three يبقى three o clock او الساعة ثلاثة and هنقول three and five minutes يبقى هنقول الساعة ثلاثة وخمس دقايق three and five minutes طب لو بيشاور على two هنا big hand بيشاور على two هنا three and ten minutes three and ten minutes يعني الساعة ثلاثة وعشر دقايق طب لو little hand او العقرب الصغير ده اللي بيشاور على الساعات ده بيشاور على three او الساعة ثلاثة وال big hand ده او العقرب الكبير ده بيشاور برضو على three او على ثلاثة فهنقول ايه في الحالة دي اصحابي هنقول three او الساعة ثلاثة and fifteen minutes fifteen minutes وخمستاشر دقيقة وخمستاشر دقيقة وبكده احنا قرينا الساعة بشكل سليم وزي ما واضح قدامنا في المثال ده little hand او العقرب الصغير اللي بيشاور على الساعات بيشاور على الساعة ثلاثة فبنقول three hours three hours او ثلاث ساعات وال big hand او العقرب الكبير بيشاور على four يعني عشرين دقيقة five و five و five و five يعني twenty minutes او عشرين دقيقة يبقى three hours and twenty minutes or three and twenty او ساعة ثلاثة و عشرين دقيقة وبكده احنا خدنا فكرة ازايد بنقرأ الساعة او how to read a clock وطبعا ده جزء مهم جدا لازم نتعلم و احنا بنتعلم الماس في المرحلة البتدائية لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان اليوم او اليوم بيساوي 24 ساعة والاور او الساعة الوحدة او ساعة الوحدة او ساعة الوحدة ساعة الوحدة وان باوند بنورمزلي بل اي ال اي كابتال وان باوند بنقول عليه بنختصره ونكتب بداله ال اي او ده اختصار لكلمة اسمها او جنيه مصري طبعا دي كانت كلمة فرنسية بس احنا خدناها ودخلناها طبعا في اختصارات الدغة الانجليزية وابقى اسمها ال اي او اختصار الخاص بكلمة باوند او جنيه وطبعا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة كمبليت كمبليت behind كمبليت كمبليت يعني اكمل كاونت كاونت يعني عد كاونت كاونت يعني عد درو درو يعني ارسم درو درو يعني ارسم join أو match join or match يعني وصل join or match يعني وصل توصل بين الحاجات يعني وصل arrange arrange يعني رتب arrange arrange يعني رتب ولازم كمان نكون عارفين fractions fractions أو الكسور ايه هي fractions او ايه هي الكسور زي ما احنا شايفين قدامنا او رمزنا لها مثلا ببيتزا او بفتيرة كبيرة دي اسمها one hole او واحد صحيح one hole واحد على بعضه لما بنيجي نقسم الواحد ده ونشيل منه نص ونسيب نص ده بنسمي one half one half او نص one half يعني نص طب لو اسمناها على ثلاثة كل جزء من الثلاثة اجزاء دول بنسمي one third one third او طلت one third او صلوس طب لو اسمناها على اربعة لو اسمنا الواحد الصحيح ده على اربعة كل جزء منهم بنسمي one quarter one quarter او ربع one quarter طب لو اسمناها على خمسة كل جزء من الخمس اجزاء دول بنسمي one fifth one fifth او خمس one fifth طب لو اسمناها على ستة كل جزء من دول بنسمي one sixth one sixth او ست one sixth طب لو اسمناها على ثمن اجزاء بنسمي كل جزء منهم one eighth one eighth او ثمن one eighth طب لو اسمناها على عشر اجزاء بنسمي كل جزء من دول one tenth one tenth يعني عشر one tenth ولو اسمناها على اتناشر جزء كل جزء من الاثناشر جزء دول بنسمي one twelfth one twelfth يعني واحد على اتناشر من يعني واحد على اتناشر one twelfth one twelfth يعني واحد على اتناشر من الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدام وكمان لازم نكون عارفين حاجة اسمها relative positions relative positions او العلاقة النسبية بين الحاجات اسمها relative positions relative positions زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل ده يعني مثلا العلاقة بين الطائر وبين square او الكيوب اللي تحت منه ايه انه هو above above يعني فوق منه above يعني اعلى اعلى يعني هو اعلى منه طبعا اللوج هنا تحت square او الكيوب ده فبنسميه below below يعني اسفل above يعني اعلى below below يعني اسفل طب لو الاكتوبوس ده واقف وراه ده بنسميه اللي هو خلف يعني behind behind يعني خلف behind يعني خلف طب لو هو واقف جنبه في الجنب بتاعه ده بنسميه beside beside او next to يعني واقف جنبه بالشكل ده وبالشكل ده وباي شكل بنسميه beside or next to next to الى جانب برضو beside next to وطبعا لو هو واقف تحت منه على طول ولازق فيه لمسه يعني بنسميه under under يعني تحت under under يعني تحت طب لو هو فوق منه بس فوق منه بمسافة صغيرة ممكن كمان نسميه over over يعني اعلى over يعني اعلى او فوق وطبعا لو هو واقف قدام ولو جسم واقف قدام جسم تاني بنسميه in front of in front of او امام in front of او امام يبقى in front of عكسها behind in front of امام عكسها behind وover عكسها below over فوق عكسها below below تحت و under under عكسها above under عكسها above وطبعا beside هي هي next to او beside الى جانب بتساوي برضو next to الى جانب نفس المعنى وطبعا فيه حاجات تانية كتيرة هتعرفوها خلال من خلال المناهج اللي انتو بتدرسوها انا بقولوكوا الاساسيات بس اللازم تكونوا حفظينها وعرفينها كويس وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بدرس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى ان انا شوف الف واحد استفادوا من درس النهاردة او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب علشان الفايدة تعم وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته